العادات الزرية طريقة سهلة ومثبتة لبناء العادات الحسنة والتخلص من العادات السيئة الزرة مقدار شديد الضالة من الشيء الوحدة المنفردة غير قابلة للاختزال من نظام أكبر مصدر لطاقة أو قوة هائلة العادة سلوك أو ممارسة روتينية تؤدى بانتظام استجابة أوتوماتيكية لموقف معين مقدمة قصتي في اليوم الأخير من عام الدراسي الثاني بالمدرسة الثانوية ضربت على وجهي بمدرب بيسبول إذ بينما كان زميل لي يطوح مدربه بطول زراعه انفلت المدرب من يديه وطار نحوي ليصطدم بيما بين عناية مباشرة ليس لدي أي ذكرى عن لحظة الارتطام ضرب المدرب وجهي بقوة شديدة إلى درجة أنه صحق أنفي وشوهه كما تسبب فردطام أنسجة دماغي الرخوة بقوة بالجزء الداخلي من جمجمتي وعلى الفور تورم رأسي وفي جزء ملستانية تهشم أنفي وتعرضت جمجمتي لكسور في موضع عدة وتهشم محجر عيني حين فتحت عيني رأيت أشخاص يحدكون بي ويهرعون لتغذيم يد المساعدة نظرت إلى الأسفل ولاحظت بقعة حمراء على ثيابي خلع زميل لي قميصه وناولني إياه فاستخدمته في سد طيار الدماء المندفع من أنف المهشم كنت مصدوما مرتبكا ولم أكن أعي مدى خطورة إصابتي وضع مدرسي ذراعه أسفل كتفي وشرعنا في السير إلى مكتب الممرضة فعبرنا الملعب ونزلنا تلا ثم دخلنا إلى مبنى المدرسة سندتني أياد عدة حتى أسير معتدلا كنا سير ببطء ولم يكن أحد يدرك أن كل دقيقة مهمة حين وصلنا إلى مكتب الممرضة سألتني عادة من الأسئلة في أي عام نحن؟ أجبتها العام 1998 لكن أنا في الواقع كنا في العام 2002 من الرئيسي للهات المتحدة الأمريكية؟ قلت بيل كلينتون وكانت الإجابة الصحيحة جروش بوش ما اسم والدتك؟ تعال عصمت في الإجابة ومرت عشر ثوان ثم قلت باتي متجاهلا حقيقة أنني استغرقت عشر ثوان كي أتذكر اسم والدتي كان هذا آخر سؤال أتذكر كان جسدي عاجزا عن التأقلم مع التورم السريع في دمائي وفقدت الوعي قبل وصول الإسعاف بعدها بدقائق حملت خارج المدرسة ونقلت إلى المستشفى المحلي بعد وصولي بقليل بدأت أجهزتي الحيوية تتوقف عن العمل فكنت أعاني من أجل القيام بالوظائف الأساسية كالبلع والتنفس عنايت من نوبة التشنجات الأولى بعدها توقفت عن تنفس تماما وبينما هرع الأطباء كي يزودوني بالأكسجين قرروا أيضا أن المستشفى المحلي لم يكن مجهزا للتعامل مع الموقف وطلبوا نقلي إلى المستشفى أكبر أخرجوني من غرفة الطوارئ على نقالة نحو المروحية الموجودة على الجهة المقابلة من الشارع اهتزت النقالة لدى عبورها فوق رصيف الناتق وكانت إحدى الممرضات تدفعني بينما الأخرى تدخل الأكسجين إلى رئتي يدويا أما والدتي التي كان قد وصلت إلى المستشفى قبل لحظات فقد صعدت إلى المروحية إلى جواري ظللت فاقدة الوعي وعجلا عن التنفس من فردي بينما أمسكت والدتي بيدي خلال الرحلة وبينما كانت والدتي تجلس إلى جواري في المروحية عاد والدي إلى المنزل كينكل الخبر إلى شقيقي وشقيقتي وكان يكافح الدموع وهو يخبر شقيقتي أنه لن يستطيع حضور حفل تخرجها من الصف الثامن في تلك الليلة وبعد توزيع شقيقي على أحد الأقرباء وأحد الأصدقاء قاد سيارته كي يقابل والدتي حين هبطت المروحية بنا فوق سطح المستشفى هرع فريق من 20 طبيبنا ممرضة نحونا ونقلوني إلى وحدة الصدمات بحلول ذلك الوقت كان تورم دماغي قد صار شديدا إلى درجة أنني عانيت من تشنجات ما بعد الصدمة كان تزامي المكسورة بحاجة إلى إصلاح غير أنني لم أكن في حالة تسمح بالخدوة العملية الجراحية وبعد نوبة تشنج أخرى وداتوا في غيبوبة مستحثة طبيا وأوصلوني بجهاز تنفس استنوعي لم يكن والدي غريبين على هذه المستشفى فمنذ عشر سنوات دخلاها حين شخصت إصابة شقيقتي بسرطان الدم وهي في الثالثة من عمرها كنت في الخامسة حين إذن وكان شقيقي يبلغ من العمر ستة أشهر وحسب وبعد عامين ونصف العام من العلاج الكيميائي والبزل قطني وخزعات نخاع الدم خرجت شقيقتي أخيرا من المستشفى وهي سعيدة وصحيحة الجسد وخالية من السرطان والآن وبعد عشر سنوات من الحياة الطبيعية وجد والدي نفسيهما يعودان إلى المكان ذاته مع طفل مختلف حين دخلت في الغيبوبة أرسل المستشفى رجل دين وأخصائيا اجتماعيا كي واسيا والدي كان رجل الدين نفسه الذي قابلهما منذ عقد مضى في الليلة التي عرفا فيها أن شقيقتي مصابة بالسرطان مع حلول المساء كان عدد من الآلات يبقيني حيا وكان والدي نامان قلقين على كنبة المستشفى وفي إحدى اللحظات كان ينهران من الإرهاق وفي لحظة أخرى كان يبقيان من دوني نوم بسبب القلق ولاحقا قالت لي والدتي كانت واحدة من أسوأ الليلة التي عشتها على الإطلاق التعافي لحسن الحظ بحلول الصباح التالي كنت قد استعدت قدراتي على التنفس بحيث شعر الأطباء في الاتمئنان لإخراجي من الغيبوبة وحين استعدت الوعي مجددا اكتشفت أنني فقدت قدراتي على الشم وكنوع من الاختبار طلبت مني إحدى الممرضات أن أتمخط وأتنشق رائحة علبة من عصير التفاح عادت قدراتي على الشم لكن ما أدهش الجميع هو أن عملية التمخط تسببت في دفع الهواء عبر الكسور الموجودة في محجر العين ودفعت عيني اليسرى إلى الخارج برزت عيني من محجرها ولم يبقها في مكانها على نحو المتقلقل إلا جفني والعصب البصري الذي يربط عيني بدماغي قال طبيب العيون أن عيني ستعود إلى مكانها تدريجيا حين يخرج الهواء لكن كان من الصعب معرفة كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر كان مخططا خدوة إلى جراحة بعد أسبوع وهو ما منحني وقتا إضافيا للتعافي كنت أبدو كأنني الطرف الخاسر في مبارال الملاكمة لكن سمح لي بمغادرة المستشفى عدت إلى المنزل بأنف مكسور ونصف دستة من كسور البجه وعيني أسرى جاحزة كانت الشهور التالية عصيبة شعرت وكأن كل شيء في حياتي قد توقف عليت من صعوبة في الرؤية لأسابيع وكنت عاجزا تماما عن الرؤية السليمة استغرق الأمر أكثر من شهر غير أن عيني عادت في النهاية إلى وضعها الطبيعي وبسبب نوبات التشنجات ومشكلات الرؤية مر ثمانية أشهر قبل أن أستطيع قيادة السيارة مجددا وفي العلاج الطبيعي تدربت على الأنماط الحركية الأساسية مثل السير في خط المستقيم كنت عايزما على ألا أدعى إصابتي تحبطني لكن مر بلحظات كثيرة كنت أشعر فيها بالإحباط والارتباك حين عدت إلى ملعب البيسبول بعد عام كامل أدركت بألم المدى الذي تعين علي أن أقطعه لطالما كان البيسبول جزءا أساسيا من حياتي لعب والدي في دور البيسبول للدرجة الثانية لحساب فريق سانت لويس كارديناز وكنت أحلم أنا أيضا باللعب كمحترف وبعد شهور من إعادة التأهيل كان أكثر ما أريد في الحياة هو العودة إلى الملعب وغير أن عودتي إلى البيسبول لم تكن ثلثة فمع تتابع مبارات الموسم كنت أنا اللعب الوحيد الذي استبعد من الفريق الأول للمدرسة وأرسلت للعب مع فريق طلاب المرحلة الثانية كنت ألعب البيسبول منذ الرابعة وفي نظر شخص كرس هذا الوقت والمنجود لهذه الرياضة كان الاستبعاد أمرا مهينا وأذكر جيدا هذا اليوم الذي حدث فيه هذا فقد جلست في سيارتي وأخذت أدير مؤشر محطات الراديو وأنا أبحث قونة عن أغنية من شأنها أن تحسن حالتي مزاجية وبعد عام من الشك في ذاتي تمكنت من العودة إلى الفريق الأول وأنا في عام الدراسي الأخير غير أنني لم ألعب إلا نادرا وإجمالا لعبت 11 شوطا للفريق الأول لمدرسة الثانوية أي أكثر من مباراة وحيدة بقليل ورغم مصاري متوضع في مدرسة الثانوية ظللت على إيماني بأن بمقدوري أن أكون لعبا عظيما وكنت أعلم أنه لو كان للظروف أن تتحسن فأنا الوحيد المسؤول عن حدوث ذلك وقد جاءت لحظة التحول بعد عامين من إصابتي حين بدأت دراستي في جامعة دينسون وكان البداية جديدة وكان ذلك هو المكان الذي اكتشفت فيه المرة الأولى القوة المدهشة للعادات البسيطة كيف علمت بشأن العادات؟ كان الالتحاق بجامعة دينسون أفضل قرارات حيتي فقد حصلت على مكان لي على الفور في فريق البيسبول ورغم أنني كنت في ذيل قائمة اللاعبين كوني طالبا في السنة الأولى فقد كنت سعيدا للغاية فرغم الفوضى التي ضربت سنوات دراستي بمرحلة سنوية تمكنت بالفعل من أن أكون رياضيا جامعيا لم أكن في سبيلي لأن أصبح أحد أعضاء الفريق الأساسيين قريبا لذا فقد ركست على تنظيم شؤون حياتي وبينما كان زملائي يصهرون الوقت المتأخر ويلعبون بألعاب الفيديو رسخت عادات نوم مفيدة وكنت أخذت إلى النوم مبكرا كل ليلة وفي وسط العالم الفوضوي للمهجع الجامعي حرست على أن تكون غرفتي مرتبة ونظيفة كانت هذه التحسينات بسيطة لكنها منحتني إحساسا بالسيطرة على حياتي بدأت أستعيد شعوري بالثقة مجددا وهذا الإيمان بذاتي انعكس على دراستي حيث حسنت عاداتي الدراسية وتمكنت من الحصول على تقدير امتياز خلال عام الدراسي الأول العادة برع عن نشاط أو سلوك يؤدى بصورة دورية وفي أحيان كثيرة بصورة تلقائية ومع انقضاء كل فصل دراسي كنت أراكم عادات بسيطة لكن دائمة أدت دي في النهاية إلى نتائج لم أكن أتخيلها حين بدأت مراكمة هذه العادات على سبيل المثال حرست للمرة الأولى في حياتي على الموظبة على رفع الأسقال مرات عدة في الأسبوع وفي العام التالي ازداد وزني من 170 رطلا إلى 200 رطلا من العضلات علما بأن طولي 6 أقدام وأربع بوصات في عام الدراسي الثاني بالجامعة صرت أحد الرماء الأساسيين في الفريق وفي عام الثالث اختارني زملائي كي أكون قائدة فريق وفي نهاية الموسم تم اختياري في فريق الولايات المجمعة غير أن عاداتي في النوم والدراسة وتدريبات القوة لم يظهر تأثيرها النافع مثل ما ظهر في عام الدراسي الأخير فبعد 6 سنوات من إصابتي في الوجه بمدرب بيسبول ونقلي إلى مستشفى بمروحية ووضعي في غيبوبة جرى اختياري لأكون رياضي الأول في جامعة دانيسون واختياري لأكون في فريق اللعابين الجامعيين على مستوى أمريكا برعاية مجلة ESPN وهو شرف لا يمنح إلا ل33 لعاب فقط على مستوى البلاد وبحلول وقت تخرجي كان اسمي مسجلا في كتاب الأرقام القياسية للجامعة في ثماني فئات مختلفة وفي العام ذاته حصلت على أرفع تكريم أكاديمي من الجامعة ميدالية الرئيس أتمنى أن يسامحني الكار إذا بدأت وكأنني أتفخر فإحقاقا للحق لم يكن سمت شيء أسطوري أو ملحمي في تاريخي الرياضي فلم ينتهي بالمطاف قط باللعب بشكل احترافي ومع ذلك بالنظر إلى تلك السنوات أرى أنني أنجزت شيئا ينظر إنجازه وهو أنني حققت أقصى ما تتيح قدراتي وأؤمن بأن المفاهيم الواردة في هذا الكتاب يمكنها أن تساعدك في تحقيق أقصى ما تتيح قدراتك أنت أيضا كلنا نواجه تحديات في الحياة كانت هذه الإصابة أحد التحديات التي واجهتها وقد علمتني هذه التجربة درسا عظيما علمتني أن التغييرات التي تبدو بسيطة وغير مهمة في البداية تتتراكم وتتحول إلى نتائج مزهلة لو أنك وصلت الالتزام بها لسنوات كلنا نواجه عقبات لكن على المدى البعيد تعتمد جودة حياتنا في الأساس على جودة عادتنا وعند الالتزام بالعادات نفسها سينتهي بك الحال إلى تحقيق نتائج نفسها لكن عن طريق الالتزام بعادات أفضل سيكون أي شيء ممكن ربما يوجد أشخاص يستطيعون تحقيق نجاحات عظيمة بين عشية وضحاها لا أعرف الكثيرين منهم وبالتأكيد أنا لست أحدهم فلم تكن سمت لحظة فارقة واحدة في رحلتي من الغيبوبة الاصطناعية إلى فريق لعابين الجامعيين بل كانت هناك لحظات عدة لقد كانت تطورا تدريجيا سلسلة طويلة من المكاسب البسيطة والنجاحات الصغيرة وكان السبيل الوحيد إلى تحقيق التقدم هو البدء بشيء بسيط وقد طبقت هذه الاستراتيجية عينيها بعد ذلك ببدء سنوات حين بدأت عملي الخاص وشرعت في العمل على هذا الكتاب كيف ولماذا كتبت هذا الكتاب؟ في نوفمبر عام 2012 بدأت بنشر مقالات على موقع جيمسكلير دوك كوم فعلى مدار سنوات كنت أدوم ملحوظات عن خبراتي الشخصية مع العادات وأخيرا كنت مستعدا لمشاركة بعضها على الملأ وقد بدأت بنشر مقالين جديدين يوميا الاثنين والخميس وفي غدوم بضعة أشهر أدت عادة الكتابة البسيطة هذه إلى أول ألف مشترك بموقعي وفي نهاية العام 2013 وصل هذا العدد إلى سلسين ألفا وفي العام 2014 وصلت قائمة المشتركين في نشر البريدي الإلكتروني إلى أكثر من مائة ألف مشترك وهو ما يجعلها واحدة من أسرع النشرات الإخبارية نموا على الإنترنت حين بدأت بالكتابة منذ عامين كنت أشعر بأنني مدعي لكنني الآن صرت واحدا من خبراء العادات وهي تسمية جديدة أصارت حماستي غير أنني شعرت بعدم الارتياح كذلك فلم أكن أحسب نفسي أستاذا في الموضوع وإنما شخص كان يجرب بالتعاون مع قرائه في العام 2015 وصل عدد مشتركين عبر ربيدي الإلكتروني إلى مائتي ألف مشترك ووقعت عقدا مع دار نشر بنجوين لتأليف الكتابة الذي تقرؤونه الآن ومع ازدياد أعداد المتابعين زادت فرص العمل لدي أيضا وبات يطلب مني على نحو متزايد أن أتحدث في كبرى الشركات عن عالم تكوين العادات وتغيير السلوك والتحسين المتواصل ووجدت نفسي ألقي كلمات افتتاحية في مؤتمرات في الولايات المتحدة وأوروبا وفي العام 2016 بدأت مقالاتي في الظهور بصورة منتظمة في مطبوعات كبرى مثل تايم وفوربس ومن المثيل للزهول أن قرأت كتاباتي من قبل ثمانية ملايين شخص في ذلك العام وبدأ مدربي فرق دوري كرة القدم الأمريكية والرابطة الوطنية لكرة السلة ودوري البيسبول الرئيسي يقرؤون كتاباتي وتشاركونها مع فرقهم وفي بداية العام 2017 أطلقت أكاديمية العادات التي صارت منصة التدريب الرئيسية للمؤسسات والأفراد المهتمين ببناء عادات أفضل في الحياة والعمل وبدأت شركات موجودة على قائمة مجلة فورتشل الأكبر 500 شركة وشركات ناشئة تلحق قادتها بالأكاديمية وتدرب أفرادها فيها وإجمالا تخرج أكثر من عشرة آلاف من القادة ومديرين والمدربين والمعلمين من أكاديمية العادات وتعلمت من خلال عملي الكثير عما يتطلبه الأمر كي تنجح العادات في الحياة الوقعية وبينما أضع اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب في العام 2018 يستقبل موقع جيمس كلير دوكوم ملايين الزوار شهريا ويشترك نحو 500 ألف شخص في نشرات بريدية الإسبوعية المرسلة عبر بريد الإلكتروني وهو عدد يفوق ما توقعت بكثير حين بدأت إلا درجة أنني أعجز عن استيعابه الأسس لماذا تؤدي التغييرات البسيطة إلى اختلافات كبيرة؟ القوة المدهشة للعادات الزرية تغير مصير الفريق الإنجليزي للدرجات ذات يوم من العام 2003 كانت المنظمة القائمة على إدارة شؤون سباكات الدرجات الاحترافية في بريطانيا العظمة قد عينت مؤخرا ديف بريلسفورد كي يكون مدير الأداء الجديد آنذاك كان لمتصابق الدرجات في بريطانيا العظمة تاريخ متواضع على مدار مائة عام ومنذ العام 1908 لم يفز المتصابقون إلا بميدالية ذهبية وحيدة في الألعاب الأولمبية وكان أداءهم سيئا في أكبر سباكات الدرجات سباك تواف فرنسا وخلال 110 أعوام لم يفز أي دراج بريطاني بذلك السباك مطلقا في الواقع كان أداء الدراجين بريطانيين شديد التواضع إلى درجة أن واحدة من كبرى شركات تصنيع الدرجات في أوروبا رفضت بيع الدرجات للفريق لأنها كانت تخشى أن يؤدي هذا إلى الإدرار بالمبيعات حين يرى المحترفون الآخرون أن الدراجين البريطانيين يستخدمون دراجاتها عين بريدسفورد كيضع رياضة سباك الدراجات البريطانية على مصار جديد وما جعلهم مختلفا عن المسؤولين السابقين كان التزام الذي لا يلين باستراتيجية كان يشير إليها باستراتيجية تراكم المكاسب الهامشية وهي عبارة عن فلسفة تقضي بالبحث عن التحسينات الهامشية البسيطة في كل شيء تفعله ويقول بريدسفورد جاء ذلك المبدأ من فكرة أنك لو استطعت تجزئة كل شيء يمكنك التفكير به فيما يتعلق بركوب الدراجات ثم حسنته بمقدار واحد بالماء فستحصل على زيادة كبيرة في الأداء حين تقوم بتدميع كل الأجزاء معا شرع بريدسفورد ومدربوه في إجراء تعديلات بسيطة قد يتوقعها المرء من فريق دراجات محترف فقد أعادوا تصميم مقاعد الدراجات كي يجعلوها مريحة أكثر ومسحوا الإطارات بالكحول كي تصير سابطة على الطرق بصورة أفضل كما طلبوا من الدراجين ارتداء سراويل قصيرة مدفقة كهربائية من أجل حفاظ على درجة حرارة مثالية لعضلات في أثناء ركوب واستخداموا مستشعرات تقدم إفادة حيوية من أجل مراقبة كيفية استجابة الرياضيين لتدريبات معينة كما اختبر الفريق أقمشة متعددة في نفق للرياح وطلبوا من الدراجين الذين يتصابقون في الهواء الطلب ارتداء سطرات تصابق التي يرتديها الدراجون داخل الصلاة والتي كانت أخف وزنا وأقل مقوامة الهواء غير أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد فقد وصل بريلسفورد وفريق العصور على تحسينات بنسبة 1% في مناطق غير ملحوظة وغير متوقعة فاختبروا أنواع مختلفة من هلام التدريك كي يروا أيها يؤدي إلى تعافي أسرع العضلات كما استعانوا بطبيب كي يعلم أفراد الفرق أفضل الصبل لغسل أيديهم من أجل تقليل احتمالات الإصابة بالإنفلونزا كما حددوا أنواع الوسائد والفرش التي تؤدي إلى حصول الدراجين على نوم أفضل كل ليلة بل إنهم دهنوا جزء الداخلي من شاحنة الفريق باللون الأبيض وهو ما يساعدهم في العصور على أدق درات الغبار التي كان من المعتاد أن لا يلاحظها أحد لكن بوسعها أن تقلل من أداء الدراجات المضبوطة بدقة ومع ترقم هذه التغييرات ومئات غيرها جاءت النتيجة أسرع مما تخيل أي شخص ففي غدون خمس سنوات من تولي بريلسفورد المسئولية هيمن فريق الدراجات البريطاني على مصابقات الدراجات المفتوحة وفي الصالات في أولمبياد بيكين لعام 2008 حيث فازوا بنسبة مذهلة مقداروها 60% من الميدياليات الزهبية المتاحة وبعدها بأربع سنوات حين أقيمت الألعاب الأولمبية في لندن حقق الدراجون البريطانيون إنجازا غير مسبوك وحطموا تسعة أرقام قياسية أولمبية وسبعة أرقام قياسية عالمية وفي العام ذاته صار برادلي أول دراج بريطاني يفوز بتواف فرنسا وفي العام التالي فاز زميله في الفريق ريس فرومب السباك وقرر الإنجاز في الأعوام 2015 و2016 و2017 وهو ما ساعت في فوز بريطانيا بتواف فرنسا خمس مرات في ستة أعوام وخلال العقد الممتد بين العامين 2007 و2017 فازت دراجون البريطانيون بمائة وثمانية وسبعون مسابقة عالمية وحصلوا على ستة وستين ميداليا أولمبية أو بارولمبية وفازوا بطواف فرنسا خمس مرات فيما يعد أنجح مسيرة رياضية في تاريخ سباك الدراجات كيف حدث هذا؟ كيف لمجموعة من الرياضيين العاديين أن يتحولوا إلى أبطال عالم نتيجة تغييرات بسيطة؟ تبدو من الوهلة الأولى وكأنها لا تنجح إلا في إحداث فارق ضئيل على أفضل تقدير تترقم التغيرات الصغيرة بحيث يكون لها نتائج مذهلة وكيف يمكنك تكرار هذا النهج وتطبيقه في حياتك؟ لماذا تحقق العادات البسيطة فارقا كبيرا؟ من السهل الغاية أن نبالغ في تقدير أهمية لحظة واحدة مميزة وأن نحط من قيمة القيام بتغييرات بسيطة بشكل يومي ففي كثير من الأحيان نقنع أنفسنا بأن النجاح الكبير يتطلب فعلا كبيرا وسواء كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن أو تأسيس شركة أو تأليف كتاب أو الفوز ببطولة أو تحقيق أي هدف آخر فنحن نضغط على أنفسنا كي نكون بتحسين واحد كبير ساجع للجميع يتحدثون عنه في الوقت ذاته فإن التحسن بنسبة واحد بالماء ليس جديرا بالسناء وأحيانا ليس جديرا بالملاحظة من الأساس غير أنه يمكن أن يكون مؤثرا على نحو أكبر بكثير خاصة على المدى البعيد فالفارق الذي يمكن للتحسين الضئيل تحقيقه مع الوقت فارق مظهل وإلك بحسبة رياضية توضيح الأمر فإذا أمكنك التحسن بنسبة واحد بالماء فقط كل يوم على مدار عام سينتهي بك الحال وأنت أفضل ب37 ضعفا فيما تفعله وبالعكس لو أنك صرت أسوأ فيما تفعله بنسبة واحد بالماء كل يوم فسيتدهور بك الحال وصولا إلى السفر فما تبدأ به سواء كمكسب بسيط أو خسارة بسيطة سيتراكم إلى شيء أكبر بكثير العادات هي الفائدة المركبة للتحسن الزيتي ومثلما تزداد الأموال بفعل الفائدة المركبة فإن تأثيرات عاداتك تتضاعف حين تكررها إنها تبدو كأنها لا تحدث إلا فارقا ضقيلا في يوم واحد ومع ذلك فإن التأثير الذي تحدثه على مدار شهور وسنوات يكون تأثيرا ضخما ولا تصير فوائد العادات الحسنة وتكاليف العادات السيئة جالية إلا حين نتأملها بعد مرور عامين أو خمسة أعوام أو عشرة أعوام لاحقة يصعب إدراك هذا المفهوم في الحياة اليومية فنحن عادة لا نضع في الحسبان التغيرات الضئيلة لأنها تبدو غير ذات أهمية كثيرا فإذا ادخلت مبلغا ضئيلا الآن فلن تصير مليونيرا الآن وإذا ذهبت إلى صالة التدريبات البدنية لثلاثة أيام متعاقبة فلن تصل إلى الشكل المنشود الآن وإذا ذكرت اللغة الصينية لمدة ساعة الليلة فلن تتعلم اللغة الآن فنحن نكون بتغيرات بسيطة غير أن النتائج لا تأتي سريعا ومن ثم فإنها نعود إلى سلوكياتنا القديمة المعتادة للأسف الشديد تتسبب الوتيرة البطيئة للتحول في جعل العادات السيئة تتسلل إليك بسهولة فإذا أكلت طعاما غير صحي طوال اليوم لا يتحرك مؤشر الميزان كثيرا وإذا عملت إلى وقت متأخر ليلا وتجاهلت أسرتك فسيسامحونك على ذلك وإذا سوفت وأجلت مشروعك إلى الغد فسيكون هناك على الأرجح وقت كي تنهيه لاحقا فالقرار الواحد من السهل التغافل عنه لكن حين نكرر نسبة واحد بالمائة من الأخطاء كل يوم عن طريق تكرار اتخاذ قرارات سيئة وتكرار اللقوع في أخطاء بسيطة وانتحال الأعذار ستتراكم أخطاؤنا وتكون لها نتائج وخيمة وتراكم هذه الأخطاء السيئة العديدة هو ما يؤدي في النهاية إلى المشكلة إن التأثير الذي يخلقه التغيير في عاداتك يشبه تأثير تغيير مصار الطائرة ببدأ درجات وحسب تخيل أنك تطير من لوس أنجلوس إلى مدينة نيويورك إذا غيرت طيار المصار بمقدار ثلاث درجات ونصف الدرجة وحسب إلى الجنوب فستهبت في واشنطن العاصمة بدلا من نيويورك مثل هذا التغيير غير ملحوظ بالكاد عند الإقلاع لكن إن التكبيره على مستوى الولايات المتحدة كلها سينتهي بك الحال بفارق مقداره عدة أميال وبالمثل باستطاع التغيير بسيط في عاداتك اليومية أن يحول حياتك إلى وجهة مختلفة تماما إن اتخاذ قرار أفضل بنسبة واحد بالمائة وأسوأ يبدو عليم الأهمية الآن لكن على مدار اللحظات التي تؤلف عمرا فإن هذه الخيارات تحدد الفارق بين ما أنت عليه الآن وما يمكنك أن تكونه فالنجاح نتاج للعادات اليومية وليس التحولات التي تحدث مرة واحدة في العمر مع وضع هذا في الاعتبار لا يهم مدى نجاحك من عدمه في الوقت الحالي بل المهم هو ما إذا كانت عاداتك تضعك على مصار السليم صوب النجاح أم لا فعليك أن تكون مهتما بمصارك الحالي أكثر من اهتمامك بنتائجك الحالية فإذا كنت مليونيرا غير أنك تنفق كل شهر أكثر مما تجني فأنت حينها على مصار خاطئ وإذا لم تتغير عادات انفقك فلن ينتهي الأمر بصورة طيبة وبالعكس إذا كنت مفلسا الآن غير أنك تدخل قديل كل شهر فأنت حينها على طريق الصحيح نحو التحرر المالي حتى إذا كنت تتحرك على نحو أبطأ مما ترجوه إن نتائج التي تحققها ما هي إلا مقياس متأخر لعاداتك فإجمال ما تمتلكه من أموال هو مقياس متأخر لعاداتك المالية ووزنك هو مقياس متأخر لعاداتك في تناول الطعام ومعرفتك هي مقياس متأخر لعادات التعلم لديك والفوضى الضاربة في منزلك هي مقياس متأخر لعادات التنظيف لديك فأنت تجني ثمار ما تواظب على تكراره وإذا أردت أن تتنبأ لما ستقول إليه حياتك كل ما عليك فعله هو تتبع المكاسب والخسائر الطفيفة وأن ترى كيف ستترقم عاداتك اليومية بعد عشر سنوات أو عشرين سنة من الآن هل تنفق أقل مما تجني كل شهر؟ هل تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل أسبوع؟ هل تقرأ الكتب والتعلم شيئا جديدا كل يوم؟ إن هذه المعارك الصغيرة هي التي ستحدد ما ستكون عليه حياتك في المستقبل إن الزمن يعظم الهامش بين النجاح والفشل وهو سيعظم أي ما تفعله والعادات الحسنة تجعل الزمن حليفك بينما العادات السيئة تجعل الزمن عدوك فالعادات سلاح زو حدين وباستطاعة العادات السيئة أن تدمرك في حين تستطيع العادات الحسنة أن تبني حياتك ولهذا السبب من المهم للغاية فهم تفاصيل هذا الأمر فأنت بحاجة إلى أن تعرف كيف تعمل العادات وكيف تطوعها لتحقيق ما تنشده وبذلك تستطيع تجنب الحد الضار لهذا السلاح يمكن أن تترقم عاداتك لصالحك أو ضدك التراكم الإيجابي تراكم الإنتاجية إنجاز مهمة واحدة إضافية في اليوم يعد أمرا بسيطا غير أنه يساوي الكثير على مدار الحياة المهنية ويمكن لتأثير أتمته مهمة قديمة أو إتقان مهارة جديدة أن يكون أعظم وكلما زاد عدد المهام التي تستطيع قيام بها من دون تفكير تحرر عقلك بدرجة أكبر من أجل التركيز على الانتقاط الأخرى تراكم المعرفة إن التعلم فكرة واحدة جديدة لن يجعل منك شخصا عبقريا غير أن الالتزام بالتعلم مدى الحياة يمكن أن يغير حياتك تماما علاوة على ذلك كل كتاب تقرأه لا يعلمك شيئا جديدا وحسب وإنما يفتح لك أيضا مصارات جديدة للتفكير في الأفكار القديمة وكما قال وارن بافت هذه هي الطريقة التي تعمل بها المعرفة فهي تتراكم كالفائدة مركبة تراكم العلاقات إن الناس يعكسون سلوك اكتجاههم فكلما ساعدت لغير أراد لغير أن يساعدك ويمكن للتحلي باللطف في تعاملاتك أن يؤدي إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات القوية مع مرور الوقت التراكم السلبي تراكم الأفكار السلبية كلما نظرت إلى نفسك بوصفك شخصا عديم القيمة أو جبانا أو قبيحا فأنت تعود نفسك على النظر إلى الحياة من هذا المنظور وتصبح حبيث دائرة مفرغة من الأفكار السلبية والأمر عيني منطبق على الكافية التي تفكر بها في الآخرين فبمجرد أن تسقط في عادة النظر إلى الأشخاص بوصفهم أشخاصا غاضبين أو ظالمين أو أنانيين فسترى هذه الصنوف من البشر في كل مكان تراكم الحنق إن أعمال الشغب والإحتجاج والحركات الجماهيرية نادرة ما تكون نتيجة لحدث واحد وإنما تتراكم سلسرة طويلة من الإساءات الصغيرة والأزمات اليومية ببطء إلى أن يتسبب حدث واحد في قسم ظهر البعير ويستشري الحنق كمان نوار في الهاشين تراكم الضغوط إحباط الانتظار في إشارة المرور ثقة المسئوليات الأبوة قلق تغطية نفقاتك الإجهاد الناجم عن الارتفاع البسيط في ضغط الدم هذه الأمور المسببة للتغطر يمكن التعامل معها في حد ذاتها لكن حين تستمر هذه الضغوط البسيطة لسنوات يمكن أن تتراكم بحيث تسبب مشكلات صحية خطيرة ما يعنيه التقدم حقا؟ تخيل أن لديك مكعبا سلجيا موجودا على طاولة موضوع أمامك إن الغرفة باردة ويمكنك أن ترى البخار يتصاعد من أنفسك تبلغ درجة الحرارة الآن 25 درجة فيرنهايت وببطء شديد تبدأ درجة حرارة الغرفة في الارتفاع 26 درجة 27 درجة 28 درجة لا يزال المكعب مستقرا على الطاولة التي أمامك 29 درجة 30 درجة 31 درجة لا يحدث شيء بعد بعد ذلك ترتفع الحرارة إلى 32 درجة ويبدأ المكعب في الزابان إن تغيرا في الحرارة بمقدار درجة واحدة لا يختلف ظاهريا عن الزيادة الصادقة في درجة الحرارة تسبب في إحداث تغير هائل إن لحظات التقدم المفاجئ عادة ما تكون نتيجة للعديد من الأفعال الصادقة عليها والتي تؤدي إلى تراكم الطاقة المطلوبة من أجل إحداث تغير كبير يظهر هذا النمط في كل مكان فمرض السرطان يقضي 80% من حياته وهو غير مرصود ثم يستولي على جسم الإنسان في غضون أشهر والخيزران لا يمكن تبينه في الخمس سنوات الأولى بينما يبني منظومة ممتدة من الوزور تحت الأرض قبل أن يقفز فجأة الارتفاع 90 قدما في الهواء في غضون 6 أسابيع وبالمثل لا تبدو العادات كأنها تحدث فارقا يسكر إلى أن تكتاز عتب حرجة معينة وتفتح مستوى جديد من الأداء ففي المراحل الأولى والمتوسطة من أي مسعى يوجد على الدوام وادي الإحباط فأنت طاقة إحراز التقدم على نحو المضطرد ومن المحبط أن تبدو التغيرات غير فعالة خلال الأيام والأسابيع بل والشهور الأولى تبدو وقتها كأنك لن تحقق شيئا غير أن هذه علامة أي عملية تراكمية فأقوى النتائج تأتي بصورة متأخرة هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب بناء عادات تدوم فالناس يقومون بعمل تغييرات قليلة صغيرة ثم يفشلون في رؤية نتائج ملموسة فيقاررون التوقف حينها تفكر أنني أمارس جري منذ شهر لماذا إذن لا أرى تغييرا في جسدي وبمجرد أن يستولع عليك أسلوب التفكير هذا يصير من السهل أن تتخلى عن العادات الحسنة لكن من أجل إحداث فارق معني تحتاج العادات أن تدوم بما يكفي كي تتجاوز هذه مرحلة التي أسميتها مرحلة القدرات الكاملة إذا وجدت نفسك تعاني في سبيل بناء عادة حسنة أو التخلص من عادة سيئة فهذا ليس راجعا إلى أنك فقدت قدرتك على التحسن بل عادة ما يكون السبب أنك لم تكتز بعد مرحلة القدرات الكاملة والشكوى من عدم تحقيق النجاح رغم العمل تشبه الشكوى من عدم ذوبان وقعب السلج رغم أنك رفعت حرارته من 25 درجة إلى 31 درجة إن عملك ليس ضائعا بل هو مخزن وحسب فالعمل كله يحدث عند درجة الحرارة الثانية والثلاثين حين تخرج من مرحلة القدرات الكاملة فيصف الناس نجاحك بأنه تحقق بين عشية وضحها فالعالم الخارجي لا يرى إلا الحوادث المؤثرة ولا يرى ما سبقها من أفعال غير أنك تعلم أن العمل الذي قمت به منذ وقت طويل حين بدأ أنك لم تكن تحقق أي تقدم هو العمل الذي جعل النجاح ممكنا اليوم إن الإتقان يتطلب صبرا ويعلق فريق سان أنتونيو أحد أنجح الفرق في دور كوريتسالة الأمريكي في غرفة الملابس المقولة التالية التي وردت على لسان المصلح الاجتماعي جيكو بريز حين أجد نفسي عجدا عن إحراز التقدم أذهب أشاهد قاطع الأحجار وهو يضرب الصخرة ربما ماءت مرة دون أن يظهر بها ولو شك واحد لكن عند الضربة الأولى بعد الماءة تنشك الصخرة وأعلم حينها أن الضربة الأخيرة لم تكن هي المتسببة في ذلك وإنما كل ما سبقها من ضربات مرحلة القدرات الكاملة كل الإنجازات الكبيرة تأتي من بدايات بسيطة وبذرة كل عادة تكون عبارة عن قرار واحد بسيط لكن مع تقرار تنفيذ ذلك القرار تم العادة وتصير أقوى فترسخ الجذور ذاتها وتم الفروعة إن مهمة التخلص من العادة سيئة تشبه اجتساس شجرة بلوت قوية من داخلنا بينما مهمة بناء عادة حسنة تشبه غرس ظهر رقيقة ورعايتها يوما تروى الآخر لكن ما الذي يحدد ما إذا كنا سنلتزم بالعادة مدة طويلة كافية لاجتياز مرحلة القدرات الكاملة والانطلاق نحو الجانب الآخر ما الذي يجعل بعض الناس ينجرفون إلى عادات غير مرغوف فيها ويجعل بعض الآخر قادرين على التمتع بالتأثيرات التراكمية لعادات الحسنة عادة ما نتوقع أن يكون نجاح خطيا وعلى أقل تقدير نأمل أن يتحقق سريعا لكن ما في الوقت عادة ما يتأتي نتائج جهودك متأخرة فمن الممكن أن تنضي شهور وسنوات قبل أن ندرك قيمة العمل السابق الذي تحقق ويمكن أن يؤدي هذا إلى وجود وادي الإحباط الذي يشعر فيه الناس بفقدان الهمة بعد قضاء أسابيع أو شهور من العمل الجاد من دون تحقيق أي نتائج ومع ذلك فهذا العمل لم يكن ضائعا بل كان مخزنا ببسطة ولا تتكشف قيمة كاملة للجهود السابقة إلا بعد مرور وقت طويل انسى أمر الأهداف وركز على الأنظمة بدلا منها تذهب الحكمة الشائعة إلى أن الطريقة المسلع لتحقيق ما تريده الوصول إلى هيئة بدنية أفضل أو بناء شركة ناجحة أو الاسترخاء أكثر والقلق أقل أو قضاء وقت أكبر مع الأصدقاء والعائلة هو وضع أهداف محددة قابلة للتنفيذ لسنوات عدة كانت هذه هي الطريقة التي تعاملت بها مع عاداتي أيضا فكل عادة منها كانت عبارة عن هدف يجب الوصول إليه فكنت أحدد أهدافا للتقديرات الدراسية التي أريد الحصول عليها وللأوزان التي أريد أن أرفعها في صالة التدريبات البدنية وللأرباح التي أريد أن أجنيها في شركتي وكنت أنجح في قليل من هذه الأهداف وأفشل في الكثير منها وفي النهاية بدأت في إدراك أن نتائجي لم تكن مرتبطة كثيرا بالأهداف التي أحددها بقدر ما كانت مرتبطة عن كسب بالأنظمة التي كنت أتبعها ما الفارج بين الأنظمة والأهداف؟ تعلمت هذا التمييز من سكوت ألنز رسام الصور هزية ومبتكر شخصية ديلبرت الكرتونية إن الأهداف معنية بالنتائج التي تريد تحقيقها أما الأنظمة فهي معنية بالعمليات التي تؤدي إلى تحقيق هذه النتائج إذا كنت مدربا ربما يكون هدفك هو الفوز ببطولة أما نظامك فهو الطريقة التي تستقدم بها اللاعبين وتدير المدربين المساعدين وتباشر بها عملية التدريب وإذا كنت رائد أعمال ربما يكون هدفك بناء شركة تساوي ملايين دولارات أما نظامك فهو الكيفية التي تختبر بها أفكار المنتجات وتعين بها الموظفين وتجري بها حمالات التسويق وإذا كنت موسيقيا ربما يكون هدفك أن تعزف مقطوعة جديدة أما نظامك فهو على المرات التي تدر فيها وكيف تقسم المقاييس الموسيقية الصعبة وتتعامل معها وطريقتك في تلقي ملاحظات من مدربك والآن يأتي السؤال المهم إذا تجاهلت تماما أهدافك وركزت فقط على نظامك فهل ستتمكن من تحقيق النجاح؟ على سبيل المثال إذا كنت مدرب كرة سلة وتجاهلت هدفك المتمثل في الفوز ببطولة وركزت فقط على ما يفعله فريقك في التدريب كل يوم فهل رغم هذا ستحقق نتائج؟ أعتقد أنك ستستطيع ذلك إن هدف أي رياضة هو الانتهاء بأفضل عدد ممكن من النقاط لكن سيكون من استخف قضاء المباراة كلها وأنت تحضق في لوحة تسجيل النتائج فالطريقة الوحيدة التي تفوز بها هي أن تتحسن كل يوم وبحسب كلمات بيل ويلش الفائز ببطولة السوبر في ثلاث مرات فإن النتيجة النهائية ستتحقق من تلقاء نفسها والأمر عيني ينطبق على مناحي الحياة الأخرى فإذا كنت تريد الحصول على ننتائج أفضل انسى أمر تحديد الأهداف وركز على نظامك بدلا منها ما الذي أعني بهذا؟ هل الأهداف عديمة الفائدة تماما؟ بالطبع لا فالأهداف مفيدة في تحديد الاتجاه غير أن الأنظمة هي أفضل ما يحقق التقدم ويظهر عددا من المشكلات حين تقضي وقتا أكثر مما ينبغي في التفكير بشأن النتائج ووقتا أقل مما ينبغي في تصميم أنظمتك المشكلة الأولى الرابحون والخاسرون لهم الأهداف عينيها تعد عملية تحديد الأهداف تجسيدا لعملية الانحياز إلى البقاء فنحن نركز على الأشخاص الذين ربحوا الذين كتب لهم البقاء ونفترض مخطئين أن الأهداف الطموحة هي التي أدت إلى نجحهم بينما نتغافل عن الأشخاص الذين كان لهم الأهداف عينيها لكنهم لم ينجحوا كل رياضي أولمبي يريد الفوز بميدالية ذهبية وكل مرشح لوظيفة يريد الفوز بها وبما أن النجحين وغير النجحين يتقاصمون الأهداف عينيها فلا يمكن أن يكون الهدف هو ما يحدث الفارق بين الرابحين والخاسرين فلم يكن هدف الفوز بتواف فرنسا هو ما دفع فريق الدراجات البريطاني إلى قمة اللعبة فمن الطبيعي أنهم أرادوا الفوز بالسباق في كل مرة سابقة شأنهم شأن كل الفرق الأخرى فقد كان الهدف موجودا على الدوام لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة مختلفة إلا حين طبقوا نظاما من التحسينات الصغيرة المتواصلة المشكلة الثانية تحقيق الهدف ما هو إلا تغير لحظي تخيل أن لديك غرفة تضرب بها الفوضى وأنك وضعت لنفسك هدفا يتمثل في تنظفها وتنظمها إذا استجمعت طاقتك لتأديت هذه المهمة فستكون لديك غرفة نظيفة للوقت الحالي وحسب لكن إذا واصلت العادات المهملة القذرة نفسها التي أدت بالغرفة إلى حالة الفوضى في المقام الأول فسريعا ما ستجد نفسك أمام كومة جديدة من الفوضى وتأمل في الحصول على دفع جديد من التحفيز ستظل تطارد النتيجة نفسها لأنك لم تكن بتغيير النظام الكامل وراءها لقد علاقت العرض من دون أن تعالج المرض إن تحقيق الهدف لا يغير حياتك إلا لحظيا وهذه هي السمة المناقضة للبديهة فيما يتعلق بعملية التحسين فنحن نظن أننا بحاجة إلى تغيير نتائجنا غير أن النتائج ليست هي المشكلة فما نحن بحاجة إلى تغيير حقا هو الأنظمة التي تسببت في تلك النتائج وحين تحل المشكلات على مستوى النتائج فأنت تحلها بشكل مؤقت وحسب لكن من أجل التحسن على الدوام أنت بحاجة إلى حل المشكلات على مستوى الأنظمة فإذا أصلحت المدخلات ستنصلح المخرجات من تلقاء نفسها المشكلة الثالثة الأهداف تحد من ساعتك إن الإفتراض الدمي الكامل وراء أي هدف هو التالي بمجرد أن أحقق هدفي سأكون سعيدا والمشكلة المتعلقة بعقلية التركيز على الأهداف أولا هي أنك ستواصل تأجيل الشعور بالسعادة حتى تحقق الهدف المرحلة التالي وقد وقعت في هذا الفخ مرات عدة أعجز أن أحصيها وقد كنت قاعد نفسي أنني بمجرد اكتساب 20 رطلا من العضلات أو بعد أن تظهر شركتي في مجلة نيويورك تايمز حينها سأتمكن من الاسترخاء هلاوة على ذلك تخلق الأهداف سراعا من نوعية إما أو فإما أن تحقق أهدافك ومن ثم تكون ناجحا أو تفشل وتصير محبطا فأنت تحبس نفسك عقليا في نسخة ضيقة من السعادة وهذا أمر مضلل ومن غير المرجح أن يتوافق مسارك الفعلي في الحياة مع الرحلة التي تضعها في عقلك عند البدء وليس من المنطقي أن تقسر رضائك على سيناريو وحيد بينما توجد مسارات عدة تفضي إلى النجاح تقدم عقلة التركيز على الأنظمة أولا الترياق المناسب فعندما تقع في حب العملية ذاتها وليس المنتج النهائي فلن تنتظر حتى تمنح نفسك الإذن كي تكون سعيدا فمن الممكن أن تشعب الرضا في أي وقت يعمل فيه نظامك ويمكن للنظام أن يكون ناجحا بأشكال عديدة مختلفة وليس فقط بالشكل الذي تصورته في البداية المشكلة الرابعة الأهداف تتعرض مع تقدم طويل الأمد وأخيرا يمكن للعقلية التي تركز على الأهداف أن تتسبب في تأثير اليو يو يتضارب الكثير من عدائين لشهور لكن مجرد عبرهم خط النهاية يتوقفون عن تدريب فالسباق لم يعد موجودا كي يحفزهم وحين يكون عمل كالجات كله منصبا على هدف محدد فما الذي سيتبقى كي يدفعك قدما بعد أن تحقق هذا الهدف لهذا السبب يجد الكثيرون أنفسهم ينقصون إلى العادات القديمة بعد تحقيق أحد الأهداف إن الهدف من تحديد الأهداف هو الفوز بالمباراة بينما الغرض من بناء النظام هو الاستمرار في لعب المباراة والتفكير طويل الأمد هو تفكير لا يعتمد على الأهداف فهو ليس معنيا بأي إنجاز منفرد وإنما معني بدوره التنقيح اللانهائي والتحسين المتواصل وفي النهاية إن التزامك بالعملية هو الذي يحدد مقدار تقدمك نظام العادات الزرية إذا كنت تواجه صعوبة في تغيير عاداتك فاعلم أن المشكلة ليست فيك بل المشكلة في النظام الذي تتبعه ولا تكرر العادات السيئة نفسها مرارا وتكرارا لأنك لا تريد التغيير وإنما لأنك تتبع نظاما خاطئا في التغيير فأنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك وإنما تهبط إلى مستوى أنظمتك والتركيز على النظام الإجمالي وليس على هدف واحد يعد إحدى الأفكار الجوهرية لهذا الكتاب وهو أيضا أحد المعاني الأعمى قراءة كلمة الزرية أنت على الأرجح أدركت أن العادة الزرية تشير إلى تغيير بسيط مكسب هاميشي تحسن بنسبة 1% غير أن العادات الزرية ليست أي عادة قديمة وحسب مهما كانت صغيرة بل هي عادات بسيطة تعد جزءا من نظام أكبر ومثلما تؤلف الزرات الوحدات البنائية للجزئات فإن العادات الزرية هي الوحدات البنائية لنتائج المزهلة فالعادات أشبه بزرات حياتنا وكل عادة تعد وحدة جوهرية تسهم في تحسنك الإجمالي في البداية تبدو هذه العادات الروتينية البسيطة غير مؤثرة لكن سريعا ما تترقم على بعضها وتشكل نواة مكاسب أكبر تتعظم وصولا إلى درجة فوق تكاليف الإستثمار المبدئي المفزول فيها فهي صغيرة وقوية في الآن عينه وهذا هو معنى مصطلح العادات الزرية فهي ممارسات وسلوكيات روتينية لا تتصف فقط بكونها صغيرة ويسهل عملها ولكنها كذلك مصدر لقوة مزهلة ومكون للنظام من النمو التراكمي ملخص الفصل العادات هي الفائدة مركبة للتحسن الذاتي والتحسن البسيط بنسبة واحد بالماء كل يوم سيكون له تأثير عظيم على المدى البعيد العادات سلاح زحردين فهي تعمل لصالحك أو ضدك ولهذا من المهم للغاية فهم تفاصيل ذلك الأمر التغييرات البسيطة تبدو غالبا وكأنها لا تحدث فارقا كبيرا إلى أن تكتاز عتب حرجة معينة وأقوى النتائج الخاصة بأي عملية تراكمية تأتي متأخرة عليك أن تكون صبورا العادة الزرية هي عادة صغيرة تعد جزءا من نظام أكبر ومثلما تشكل الزرات الوحدات البنائية للجزئات فإن العادات الزرية هي الوحدات البنائية للنتائج المزهلة إذا أردت الحصول على نتائج الأفضل فلتنسى أمر تحليل الأهداف وركز على نظامك بدلا من ذلك أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك وإنما تهبط إلى مستوى أنزمتك كيف تشكل العادات هويتك؟ والعكس بالعكس لماذا من السهل تكرار العادات السيئة ومن الصعب ببناء العادات الحسنة؟ قليلة الغاية هي الأشياء التي لها تأثير أقوى على حياتك من تحسين عاداتك اليومية ومع ذلك فمن المرجح أن تجد في مثل هذا الوقت من العام القادم أنك تفعل بالضبط ما تفعله الآن بدلا من القيام بشيء جديد يبدو دائما من الصعب الحفاظ على استمارية العادات الحسنة لأكثر من أيام حتى في ضوء بمجهود المخلص ودفعات التحفيز العارضة فالعادات مثل تدريب البدني والتأمل وتدوين اليوميات والطهو كلها تبدو معقولة إذا مارستها اليوم أو يومين ثم بعد ذلك تصير عبقا سقيلا ومع ذلك فبمجرد أن تترسخ عاداتك يبدو أنها تدوم إلى الأبد خاصة العادات السيئة ورغم أفضل نياتنا فإن العادات غير الصحية من استتناول الطعام المرزول والإصراف في مشاهدة التلفاز والتسويف والتدخين من الممكن أن يبدو الخلاص منها مستحيلا إن تغيير عادتنا أمر صعب لسببين السبب الأول هو أننا نحاول تغيير الأشياء الخطأ وليس الأشياء مطلوب تغييرها والثاني هو أننا نحاول تغيير عادتنا بالطريق الخطأ في هذا الفصل سنتناول النقطة الأولى وهو الفصل التالي سأتناول الثانية إن خطأنا الأول هو أننا نحاول تغيير الأشياء الخطأ ولفهم ما أعني تخيل أن هناك ثلاثة مستويات يمكن للتغيير أن يحدث فيها ويمكنك التفكير فيها وكأنها طبقات بصلة هناك ثلاثة مستويات لتغيير السلوك تغيير النتائج أو تغيير العمليات أو تغيير الهوية الطبقة الأولى هي تغيير النتائج وهذا المستوى معني بتغيير المحصلات فقدان الوزن، نشر الكتاب، الفوز بمطولة وغالبية الأهداف التي تضعها لنفسك مرتبطة بهذا المستوى من التغيير الطبقة الثانية هي تغيير عملياتك وهذا المستوى معني بتغيير عاداتك وأنظمتك تنفيذ نظام جديد للتدريب في الصالة التدريبات تنظيم مكتبك من أجل سير العمل بشكل أفضل التعاود على التأمل وغالبية العادات التي تبنيها مرتبطة بهذا المستوى الطبقة الثالثة والأعمق هي تغيير هويتك وهذا المستوى معني بتغيير معتقداتك نظرتك إلى العالم، صورتك الذاتية الأحكام التي تصدرها على نفسك وعلى الآخرين وغالبية المعتقدات والافتراضات والتحيوزات التي تتعطنقها مرتبطة بهذا المستوى في حالة العادات المرتكزة على النتائج يكون التركيز على ما تريد تحقيقه أما في حالة العادات المرتكزة على الهوية يكون التركيز على ما تريد أن تصير عليه النتائج هي ما تحصل عليه والعمليات فهي ما تفعله أما الهوية فهي ما تؤمن به وحين يتعلق الأمر ببناء نظام للتحسين بنسبة 1% فلا تكون المشكلة أن أحد المستويات أفضل أو أسوأ من مستوى آخر فكل مستويات التغيير مفيدة في حد ذاتها والمشكلة الحقيقية هي اتجاه التغيير فمعظم الناس يبدأون عملية تغيير عادتهم بالتركيز على ما يريدون تحقيقه وهذا ما يؤدي إلى عادات مرتكزة على النتائج أما البديل فهو بناء عادات مرتكزة على الهوية وعن طريق هذا النهج نبدأ بالتركيز على من نريد أن نكونه فكر في شخصين يقاومان تدخين سجارة حين تعرض سجارة على الشخص الأول فإنه يقول لا شكرا فأنا أحاول الإقلاع عن التدخين يبدو هذا ردا معقولا غير أن هذا الشخص لا يزال يؤمن أنه مدخن يحاول فعل شيئا آخر وهو يأمل أن يتغير سلوكه بينما يواصل حمل المعتقدات نفسها يرفض الشخص الثاني قائلا كلا شكرا فأنا لست مدخنا إنه اختلاف بسيط غير أن هذه العبارة تشير إلى حدوث تحول في الهوية فالتدخين كان جزءا من حياته السابقة وليس حياته الحالية وهو لم يعد ينظر إلى نفسه بوصفه شخصا مدخنا معظم الناس لا يفكرون في تغيير الهوية حين يشرعون في محاولات التحسن فالواحد منهم يفكر قائلا أريد أن أصير نحيفا نتيجة وإذا التزمت بهذا النظام الجزائي حينها سأصير نحيفا عملية وهم يضعون أهدافا ويحددون الأفعال التي من المفترض أن يطلبها تحقيق تلك الأهداف لكن من دون التفكير في المعتقدات الكامنة خلف أفعالهم فهم لا يغيرون الطريقة التي ينظرون بها إلى أنفسهم ولا يدركون أن هوياتهم القديمة يمكن أن تخرب خطتهم الجديدة للتغيير خلف كل نظام من الأفعال يوجد نظام من المعتقدات فالنظام الديمقراطي مؤسس على معتقدات مثل الحرية وحكم الغالبية والمساواة الاجتماعية بينما النظام الديكتاتوري له مجموعة مختلفة لغاية من المعتقدات مثل السلطة المطلقة والطاعة التامة ويمكنك تخيل طرق عدة تشجع بها الناس على التصويت في النظام الديمقراطي غير أن هذا التغيير السلوكي لم تكن له قائمة في أي نظام ديكتاتوري فهذه ليست هوية النظام إذ أن التصويت سلوك ممكن وحسب تحت مجموعة محددة من المعتقدات سمت نمط مشابه سواء كنا نتحدث عن الأفراد أو المؤسسات أو المجتمعات فهناك مجموعة من المعتقدات والافتراضات التي تشكل النظام وهي بمنذية الهوية الكامنة خلف العادات إن السلوك غير المتوافق مع الذات لن يكتب له البقاء فربما تكون بحاجة إلى مزيد من المال لكن لو كانت هويتك هوية شخص يستهلك أكثر مما يجني فستواصل الإنجراف نحو إنفاق المال بدلا من ربحه ربما تريد أن تتمتع بصحة أفضل لكن لو أنك وصلت منح الأولوية للراحة على الإنجاز فستنجرف إلى سلوك الاسترخاء بدلا من التدريب البدني ومن الصعب تغيير عاداتك ما دمت لم تغير المعتقدات الكامنة أسفلها والتي أدت بك إلى سلوكياتك السابقة فلديك هدف جديد وخطة جديدة لكنك لم تغير ما أنت عليه تعد قصة بريان كلارك رائد الأعمال من بولدر بولاية كولورادو مثالا جيدا على هذا الأمر وقد أخبرني قائلا بقدر ما أتذكر كنت أقدم أظافري طوال الوقت بدأ المؤمر معي كعادة عصبية حين كنت صغيرا ثم تحول إلى طقس معتاد غير مرغوب فيه وذات يوم أعقدت العزم على التواقف عن قدم أظافري إلى أن نمت بمجدار بسيط وعن طريق قوة الإرادة الوعية تمكنت من عمل ذلك بعد ذلك فعل كلارك شيئا مدهشا يقول طلبت من زوجتي أن تحجز لي موايدا مع مقلمة الأظافر رأيت أنني لو بدأت في الاعتناء بأظافري فلن أقدمها مجددا ونجح الأمر لكن ليس للأسباب مالية فما حدث هو أن مقلمة الأظافر جعلت أظافري تبدو جميلة للمرة الأولى بل أنها قالت أن أظافري صحية جزابة الشكل إذن تغضينا عن مشكلة القدم وفجأة صرت فخورا بأظافري ورغم أنني لم أكن أطبح إلى هذا الأمر قط فقد أحدث كل الاختلاف لم أقدم أظافري من ذلك الحين ولم أقترب من ذلك حتى وكل هذا لأنني الآن صرت أفتخر بالاعتناء بها أن الصورة كسوى للتحفيز الداخلي تتحقق حين تصير العادة جزءا من هويتك فالقول بأنك تريد شيئا ما يختلف تماما عن القول بأنك من نوعية الأشخاص التي تؤمن بهذا الشيء وكلما صرت فخورا بجانب معين من هويتك صرت مدفوعا أكثر إلى الحفاظ على عادات مرتبطة بهذه الهوية فإذا كنت فخورا بشكل شعرك ستنمي داخلك كل العادات المرتبطة بالعناية بالشعر وإذا كنت فخورا بحجم عضلات زراعيك فستحرس على ألا تفوت يوما من تدريب الزراعين وإذا كنت فخورا بالأوشحة التي تحيكينها فمن المرجح أن تقضي ساعات في الحياكة كل أسبوع فبمجرد أن يصير الفخر جزءا من الأمر ستكافح أشد كفاحك كي تحافظ على عادتك إن التغيير السلوكي الحقيقي هو تغيير في الهوية فربما تبدأ فيه هواية نتيجة للتحفيز غير أن السبب الوحيد الذي سيجعلك تمسك بها هو أن تصير تلك الهواية جزءا من هويتك إن أي شخص يستطيع أن يقنع نفسه بارتياد صالة التدريبات البدنية أو تناول الطعام الصحي مرة واحدة أو مرتين لكن إذا لم تغير المعتقد الكامل وراء السلوك فسيكون من الصعب الالتزام بالتغييرات طويلة الأمد فالتحسينات تظل مؤقتة إلى أن تصير جزءا من هويتك ليس الهدف أن تقرأ كتابا بل الهدف أن تصير قارئا ليس الهدف أن تكمل سباك المارسون بل الهدف أن تصير عداءا ليس الهدف أن تتعلم عز فئلة موسيقية بل الهدف أن تصير موسيقيا إن السلوكياتك تكون في المعتاد إنها كثل لهويتك فأفعالك مؤشر لنوعية الشخص الذي تؤمن بأنك عليه سواء على المستوى الواعي أو اللاواعي وقد دينت الأبحاث أنه بمجرد أن يؤمن الفرد بجانب معين من هويته فمن المرجح أن يتصرف على نحو يتوافق مع هذا الإيمان على سبيل المثال الأشخاص الذين يرون أنفسهم بأنهم مصابتون من المرجح أن يحرصوا على التصويت أكثر من أولئك الذين يزعمون بأن التصويت هو الفعل الذي يريدون قيام به وعلى نحو المشابه الشخص الذي يجعل التدريب البدني جزءا من هويته ليس عليه أن يقنع نفسه بالتدريب إن فعل الشيء الصحيح أمر سهل فعلى أي حال حين تكون سلوكيتك مطافقة مع هويتك فأنت لا تحتاج إلى تغيير سلوكك بل أنت تتصرف وحسب على نحو يتوافق مع الشخص الذي تؤمن بأنك عليه وهذا الأمر شأنه شأن كل جوانب عملية تكوين العادات يعد سلاحا زا حدين فحين تعمل الهوية في صالحك بمجدورها أن تكون قوة عاتية للتحسين الذاتي ولكن حين تعمل في غير صالحك فمن الممكن أن تكون بمنزلة لعنة وبمجرد أن تتبنى هوية يمكن أن يكون من السهل أن تدع ولائك لها يؤثر على قدرتك على التغيير وكثير من الأشخاص يعيشون حياتهم في حالة من السبات الإدراكي إذ يتبعون على نحو أعمى المعايير المرتبطة بهوياتهم أنا سيئ في تحديد الاتجاهات أنا لست ممن يحسنون العمل صباحا أنا سيئ في تذكر أسماء الأشخاص أنا متأخر دائما أنا لا أجيدي التعامل مع التكنولوجيا أنا سيئ للغاية في الرياضيات وألاف من التنويعات الأخرى عندما تكرر قصة ما لنفسك لسنوات يكون من السهل أن تقع في هذه الأخديد العقلية وأن تتقبلها كحقيقة واقعة ومع الوقت تبدأ في مقاومة أفعال بعينها لأن هذا مخالف لما أنا عليه فهناك ضغوط داخلية للحفاظ على صورتك الذاتية والتصرف بطريقة تتفق مع معتقداتك وستجد أي طريقة كي تتجنب مناقضة ذلك وكلما زاد عمق ارتباط الفكرة أو الفعل بهوياتك صار من الأصعب تغييره فمن الممكن أن تشعر بالارتياح في الإيمان بما توفره لك ثقافتك من هوية الهوية الجماعية أو في التمسك بصورتك الذاتية الهوية الشخصية حتى لو كانت خاطئة والحاجز الأكبر أمام التغيير الإيجابي على أي مستوى الفرد أو الفريق أو المجتمع هو صراع الهوية ومن الممكن أن تكون العادات الحسنة منطقية تماما لكن لو أنها تناقضت مع هويتك فستفشل في وضعها موضع التنفيذ في أي يوم ربما تجد صعوبة في الالتزام بعاداتك لأنك منشغل أو منهك أو مرتبك أو أي سبب من مئات الأسباب الأخرى لكن على المدى البعيد يتمثل السبب الحقيقي في فشلك في الالتزام بعاداتك فأن الصورتك الذاتية تقف في الطريق لهذا السبب لا يسعك أن ترتبط أكثر مما ينبغي بنسخة واحدة من هويتك فالتقدم يتطلب منك إعادة التعلم وكي تكون أفضل نسخة من نفسك عليك أن تواصل تنقيح معتقداتك وأن تحدث هويتك وتوسعها وهذا ينقلنا إلى سؤال مهم إذا كانت معتقداتك ورؤيتك العالم تلعب مثل هذا الدور المهم في سلوكك فمن أين أتت في المقام الأول وكيف تحديدا تتشكل هويتك وكيف يمكنك التأكيد على جوانب جديدة من هويتك تكون مفيدة لك وكيف تمحو الأجزاء التي تعوقك عملية من خطوطين لتغيير هويتك تنبثق هويتك من عادتك فأنت لا تولد بمعتقدات مغروسة فيك مسبقا وكل معتقداتك بما فيها تلك المعتقدات المتعلقة بك أنت مكتسبة وتتشكل من خلال خبراتك وعلى نحو الأدق إن عادتك هي الكيفية التي تجسد بها هويتك فعندما تردت فراشك كل يوم فأنت تجسد هوية الشخص منظم وحين تكتب كل يوم فأنت تجسد هوية الشخص المبدع وحين تتدرب كل يوم فأنت تجسد هوية الشخص الرياضي وكلما كررت سلوكا زاد تعزيزك لهوية مرتبطة بذلك السلوك وفي الواقع إن كلمة هوية بالإنجليزية identity مشتقى من كلمتين لاتنيتين هما ومعناها كينونة ومعناها متكررة فهويتك تعني حرفيا الكينونة المتكررة بصرف النظر عن هويتك الحالية فأنت تصدقها لأن لديك برهانا على صحتها فإذا ذهبت إلى كنيسة كل يوم أحد لمدة 20 عاما سيكون لديك دليل على أنك شخص متدين وإذا ذكرت علم الأحياء لمدة ساعة واحدة كل ليلة فلديك دليل على أنك شخص مكتهد وإذا ذهبت إلى صالة التدريبات البدنية حتى في أثناء هطول السلج فلديك دليل على أنك ملتزم بتحسين لياقتك البدنية وكلما زاد عرض الأدلة على صحة أحد المعتقدات زادت قوة إيمان به في غالبية الجزء المبكر من حياتي لم أنظر إلى نفسي بوصفي كاتبا وإذا سألت أي من مدرسي مدرسة الثانوية أو أساتذة الجامعة عني فسيقولون أنني كاتب متوسط المستوى على أفضل تقدير فلم أكن شخصا بارزا بالتأكيد وحين بدأت مصاري مهنية ككاتب وضبط على نشر مقال واحد يومي الاثنين والخميس على مدار السنوات القليلة الأولى فأنا لم أبدأ ككاتب بل صرت كاتبا بحكم العادة بطبيعة الحال ليست العادات هي الأفعال الوحيدة التي تؤثر على هويتك لكن بحكم تكرارها فإنها في المعتاد تكون أكثر الأفعال أهمية إن كل خبرة من خبرات الحياة تغير صورتك الذاتية لكن من غير مرجح أن تعتبر نفسك لاعب كرة قدم لأنك رقلت كرة مرة وحيدة أو تعتبر نفسك فنانا لأنك رسمت صورة على عجالة مرة واحدة لكن بينما تكرر هذه الأفعال تترقم الأدلة لديك وتبدأ صورتك الذاتية في التغيير إن تأثير الخبرات التي تحدث مرة واحدة ينحو إلى الخبو بينما تأثير العادات اتعزز مع الوقت وهو ما يعني أن عاداتك تسهم أشد الإسهام في الأدلة التي تشكل هويتك وبهذه الطريقة فإن عملية بناء العادات تكون في الحقيقة عملية لبناء الذات إنها عملية تطور تدريجية فالفرد منه لا يتغير بدربة من عصى صحرية واتخاذ قرار بأن يصير شخصا جديدا بالكامل بل يتغير المرء شيئا فشيئا يوما تلوى الآخر عادة بعد عادة فنحن نمر بعملية تطور مصورة للذات على الدوام إن كل عادة بمنزلة اقتراح مهلا ربما هذا ما أنا عليه فإذا أنهيت كتابا ربما أنت من نوعية الأشخاص الذين يحبون قراءة وإذا ذهبت إلى صالة تدريبات البدنية فربما أنت من نوعية الأشخاص الذين يحبون تدريب البدني وإذا تدربت على عصف الجيتار فربما أنت من نوعية الأشخاص الذين يحبون الموسيقى إن كل فعل تقدم عليه هو عبارة عن عملية تصويت على الشخص الذي تتمنى أن تكونه لن يغير فعل واحد من معتقداتك لكن مع تراكم الأصوات تتراكم الأدلة بالمثل على هويتك الجديدة هذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا لا تطلب التغيير زو المعنى تحولا جزريا فالعادات البسيطة يمكن أن تحدث فارقا زى مغزة عن طريق تقديم أدلة على وجود هوية جديدة وإذا كانت تغير زى مغزة فإنه يكون كبيرا حقا هذا هو التناقض الذي يجتنف عملية إجراء التحسينات البسيطة بجمع كل هذا معنى يمكنك أن ترى أن العادات هي الطريق نحو تغيير هويتك وأكثر الطرق عملية لتغيير الشخص الذي أنت عليه هو تغيير ما تفعله فكل مرة تكتب فيها صفحة تكون كاتبا وكل مرة تتدرب فيها على الكمان تكون موسيقيا وكل مرة تتدرب فيها تكون رياضيا وكل مرة تشجع فيها مرؤوسيك تكون قائدا إن كل عادة لا تجلب لك نتائج وحسب وإنما تعلمك أيضا شيئا أكثر أهمية أنتصج بنفسك فأنت تبدأ في الإيمان بأن في مقدورك حقا أن تنجز هذه الأشياء وحين تترقم الأصوات وتبدأ الأدلة في التغير تبدأ القصة التي تحكيها لنفسك في التغيير بالمثل بطبيعة الحال يسير الأمر بصورة معكوسة أيضا فكل مرة تختار فيها القيام بعادة سيئة فهي عملية تصويت على هذه الهوية أيضا والخبر الصار هنا هو أنك لست بحاجة لأن تصير مثاليا ففي أي انتخابات ستكون هناك أصوات لكلا الجانبين وأنت لا تحتاج إلى الفوز بجميع الأصوات كي تفوز بالانتخابات بل تحتاج إلى الفوز بغالبية الأصوات وحسب فلا يهم أن تكون هناك بضعة أصوات في صالح سلوك سيئ أو عادة غير منتجة فهدفك ببساطة هو أن تفوز بالغالبية طوال الوقت إن الهويات الجديدة تتطلب أدلة جديدة وإذا وصلت الإدلاق بالأصوات نفسها التي أدلت بها من قبل فستحصل على النتائج نفسها التي حصلت عليها من قبل وإذا لم يتغير شيء الآن فلن يتغير شيء مستقبلا إنها عملية بسيطة من خطوتين واحد حدد نوعية الشخص الذي تريد أن تكونه اثنان أثبت هذا لنفسك عبر مكاسم بسيطة أولا حدد من تريد أن تكون وينطبق هذا على أي مستوى سواء كفرد أو فريق أو مجتمع أو كدولة من الذي تريد أن تمثله ما هي مبادئك وقيمك من الذي ترغب في أن تصير عليه هذه أسئلة كبرى وكثير من الناس لا يعرفون من أين يبدأون ويرأنهم يعرفون النتيجة التي يريدونها الحصول على عضلات بطن مجدودة أو الشعور بقدر أقل من القلق أو مضاعفة رواتبهم لا بأس في هذا ابدأ من النتيجة وارجع منها إلى نوعية الشخص الذي يستطيع تحقيق هذه النتيجة اسأل نفسك من هو الشخص الذي يستطيع الحصول على النتيجة التي أنشدها من هو الشخص الذي يستطيع فقدان 40 رطلا من وزنه من هو الشخص الذي يستطيع تعلم لغة جديدة من هو الشخص الذي يستطيع إدارة شركة ناشئة ناجحة على سبيل المثال من هو الشخص الذي يستطيع تأليف كتابه على الأرجح أنه شخص ثابت على مبدأه ويعتمد عليه الآن حول تركيزك من تأليف الكتاب الارتكاز على النتيجة إلا أن تكون ذلك الشخص الذي يتسم بكونه ثابتا على مبدأه ويعتمد عليه الارتكاز على الهوية وهذه العملية من الممكن أن تؤدي إلى معتقدات مثل أنا من نوعية المدرسين الذين يساندون تلاميذهم ويدعمونهم أنا من نوعية الأطباء الذين يمنحون المرضى الوقت والتعاطف اللازمين أنا من نوعية المديرين الذين يدافعون عن مرؤسيهم وبمجرد أن تحدد نوعية الشخص الذي تريد أن تكون عليه يمكنك البدء في أخذ خطوات بسيطة من أجل تعزيز هويتك المنشودة لدي صديقة فقدت من وزنها أكثر مما أطرطل وذلك عن طريق سؤال واحد كانت توجهه لنفسها وهو ما الذي سيفعله الشخص صحيح الجسد؟ وطوال اليوم كانت تستخدم هذا السؤال مرشدا لها هل الشخص صحيح الجسد سيسير أم سيستقل سيارة أجرى؟ هل الشخص صحيح الجسد سيطلب شطيرة أم طبقا من السلطة؟ وقد رأت أنها لو تصرفت مثل هذا الشخص صحيح الجسد لفترة طويلة بما يكفي ففي النهاية ستصير ذلك الشخص وقد كانت محقة إن مفهوم العادات المرتكزة على الهوية يقدمنا إلى فكرة رئيسية أخرى لهذا الكتاب وهي حلقات فيدباك إن عادتك تشكل هويتك وهويتك تشكل عادتك فهي عملية تبدلية وعملية تشكيل عادات إنما هي حلقة من فيدباك وهو مفهوم سنستكشفه بعمق في الفصل التالي لكن من المهم أن تضع قيمك ومبادئك وهويتك تدفع الحلقة وليس نتائجك فالتركيز يجب أن يكون دائما على أن تصير زارة النوع من الأشخاص بالتحديد وليس الحصول على نتيجة بعينها السبب الحقيقي وراء أهمية العادات تغيير الهوية هو النجم القطبي الهادي لتغيير العادات وما بقيت الكتاب إلا إرشادات خطوة بخطوة نحو كيفية بناء عادات أفضل في نفسك وأسرتك وفريقك وشركتك وكل مكان آخر تتمنيه غير أن السؤال الحقيقي هو هل أنت في سبيلك لأن تصير ذلك الشخص الذي تريد أن تكونه؟ والخطوة الأولى لا تتعلق بما تريد أو كيف تريده وإنما بمن تريد أن تكون فأنت بحاجة إلى أن تعرف من تريد أن تكون وإذا لم يحدث هذا فستكون رحلتك نحو التغيير أشبه بركوب قارب من دون دفة ولهذا السبب نحن نبدأ من هذا الموضع أن لديك قوة لازمة لتغيير معتقداتك بشأن ذاتك فهويتك ليس محفورة في الصخر ولديك الخيار في كل لحظة ويمكنك أن تختار الهوية التي تريد تعريزها اليوم وذلك عن طريق العادات التي تختارها اليوم وهذا ينقلنا إلى المعنى الأعمق لهذا الكتاب وإلى السبب الحقيقي وراء أهمية العادات إن بناء عادات أفضل لا يتمحور حول إغراق يومك بحية الحياتية جديدة بل هو معني بتنظيف كل سن من أسنانك بالخيط على حدة في كل ليلة أو أخذ حمام بارد كل صباح أو ارتداء ملابس نفسها كل يوم إنه لا يتعلق بتحقيق معيار خارجي للنجاح مثل كسب المزيد من المال أو فقدان الوزن أو تقليل التوتر فالعادات يمكنها مساعدتك في تحقيق كل هذه الأمور لكن المهم في الأمر أنها ليست معنية بامتلاك شيء ما بل هي معنية بما أنت عليه كشخص وفي النهاية إن عادتك تهم لأنها تساعدك على أن تصير ذلك الشخص الذي تتمنى أن تكونه فهي القناة التي ستبني عن طريقها أعمق معتقداتك بشأن نفسك فأنت تصير تجسيدا لعاداتك حرفيا ملخص هذا الفصل هناك سلاسة مستوياتنا للتغيير تغيير النتائج وتغيير العملية وتغيير الهوية الطريقة الأكثر فعالية لتغيير عاداتك ليست تركيز على ما تريد تحقيقه وإنما على ما تريد أن تصبح عليه إن هويتك تنبع من عادتك وكل فعل يعد عملية تصويت على نوعية الشخص الذي تريد أن تصبح عليه كي تحقق الصورة المثلة لنفسك أنت بحاجة لتنطيح معتقداتك على نحو المتواصل وتحديث هويتك والتوسع فيها السبب الحقيقي وراء أهمية العادات ليس أنها من الممكن أن تجرب لك نتائج أفضل رغم أن بمقدورها ذلك وإنما لأنها يمكن أن تغير معتقداتك بشأن نفسك كيف تبني عادات أفضل في أربع خطوات بسيطة في العام 1898 أجرى عالم نفس يدعى إدوارد زورنديك تجربة كان من شأنها أن ترسي أساس فهمنا للكافية التي تعمل بها العادات وللقواعد التي توجه سلوكنا كان إدوارد مهتمًا بدراسة سلوك الحيوانات وبدأ بالعمل مع القطط وضع إدوارد كل قطع داخل جهاز يعرف باسم صندوق الألغاز كان الصندوق مصممًا بحيث تستطيع القطة الهرب منه عبر باب وذلك عن طريق فعل بسيط مثل جذب حبل ملفوف أو الضغط على رافعة أو الخطو فوق منصة وعلى سبيل المثال احتوى الصندوق على رافعة من شأنها عند الضغط عليها أن تفتح باباً في جانب الصندوق وبمجرد أن ينفتح الباب تندفع القطة خارجة منه وتهرع إلى طبق فيه طعام كانت غالبية القطة ترغف في الهروب بمجرد وضعها داخل الصندوق فكانت تدس أنوفها في الأركان وتدفع قوائمها عبر الفتحات وتعبس بالأشياء غير مسبتة جيداً وبعد بداية دقائق من الاستكشاف كانت القطة تضغط على الرافعة السحرية فينفتح الباب ومن ثم تهرب تتبع إدوارد سنوك كل قطة عبر تجارب عدة في البداية كانت القطة التحرك في أرجاء الصندوق عشوائياً لكن بمجرد ضغط على الرافعة وفتح الباب كانت عملية التعلم تبدأ وتدريجياً تعلمت كل قطة الربط بين فعل الضغط على الرافعة والمكافأة المتمثلة في الهروب من الصندوق والحصول على الطعام وبعد عشرين إلى ثلاثين تجربة يصير هذا السلوك أوتوماتيكياً ومعتاداً لدرجة أن القطة تهرب في غدوم بداية سمين وقد كتب إدوارد على سبيل المثال القطة رقم 12 استغركت الوقت التالي للقيام بالمهمة مائة وستون ثانية ثلاثون ثانية تسعون ثانية ستون خمسة عشر ثمانية وعشرون عشرون ثلاثون اثنان وعشرون إحدى عشر خمسة عشر عشرون إثنى عشر عشر أربعة عشر عشر ثمانية ثمانية خمسة عشر ثمانية ستة ستة سبعة خلال المحاولات الثلاثة الأولى هربت الكتة في وقت يبلغ دقيقة ونصفا في المتوسط بينما في المحاولات الثلاثة الأخيرة بلغ متوسط الوقت ثلاث وست ثوانين فمع التدريب اتكبت كل كتة أخطاء أقل وصارت أفعالها أسرع وأكثر أوتوماتيكية وبدلا من تكرار الأخطاء نفسها بدأت الكتة في الوصول مباشرة إلى الحل وقد وصف إدوارد من خلال دراساته عملية التعلم بالكلمات التالية إن السلوكيات التي تتبعها نتائج مرضية تميل إلى التكرار وتلك التي تتمخذ عن نتائج غير مرضية من الأقل ترجيحا أن تتكرر وتقدم دراساته نقطة البدء المثالية لمناقشة كيفية تكون العادات في حياتنا كما تقدم جوابا لبعض من أهم الأسئلة مثل ما هي العادات ولماذا يكترس الدماغ ببنائها من الأساس لماذا يبني الدماغ العادات العادة هي سلوك تكرر عددا كافيا من المرات بحيث صار أوتوماتيكيا وتبدأ أعمالية بناء العادات بالتجربة والخطأ فمتى واجهت موقفا جديدا في الحياة اتعين على دمالك أن يتخذ قرارا كيف أستجيب لهذا الأمر فعندما تواجه أي مشكلة لا تكون واثقا في البداية من كيفية حلها ومثل كتة إدوارد ستجرب أشياء مختلفة كي ترى أيها ينجح معك يكون النشاط العصبي في الدماغ مرتفعا خلال هذه مرحلة فأنت تحلل الموقف بحرص وتتخذ قرارات وعية بشأن كيفية الاستجابة وتستوعب أطنانا من المعلومات الجديدة وتحاول تفاهمها كلها ويكون الدماغ منشغلا بتعلم مصار العمل الأكثر فعالية وقتها من حين لآخر ومثل الكتة التي تضغط على الرافعة تعثر مصادفة على أحد الحلول فمثلا عندما تشعر بالقلق تكتشف أن الرجل يهدئك وحين تكون منهكا زهنيا بعد يوم عمل طويل تدرك أن من شأن ألعاب الفيديو أن تساعدك على الاسترخاء فأنت تستكشف وتستكشف وتستكشف ثم تحصر فجأة على المكافأة وبعد أن تعصر مصادفة على المكافأة غير المتوقعة تغير استراتيجيتك في المرة القادمة يبدأ دماغك على الفور في تصنيف الحوادث التي تسبق حصولك على المكافأة مهلا لحظة كان هذا شعورا طيبا ما الذي فعلته قبلها مباشرة هذه هي حلقة فيدباك الكاملة وراء كل الأنشطة البشرية التجربة والفشل والتعلم والتجربة بصورة مختلفة ومع التدريب تقل حركات عظيمة النفع وتتعزز الأفعال المفيدة وهذه هي عملية بناء العادات وكلما واجهت أي مشكلة على نحو المتكرر يبدأ دماغك في عملية حلها فعادتك ما هي إلا سلسلة من الحلول الأوتوماتيكية التي تحل المشكلات والضغوط التي تواجهها بصورة دورية وكما كتب علم النفس السلوكي جيسون هيرنا فإن العادات ببساطة هي حلول موثوكم بها لمشكلات متكررة في بيئتنا ومع تكون العادة فإن مستوى النشاط داخل الدماغ يقل فأنت تتعلم التركيز على المؤشرات التي تتنبأ بالنجاح وتهم المعدها وحين تواجه موقفا مشابها في المستقبل ستعلم تماما ما تبحث عنه فلا توجد حاجة إلى تحليل كل زاوية من الموقف ويتجاوز دماغك عملية التجربة والخطأ ويخلق قاعدة عقلية مفادها إذا حصل هذا ففعل ذلك وهذه السيناريوات الإدراكية يمكن اتبعها أوتوماتيكيا كلما كان الموقف مناسبا وهكذا كلما شعرت بتراكم الضغوط ستشعر بالرغبة في الرقد وبمجرد أن تدخل إلى منزلك تمسك عصد تحكم في جهاز الألعاب والخيار الذي تطلب فيما سبق مجهودا صار الآن أوتوماتيكيا لقد خلقت العادة إن العادات اختصارات عقلية مكتسبة من واقع الخبرة وبصورة ما ما العادة إلا ذكرى للخطوات التي اتبعتها سابقا من أجل حل مشكلة في الماضي وكلما كانت الظروف مناسبة يمكنك الاعتمال على هذه الذكرى بحيث تطبق الحل نفسه أوتوماتيكيا والسبب الوحيد الذي يجعل الدماغ يتذكر الماضي هو لكي يتنبأ بشكل أفضل بما يسعنجح في المستقبل إن عملية تكوين العادات مفيدة للغاية لأن العقل الواعي يعد عنق الزجاجة بالنسبة إلى الدماغ فهو قادر الانتباه إلى مشكلة واحدة وحسب في المرة الواحدة ونتيجة لذلك فإن الدماغ يعمل دائما من أجل الحفاظ على انتباهك الواعي بحيث يكون مقتصرا على أكثر المهام أهمية ومتى أمكن يفوض العقل الواعي المهام إلى العقل اللاواعي كي يؤديها بصورة أوتوماتيكية وهذا تحديدا ما يحدث حين تتشكل إحدى العادات فالعادات تقلل الحمل الإدراكي وتحرر القدرة العقلية بحيث يمكنك توزيع انتباهك على المهام الأخرى ورغم ما تتسلم بها العادات من فعالية فإن بعض الأشخاص لا يزالون يتساءلون بشأن فوائدها والحجة تسير على النحو التالي هل ستتسبب العادات في جعل حياتي مملة وكئيبة؟ لا أريد أن أظل أسير نمط حياة لا أستمتع به أليس هذا القدر الكبير من السلوك الروتيني يسلب الحياة من حيويتها وضلقائيتها؟ كلا البتة فمثل هذه الأسئلة ترسي انفصاما زائفا استجعلك تظن بأن عليك الاختيار بين بناء العادات والحصول على حريتك وفي الواقع كل من الأسنين يكمل الآخر إن العادات لا تقيد الحرية بل هي تخلقها وفي الواقع الأشخاص الذين لا يحسنون التعامل مع عادتهم هم غالبا أقل الأشخاص من حيث مجدار الحرية التي يمتلكونها فمن دون عادات مالية حسنة ستعاني على الدوام من أجل كسب الدولار التالي ومن دون عادات صحية حسنة ستبدو دائما وكأنك في حالة احتياج للطاقة ومن دون عادات تعلم حسنة ستشعر دائما وكأنك متخلف في تعليمك وإذا وجدت نفسك مجبرا دائما على اتخاذ قرارات بشأن المهام البسيطة متى ينبغي أن أتدرب؟ أين أذهب لكتابة؟ متى أدفع فواتيري حينها سيكون لديك وقت أقل للحرية؟ وحين تجعل هذه الأمور الأساسية في الحياة أسهل ستتمكن وقتها من خلق المساحة العقلية اللازمة للتفكير الحر والإبداع وعلى العكس حين تستفيد من قوة عاداتك بحيث تولى شؤون حياتك الأساسية سيتحرر عقلك ويركز على التحديات الجديدة ويدكن التعامل مع المجموعة الجديدة من المشكلات فبناء العادات في الحضر يتيح لك أن تفعل ما تريد في المستقبل العلم الكامل خلف كيفية عمل العادات يمكنك تقسيم عملية بناء العادات إلى أربع مراحل بسيطة الإشارة، الطوق، الاستجابة، المكافأة ويمكن لتقسيم العملية إلى هذه الأجزاء الأساسية أن يساعدنا في فهم ما هي تلعادات وكيفية عملها وكيفية تحسنها كل العادات تمر في المراحل الأربع نفسها بالترتيب ذاته هذا النمض والأربع مراحل هو العمود الفقري لكل عادة ويمر دماغك بهذه الخطوات بالترتيب ذاته في كل مرة أولاً، هناك الإشارة والإشارة تنبه الدماغ كي يدأ سلوكاً ما والإشارة عبارة عن معلومة تتنبأ بمكافأة كان أسلافنا في وصول ما قبل التاريخ؟ ينتبهون إلى الإشارة التي تنبأ بمواقع المكافئات الأساسية مثل الطعام والماء والجنس واليوم نحن نقضي غالب أوقاتنا في إدراك الإشارات التي تتنبأ بالمكافئات الثانوية كالمال والشهرة والسلطة والمكانة والتقدير والتقبل والحب والصداقة أو الإحساس بالردى الشخصي بطبيعة الحال، هذه المساعي تحسن على نحو غير مباشر من فرص بقاءنا وتناسلنا وهذا هو المحفظ الأعمق الكامل خلف كل شيء نفعل إن عقلك يعمل بصورة متواصلة على تحليل بيئتك الداخلية والخارجية بحثا عن إشارات عن المواقع التي توجد بها المكافئة وبما أن الإشارة هي المؤشر الأول الذي يوضح اقترابنا من المكافئة فمن الطبي أن تؤدي بنا إلى التوق والتوق هو الخطوة الثانية وهو قوة تحفيزية تكمن خلف كل عادة نكون بها فمن دون مستوى ما من التحفيز أو الرغبة من دون التوق إلى التغيير لا يكون لدينا سبب للفعل إننا لا نتوق إلى العادة نفسها وإنما إلى تغيير الحالة الذي تقدمه لنا فأنت لا تطوق إلى تدخين سجارة وإنما تطوق إلى الشعور بالارتياح الذي تقدمه له وأنت لا تشعر بالتحفيز من جانب فعل غسل أسنانك بالفرشاة وإنما ما يحفزك هو الشعور بفمك نظيفا وأنت لا تريد تشغيل التلفاز بل تريد أن تحظى بالترفيه إن كل طوق مرتبط برغبة في تغيير حالتك الداخلية وهذه نقطة مهمة سأتعرض لها بالنقاش تفصيلا في موضع لاحق يختلف الطوق من شخص إلى آخر نظريا من شأن أي معلومة أن تحفز لديك طوقا لكن من ناحية العملية فالناس لا تحفزهم الإشارات عينيها فمن نسبة إلى المقامر يعد صوت مكينة المقامرة محفزا قويا يزكي داخله رغبة قوية في المقامرة لكن بالنسبة إلى شخص نادر ما يقاور فإن أصوات الكازينو لا تعدوا كونيها محط ضوضاء في الخلفية فالإشارات تظل بلا معنى إلى أن يتم تأولها وإن أفكار الشخص ومشاعره وإنفعالاته هي ما يحول الإشارات إلى طوق الخطوة الثالثة هي الاستجابة والاستجابة هي العادة الفعلية التي تقوم بها ويمكن أن تتخذ صورة فكرة أو فعل ويعتمد حدوث الاستجابة من عدمه على مقدار تحفيزك ومقدار التوتر المرتبط بالسلوك فإذا تطلب فعل معين قدرا من الجهد البلني أو العقلي أكبر مما أنت مستعد لبزله حينها فلن تقوم به أيضا تعتمد استجابتك على قدرتك يبدو الأمر بديهيا لكن العادة لا تحدث إلا إذا كنت قادرا على القيام بها فإذا كنت تريد تسجيل رمية صاحقة في كرة السلة لكنك لا تستطيع القفز عاليا كي تصل إلى الحلقة حينها ستعجز عن القيام بها وأخيرا تؤدي الاستجابة إلى المكافأة والمكافآت هي المقصد النهائي لكل عادة فالإشارة معنية بملاحظة المكافأة والطوق معني بالرغبة في الحصول على المكافأة والاستجابة معنية بمحاولة الحصول على المكافأة ونحن نسعى إلى المكافآت لأنها تخدم غرضين الأول إنها تشبعنا والثاني أنها تعلمنا الغرض الأول للمكافأة أنها تشبع توقنا نعم إن المكافآت لها فوائد في حد ذاتها فالطعام والماء يقدمان الطاقة التي تحتاجها من أجل البقاء والحصول على ترقية يجلب لك مزيدا من المال والتقدير والحصول على قوام ممشوك يحسن من صحتك ويحسن من فرصك مع الجنس الآخر غير أن المنافع الفورية تتمثل في أن المكافأة تشبع توقك للأكل أو للحصول على المكانة أو للحصول على التقبل فالمكافآت تقدم لك الإشباع والتحرر من الطاقة ولو لحظيا ثانيا تعلمنا المكافآت أي الأفعال يستحق تذكر في المستقبل إن دماغك جهاز راصد للمكافآت وبينما تمضي في حياتك فإن جهازك العصب الشعوري يعمل بصورة متصلة على رصد الأفعال التي تشبع رغباتك وتقدم لك المتعة ومشاعر المتعة والإحباط جزء من آلية فيدباك التي تساعد دماغك على التمييز بين الأفعال المفيدة والأفعال غير المفيدة والمكافأة تغلق حلقة فيدباك وتكمل دائرة العادات إذا كان السلوك واصرا في أي من المراحل الأربع فلن يصير عادة فإذا تخلصت من الإشارة فلن تبدأ العادة من الأساس وإذا قللت التوق فلن تشعر بالتحفيز الكافي للفعل وإذا جعلت السلوك صعبا فستعجز عن القيام به وإذا لم تشبع المكافأة رغبتك حينها فلن يكون لديك سبب لتكرار السلوك في المستقبل فمن دون الخطوات الثلاث الأولى لن يحدث السلوك ومن دون الخطوات الأربع كلها لن يتكرر السلوك أفضل وصف لمراحل الأربع للعادات هو حلقة فيدباك فهي تشكل دائرة مفرغة تعمل في كل لحظة من لحظات حياتك إن حلقة العادات هذه تعمل دائما على مسح البيئة المحيطة وتتنبأ بما سيحدث بعد ذلك وتجرب استجابات مختلفة وتتعلم من النتائج وإيجازا نقول إن الإشارة تحفز التوق والتوق يدفعنا إلى الاستجابة والاستجابة تقدم لنا المكافأة والمكافأة تشبع توقنا وفي النهاية تصير مرتبطة بالإشارة وتشكل هذه الخطوات الأربع معن حلقة فيدباك والتي تمكنك في النهاية من تكوين عادات أوتوماتيكية وتعرف هذه الدائرة باسم حلقة العادات لا تحدث هذه العملية مكونة من أربع خطوات بين الحين والآخر وإنما هي حلقة فيدباك متواصلة تعمل وتنشط خلال كل لحظة من لحظات الحياة حتى في الوقت الحالي فالدماغ يعمل على مسح البيئة المحيطة على الدوام ويتنبأ بما سيحدث بعد ذلك ويجرب استجابات مختلفة ويتعلم من النتائج تكتمل العملية كلها في جزء من الثانية ونحن نستخدمها مرارا وتكرارا من دون أن ندرك كل شيء حدث في اللحظة السابقة ويمكننا تقسيم هذه الخطوات الأربع إلى مرحلتين مرحلة المشكلة ومرحلة الحل تتضمن مرحلة المشكلة كلا من الإشارة والطوق وفيها تدرك أن سمت شيئا بحاجة إلى التغيير أما مرحلة الحل فتتضمن الاستجابة والمكافأة وفيها تقوم بفعل وتحقق التغيير المنشول إن السلوكنا كله مدفوع بالرغبة في حل مشكلة ما أحيانا تتمثل المشكلة في أنك تلاحظ شيئا جيدا وترغب في الحصول عليه وأحيانا تتمثل المشكلة في شعورك بالألم والرغبة في التخلص منهم في أي من الحالتين يكون ورد كل عادة هو حل المشكلة التي تواجهك تخيل أنك دخلت غرفة مظلمة وكنت بتشغيل مفتاح الإضاءة لقد أديت هذه العادة البسيطة مرات جسيرة لدرجة أنها باتت تحدث من دون تفكير فأنت تمر في المراحل الأربع كلها في جزئنا الثانية إن الرغبة في الفعل تحركك من دون تفكير عندما نصبح بالغين نادرا ما ندرك العادة التي تحرك حياتنا فغالبية الناس لا يفكرون البتة في حقيقة أننا نبدأ بربط فردة الحزاء نفسها كل يوم أو نصل المحمص عن الكهرباء بعد كل عملية استخدام أو دائما ما نغير ملابسنا ونرتدي ملابس مريحة بعد الوصول إلى البيت من العمل فبعد عقود من البرمغة العقلية ننجرف أوتوماتيكيا في هذه الأنماط الخاصة بالتفكير والفعل في الجدول المعروض أجناه يمكنك أن ترى عادة من الأمثلة على ما يبدو عليه ذلك الأمر في الحياة الوقعية مرحلة المشكلة الإشارة يصدر هاتفك أزيزا ليعلمك بوصول رسالة نصية جديدة الطوق أنت تريد أن تعرف محتوى الرسالة مرحلة الحل الاستجابة تمسك بالهاتف وتقرأ الرسالة المكافأة تردي توقك إلى قراءة الرسالة يصير الإمساك بالهاتف مرتبطا بصوت أزيز الهاتف مرحلة المشكلة ترد على رسالة بريد إلكتروني تبدأ في الشعور بالتوتر وبضغط العمل وتريد أن تشعر بأنك عم سيطر على الأمر مرحلة الحل تقدم أضافرك تردي توقك إلى تقليل التوتر يصير قدم الأضافر مرتبطا بالرد على البريد الإلكتروني مرحلة المشكلة تستيقظ من النوم تريد أن تشعر باليقظ والانتباه مرحلة الحل تشرف فنجلا من القهوة تردي توقك إلى الشعور باليقظ والانتباه يصير شرب الكهوة مرتبطا بالاستيقاظ مرحلة المشكلة تشم رائحة المخبز وأنت تسير في الشارع المجاور لمحل عملك تبدأ في الطاق إلى تناول كعكة مرحلة الحل تشتري كعكة وتتناولها تردي طاقك إلى تناول كعكة يصير شراء كعكة مرتبطا بالسير في الشارع المجاور لمحل عملك مرحلة المشكلة تتعثر في أحد المشروعات في عملك تشعر بأنك عاجز عن التقدم وتريد أن تخفف من شعورك بالإحباط مرحلة الحل تمسك بهاتفك وتبدأ في تفقد وسائل التواصل الاجتماعي تردي طاقك إلى الشعور بالارتياح يصير تفقد وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطا بشعورك بالعجز عن التقدم في العمل مرحلة المشكلة تدخل إلى غرفة مظلمة تريد أن ترى مرحلة الحل تفتح مفتاح النور تردي طاقك إلى الرؤية يصير تشغيل مفتاح النور مرتبطا بوجودك في غرفة مظلمة في الفصول التالية سنرى مراراً تكراراً كيف أن مراحل الإشارة والطوق والاستجابة والمكافأة الأربع تؤثر على كل شيء نفعله يومياً تقريباً لكن قبل أن نفعل هذا نحتاج إلى تحويل هذه المراحل الأربع إلى إطار عمل قابل للتطبيق يمكننا استخدامه في بناء العادات الحسنة والتخلص من العادات السيئة أشير إلى هذا الإطار باسم القوانين الأربع لتلهير السلوك وهو يقدم مجموعة بسيطة من القواعد الهادفة إلى خلق العادات الحسنة والتخلص من العادات السيئة ويمكنك التفكير في كل قانون على أنه روافع تؤثر على السلوك البشري وحين تكون الروافع في موضعها الصحيح تتم عملية بناء العادات من دون مجهود لكن حين تكون في موضع خاطئ يصير الأمر مستحيلاً تقريباً كيفية بناء عادة حسنة القانون الأول الإشارة يجعلها واضحة القانون الثاني الطوق يجعلها جزابة القانون الثالث الاستجابة يجعلها سهلة القانون الرابع المكافأة يجعلها مشبعة وبإمكاننا عكس هذه القوانين بهدف التخلص من العادات السيئة كيفية التخلص من العادة سيئة الصورة المعكوسة لقانون الأول الإشارة يجعلها خفية الصورة المعكوسة لقانون الثاني الطوق يجعلها غير جزابة الصورة المعكوسة لقانون الثالث الاستجابة اجعلها صعبة الصورة المعكوسة لقانون الرابع المكافأة اجعلها غير مشبعة سيكون تصرفا غير مسؤول مني إذا زعمت أن هذه القانونين الأربعة تمثل إطار عمل شامل لتغيير أي سلوك بشري غير أنني أعتقد بأنها قريبة من ذلك وكما سترى قريبا فإن القانونين الأربعة لتغيير السلوك تنطبق على كل مجال تقريبا من الرياضة إلى السياسة ومن الفن إلى الطب ومن الكوميديا إلى الإدارة ويمكن استخدام هذه القانون بصرف النظر عن التحديات التي تواجهها وما من حاجة إلى استراتيجيات مختلفة تماما لكل عادة فكلما أردت تغيير سلوكك يمكنك ببساطة أن تسأل نفسك الأسئلة التالية كيف يمكنني أن أجعله واضحا؟ كيف يمكنني أن أجعله جذابا؟ كيف يمكنني أن أجعله سهلا؟ كيف يمكنني أن أجعله مشبعا؟ إذا سبق أن تسألت لماذا لا أفعل ما أقول أنني سأفعله؟ لماذا لا أفقد الوزن؟ أو أتوقف عن تدخين؟ أو أبدأ في الإدخار من أجل التقاعد؟ أو أبدأ عملا جانبيا؟ لماذا أقول أن شيئا ما مهما لكنني لا أجد له الوقت كي أفعله؟ إجابة هذه الأسئلة يمكن أن توجد في موضع ما داخل هذه القوانين الأربعة فمفتاح بناء العادات الحسنة والتخلص من العادات السيئة هو فهم هذه القوانين الأساسية وكيفية تغييرها إلى ما يتلاءم مع موقفك فكل هدف مقدر له الفشل إذا صار على نحو يخالف الطبيعة البشرية؟ إن عاداتك تتشكل بواسطة الأنظمة الموجودة في حياتك وفي الفصول التالية سنناقش هذه القوانين واحدا تلوى الآخر ونبين كيف يمكنك استخدامها في بناء نظام تتجلى فيه العادات الحسنة بصورة طبيعية وتندسل فيه العادات السيئة من تلقاء نفسها ملخص الفصل العادة هي السلوك تكرر عددا كافيا من المرات بحيث صار أوتوماتيكيا الهدف النهائي لعادات هو حل مشكلات الحياة بأقل قدر من الطاقة والجهد أي عادة يمكن اختزالها إلى حلقة فيدباج التي تتضمن أربع مراحل الإشارة، التوق، الاستجابة، المكافأة القوانين الأربعة لتلهير السلوك هي مجموعة بسيطة من القواعد يمكننا استخدامها لبناء عادات أفضل وهذه القوانين هي اجعلها واضحة، اجعلها جزدابة، اجعلها سهلة، اجعلها مشبعة القانون الأول اجعلها واضحة الرجل الذي لم يبدو على ما يرام أخبرني الإخصاء النفسي جاري كلاين ذات مرة بكثة امرأة كانت تحضر تجمعا عائليا كانت المرأة تعمل منذ سنوات كمسعفة وعند وصلها إلى التجمع نظرت إلى حميها وشعرت بقلق شديد قالت له لا يعجبني حالك رد عليها حماها الذي كان نشعر بأنه في حال طيب ماذحا بقوله حسنا وأنا لا يعجبني حالك أيضا أصرت قائلة كلا أنت بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى الآن وبعد بداية ساعات كان الرجل يخضع لجراحة منقذة للحياة بعد أن كشف الفحص عن أنه يعاني انسدادا في شريان رئيسي وكان معرضا لخضر الإصابة بأزمة قلبية وشيكة ومن دون حدث زوجة ابنه كان من الممكن أن يموت ما الذي رأته هذه المسعفة وكيف تنبقت بالأزمة القلبية الوشيكة عند انسداد الشريان الرئيسية يركز الجسم على إرسالة دم إلى الأعضاء الحيوية وبعيدا عن الموادع الترفية القريبة من الجلد وتكون نتيجة ذلك تغيير في نمط توزيع الدم في الوجه وبعد سنوات من العمل مع أشخاص مصابين بأزمات قلبية اكتسبت المرأة من دون وعي منها القدر على تبين هذا النمط فورا رؤيته لم تستطع تفسير ما هي تما شاهدته في وجه حمايها غير أنها كانت تعلم أن سمت خطب الماء نجد قصصا مشابهة في مجالات أخرى على سبيل المثال بمقدور المحللين العسكريين تحديد أي نقطة رونها على شاشة الرادار تعد صاروخا معاديا وأي نقطة هي طائرة تنتمي إلى سربهم الجوي رغم أن الإثنين يتحركان بالسرعة نفسها ويتيران على الارتفاع نفسه ويبدوان متماثلين على شاشة الرادار من كل جانب وخلال حرب الخليج أنقذ الرائد البحري مايكل رالي بارجة كاملة حين أمر بإطلاق النيران على صاروخ متجه نحوها رغم أنه بدأ على الرادار شبيها تماما بإحدى طائرات هذه البارجة لقد اتخذ القرار السليم لكن حتى الرؤسائه لم يكن بوسعهم تفسير كيف فعل هذا معروف أيضا عن أمناء المتاحف قدرتهم على تبين الاختلافات بين القطع الفنية الأصلية والقطع الزائفة المنتجة بأيدي خبيرة رغم أنهم لا يستطيعون تحديد التفاصيل التي دلت على ذلك وبمقدور اختصاصي الأشعر متمرسين النظر إلى صورة بالأشعر الدماغ وتبين المنطقة التي استحدث فيها السكتة الدماغية قبل أن تظهر أي علامات واضحة للعين غير مدربة كما أنني سمعت عن مصاففات شعر يعرفنا ما إذا كانت العميلة حاملا أم لا استنادا إلى ملمس شعرها إن الدماغ البشري ماكين التنبؤات وهو يستوعب البيئة المحيطة به على نحو متواصل ويحلل المعلومات التي يعصر عليها وكلما تعرضت إلى شيء على نحو متكرر مثل المصعفة التي رأت وجه المصاب بالأزمة القلبية أو المحلل العسكري الذي رأى الصاروخ على شاشة الرادار فإن دماغك يبدأ في ملاحظة ما يهم ويرتب التفاصيل ويبرز الإشارات ذات الصلة ويصنف المعلومات من أجل الاستخدام المستقبلي وبقدر كاف من التدريب ستتمكن من تباين الإشارات التي تتنبأ بنتائج معينة من دون أن تفكر بها على نحو واعن فالدماغك يقوم أوتوماتيكيا بتشفيل الدروس المكتسبة من خلال الخبرة ولا نستطيع على الدوام تفسير ما هي تمنى نتعلمه غير أن التعلم يحدث طوال الوقت وقدرتك على ملاحظة الإشارات ذات الصلة في أي موقف بعينه تعد الأساس لكل عادة تقوم بها إننا نحط من قيمة مقدار ما تستطيع أدمغتنا وأجسادنا القيام به من دون تفكير فأنت لا تأمر الشعر بأن ينمو أو القلب بأن يدخ الدم أو الرئتين بأن تتنفسها أو المعدة بأن تهدم الطعام ومع ذلك فجسدك يتولى كل هذه الأمور وغيرها الكثير بصورة أوتوماتيكية فأنت أكثر بكثير من ذاتك الواعية تدبر غريزة الجوع كيف تعرف حين تكون جائعا؟ لا يتعين عليك بالضرورة أن تركعك على الطاولة كي تدرك أدنى وقت تناول الطعام قطحان فالشهية والجوع يجري التحكم بهما بصورة لاواعية يمتلك جسدك العديد من حرقات فيتباك التي تنبهك تدريجيا حين يكون وقت تناول الطعام قطحان والتي تتتبع ما يحدث من حولك وفي داخلك ومن الممكن أن ينشط الطوق إلى الطعام نتيجة للهرمونات والمواد الكيميائية التي تسري في جسدك وفجأة تشعر بالجوع رغم أنك لا تعلم تحديدا ما أطلق هذا الشعور بداخلك هذه واحدة من الأفكار المدهشة المتعلقة بالعادات فأنت لست بحاجة إلى أن تكون وعيا بالإشارة الخاصة بالعادة كي تبدأ ففي وسعك أن تلاحظ فرصة ما وأن تبادر بالفعل من دون أن تخصص قادرا من الانتباه الواعي لها وهذا ما يجعل عادات نافعة وهو أيضا ما يجعلها خطيرة فبينما تتكون العادة تصير أفعالك وقاعة تحت توجيه عقلك اللاواعي والأوتوماتيكي وتسقط فريسة الأنمات القديمة قبل حتى أن تدرك ما يحدث فما لم يوضح شخص ما لأمر لك ربما تعجز عن ملاحظة أنك تغطي فمك بيدك كلما ضحكت أو أنك تعتذر قبل توجيه أي سؤال أو أن لديك عادة إكمال عبارات الآخرين وكلما قررت هذه الأنمات صار من الأقل ترجيحا أن تتساءل عما تفعله وعن سبب الكيام به سماته ذات مرة عن موظف في أحد المتاجر صدرت إليه التعليمات بأن يقطع بطاقات الهدايا الفارغة بعد أن يستهلك العميل الرصيد المتاح بها وذات يوم تعامل الموظف مع عدد من العملاء الذين استخدموا بطاقات الهدايا حتى نفاذ الرصيد وحين جاء العميل التالي أمسك الموظف بطاقة ائتمانه ثم قطع بطاقة بالمقص إلى نصفين بشكل أوتوماتيكي تماما قبل أن ينظر إلى العميل المزهول ويدرك ما يفعل ثم تمرأة أخرى قابلتها في أثناء أبحاثي وكانت تعمل مدرسة في روضة أطفال قبل أن تغير مهنتها وتعمل في إحدى الشركات ورغم أنها تعمل الآن مع أشخاص بالغين لا تزال عادتها قديمة تسيطر عليها وما برحت تسأل زملائها في العمل عما إذا كانوا قد غسلوا أيديهم بعد الذهاب إلى الحمام كما عرفت بشأن ذلك الرجل الذي قضى سنوات يعمل حارسا للشواطئ والذي كان يسيح من حين لآخر لا تركض كلما شاهد طفلا يركض مع الوقت تصير الإشارات التي تحفز عادتنا شائعة للغاية إلى درجة أنها تصير غير مرئية تماما الكعكات الموضوع على طاولة المطبخ جهاز التحكم عن بعض الموضوع بجوار الأريكة الهاتف الموجود في جيبنا واستجابتنا لهذه الإشارات تكون مترسخة للغاية لدرجة أنه يبدو كأن الدافع نحو الفعل يأتي من العدم ولهذا السبب علينا أن نبدأ عملية تغيير السلوك بالوعي لذا فقبل أن نستطيع بناء عادات جديدة نحن بحاجة إلى السيطرة على عادتنا الحالية يمكن أن يكون هذا الأمر أكثر صعوبة ما يبدو عليه لأنه بمجرد أن تصير العادة مترسخة في حياتك فإنها تكون لا شعورية وأوتوماتيكية وإذا ظلت العادة لا واعية لا يمكنك أن تتوقع تحسنها وعن هذا قال علم النفس كارل يونج إلى أن تتمكن من جعل اللا واعي واعيا سيوجه حياتك وستطلق على هذا اسم القدر بطاقة تسجيل العداد تعد منظومة السكك الحديدية اليابانية واحدة من أفضل منظومات على مستوى العالم وإذا ركبت أحد الكطارات في توكيو ستلاحظ أن لمشغل الكطارات عادة غريبة فعندما يكون الواحد منهم بتشغيل الكطار فإنه يشير إلى مختلف الأشياء ويسيح بالأوامر فمثلا عندما يكترب الكطار من إشارة يشير مشغل الكطار إليها ويقول الإشارة خضراء وبينما يدخل كطار كل محطة ويغادرها يشير المشغل نحو مؤشر السرعة ويسيح مناديا بالسرعة المحددة التي تظهر على المؤشر وحين يحين وقت المغادرة يشير المشغل إلى الجدول الزمني ويقول الوقت وعلى الرصيف يؤدي باقي موظفين أفعالا مشابهة فقبل مغادرة كل كطار لرصيف المحطة يشير أفراد المحطة على امتداد الرصيف ويسيحون كل شيء سليم فكل تفصيل يجري تحددها والإشارة إليها والمنادى بها بصوت عالي تعرف هذه العملية باسم أسلوب الإشارة والنداء وهي منظومة للسلامة صممت بهدف تقليل الأخطاء يبدو الأمر سخيفا ويرى أنه يعمل بنجاح عظيم فقد قلل أسلوب الإشارة والنداء من الأخطاء بنسبة تصل إلى 85% ومنع الحوادث بنسبة تبلغ نحو 30% وقد تبنت منظومة مترو أنفاق نيويورك نسخة معدلة من هذا الأسلوب تتألف من الإشارة فقط وفي غضون عمين من التنفيذ انخفضت الحوادث التي تسببها المسافات الخاطئة بين الكتارات بنسبة 57% إن أسلوب الإشارة ونداء فعال الغاية لأنه يرفع مستوى الإدراك من مستوى اللاوعي إلى مستوى الوعي ولأن على مشغل الكتارات أن يستخدموا أعينهم وأيديهم وأفواهاهم وآذانهم فمن المرجح أن يلاحظوا المشكلات قبل أن يقع خطأ ما تقوم زوجتي بشيء مشابه فكلما كنا بصادر خروج من المنزل في رحلة فإنها تنادي بصوت مسموعة بأسماء أهم الأشياء على قائمة الحزن لدي مفاتيحي، لدي محفظتي، لدي نظارتي، لدي زوجي كلما صار السلوك أوتوماتيكياً صار من الأقل ترجيحاً أن نفكر فيه على نحو واعد وحين نفعل شيئاً ما ألف مرة نبدأ في التغافل عنه فنحن نفترض أن المرة القادمة لن تختلف عن السابقة فنحن نعتاد للغاية عمل الأشياء إلى درجة أننا لا نتوقف كي نسأل أنفسنا ما إذا كان هذا هو تصرف الصحيح أم لا والعديد من إخفاقاتنا في الأداء إنما يعذى ببساطة إلى افتقارنا إلى الوعي بالذات يتمثل أحد أكبر التحديات فيما يخص تغيير العادات في الحفاظ على الوعي بما نفعله حقاً وهذا يساعد في تفسير لماذا يمكن أن تتسلل عواقب العادات السيئة إلى حياتنا فنحن بحاجة إلى منظومة إشارة ونداء في حياتنا الشخصية وهذا هو أصل بطاقة تسجيل العادات وهي عبارة عن تدريب بسيط يمكن استخدامه كي تصير أكثر وعياً بسلوكياتك وكي تصنع بطاقتك الخاصة كن بعمل قائمة بعاداتك اليومية إليك مثالاً على ما يمكن أن تحتوي عليه قائمتك أستيقظ، أطفئ المنبه، أتفقد هاتفي، أذهب إلى الحمام، أذن نفسي، أخذ حماماً، أخسل أسناني بالفرشاة، ونظف أسناني بالخيط، أضع مزير رائحة العرق، أعلق من شفك تجف ارتدي ملابسي، أصنع النفسي قطحة من الشاي وبمجرد أن تصير لديك قائمة كاملة، تدبر كل السلوك فيها، واسأل نفسك هل هذه عادة حسنة أم سيئة أم عادة محايدة إذا كانت عادة حسنة، أكتب بجوارها العلامة موجب، وإذا كانت سيئة أكتب سالب، وإذا كانت محايدة أكتب يساوي على سبيل المثال، من الممكن أن تبدو القائمة السابقة كالتالي أستيقظ يساوي، أطفئ المنبه يساوي، أتفقد هاتفي سالب، أذهب إلى الحمام يساوي أذن نفسي موجب، أخذ حماماً موجب أخسل أسناني بالفرشاة موجب، ونظف أسناني بالخيط موجب أضع مزير رائحة العرق موجب، أعلق من شفك تجف يساوي، أرتدي ملابسي يساوي أضع لنفسي قطحة من الشاي موجب ستعتمد العلامات التي تضعها إلى جوار كل عادة بعينها على موقفك الحالي وعلى أهدافك فبالنسبة إلى شخص يحاول فقدان الوزن فإن تناول شريحة من خبز البيجل مع زبد الفول السوداني كل صباح ربما يعد عادة سيئة لكن في حالة شخص يريد أن يزيد وزن وكتلته العضرية ربما يعد السلوخ ذاته عادة حسنا الأمر كله يعتمد على ما تريد تحقيقه يمكن لتسجيل عادتك أن يكون عملية أكثر تعقيدا لسبب آخر كذلك فالتسميات عادة حسنة وعادة سيئة غير الضقيقة إلى حد ما فلا توجد عادات حسنة وعادات سيئة في حد ذاتها بل هناك عادات فعالة وحسب بمعنى أن العادات فعالة في حل المشكلات وكل العادات تخدمك بصورة ما حتى السيئة منها ولهذا السبب أنت تكررها وبالنسبة إلى هذا التدريب كن بتصنيف عاداتك وفق الكيفية التي تفيدك بها على المدى البعيد وبصورة عامة العادات الحسنة سيكون لها نتائج إيجابية بينما العادات السيئة لها نتائج سلبية فتدخين السجائر قد يقلل توترك الآن وهذه هي الكيفية التي يقدمك بها غير أنه ضار بصحتك على المدى البعيد إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في تحديد كيفية تصنيف عادة معينة إليك بالسؤال التالي الذي أستخدمه هل هذا السلوك يساعدني في أن أصبح ذلك الشخص الذي أتمنى أن أكونه؟ هل هذه العادة لها تأثير إيجابي أم سلبي على هوياتي؟ فالعادات التي تعزز هوياتك منشودة تكون في المعتاد عادات حسنة والعادات التي تتعارض مع هوياتك منشودة تكون في المعتاد عادات سيئة حين تكون بعمل بطاقة تسجيل عادات خاصة بك لا توجد حاجة إلى تغيير أي شيء في البداية فالهدف ببساطة هو أن تلاحظ ما يحدث حقا راكب أفكارك وأفعالك من دون أن تصدر عليها أحكاما أو تنتقدها داخليا لا تلومن نفسك على أخطائك ولا تمتدح نفسك على نجحتك إذا كنت تتناول لوحة من الشوكولاتة كل الصباح أقر بهذا كما لو أنك تشاهد شخصا آخر آه كم هو مسير للإهتمام أن يفعل شيئا كهذا وإذا كنت تفرض في تناول الطعام فقط لاحظ أنك تتناول من الصعرات الحرارية أكثر مما ينبغي وإذا كنت تضيع الوقت على الإنترنت لاحظ أنك تهدر حياتك بطريقة لا تردها إن الخطوة الأولى نحو تغيير العادات السيئة هي أن تراكبها وتحددها وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى المساعدة يمكنك تجربة أسلوب الإشارة ونداء على حياتك كل بصوت عالي الفعل الذي تفكر في الإقدام عليه والنتيجة التي ستترتب عليه إذا أردت أن تقال العادة تناول الطعام المرزول لكن لاحظت أنك تمسك بكعكة أخرى قل بصوت عالي أنا على وشك أن أتناول هذه الكعكة لكنني لا أحتاج ذلك إن تناولها سيجعلني أزداد في الوزن ويدر بصحتي إن سماع عادتك السيئة بصوت عالي يجعل عواقبها ملموسة ووقعية أكثر فهذا يضيف سقلا إلى الفعل البدلا من ترك نفسك تنظلك من دون تفكير إلى سلوكك الروتيني قديم وهذا الأسلوب مفيد حتى إذا كنت تحاول وحسب أن تتذكر أحد البنود على قائمة المهام الخاصة بك فبمجرد قول الشيء بصوت العالي غدا أحتاج للذهاب إلى مكتب بريد بعد الغداء يزيد احتمالات تذكرك له وفعله فأنت تحمل نفسك على الإقرار بحاجتك إلى الفعل وهذا يحدث كل الفرق إن عملية تغيير السلوك تبدأ دائما بالوعي بسلوكياتك والاستراتيجيات مثل الإشارة ونداء وبطاقة تسجيل العادات تركز على جعلك تدرك عادتك وتقرب الإشارات التي تحفزها وهذا يمكنك من الاستجابة بطريقة مفيدة لك ملخص الفصل مع التدريب الكافي سيلتقط دماغك الإشارات التي تتنبأ بنتائج معينة من دون تفكير فيها بشكل واعي بمجرد أن تصير العادة أوتوماتيكية فإننا نتوقف عن الانتباه إلى ما نفعله عملية تغيير السلوك تبدأ دائما بالوعي فأنت بحاجة إلى أن تكون واعيا بعاداتك قبل أن تستطيع تغييرها أسلوب الإشارة ونداء يرفع مستوى إدراكك من العادة اللاوعية إلى مستوى أكثر واعيا وذلك عن طريق التعبير اللفظي عن أفعالك بطاقة تسجيل العادات تدريب بسيط يمكنك استخدامه كي تصير أكثر واعيا بسلوكك الطريقة المسلى لبدء عادة جديدة في عام 2001 بدأ بيحسون في بريطانيا العظمة في العمل مع 248 شخصا من أجل بناء عادات التدريب على مدار أسبوعين وقد قسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى كانت المجموعة الضابطة وقد طلب من أفرادها أن يسجلوا عاد المرات التي تدربون فيها وحسب أما المجموعة الثانية فكانت مجموعة التحفيز وهؤلاء لم يطلب منهم فقط تسجيل عدد مرات تدربهم وإنما قرأوا كذلك بعض المواد المتعلقة بفوائد التدريبات البدنية وقد أوضح الباحثون لأفراد هذه المجموعة كيف يمكن للتدريبات البدنية أن تقلل من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي وتحسن من صحة القلب وأخيرا كانت هناك مجموعة ثالثة طلق هؤلاء الأفراد العرض التقديمي عينه الذي يقدم للمجموعة الثانية وهو ما يضمن حصولهم على قدر عينه من التحفيز ومع ذلك فقد طلب منهم أيضا سياغت خطة توضح متى وأين سيتدربون على مدار الإسبوع التالي وتحديدا أكمل كل عضو في هذه المجموعة العبارة التالية خلال الإسبوع التالي سأشارك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في تدريبات جادة في اليوم والساعة وذلك في المكان في المجموعتين الأولى والثانية بلغت نسبة إقبال الأشخاص على التدريبات البدنية مرة واحدة إسبوعيا على الأقل 35.38% على التوالي ومن المسيل للدهشة أن العرض التحفيزي المقدم للمجموعة الثانية بدأ عديم التأثير على سلوك أفرادها غير أن نسبة 91% من أفراد المجموعة الثالثة تدربوا مرة واحدة أسبوعيا على الأقل بمعدل زاد على ضعف المعدل الطبيعي إن العبارة التي أكملها هي ما يشير إليه الباحثون بمصطلح نية التنفيذ وهي خطة تضعها مسبقا بشأن وقت ومكان العمل بمعنى توضيح الكافية التي تنوي بها تنفيذ عادة معينة إن الإشارات التي تطلق العادات لها سور عدة ومتنوعة الإحساس بارتجاج الهاتف في جايبك رائحة كعكة الشوكولاتة صوت عربة الإسعاف غير أن الإشارتين الأهم مكاتبة وهما الزمن والمكان وتعمل نية التنفيذ على استغلال قوة هتين الإشارتين بصورة عامة الصيغة المستخدمة في إنشاء نية التنفيذ هي حين يحدث الموقف سين سأكون بالاستجابة صاد وقد بيّنت مئات الدراسات أن نيات التنفيذ فعالة لغاية في التمسك بالأهداف سواء تعلق الأمر بتدوين الوقت المحدد الذي استحصل فيه على حقنة مصل الإنفلونزا أو تسجيل موعد فحص القولون بالمنظار فهي تزيد احتمالات التزام الناس بعادات مثل ركوب الدرجات والمذاكرة والخرود إلى النوم مبكراً والتوقف عن تدخين وقد وجد الباحثون أن الإقبال على التصويت يزداد حين يجبر الناس على وضع خطط نيات التنفيذ وذلك عن طريق الإجابة عن أسئلة مثل أي طريق ستأخذه إلى مركز الاختراع في أي وقت تخطط إلى الذهاب؟ أي حافلة ستستقل هناك؟ كما حفزت برامج حكومية أخرى المواطنين على وضع خطة واضحة لإرسال إكراراتهم الضريبية في المواد المحدد أو قدمت لهم توجيهات بشأن توقيت أماكن سداد المخالفات المرورية المتأخرة المقصد النهائي واضح فالأشخاص الذين يدعون خطة محددة بشأن توقيت ومكان القيام بعادة جديدة من الأرجح أن يقدموا عليها فعلاً يحاول أشخاص عديدون أن يغيروا عادتهم من دون تحديد هذه التفاصيل الأساسية فنحن نقول لأنفسنا سأتناول طعاماً صحياً أو سأكتب كثيراً غير أننا لا نحدد متى وأين ستحدث هذه العادات فنحن نترك هذه الأمور للصدفة ونأمل أن نتذكر وحسب القيام بها أو أن نشعر بالتحفيز في الوقت الملائم إن نية التنفيذ تزيل تماماً أي أفكار دبابية على غرار أريد أن أتدرب أكثر أو أريد أن أكون أكثر إنتاجية أو ينبغي أن أصوت وتحولها إلى خطة عمل ملموسة يظن الكثيرون أنهم يفتقرون إلى التحفيز بينما ما يفتقرون إليه في الحقيقة هو الوضوح فليس واضحاً على الدوام متى وأين يغضبون على الفعل وبعض الأشخاص يمضون حياتهم بالكامل وهم ينتظرون الوقت المناسب للقيام بأحد التحسينات بمجرد وضع نية التنفيذ لن يكون عليك الانتظار حتى يأتيك الإلهام هل أكتب أحد الفصول اليوم أم لا؟ هل أتأمل في الصباح أم بعد الغداء؟ فعندما تأتي لحظة الفعل لن تكون سمت حاجة إلى اتخاذ قرار قط فقط اتبع خطتك المحددة سلفاً الطريقة البسيطة لتطبيق هذه الاستراتيجية على عادتك هي أن تكمل العبارة التالية سوف أؤدي السلوك في الوقت في المكان التأمل سوف أتأمل لمدة دقيقة واحدة في السابعة صباحاً في مطبخي المذاكرة سوف أذاكرة الإسبانية لمدة 20 دقيقة في السادسة مساء في غرفة نومي التدريب سوف أتدرب لمدة ساعة واحدة في الخامسة مساء في صالة التدريبات المحلية الزواج سوف أصنع لشريكة حياتي قطحة من الشاي في السامنة صباحاً في المطبخ إذا لم تكن واثقاً من وقت البدء في عادتك جرب اليوم الأول من الأسبوع أو الشهر أو العام من المرجح أن يقدم الناس على الفعل في تلك الأوقات لأن الأمل يكون أعظم وقتها وإذا كان لديك أمل فسيكون لديك سبب للإقدام على الفعل فالبداية الجديدة تشعرك بالتحفيز ثمت فائدة أخرى لنيات التنفيذ فاتسامك بالتحديد بشأن ما تريد والكيفية التي ستحقق بها سيساعدك على أن تقول لا للأشياء التي تعيق تقدمك وتشتت انتباهك وتبعدك عن الطريق الصحيح فنحن دائماً ما نقول نعم للطلبات البسيطة لأننا لسنا واضحين بما يكفي بشأن ما نحتاج إلى عمله بدلاً من ذلك وحين تكون أحلامك مبهمة يصير من السهل أن تبرل لنفسك الاستثناءات الصغيرة طوال اليوم ولا تبدأ في عمل الأشياء المحددة التي تحتاج إلى عملها كي تنجح امنح عادتك وقتاً ومكاناً محددين في هذا العالم فالهدف هو أن تجعل الوقت والمكان واضحين تماماً لدرجة أنه بقليل من التكرار ستحصل على دفع للقيام بالأمر الصحيح وفي الوقت الصحيح حتى لو لم تستطع أن تقول لماذا؟ ويقول الكاتب جيسون زويج من الواضح أنك لن تتدرب مطلقاً من دون فكر واعي لكن مثل الكلب الذي يسيل لعابه عند سماع الجرس ربما تبدأ في الشعور بالقلق حين يأتي الوقت من اليوم الذي تتدرب فيه عادة سمت سبل عدة لاستخدام نيات التنفيذ في حياتك وفي عملك وأسلوبي مفضل هو ذلك الذي تعلمته من بي جي فوج الأستاذ بجامعة ستانفورد وهي استراتيجية أسميتها تجديس العادات تجديس العادات خطة بسيطة لفحص عادتك عاش في فلسوفي برينسي دينيس ديدرو حياته كلها فقيراً وغير أن كل هذا تغير زيت يوم من العام 1765 كانت ابنة ديدرو توشك على الزواج ولم يكن باستطاعاته تحمل تكاليف الزفاف ورغم فكر ديدرو الشديد فقد كان معروفاً بدوره كأحد المشاركين في وضع موسوعة إنسايكلوبيديا وهي واحدة من أكثر الموسوعات شمولاً في ذلك الوقت وحين علمت كاثرنا العظمة إمبراطورة روسيا بمحنة ديدرو المالية تعطفت معه كانت محبة للقراءة واستنتعت كثيراً بقراءة الموسوعة وقد عرضت على ديدرو شراء مكتبة الخاصة مقابل ألف جنيه وهو ما يساوي أكثر من 150 ألف دولار في عصرنا الحالي وفجأة صار ديدرو يمتلك مالاً يستطيع إنفاقه ومن فرواته الجديدة لم يدفع تكاليف الزفاف وحسب وإنما اشترى لنفسه كفطاناً كرموزياً كذلك كان كفطان ديدرو الكرموزي جميلاً بل إنه كان من الجمال بحيث لاحظ ديدرو على الفور أنه لا يتناسب مع بقية مقتنياته وقد كتب أنه لم يكن سمى التنصيق ولا وحدة ولا جمال بين كفطاناً الأنيق وبقية مقتنياته سريعاً ما شعر ديدرو بحافظ إلى تحديث مقتنياته فاستعاد عن بصاته ببصات آخر والدمشقي وزين منزله بمنحوتات غالية واشترى مرآة كي يضعها فوق رف المدفقة واشترى طاولة مطبخ أفضل كما تخلص من كرسيه القديم المصنوع من الكش واشترى آخر مكسواً بالجلد وشأن أحجار الدوميو أدت كل عملية شراء العملية يليه عليها إن سلوك ديدرو شائع وفي الحقيقة إن إتباع كل عملية شراء بعملية أخرى له اسم وهو تأثير ديدرو وينص تأثير ديدرو على أن شراء أي شيء جديد عادة ما يخلق دائرة مفرغة من الاستهلاك تؤدي إلى عمليات شراء أخرى لاحقاً يمكنك ملاحظة هذا النمط في كل مكان فحين تشتري المرأة ثوباً جديداً تشتري بعضه حذاءاً ثم كرتين يتناسبان معه وحين تشتري أريكا تبدأ فجأة في التشكك في محتويات غرفة المعيشة كلها وحين تشتري اللعبة لطفلك تجد نفسك وقد اشتريت كل الملحقات الخاصة بها إنه تفاعل متسلسل من عمليات الشراء العديد من السلوكيات البشرية يتبع هذه الدائرة فكثيراً ما تكرر ما ستفعله بعد ذلك استناداً إلى ما انتهيت من فعله للتو فالذهاب إلى الحمام يؤدي إلى غسل يديك وتكفيفهما وهذا يذكرك بأن عليك وضع منشفة غير نظيفة في سلة الغسيل ومن ثم تضيف مصحوك الغسيل إلى قائمة مشترياتك وهكذا دواليك فما من سلوك يحدث بمعزلة عن غيره وكل فعل يصير إشارة تتسبب في إطلاق السلوك التالي عليه ما سبب أهمية هذا الأمر حين يتعلق الأمر ببناء عادات جديدة يمكنك استخدام ذلك الترابط الذي تتسم به السلوكيات لصالحك ومن أفضل الطرق لبناء عادة جديدة هو تحديد عادة حالية تفعلها بالفعل كل يوم ثم تلحق بها السلوك الجديد المنشود وهذا يسمى تجديس العادات إن تجديس العادات صورة خاصة من نيات التنفيذ فبدلاً من ربط العادة الجديدة بوقت ومكان محددين أن تتربطها بعادة حالية وهذه الطريقة التي ابتكرها بيجيه فوج كجزء من برنامج العادات الدقيقة الذي ابتكره يمكن استخدامها في تصميم إشارة واضحة لأي عالة تقريباً ومعادلة تجديس العادات هي بعد العادة الحالية سأقوم بالعادات الجديدة التأمل بعد أن أصب فينجانة من القهوة كل صباح سأتأمل لمدة دقيقة التدريب بعد أن أخلع حزاء العمل سأغير ملابسي فوراً وأرتدي زي التدريب العرفان بعد أن أجلس تناول العشاء سأذكر شيئاً واحداً حدث في اليوم وأشعر نحو بالعرفان الزواج بعد أن أخل الإرفراش ليلاً سأمنح زوجتي قبلة السلامة بعد أن أنتعي الحزاء الجاري سأبع سلسلة نصية إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أعرف فيها بأنني سأجري وأعرف بالوقت الذي سأستغرقه السر هنا هو أن تربط السلوك المنشود بشيء تفعله بالفعل كل يوم وبمجرد أن تتقن هذا التدريب الأساسي يمكنك البدء في بناء سلسلة أكبر من العادات عن طريق ربط العادات البسيطة معاً وهذا يمكنك من الاستفادة من الزخم الطبيعي الذي يأتي من تتابع السلوكيات الواحد تلو الآخر وهي نسخة إيجابية من تأثير ديدرو تجديس العادات يزيد من احتمالية التزامك بإحدى العادات وذلك عن طريق وضع العادة الجديدة فوق عادة قديمة وربطها بها وهذه العملية يمكن تكرارها كي تشكل سلسلة من العادات المرتبطة معنا بحيث تعمل كل واحدة بمنزلة إشارة للأخرى ومن الممكن أن تبدو سلسلة العادات الروتينية الصباحية على الشكل التالي بعد أن أصب قطحة من الكهوة سأتأمل لمدة 60 ثانية بعد أن أتأمل لمدة 60 ثانية سأكتب قائمة المهام الخاصة باليوم بعد أن أكتب قائمة المهام الخاصة باليوم سأشرع على الفور في تأدية المهمة الأولى أو تدبر سلسلة العادات المسائية التالية بعد أن أنتهي من تناول طعام العشاء سأضع أطباقي على الفور في غسارة الأطباق بعد أن أضع أطباقي في غسارة الأطباق سأمسح الطاولة على الفور بعد أن أمسح الطاولة سأضع فنجان الكهوة كي يكون جاهزا غدا صباحا يمكنك أيضا أن تدخل سلوكيات جديدة في منتصف روتينك الحالي على سبيل المثال ربما يكون لديك بالفعل روتينا صباحيا يبدو بهذه الصورة أستيقز ورتب فراشي آخذ حماما لنفترض أنك تريد غرس عادة قراءة لبعض الوقت ليلة يمكنك التوسع في سلسلة العادات وتجرب شيئا مثل؟ أستيقز ورتب فراشي أضع كتابا على المخدة أخذ حماما والآن حين تخرج إلى الفراش كل ليلة سيكون الكتاب في انتظارك كي تستمتع بقراءته إجمالا يتيح لك تجديس العادات في سلسلة أن تخلق مجموعة من القوائل البسيطة التي ترشد سلوكك المستقبلي الأمر يبدو وكأن لديك على الدوام خطة عمل تحدد الفعل الذي سيأتي بعد ذلك وبمجرد أن تشعر بالارتياح لهذا الأسلوب يمكنك تطوير سلاسل عامة من العادات كي ترشدك كلما كان موقف مناسبا التدريب حين أرى سلما أصعده بدلا من استخدام المسعد المهرات الاجتماعية حين أحضر حفلا سأقدم نفسي إلى شخص لا أعرفه بالفعل الشؤون المالية حين أريد شراء شيء تزيد قيمته على 100 دولار سأنتظر 24 ساعة قبل الشراء الطعام السحي حين أجهز لنفسي وجبة سأضع الخضروات على الطبق أولا البساطة حين أشتري شيئا جديدا سأتخلى عن شيء قديم شيء يدخل شيء يخرج الحالة المزاجية حين أرن جرز الهاتف سأخذ نفسا عميقا وأكتسم قبل أن أجيب النسيان حين أغادر مكانا عاما سأتفقد الطاولة والكراسي كي أتأكد من أنني لم أنسى شيئا بصرف النظر عن كيفية استخدامك لهذه الاستراتيجية فالسر وراء خلق سلسلة عادات ناجحة هو اختيار الإشارة المناسبة كي تطلق ما بعدها فخلافا لنية التنفيذ التي تحدى الوقت والمكان لأي سلوك فإن تجديس العادات مدمج بداخله الوقت والمكان بالفعل ومن الممكن للتوقيت والمكان الذي تختار فيه إدخال عادة جديدة إلى الروتينة كلامي أن يحدثها اختلافا كبيرا فإذا حاولت إدخال عادة التأمل إلى الروتينة كالصباحي غير أن وقت الصباح يكون فوضويا ويواصل الأطفال الجري داخل المنزل فربما يكون ذلك الوقت والمكان غير ملائمين فكر في أكثر الأوقات التي من المرجح أن تحقق بها النجاح ولا تطلب من نفسك القيام بعادة في وقت من المرجح أن تكون مشغولا فيه بشيء آخر يجب أن تحدث الإشارة بالمعدة نفسه الذي تحدث به عادتك المنشودة فإذا كنت تريد الموظبة على إحدى العادات اليومية فلا تربطها بعادة تحدث فقط يوم الإثنين من كل إسبوع فهذا ليس خيارا جيدا ومن ترك العصور على الإشارة الصحيحة لسلسلة عاداتك العصف الزهني والتفكير في قائمة بعاداتك الحالية يمكنك استخدام بطاقة تسجيل عادات المستخدمة في فصل الصابق كنقطة بداية وبالمثل يمكنك إنشاء قائمة فيها عمودان بحيث تكتب في العمود الأول العادات التي تؤديها كل يوم بلا استثناء على سبيل المثال أنهض من الفراش أخذ حماما أخسل أسناني أرتدي ملابسي أعد فنجانة من القهوة أتناول طعام الإفطار أوصل الأطفال إلى المدرسة أبدأ يوم العمل أتناول الغداء أنهي يوم العمل أغير ملابس العمل أجلس تناول العشاء أغلق الأنوار أخلد إلى الفراش من الممكن أن تكون قائمتك أطول غير أنك فهمت الفكرة وفي العمود الثاني أكتب كل الأشياء التي تحدث لك كل يوم بلا استثناء على سبيل المثال الشمس تشرق تأتيك رسالة نصية الأغنية التي تستمع إليها تنتهي الشمس تغرب بالاستعانة بهتاني قائمتين يمكنك البدء في البحث بالروتين اليومي هي حين أخذ استراحة من أجل الغداء سأؤدي عشرة تمرينات ضغط من الوهلة الأولى يبدو هذا معقولاً ويرأنني أدركت سريعاً أن الإشارة لم تكن واضحة فهل سأؤدي هذه التمرينات قبل الغداء أم بعده وأين سأؤديها وبعد عدد من الأيام التي لم أوظف فيها على العادة غيرت العبرة التي استخدمتها إلى عندما أغلق حاسبي المحمول من أجل تناول الغداء سأؤدي عشرة تمرينات ضغط إلى الجوار مكتبي وهنا زال الغمول إن عادات على غرار أقرأ أكثر أو أتناول طعاماً صحياً كلها لا بأس بها غير أن هذه الأهداف لا تقدم تعليمات تتعلق بكيفية الفعل وتوقيته كن محدداً وواضحاً بعد أن أغلق البال بعد أن أغسل أسناني بعد أن أجلس إلى الطاولة فالتحديد أمر مهم فكلما ربطت عادتك الجديدة بإشارة محددة زادت احتمالات ملاحظتك للوقت الذي تؤدي فيه هذه العادة إن القانون الأول لتغيير السلوك هو إجعلها واضحة وتعد استراتيجيات مثل نيات التنفيذ وتجديس العادات من بين الترق العملية لبناء إشارات واضحة لعادتك وتصميم خطة واضحة تتعلق بتوقيت ومكان الفعل ملخص الفصل القانون الأول لتغيير السلوك هو إجعلها واضحة الإشارتان الأكثر شيوعا هما الزمن والمكان يمكنك استخدام استراتيجية نيات التنفيذ من أجل ربط عادة جديدة بتوقيت ومكان محددين معادلة نيات التنفيذ هي سوف أؤدي السلوك في الوقت في المكان تمكنك استراتيجية تجديس العادات من ربط عادة جديدة بعادة أخرى قائمة بالفعل معادلة تجديس العادات هي بعد العادة الحالية سأقوم بالعادات الجديدة التحفيز مبالغ في أهميته بينما البيئة تهم أكثر راودت آن سورنديك اختصاصية الرعاية الصحية الأولى في مستشفى ماست شوستس العام في بوستون فكرة مجنونة فقد رأت أن بمقدورها تحسين عادات الأكل لآلاف من العاملين بالمستشفى وزوارها من دون تغيير إرادتهم أو تحفزهم بأي صورة في الحقيقة لم تكن تخطط للتحدث إليهم على الإطلاق وقد صممت سورنديك وزملائها دراسة استمرت ستة أشهر تهدف إلى تغيير الشكل المعماري لكافيتيريا المستشفى وقد بدأوا بأنغيروا الكيفية التي تعرض بها مشروبات في القاعة في الصابق كانت التسلاجات من موضوع إلى جوار مكينات تسجيل النقود في كافيتيريا تملأ بالمشروبات الرغازية وحسب أضاف الباحثون الماء كخيار إضافي في كل سلاجة منها علاوة على ذلك فقد وضعوا سلالا مليئة بزجاجات المياه المعبئة إلى جوار طولات الطعام في أرجاء القاعة زلت المياه الغازية موجودة في السلاجات الرئيسية غير أن الماء صار متاحا في كل أماكن الشرب وعلى مدار الأشهر السلاسة التالية انخفضت مبيعات المياه الغازية بالمستشفى بنسبة 11.4% وارتفعت مبيعات المياه المعبئة بنسبة 25.8% وقد قام الفريق بتغييرات مشابهة وحصلوا على نتائج مشابهة فيما يخص الطعام في كافيتيريا ولم يتحدث أحد بكلمة إلى أي شخص ممن يرتدون المكان في المعتاد لا يختار الناس المنتجات بسبب ماهيتها وإنما بسبب موقعها فإذا دخلت إلى المطبخ ورأيت طبقا عليه بعض الكعكات موضوع على الطاولة فسأمسك بعدا منها وأبدأ في تناولها حتى لو لم أكن أفكر فيها من قبل وإذا لم أكن جائعا حتى وإذا كانت طاولة الطعام المشتركة في محل العمل عمر بالكعكات المحلى وخبز البيجل فسيكون من الصعب علي ألا أتناول واحدة منها من حين لآخر فعادتك تغير استنادا إلى المكان الذي توجد فيه والإشارات المعروضة أمامك إن البيئة هي اليد الخفية التي تشكل السلوك الإنساني ورغم سمتنا متفردة فإن بعض السلوكيات تظهر مرارا متكرارا في زل ظروف بيئية معينة ففي الكنيثة يتحدث الناس همثا وفي الشوارع المظلمة ينتاب الناس القلق ويتوخون الحذر وبهذه الطريقة فإن أكثر صور التغيير شيوعا ليست داخلية وإنما خارجية فالعالم من حولنا يغيرنا وكل عادة تعتمد على السياق الذي أنت موجود فيه في العام 1936 كتب العالم النفسي كيرت لوين معادلة بسيطة تحمل رسالة قوية وهي السلوك بارعا للشخص والبيئة التي يوجد فيها لم يمر وقت طويل حتى اختبرت معادلة لوين في مجال العمل ففي العام 1952 وصف الاقتصادي هوكينج ستيرين ظاهرة سماها الشراء المدفوع بالاقتراح والذي ينشأ حين يرى متصوك منتجا للمرة الأولى ويتصور وجود حاجة له بعبارة أخرى سيشتري الزبائن المنتجات من حين لآخر لا لأنهم يريدونها حقا ولكن بسبب الكافية التي تعرض بها هذه المنتجات أمامهم على سبيل المثال المنتجات المعروضة على مستوى العين عادة ما تشترى أكثر من تأكل موجودة بالقرب من الأرضية ولهذا السبب تجد المركات الغالية معروضة في موادع يسهل الوصول إليها على أرفف المتاجر وذلك لأنها تجلب أكبر الأرباح بينما البدائل الأرخص موضوع في أماكن يسهل الوصول إليها والأمر عينه ينطبق على المنتجات التي توضع في أطراف الممرات إن هذه المنتجات تعود بكثير من الأرباح على المتاجر وذلك لأن مواضعها واضحة ويمر بها كثير من المتسوقين وعلى سبيل المثال فإن 45% من مبيعات كوكاكولا تأتي من الأرفف الموضوع في أطراف الممرات وكلما كان المنتج أو الخدمة معروضة في مكان واضح صار من الأرجح أن تجربها فالناس يشربون جاعة بادلايت لأنها موجودة في كل حانة ويذهبون إلى ستارباكس لأنه موجود في كل ركن نحن نحب الاعتقاد بأننا المسيطرين على أمورنا وإذا اخترنا الماء بدلا من المياه الرازية فنحن نفترض أن هذا راجع إلى أننا نريد عمل هذا لكن الحقيقة هي أن كثيرا من أفعالنا التي نؤديها كل يوم لا تتشكل بدوافع وخيارات هادفة وإنما تكون هي الخيار الأوضح أمامنا وحسب كل كائن حي له وسائله الخاصة للشعور بالعالم وفهمه فالعقبان تمتلك رؤية صاقبة بعيدة المدى والسعابين تستطيع الشم عن طريق تزوق الهواء بألسنتها شديد الحساسية وأثماك الكرش يمكنها رصد مقادير النشاط الكهربي والاهتزازات الصغيرة التي تسببها الأثماك المجاورة في الماء وحتى البكتيريا لديها مستقبلاد كيميائية خلايا استشعار ضفيقة تمكنها من رصد المواد الكيميائية السامة في بيئتها في البشر يتحكم الجهاز العصب الشعوري في عملية الإدراك ونحن ندرك العالم من خلال الرؤية والصوت والشم واللمس والتزوق غير أن لدينا طرق أخرى كذلك لاستشعار المسيرات بعضها واعا لكن كثير منها لا واعي فعلى سبيل المثال يمكننا ملاحظة انخفاض درجة الحرارة قبل العصفة أو الشعور بالألم يتصاعد في منطقة البطن خلال المغس أو الشعور بفقدان التوازن في أثناء السير على أرض صخرية فالمستشعرات الموجودة في أجسامنا تلتقط طيفا واسعة من المسيرات الداخلية مثل نسبة الملح الموجود في دمك أو الحاجة إلى الشرب عند العطش غير أن أقوى القدرات الشعورية البشرية كاتبة هو الإبصار يمتلك الجسم البشري نحو أحد عشر مليون مستقبل شعوري نحو عشر ملايين منها مخصص للإبصار ويقدر بعض الخبراء أن نصف موارد دماغ مستخدمة في عملية الإبصار وبالنظر إلى أننا أكثر اعتمادا على الإبصار مقارنة بأي حاسة أخرى ليس من قبيل المفاجأة أن تكون الإشارات البصرية هي المحفز الأكبر للسلوك ولهذا السبب من الممكن أن يؤدي تغيير بسيط فيما تراه إلى تحول كبير فيما تفعله ونتيجة لذلك لك أن تتخيل إلى أي مدى من المهم أن تعيش وتعمل في بيئات مليئة بالإشارات المنتجة وخالية من الإشارات غير المنتجة ولحسن الحظ فهناك أخبار طيبة في هذا الصدد فأنت لست مضطرا لأن تكون ضحية بيئتك الخاصة وبإمكانك أيضا أن تشكلها بنفسك كيف تصمم بيئتك من أجل النجاح؟ خلال أزمة الطاقة وحظر النفطة التي وقعت في سبعينيات القرن العشرين بدأ باحثون هولنديون في الانتباه عن كاسل إلى استهلاك الطاقة في البلاد وفي إحدى الضواحي قرب أمستردام وجدوا أن بعض مالك المنازل استهلكوا طاقة أقل بنسبة 30% مقارنة بجرانهم رغم أن منازلهم مماثلة في الحجم وأنهم يحصلون على كهرباء بالسعر نفسه وقد تبين أن المنازل الموجودة في هذه الضواحية متماثلة بالكامل تقريبا إلا في سمة واحدة مكان عدد الكهرباء ففي بعض المنازل كانت العددات موجودة في الأقبية بينما في منازل أخرى كانت موجودة في المدخل الرئيسي للمنزل وكما قد تتوقع فإن المنازل التي توجد بها العددات في المدخل الرئيسي انخفض فيها استهلاك كهرباء فعندما كان استهلاك الكهرباء واضحا وسهلا في التتبع غير الناس لكم إن كل عادة تطلقها إشارة ومن الأرجح أن نلاحظ الإشارات البارزة لكن للأسف في البيئات التي نعيش ونعمل فيها تجعل من السهل علينا ألا نكون بأشياء معينة لأنه لا توجد إشارة واضحة تطلق السلوك فمن السهل ألا تتدرب على الجيتار حين يكون موضوعا داخل خزانة الملابس ومن السهل ألا تقرأ كتابا حين يكون رف الكتب موجودا في ركن غرفة الديوف ومن السهل ألا تتناول بيتاميناتك حين تكون بعيدة عن نظرك في خزانة المؤن فعندما تكون الإشارات التي تطلق إحدى العادات خافية أو مستطرة يكون من السهل تجاهل هذه العادة وعلى العكس فمن الممكن لخلق إشارات بصرية واضحة أن يجذب انتباهك نحو عادة مرغوب فيها في أوائل تسعينيات القرن العشرين بدأ مطار سكيبول في أمستردام في وضع منصق صغير يبدو شبيها بالزبابة في منتصف كل المبولة ومن الواضح أن الرجال الذين يستخدمون المباول كانوا يصوبون على ما ظنوا أنها زبابة وقد حسنت هذه الملساقات دقة تصويب وقللت كثيرا من تناسر البول حول المباول وقد أظهر تحليل لاحق أن هذه الملساقات خفضت تكاليف تنظيف الحمامات بنسبة ثمانية بالمائة سنويا رأيت كوت الإشارات واضحة في حياتي اعتدت شراء التفاح من المتجر ووضعه في درج السلاجة السفلي ونسيان أمره تماما وحين كنت أتذكر أمره كنت أجد أنه قد فسد لم أكن أشاهد التفاح لذا لم أكله قد وفي النهاية عملت بنصيحتي وأعدت تصميمي بيئة المحيطة فجلبت وعاء كبيرا ووضعت في منتصف طويلة المطبخ وحين كنت أشتري التفاح كنت أضع فيه في مكان مفتوح يمكنني رؤيته بدأ الأمر كالسحر وبدأت في تناول بداية تفاحات كل يوم فقط لأنها كانت في مكان واضح أمام عيني إليك بعض الطرق التي يمكنك بها إعادة تصميم بيئتك وجعل الإشارات الخاصة بعاداتك المفضلة مرئية بشكل أكبر إذا أردت أن تتذكر تناول دوائك كل ليلة ضع زجاجة الدواء بجوار السنبور على نضد الحمام إذا أردت تدرب على الجيتار أكثر ضع الجيتار في منتصف غرفة المعيشة إذا أردت أن تتذكر إرسال بطاقات ضع بعض الأدوات المكتبية على مكتبك إذا أردت أن تشرب مزيد من الماء املأ بعض الزجاجات بالمياه كل صباح وضعها في أماكن يكسر تواجدك بها في أرجاء المنزل وإذا أردت أن تجعل من عادة الماء جزءا كبيرا من حياتك فإجعل إشارة خاصة بها جزءا كبيرا من بيئتك فإن السلوكيات الأكثر استمرارية عادة ما يكون لها إشارات متعددة فكر بالمرات المتعددة التي يحفز بها المدخن على التدخين قيادة السيارة، رؤية صديق الدخن، الشعور بالتغطر وغير ذلك يمكن توظيف الاستراتيجية عينها من أجل العادة الحفنة فعن طريق نشر المحفزات في أنحاء بيئتك ستزيد فرص التفكير في عادتك على مدار اليوم احرص على أن تكون أفضل للخيارات هي الخيارات الأكثر وضوحا أمامك إن اتخاذ قرارات أفضل يكون سهلا وطبيعيا حين تكون الإشارات الخاصة بالعادات الحسنة موجودة أمامك إن تصميم البيئة أمر فعال ليس فقط لأنه يؤثر على الكافية التي نتعامل بها مع العالم من حولنا ولكن أيضا لأننا نادرة ما نكون به فمعظم الناس يعيشون في عالم صمموا لهم غيرهم لكن بمقدورك تغيير المساحات التي تعيش وتعمل فيها كي تزيد من فرص تعرضك للإشارات الإيجابية وتقلل من فرص تعرضك للإشارات السلبية وتصميم البيئة يمكنك من استعادة السيطرة بحيث تصير المهندس المعماري لحياتك كن أنت مصمم عالمك وليس فقط مستهلكا داخله السياق هو الإشارة إن الإشارات التي تطلق إحدى العادات من الممكن أن تبدأ على نحو محدد للغاية لكن مع الوقت لا تصير عادتك مرتبطة بمحفز واحد وإنما بالسياق الكامل المحيط بالسلوك على سبيل المثال يشرب كثير من الأشخاص الخمر في المناسبات الاجتماعية أكثر مما يشربون وهم وحدهم فنادلا ما يكون المحفز إشارة واحدة وإنما الموقف كله مشاهدة أصدقائك وهم يطلبون الشراب وسمع صوت الموسيقى في الحانة ومشاهدة كؤوس الجعة إننا نربط عادتنا ذهنيا بالأماكن التي تحدث فيها المنزل المكتب صالة تدريبات وكل موقع يخلق رابطا مع عادات وسلوكيات روتينية معينة فأنت تؤسس علاقة محددة مع الأشياء الموضوعة على مكتبك ومع الأشياء الموجودة على طاولة المطبخ ومع الأشياء الموجودة في غرفة نومك وسلوكياتنا لا تتحدد من وقع الأشياء الموجودة في البيئة وإنما تتحدد بفعل علاقتنا بها وفي الحقيقة هذه طريقة مفيدة للتفكير في تأثير البيئة على سلوكك توقف عن التفكير في بيئتك على أنها مليئة بالأشياء وابدأ بالتفكير فيها بوصفها مليئة بالعلاقات فكر من منظور كيفية تفاعلك مع المساحات من حولك بالنسبة لأحد الأشخاص تكون الأريكة هي المكان الذي يشاهد منه التلفاز ويتناول طبقة من المسلجات بعد العودة من العمل ويمتلك الأشخاص المختلفون ذكريات مختلفة ومن ثم عادات مختلفة مرتبطة بالمكان ذاته ما الأخبار الطيبة إذن؟ إن بوسعك تدريب ذاتك على ربط عادة محددة بسياق محدد في إحدى الدراسات درب العلماء أشخاص مصابين بالأرق على أن لا يذهبوا إلى الفراش إلا حين يشعرون بالتعب كما أخبروا أنهم إذا لم يخلدوا إلى النوم فعليهم بالجلوس في ورفة مختلفة إلى أن يشعروا بالنعاس ومع الوقت بدأ هؤلاء الأشخاص في ربط سياق الفراش مع فعل النوم وصار من الأيثر عليهم الخلود إلى النوم حين يدخلون إلى الفراش لقد تعلمت أدمغتهم أن النوم وليس تصفح الهواتف أو مشاهدة التلفاز أو التحديق في الساعة هو الفعل الوحيد الذي يحدث في هذه الغرفة أيضا تكشف قوة السياق عن استراتيجية أخرى مهمة وهي أن العادات يسهل تغيرها في البيئة الجديدة فالبيئة الجديدة تساعدك في الهرب من المحفزات والإشارات المستطرة التي تدفعك نحو تكرار عادتك الحالية اذهب إلى مكان جديد مقهى مختلف مقعد مختلف في الحديقة ركن من الغرفة نادرا ما تستخدمه واخلق روتينا جديدا هناك من الأسهل أن تربط عادة جديدة بالسياق الجديد من أن تبني عادة جديدة في مواجهة إشارات معارضة فقد يكون من الصعب أن تخرج إلى الفراش مبكرا إذا ظلت تشاهد التلفاز في غرفة النوم كل ليلة وقد يكون من الصعب أن تذاكر في غرفة المعيشة من دون أن تتشتت لو كان هذا المكان هو الذي تلعب فيه ألعاب الفيديو عادة لكن حين تخرج من بيئتك المعتادة فأنت تترك انحيازاتك السلوكية وراءك ولا تعود تحارب الإشارات القديمة الموجودة في البيئة وهذا يمكن العادات الجديدة من التشكل من دون أي مقاطعة أتريد أن تفكر بصورة أكثر إرداعا؟ انتقل إلى غرفة أكبر أو غرفة رحبة على سطح البيت أو مبنى زي تصميم معماري فسيح خذ استراحة من المساحة التي تؤدي فيها عملك اليومي والمرتبط أيضا بأنماط التفكير الحالية لديك أتحاول تناول طعام صحي أكثر؟ أنت على الأرجح تتصوق بصورة شبه أوتوماتيكية في متجرك المعتاد جرب متجرا جديدا قد تجد أن من الأسهل تجنب الطعام غير الصحي حين لا يكون عقلك على دراية بصورة أوتوماتيكية بموضع الطعام داخل المتجر وعندما تعجز عن الانتقال إلى بيئة جديدة بالكامل أعد تشكيل بيئتك الحالية أو أعد ترتبها اخلق مساحة منفصلة للعمل أو المذاكرة أو التدريب أو الترفيه أو الطهو والشعور الذي أجد مفيدا في هذا الصدد هو مساحة واحدة استخدام واحد حين بدأت مسار المهني كرائد أعمال كنت معتدا على العمل وأنا على الأريكة أو جالسا إلى طاولة المطبخ وفي المساء كنت أجد صعوبة كبيرة في التواقف على العمل لم يكن سمت فصل واضح بين نهاية وقت العمل وبداية وقتي الشخصي هل كانت طاولة المطبخ مكتبي؟ أم المكان الذي أتناول فيه الوجبات؟ هل الأريكة هي المكان الذي أسترخي عليه؟ أم أرسل منه بريد الإلكتروني؟ كان كل شيء يحدث في المكان عيني بعد ذلك ببدأ سنوات صار بإمكاني أخيرا أن أتحمل تكلفة الانتقال إلى منزل فيه غرفة منفاصلة جعلتها مكتبا لي وفجأة صار العمل شيئا يجري هنا وصارت الحياة الشخصية شيئا يحدث هناك كان من الأسهل علي أن أغلق الجزء الخاص بالعمل في دماغي حين كان هناك خط فاصل واضح بين الحياة العملية والحياة المنزلية كان لكل غرفة استخدام أساسي فكان المطبخ للطهو وكان المكتب العمل تجنب ما تستطعت خلط السياق كل عادة بسياق عادة أخرى فعندما تخلق بين السياقات ستبدأ في خلط العادات وعادة ما تفوز العادة الأسهل وقتها لهذا السبب فإن تعددية استخدامات التكنولوجيا الحديثة تعتبر نقطتي قوة ضعف في الآن عينه فيمكنك استخدام هاتفك في كل أنواع المهام وهذا ما يجعله أداة بالغة القوة لكن حين تستخدم هاتفك في كل شيء تقريبا يصير من الصعب ربطه بمهمة واحدة فأنت تريد أن تكون منتجا لكنك تعودت أيضا على تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ولعب ألعاب الفيديو متى فتحت هاتفك وهذا يسبب تضارف الإشارات قد تفكر أنت لا تفهمني فأنا أعيش في مدينة نيويورك وشقتي بحجم الهاتف الزكي وأحتاج كل غرفة أن تلعب أدوارا متعددة لا بأس في هذا إذا كانت المساحة محدودة قسم غرفتك إلى مناطق للنشاطات كرسي للقراءة، مكتب للكتابة، طاولة لتناول الطعام ويمكنك فعل الأمر عينه مع مساحتك الرقمية أعرف كاتبا يستخدم حاسبه في الكتابة وحسب وحاسبه اللوحي في القراءة حسب وهاتفه لأغراض وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال الرسائل فكل عادة يجب أن يكون لها مكان مخصص بها إذا تمكنت من الالتزام بهذه الاستراتيجية فسيكون كل السياق مرتبط بعادة واحدة ونمط تفكير واحد إن العادات تزدهر في ظل الظروف القابلة للتنبؤ بها مثل هذه فالتركيز يأتي أوتوماتيكيا حين تجلس إلى مكتب العمل الخاص بك والاسترخاء يكون أسهل حين تكون في منطقة مخصصة لهذا الغرض والنوم يأتي أسرع حين يكون ذلك هو النشاط الوحيد الذي تكون به في غرفة النوم وإذا أردت أن تكون سلوكيتك مستقرة قابلة للتنبؤ بها فأنت بحاجة إلى بيئة مستقرة قابلة للتنبؤ بها والبيئة المستقرة التي لكل شيء فيها مكان خاص به وورد خاص به وهي البيئة التي يمكن فيها العادات أن تتشكل بسهولة ملخص الفصل التغيرات الصغيرة في السياق يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في السلوك مع مرور الوقت كل عادة تنشئها إشارة ومن الأرجح أن نلاحظ الإشارات التي تبرز للعيان اجعل الإشارات الخاصة بالعادات الحسنة واضحة في بيئتك تدريجيا ستصير عادتك مرتبطة لا بمحفز واحد وإنما بالسياق الكامل المحيط بالسلوك فالسياق يصير هو الإشارة من الأسهل بناء عادات جديدة في بيئة جديدة لأنك لن تحارب بقتها الإشارات المتحدة سر ضبط النفس في العام 1971 وبينما كانت حرب فيتنام تدخل عامها السادس توصى روبرت ستيل عضو الكونجرس عن ولاية كونتكت ومورجان ميرفي عضو الكونجرس عن ولاية إلنوي إلى اكتشاف أزهر الرأي العام الأمريكي ففي أثناء زيارتهم للقوات في فيتنام اكتشف الأثنان أن أكثر من 15% من الجنود الأمريكيين الموجودين هناك كانوا مدمنين عن الهروين وقد كشفت دراسات من المتابعة عن أن نسبة 35% من الجنود الموجودين في فيتنام قد جربوا تعاطي الهروين وأن 20% من إجمال الجنود كانوا مدمنين وتبين أن المشكلة أفضح مما كان يعتقد في البداية أدى هذا الاكتشاف إلى نشاط محموم في واشنطن اجتمل على تأسيس المكتب الخاص المعني بمنع تعاطي المخدرات في عهد إدارة الرئيس نيكسون بهدف مكافحة تعاطي المخدرات وتعزيز الإقلاع عنها وتتبع الجنود المدمنين الذين عادوا إلى البلاد كان لي روبينز أحد الباحثين المسؤولين عن الأمر وقد توصل إلى نتيجة معاكسة لكل المعتقدات المتفق عليها بشأن الإدمان إذ وجد أنه حين عاد الجنود المدمنون على الهروين إلى الوطن فقط نسبة 5% منهم عادت إلى الإدمان في غدون عام ونسبة 12% فقط عادت إلى الإدمان في غدون ثلاثة أعوام بعبارة أخرى نحو 9 من كل 10 جنود أدمانوا الهروين في فيتنام تخلصوا من إدمانهم بين عشية وضحاها تقريباً كانت هذه النتيجة تتعارض مع الرأي السائد وقتها والذي يعتبر إدمان الهروين حالة دائمة ولا يمكن التعافي منها وبدلاً من ذلك فقد كشف روبينز عن أن الإدمان من الممكن أن يتبدد تلقائياً إذا حدث تغيير جزري في البيئة المحيطة ففي فيتنام كان الجنود يخضون يومهم كله وهم محاطون بإشارات تحفز على تعاطي الهروين فقد كان من السهل الحصول عليه وكانوا محاطين بضغوط الحرب على الدوام وكانوا يعقدون صداقات معرفقهم الجنود الذين كانوا مدمينين على الهروين أيضاً وكانوا على بعض آلاف الأميال من وطنهم لكن بمجرد عودة أحد الجنود إلى الولايات المتحدة كان يجد نفسه في بيئة خالية من هذه المحفزات وعندما تغير السياق تغيرت العادة قارن هذا الموقف بموقف مدمن مخدرات النمطي يصير أحدهم مدمناً على مخدرات في وطنه أو بين أصدقاؤه ثم يذهب إلى المصحة من أجل الإقلاع والتي تكون خالية من كل المسيرات البيئية التي تحفز على العادة ثم يعود إلى بيئته المعتادة بكل ما فيها من إشارات جعلته يضمن في المقام الأول ليس من العجيب إذن أن نرى معدلات مناقضة تماماً لما رأيناه في دراسة فيتنام فعادة يقود 90% من مدمني الهيروين المتعافين إلى الإدمان بمجرد عودتهم إلى بيئتهم الطبيعية من المصحة كانت دراسة فيتنام تتعرض مع كثير من معتقداتنا الثقافية حول العادات السيئة وذلك لأنها عرضت الوصف التقليدي للسلوك غير الصحي بأنه ضعف أخلاقي فإذا كنت بديناً أو مدخناً أو مدمناً فهذا يعني أنك قضيت حياتك كلها يقال لك أن سبب ذلك هو افتقارك إلى ضبط النفس بل وربما يقال لك أنك شخص طالح أن الفكرة القائلة بأن قليلاً من ضبط النفس من شأنه أن يحل كل مشكلتنا لا هي فكرة مترسخة بعمق في ثقافتنا غير أن أحدث الأبحاث تبين شيئاً مختلفاً فعندما يحلل العلماء سلوك الأشخاص الذين يبدو عليهم أنهم يمتلكون قدراً كبيراً من ضبط النفس يتبين أن هؤلاء الأشخاص لا يختلفون عن أولئك الذين يعينون وبدلاً من ذلك فإن الأشخاص المنضبطين هم أفضل في بناء حياتهم بطريقة لا تتطلب منهم قوة إرادة أو ضبط نفس عظيم بعبارة أخرى أنهم يخدون أوقاتاً أقل في المواقف التي تعجب الإغراءات فالأشخاص ذو القدرة الأكبر من ضبط النفس هم في المعتاد أولئك الذين يحتاجون لاستخدامه بأقل قدر ممكن فمن الأيسر أن تمارس التحكم في الذات حين لا يكون عليك ممارسة كثيراً نعم إن المسابرة والعظيمة والإرادة كلها ضرورية من أجل النجاح ويرأن الطريق إلى تحسين هذه الصفات ليس تمني أن تصبح شخص أكثر اندباطاً وإنما بخلق بيئة أكثر اندباطاً تصير هذه الفكرة المناقضة للبديهة معقولة أكثر بمجرد أن تفهم ما يحدث حين تتشكل العادة في الدماغ فالعادة المغروسة في الدماغ تكون جاهزة للاستخدام متى ظهر الموقف زو الصلة فعندما بدأت باتي أولويل المعالجة من أوستن بولاية تيكسس التدخين كانت عادة ما تشعل سيجارة وهي تركب الخيل مع صديقة لها وفي النهاية أقلعت باتي عن التدخين وتجنبته لسنوات كما توقفت أيضاً عن ركوب الخيل وبعد ذلك بعقود امتطت باتي جواداً مجدداً ووجدت نفسها تتحرك شوقاً لتدخين سيجارة للمرة الأولى منذ زمان بعيد إن الإشارات لا تزال مغروسة داخلها كل ما في الأمر أنها لم تتعرض لها منذ وقت طويل بمجرد أن تترسخ العادة داخلك ينبع الدافع إلى الفعل كلما ظهرت إشارات من البيئة المحيطة ولهذا السبب يمكن لأساليب تغيير السلوك أن تأتي بأثر معاكس فوصف الناس وصفاً سلبياً في عروض فقدان الوزن التقديمية من الممكن أن يجعلهم يشعرون بالتوتر ونتيجة لذلك يعود كثير منهم إلى استراتيجياتهم المفضلة للتأكل ألا وهي الإسراف في تناول الطعام وعرض صورة لرئة مسودة لمدخن يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من القلق وهذا يجعل كثير من الأشخاص يلجأون إلى تدخين فإذا لم تكن حريصاً بشأن الإشارات قد تتسبب في السلوك نفسه الذي تريد أن توقفه في المقام الأول إن العادات السيئة ذاتية التحفيز استغذي هذه العملية نفسها فهي تقول مشاعر التي تريد إخمدها فأنت تشعر بالسوء لذا تتناول الطعام المرزول ولأنك تتناول الطعام المرزول فأنت تشعر بالسوء إن مشاهدة التلفاز تجعلك تشعر بالكفل ومن ثم تواصل مشاهدة التلفاز لأنك لا تمتلك ما يكفي من طاقة لعمل أي شيء آخر والقلق بشأن صحتك يجعلك تشعر بالتواطر وهذا يجعلك تدخل من أجل تخفيف التواطر وهذا يجعل صحتك أسوأ وسريعاً ما تشعر بمزيد من القلق إنها دائرة مفرغة سلسلة لا نهائية من العادات السيئة يشير الباحثون إلى هذه الظاهرة باسم العوز المدفوع بالإشارة إذا تسبب محفز خارجي في طوق قهري إلى تكرار عادة سيئة فبمجرد أن تلاحظ شيئاً تشعر بأنك تريد على الفور تحدث هذه العملية طوال الوقت عادة من غير إدراك منها وقد وجد العلماء أنه حين عرضت على المدمنين صورة للكوكايين لمدة 33 ملي ثانية فقط فإن الصورة حفزت مصارات مكافأة داخل الدماغ وأشعلت الرغبة في تعاطيه هذه السرعة خاطفة تفوق قدرة المخ على المتابعة الواعية لها فالمدمنون لا يدركون من الأساس ما يرؤوا غير أنهم طاقوا إلى المخدرات على أي حال إليك الخلاصة يمكنك أن تكسر العادة لكن من غير مرجح أن تنساها فبمجرد أن تحفر المصارات العقلية العادة في دماغك حينها سيكون من المستحيل تقريبا التخلص منها بكامل حتى لو ظلت العادة غير مستخدمة لفترة من الوقت وهذا يعني أن مقاومة الإغراء ببساطة تعد استراتيجية غير فعالة فمن الصعب التحلي بتوجه زهني متزن في حياة مليئة بالمقاطعات فالأمر يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة فعلى المدى القصير يمكنك أن تختار التغلب على الإغراء بالقوة أما على المدى البعيد فنحن نصير نتاجا للبيئة التي نعيش فيها وبكل صراحة أقول أنه لم يسبق لي أن رأيت شخصا ملتزما بعادة حسنة بينما هو موجود داخل بيئة سلبية السبيل الأقدر بالثقة هو اكتساف العادة سيئة من جزرها ومن أهم الطرق العملية للتخلص من عادة سيئة هو تقليل تعرضك إلى الإشارات التي تتسبب فيها فإذا بدأ أنك تعجز عن إتمام أي عمل اترك هاتفك في غرفة أخرى لبدع ساعات وإذا كنت تشعر على الدوام بدقالة الكيمة توقف عن متابعة حسابات التواصل الاجتماعي التي تستثير في داخلك مشاعر الغيرة والحسد وإذا كنت تضيع وقتا أكثر مما ينبغي في مشاهدة التلفاز أخرج التلفاز من غرفة النوم وإذا كنت تنفق مالا أكثر مما ينبغي على شراء الأجهزة الإلكترونية توقف عن قراءة مراجعات أحدث الأجهزة الإلكترونية وإذا كنت تلعب قدرا أكبر مما ينبغي من ألعاب الفيديو افصل منصة الألعاب وضعها في الخزانة بعد كل استخدام هذه الممارسة نسخة معكوسة من القانون الأول لتغيير السلوك فبدلا من أن تجعل الإشارات واضحة عليك أن تجعلها خفية اندهش كثيرا من مقدار الفاعلية التي تجلبها تغييرات بسيطة مثل هذه فإذا أزلت إشارة واحدة عادة ما تزوي العادة بأكملها إن ضبط النفس استراتيجية قصيرة المدى لا طويلة المدى فربما تستطيع مقاومة الإغراء مرة أو مرتين لكن من غير المرجح أن تتمكن من التحلي بالقوة والعظيمة التي تمكنك من مغالبة رغباتك في كل مرة وبدلا من استجمع جرعة جديدة من قوة الإرادة كلما أردت أن تفعل شيئا جديدا سيكون من الأفضل أن تبزل طاقتك في تحسين البيئة المحيطة بك هذا هو سر ضد النفس اجعل الإشارات الخاصة بعادتك الحسنة واضحة والإشارات الخاصة بعادتك السيئة خفية ملخص الفصل الصورة المعكوسة لقانون الأول لتغيير السلوك هي اجعلها خفية بمجرد تشكل العادة من غير مرجح أن تنسى الأشخاص ذو الكدرة كبيرة على ضد النفس يغضون وقتا أقل في مواقف الإغراء فتجنب الإغراء أسهل من مقاومته من أهم الترق العملية للتخلص من عادة سيئة هو تقليل التعرض للإشارة التي تسببها ضد النفس استراتيجية قصيرة المدى لا طويلة المدى كيف تغرس عادة حسنة؟ القانون السيء اجعلها جذابة كيف تجعل العادة لا تقوم؟ في أربع نيات القرن العشرين أجرى عالم هولندي يضع نيكو تنبرجين سلسلة من التجارب غيرت من فهمنا لما يحفزنا كان تنبرجين الذي فاز لاحقا بجائزة نوبل على أبحاثه هذه يدرس النوارس الفضية تلك التيور ذات اللونين الرماضي والأبيض التي ترى عادة وهي تطير على امتداد شواطئ أمريكا الشمالية إن أفراد نوارس الفضية البالغة لها نقطة حمراء صغيرة على منقارها ولاحظ تنبرجين أن الأفراخ الصغيرة التي خرجت قريبة من البيض تنكر هذه النقطة كلما كانت تريد الطعام بدأ تنبرجين إحدى التجارب بأن جهز مجموعة مناطير زائفة من الورق المكوى على شكل رأس فقط من دون أجساد وحين كان الأباء يطيرون بعيدا كان يذهب للعش ويضع هذه مناطير الزائفة أمام الأفراخ كانت المناطير الزائفة بشكل واضح وافطرت تنبرجين أن الطيور الصغيرة سترفضها تماما ومع ذلك فعندما رأت النوارس الصغيرة النقطة الحمراء على أي منقار من الورق المكوى كانت تمد أعناقها وتنكرها كما لو أنه منقار أمها لقد كانت تمتلك تفديلا واضحا لذلك النقاط الحمراء كما لو أنها مبرمجة وراسيا على ذلك منذ مولدها وسريعا ما اكتشف تنبرجين أنها كلما كانت النقطة أكبر زادت سرعة نقر الأفراخ لها وفي النهاية صنع منقارا به ثلاث نقاط حمراء كبيرة وحين وضعوا أعلى الوش جن جنون التيور الصغيرة من السعادة وأخذت تمد أعناقها وتنكر النقاط الحمراء كما لو أنه كان أعظم منقار رأته على الإطلاق اكتشف تنبرجين وزملائه سلوكا مشابها في حيوانات أخرى كذلك مثل الأوزة الربداء وهي طائر يبني أعشاشه على الأرض من حين لآخر وبينما تتحرك الأم فوق الوش تتضحرج واحدة من البيض وتستقر على الوش بالمجاور للعش وكلما حدث هذا تتحرك الأوزة نحو البيضة وتستخدم منقارها كي تضحرجها مجددا إلى الوش وقد اكتشف تنبرجين أن الأوزة سوف تضحرج أي جسم قريب مستدير ككرة بلياردو أو مصباح ضوئي إلى العش وكلما كان الجسم أكبر تعظمت هذه الاستجابة بل أن إحدى الأوزات بذل جهدا هائلا في محاولة ضحرجة كرة طائرة والجلوس فوقها فمثل الصغار النورس التي تنكر النقاط الحمراء بصورة أوتوماتيكية كانت الأوزة الربداء تتبع قاعدة غريزية حين أرى جسما مستديرا بالجوار يجب أن أضحرجه إلى العش وكلما كان الجسم أكبر صار علي أن أحاول بكوة أكبر لحصول عليه الأمر يبدو كأن دماغ كل حيوان محمل بشكل مسبق بقواعد معينة للسلوك وحين يتعرض إلى نسخة مبالغ فيها من تلك القاعدة فإنه يديء مثل شجرة كريسمس ويشير العلماء إلى هذه الإشارات المضخمة باسم المسيرات فوق الطبيعية والمسير فوق الطبيعي هو نسخة معززة من الواقع وهو يستدر إجابة أقوى من المعتاد البشر أيضا عرض إلى الوقوع في أسل النسخة المضخمة من الواقع الطعام المرزول مثلا يدفع مراكز المكافأة بالدماغ إلى حالة من الهياج فبعد مئات الألاف من السنوات قضاها الإنسان في الصيد والتقاط الطعام في البرية تطور الدماغ البشري بحيث صار يولي قيمة عالية إلى الأملاح والسكريات والدهون هذه الأطعمة عادة ما تكون غنية بالسهرات الحلالية وكانت نادرة في الوقت الذي كان السفنة يجبون فيه السفنة فعندما لا تعلم من أين ستأتي وجبتك التالية يكون تناول أكبر قدر من ممكن من الطعام هو الاستراتيجية الصحيحة للبقاء غير أننا نعيش اليوم في بيئة غنية بالسعرات الحلالية فالطعام وفير لكن دماغك يواصل الطوق إليه كما لو كان شحيحا إن إلاء قيمة كبيرة للأملاح والسكريات والدهون لم يعد أمرا مفيدا لصحتنا غير أن الطوق إليها يتواصل لأن مراكز المكافأة بالدمال لم تتغير على مدار 50 ألف عام تقريبا وتعتمد صناعة الأطعمة الحديثة على التوسع في غرائز العصر الحجري هذه بما يتجاوز أغراضها التطورية فمن الأهداف الرئيسية لصناعة الأطعمة استحداث منتجات أكثر جاذبية في أعين المستهلكين فغالبية الأطعمة التي تحفظ في أكياس أو علب أو مرتبانات جارية تحسنها بصورة ما حتى لو تمثل التحسين في وضع نكهة إضافية وتنفق الشركات ملايين الدولارات من أجل اكتشاف المستوى الأكثر إشباعا من القرمشة في رقائق البطاطس أو المجدار المثالي من الهسس في مشروب المياه الغازية وتكرس أقسام كاملة جهودها من أجل تحسين كافية التي نشعر بها بالطعام في أفواهنا وهي سمة تعرف باسم الإحساس الفمي فالبطاطس المحمرة مثلا تقدم مزيجا قويا فهي ذات لون بني ذهبي ومكرمشة من الخارج بينما تكون هشة طرية من الداخل تحسن الأطعمة المعالجة الأخرى من التباين الديناميكي وهو مصطلح يشير إلى اتحاد إحساسات متباينة مثل الكرمشة والقوام الطري تخيل القوام الطري للجبن الذائب الذي يعلو كشرة البيتزا مكرمشة أو كرمشة لقاقة الأوريو الممزوجة بإحساس قلبها الطري في حالة الأطعمة الطبيعية غير المعالجة أنت تميل إلى الإحساس بالشعور ذاته مراراً تكراراً ما شعورك في المضغة السابعة عشرة للكرومب فبعد دقائق قليلة يفقد دماغك اهتمامه وتبدأ في الشعور بالشبع ويرى أن الأطعمة التي تتسم بقدر كبير من التباين الديناميكي تبكي الخبرات جديدة ومصيرة للإهتمام وتشجعك على تناول المزيد وفي النهاية تتيح هذه الاستراتيجيات للعلماء الوصول على نقطة النعيم لكل منتج غزائي ونعني بهذا المزيج الدقيق من الأملاح والسكريات والدهون الذي يستحس دماغك ويجعلك ترغف فيه مجدداً ونتيجة هذا بالطبع هي أنك تفرض في تناول الطعام لأن هذه الأطعمة أكثر جاذبية للدماغ البشك ويقول ستيفن جوينت عالم الأعصاب المتخصص في سلوك تناول الطعام والبدانة لقد صلنا نجيد اللعب على أطارنا الحساسة بالدرجة أكثر مما ينبغي وتعد صناعة الأطعمة الحديثة وما أنتجته من عادات الإفراد في تناول الطعام مثلاً واحداً على القانون الثاني لتغيير السلوك اجعلها جذابة فكلما جاد فرصة جذابة أكثر كان من الأرجح أن تشكل عادة انظر حولك إن المجتمع مليء بنسخ مهندسة من الواقع تعد أكثر جاذبية من العالم الذي تطور أسلافنا داخله فالمتاجر تعرض دماغ عرض ذات أرداف وصدور مبالغ في أحجامها كي تبيع الملابس ووسائل التواصل الاجتماعي تمنحنا قدراً من الإعجاب والتقدير في الدقاء القليلة أكثر مما نستطيع الحصول عليه في منازلنا أو أعملنا وتحيك المواقع الإباحية سيناريوات مسيرة للخيال بمعدل يستحيل محاكاته في الواقع الفعلي وتصنع الألانات بمزيج من الإضاءة المثالية والزينة الاحترافية وتعديلات برنامج الفوتشوب بل إن العرضات والعرضين أنفسهم لا يبدون كأشخاص طبيعيين في الصور النهائية فهناك مسيرات فوق طبيعية في عالمنا الحديث وهي تضخم السمات التي تدفعنا إلى عادات مبالغ فيها عند التسوق واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة المواقع الإباحية وتناول الطعام وغير ذلك الكثير لو أننا استنشدنا بالتاريخ سنقول إن الفرص التي يحملها لنا المستقبل أكثر جاذبية من تلك الموجودة اليوم والاتجاه السائد هو أن تكون المكافآت أكثر تركيزا والمسيرات أكثر إغراءا فالطعام المرزول هو صورة أكثر تركيزا من الصعرات الحريرية مقارنة بالطعام الطبيعي والمشروبات الكحولية الشديدة هي صورة أكثر تركيزا من الكحول مقارنة بالجعة وألعاب الفيديو هي صورة أكثر تركيزا من اللعب مقارنة بالعاب اللوح فنحن نمتلك أدمغة أسلافنا لكننا نواجه مغريات لم يصدق لهم أن واجهوها قط إذا كنت تريد زيادة فرص حدوث سلوك ما إذن فأنت بحاجة إلى أن تجعله جزدابا وعلى مدار مناقشتنا لقانون الثاني سيتمثل هدفنا في تعلم كيفية جعل عادتنا لا تقوم ورغم أنه ليس من الممكن تحويل كل عادة إلى مصير فوق طبيعي فبوسعنا جعل أي عادة أكثر إغراءا ولعمل ذلك علينا البدء بفهم ما هي التوق وكيفية عمله وسنبدأ بتدبر البصمة البيولوجية التي تتقاصمها العادات كافة ونعني بهذا دفعة الدوبامين حلقة فيتباك المدفوعة بالدوبامين نستطيع العلماء تتبع اللحظة المحددة التي يحدث فيها التوق عن طريق قياس النوكل العصبي المسمى الدوبامين وقد صارت أهمية الدوبامين واضحة في العام 1954 حين أجرع علمان العصاب جيمس أولز وبيتر ميلر تجربة كشفت عن العمليات العصبية الكامنة خلف التوق والرغبة فعن طريق جرس أقطاب في أدمغة الفئران منع العلمان إفراز الدوبامين ولدهشتهما فقدت الفئران كل رغبة في الحياة إذا رفضت تناول الطعام وممارسة الجنس ولن ترغب بأي شيء وفي غدوم بضعة أيام ماتت الفئران من العطش وفي دراسات متابعة لاحقة قام علماء آخرون بملع إفراز الدوبامين في الدماغ لكنهم هذه المرة وضعوا نقاطا صغيرة من محلول سكري في أفواه الفئران المحرومة من الدوبامين ظهرت علامات الاستمتاع على الوجوه الصغيرة للفئران نتيجة هذا المحلول السكري ورغم منع إفراز الدوبامين لديها فإنها أحبته كما أحبته من قبل كل ما في الأمر أنها لم تكن ترغب فيه لقد ظلت القدر على الشعور بالمتعة موجودة لكن في غياب الدوبامين ماتت الرغبة ومن دون الرغبة توقف الفعل حين عكس علماء آخرون هذه العملية وأغرقوا مركز المكافأة في الدماغ بالدوبامين مارست الفئران العادات بسرعات خاطفة وفي إحدى الدراسات تلقت الفئران دفع قوي من الدوبامين في كل مرة كانت تدس فيها أنوفها في الأحد الصناديق وفي غدون دقائق نمى طوق شديد لدى الفئران إلى درجة أنها صارت تدس أنوفها في الصندوق ثمانمائة مرة في الساعة لا يختلف البشر عنها فلعب ماكينة الكمار العادي سيدير زراع الماكينة 600 مرة في الساعة إن العادات عبارة عن حلقة فيتباك مدفوعة بالدوبامين وكل سلوك يؤدي إلى تشكل العادات كتعاطي المخدرات أو تناول الطعام المرزول أو لعب ألعاب الفيديو أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بمستويات أعلى من الدوبامين ويمكن قول الشيء عينه عن السلوكيات المعتادة لأكثر أساسية مثل تناول الطعام وشرب الماء وممارسة الجنس والتفاعل الاجتماعي وعلى مدار سنوات افترض العلماء أن الدوبامين كان معنيا بالمتعة فقط لكننا الآن نعرف أنه يلعب دورا محوريا في كثير من العمليات العصبية منها التحفيز والتعلم والذاكرة والعقاب والتحاشي والحركة الإرادية وعندما يتعلق الأمر بالعادات يكون الدرس الرئيسي المستفاد هو لا يفرز الدوبامين فقط عندما تشعر بالمتعة وإنما يفرز كذلك عندما تتوقع الشعور بالمتعة يشعر مدمن الكمار بدفع من الدوبامين قبل أن يدعو رهانهم مباشرة وليس بعد الفوز ويحصل مدمن الكوكاين على دفع من الدوبامين حين يرون ذلك المصحوق وليس بعد أن يتعاطوه وكلما توقعت أن ثمت فرصة ما ستعود عليك بالمكافأة ترتفع مستويات الدوبامين بسبب هذا التوقع وكلما ارتفعت مستويات الدوبامين زاد تحفيزك على الفعل فتوقع المكافأة وليس الحصول الفعل عليها هو ما يحفزنا على الفعل ومن المسير للاهتمام أن نظام المكافأة الذي ينشط في الدماغ عند تلقي المكافأة هو النظام نفسه الذي ينشط عند توقع المكافأة ولهذا السبب فإن توقع الحصول على الخبرة يمكن أن يكون أفضل من الحصول عليها فعلا ففي مرحلة التفولة من الممكن أن يكون التفكير في صباح يوم كريسمس أفضل من فتح الهدايا نفسه وفي الكبر من الممكن أن تكون الأحلام اليقظة حول الإجازة القادمة أكثر إمتاعا من الحصول الفعل على الإجازة ويشير العلماء إلى هذا بوصف الفارج بين الرغبة والأعجاب دفعة الدوبامين إن مجموعة الدوائر العصبية المخصصة في دماغك للرغبة في المكافأة أكثر عددا من تلك المخصصة الإعجاب بها فمراكز الرغبة في الدماغ كبيرة جزء الدماغ والنواة المتكئة والمنطقة السكفية البطاينية والمخطط الظهري واللوزة الدماغية وأجزاء من الكشرة الجبهية الأمامية وعلى العكس من ذلك فإن مراكز الإعجاب في الدماغ أظهر كثيرا عادة ما يشار إلى هذه المناطق بإسم مناطق اللذة الساخنة وهي موزعة وكأنها جزر متفرقة في أنحاء الدماغ على سبيل المثال وجد الباحثون أن ماء بالماء من النواة المتكئة تنشط في أثناء الرغبة بينما ينشط عشر بالماء فقط من ذلك التكوين خلال الإعجاب بالمكافأة أن حقيقة تخصيص الدماغ هذه المساحة المهمة للمناطق المسؤولة عن التوق والرغبة تقدم أدلة إضافية على الدور المحوري الذي تلعبه هذه العمليات فالرغبة هي المحركة الذي يدفع السلوك فكل فعل يجرى الإقدام عليه بسبب التوقع الذي يصبكه فالتوق هو ما يؤدي إلى الاستجابة نحن بحاجة إلى جعل عاداتنا جذابة لأن توقع الحصول على المكافأة هو ما يحفزنا على الفعل في المقام الأول وفي هذا المقام تلعب الاستراتيجية مسمى تجميع المغريات دورا مهما كيف تستخدم استراتيجية تجميع المغريات من أجل جعل عاداتك أكثر جاذبية؟ إن رونين بايرل طالب الهندسة الكهربائية في ديبليند بأيرلندا يستمتع بمشاهدات نتفليكس غير أنه يعلم أيضا أن عليه أن يتدرب أكثر مما يفعل وقد استغل بايرل مهاراته الهندسية وقام بتعديل عجلته السابتة وربطها بحاسبه المحمول وجهاز التلفاز وبعد ذلك كتب برنامجا حاسوبيا يتيح له أن يشاهد عروض نتفليكس فقط لو كان يشغل الدراجة بسرعة معينة وإذا أقطع السرعة لوقت أطول من اللازم كان المسلسل الذي يشاهده يتوقف إلى أن يبدأ في التدرب على الدراجة مجددا وبحسب كلمات أحد أفراد الجمهور فقد كان يتخلص من البدانة عبر مسلسلات نتفليكس واحدا تلوى الآخر كان بايرلن أيضا يوظف استراتيجية تجميع المغريات كي يجعل عادات التدريب لديه أكثر جاذبية إن تدمير المغريات يعمل عن طريق ربط فعل تريد عمله بفعل آخر أنت بحاجة إلى عمله وفي حال بايرلن كان يجمع بين مشاهدة نتفليكس الشيء الذي يريد عمله بركوب درجاته السابتة الشيء الذي يحتاج إلى عمله تجيد الشركات استراتيجية تدمير المغريات فعلى سبيل المثال حين أطلقت هيئة الإزاعة الأمريكية ABC دليل عرضها لليلة الخميس للموسم 2014-2015 فقد استخدمت تدمير المغريات على نطاق واسع فكل خميس كانت الهيئة تبس ثلاثة مسلسلات لكاتبة سيناريو شوندا رايمز وهي وقد قامت الهيئة بجمعها معا تحت الإختصار وهو إختصار عبارة شكرا لله إنه يوم الخميس على ABC وعلاوة على ترويج المسلسلات شجعت ABC المشاهدين على صنع الفشار واحتساء النبيذ الأحمر والاستمتاع بالأمسها وقد وصف أندرو كوبتز رئيس جدول البس في ABC الفكرة خلف الحملة قائلا نحن نرى مساء يوم الخميس على أنه فرصة لمشاهدة إما من جانب الأزواج أو النسوة والوحيدات التي يردنا الجلوس والهرب من المسئوليات والاستمتاع وشرب النبيذ الأحمر وتناول بعض الفشار وعقرية هذه الاستراتيجية هي أن ABC كانت تربط الشيء الذي كان مشاهدوها يحتاجون فعله وهو مشاهدة التلفاز ما أنشطة كانوا يريدون بالفعل القيام بها كالاسترخاء واحتساء النبيذ وتناول الفشار ومع الوقت بدأ الناس يربطون مشاهدة ABC بالشعور بالاسترخاء والترفيه فإذا كنت تحتسي النبيذ الأحمر وتتناول الفشار في السامنة مساء من كل خميس ففي النهاية ستكون السامنة من مساء كل خميس مراضفا لكل من الاسترخاء والترفيه فالمكافأة تصبح مرتبطة بالإشارة وتصير عادة تشغيل التلفاز أكثر جاذبية من الأرجح أن تجد السلوك جزدابا إذا أتيحت لك فرصة القيام بأحد أشياءك المفضلة في الوقت ذاته ربما تريد سماع آخر أخبار النميمة عن المشاهير لكنك بحاجة للحصول على قوام رشيق باستخدام تجميع المغريات تستطيع فقط قراءة الصحف الصفراء ومشاهدة برامج آخر أخبار المشاهير وأنت في صالة التدريبات البدنية إن تجميع المغريات يعد فرصة لتطبيق نظرية نفسية تعرف باسم مبدأ بري ماك المسمى تيمنا بالأستاذ ديفيد بري ماك والذي ينص على أن السلوك الأكثر ترجيحا سيعزز السلوك الأقل ترجيحا بأبارة أخرى حتى إذا كنت لا تريدين حقا تنظيم رسائل البريد المتأخرة فستصيرين معتادة على فعل هذا لو كان ذلك يعني الحصول على شيء تريدين فعله في الوقت نفسه وبإمكانك الجمع بين تجميع المغريات والستراتيجية تجديس العادات التي تعرضنا لها بالنقاش في الفصل الخامس وذلك من أجل وضع مجموعة من القواعدة التي ترشد سلوكك ومعادلة تجديس العادات زائد تجميع المغريات هي 1. بعد العادة الحالية سأكون بالعادة التي أحتاجها 2. بعد العادة التي أحتاجها سأكون بالعادة التي أريدها فإذا كنت تريد أن تقرأ الجرائد لكنك بحاجة إلى التعبير عن إمتنانك 1. بعد أن أشرب كهوة الصباح سأتحدث عن شيء أشعر بالإمتنان لأنه حدث بالأمس بين قوسين شيء تحتاجه 2. بعد أن أقول شيئا أشعر نحو بالإمتنان سأقرأ الجرائد بين قوسين شيئا أريده وإذا كنت تريد مشاهدة مباريات رياضية لكنك بحاجة إلى إجراء مكالمات مبيعات 1. بعد أن أعود من استراحة الغداء سأطلب ثلاثة عملاء محتملين بين قوسين شيئا أحتاجه 2. بعد أن أطلب ثلاثة عملاء محتملين سأشاهد قناة ESPN بين قوسين شيئا أريده وإذا كنت تريد تصفح موقع فيسبوك لكنك تحتاج إلى قيام بتدريبات بدنية 1. بعد أن أخرج هاتفي سأكون بتمرين بيربي عشر مرات بين قوسين شيئا أحتاجه 2. بعد أن أكون بتمرين بيربي عشر مرات سأتفقد موقع فيسبوك بين قوسين شيئا أريده الشيء المأمول هو أنك ستتطلع إلى الاتصال بثلاثة عملاء أو القيام بتمرين بيربي عشر مرات لأن هذا يعني قراءة آخر أنباء الرياضة أو تفقد موقع فيسبوك فالقيام بالشيئة التي تحتاج إلى فعله يعني حصولك على فرصة لقيام بالشيئة التي تريد فعله بدأنا هذا الفصل بمناقشة المسيرات فوق الطبيعية وهي نسخ معززة من الواقع تزيد من رغبتنا في الفعل ويعد تدميع المغراءات من طرق خلق نسخة معززة من أي عادة عن طريق ربطها بشيء تريده بالفعل إن تصميم عادة لا تقوم بحق لهو مهمة صعبة لكن من الممكن توظيف هذه الاستراتيجية البسيطة من أجل جعل أي عادة أكثر جاذبية مما هي عليه من دونها ملخص الفصل القانون الثاني لتغيير السلوك هو يجعلها جذابة كلما كانت الفرصة جذابة أكثر صار من المرجح أن تصير مشكلة لعادة العادات عبارة عن حلقة فيدباك مدفوعة بالدوبامين وحين يرتفع مستوى الدوبامين يرتفع تحفزنا للفعل إن طاقة المكافأة وليس الحصول الفعلي عليها هو ما يحفزنا على الفعل وكلما زادت طاقة زادت دفعة الدوبامين تدميع المغريات هو إحدى الطرق لجعل عادتك أكثر جاذبية وتتمثل هذه الاستراتيجية في الجمع بين فعل تريد قيام به وفعل آخر تحتاج القيام به دور الأسرة والأصدقاء في تشكيل عادتك في العام 1965 كتب رجل مجري يدعى لازلو بولجر عددا من الخطابات الغريبة الامرأة تدعى كلارا كان لازلو يؤمن إيمانا راسخا بالعمل الجاد وفي حقيقة الأمر كان هذا هو كل ما يؤمن به إذ كان يرفض تماما فكرة الموهبة الفطرية وقد زعم أنه عن طريق التدريب المعتمن وتطوير عادات حسنة يستطيع الطفل أن يكون عبقريا في أي مجال وكان شعاره هو العبقري لا يولد وإنما يعلم ويدرب آمن لازلو بهذه الفكرة بقوة إلى درجة أنه أراد أن يختبرها على أطفاله وكان يكتب الخطابات إلى كلارا لأنه كان يريد زوجة مستعدة لمشاركتها هذه المهمة كانت كلارا أيضا معلمة ورغم أنها لم تكن متعصبة للفكرة مثل لازلو فقد آملت هي أيضا بأن من شأن التدريب الملائم أن يجعل أي شخص يشحز مهاراته قرر لازلو أن شطرنج هو مجال التجربة المناسب ووضع خطة يربي وفكها أطفاله بحيث يصيرون عباقرة في شطرنج من صغرهم كان الأطفال سيتعلمون في المنزل وهو أمر نادر في المجر في ذلك الوقت وكان المنزل ممتلئا بكتب الشطرنج وبالصور لعبي الشطرنج المشاهير كان الأطفال سيتنافسون أمام بعضهم على نحو المتواصل ويشاركون في أفضل المسابقات التي يمكن العصور عليها وكانت الأسرة ستحتفظ بنظام ملفات دقيق عن تاريخ المسابقة الخاص بكل متنافس يواجه الأطفال كانت حياتهم ستكرس بالكامل لشطرنج نجح لازلو في الظفر بقلب كلارا وفي غدون بدأ سنوات كانت زوجان كترزقا بثلاث بنات سوزان وصفيا وجودت بدأت سوزان الإبنة الكبرى لعب الشطرنج وهي في الرابعة من العمر وفي غدون ستة أشهر كانت تستطيع هزيمة لعابين بالغين كانت سوفيا الإبنة الوسطى أفضل منها ففي سن الرابعة عشر كانت بطرة العالم وبعدها بسنوات قليلة حيزت درجة أستاذ كبير أما جودت الإبنة الصغرى فكانت الأفضل على الإطلاق ففي سن الخامسة تمكنت من هزيمة والدها وفي السنة عشر من عمرها صارت أصغر لعبة تدخل قائمة أفضل ما أتلاعب شطرنج على مستوى العالم وحين بلغت خمسة عشر عاما وأربعة أشهر صارت أصغر أستاذ كبير على الإطلاق أصغر حتى من بوبي فيشر صاحب رقم القياسي السابق وقد ظلت على مدار عشرين عاما صاحبة التصنيف الأول على مستوى العالم في شطرنج للنساء أقل ما توصف به طفولة الشقيقات بولجر هو أنها كانت غير نمطية ومع ذلك فإذا سألتهن عنها سيكون أن نمط حياتهن كان جذابا بل وممتعا ففي المقابلات الحوارية تتحدث الشقيقات عن طفولتهن ويصفنها بأنها كانت مسلية لا مرهقة فقد كنا يحببنا شطرنج ولم يستطعنا الاجتفاء منه ويقال أن لازلو ذات مرة وجد صوفية تلعب شطرنج في الحمام في منتصف الليل وكي يشجاه على العودة إلى النوم قال لها صوفية دعي كتا شطرنج وشأنها ويرى أنها ردت عليه أبي إنها لا تدعني وشأني نشأت الشقيقات بولجر في ثقافة كان فيها شطرنج مقدما على كل شيء آخر ثقافة امتدحتهن عليه وكفأتهن عليه ففي عالمهن كان الهوز بشطرنج أمرا طبيعيا وكما سنرى بعد قليل فإن العادات الطبيعية في ثقافتك أيا كانت تعد أكثر السلوكيات جاذبية على الإطلاق القوة المغرية للمعايير الاجتماعية يفضل البشر العيش في مجموعات فنحن نريد التوافق مع الغير والارتباط بهم ونيل الاحترام أكراننا وقبولهم وهذه الميول ضرورية من أجل البقاء فقد عاش أسلافنا على مدار السواد الأعظم من تاريخنا التطوري في قبائل وكان الانفصال عن القبيلة أو الأسوأ وهو النبذ منها بمنزلة حكم الإعدام فالذئب الوحيد يموت لكن القطيع يظل حيا في الوقت ذاته أولئك الذين تعاونوا مع الآخرين وارتبطوا بهم تمتعوا بأمن متزايد وفرص للتزاوج وفرصة للحصول على الموارد ويقول شارلز داروين في التاريخ الطويل للبشرية أولئك الذين تعلموا التعاون والارتجال بأكثر الطرق فعالية هم من سادوا ونتيجة لذلك فإن واحدة من أجمع الرغبات البشرية هي الرغبة في الانتماء وهذا التفضيل القديم يمارس تأثيراً قوياً على سلوكنا في العصر الحديث نحن لا نختار عادتنا المبكرة بل نحاكيها فنحن نسير على السيناريو الذي وضعه لنا أصدقاؤنا وأفراد أسرتنا ودار العبادة أو المدرسة ومجتمعنا المحلي والمجتمع الواسع إجمالاً وكل من هذه الثقافات والمجموعات تأتي محملة بمجموعاتها الخاصة من التوقعات والمعايير ما إذا كنت ستتزوج أم لا ومتى ستتزوج إن فعلت وعاد الأطفال الذين ستنجبهم وأي الإجازات ستحتفل بها ومجدار المال الذي ستنفكه في حفل ميلاد طفلك وبطرق عديدة هذه المعايير الاجتماعية تكون بمنزلة قواعد غير مرئية ترشد سلوكك كل يوم أنت دائماً ما تبقيها في عقلك حتى إذا لم تضاها نصب عينيك بشكل واعن وأنت كثيراً ما تتبع عادات الثقافة التي تنتمي إليها من دون تفكير أو تشكيك وأحياناً من دون حتى أن تذكر ذلك وعن هذا كتب فلسوف الفرنسي ميشيل دومونتاني يقول إن عادات وممارسات الحياة في المجتمع تجرفنا معها في غالبية الأوقات لا نشعر بأن السير مع الجماعة يمثل عبئاً فكل شخص يريد الانتماء وإذا ترارعت في أسرة تكافئك على مهاراتك في الشطرنج سيبدو لعب الشطرنج شيئاً جذاباً للغاية في نظرك وإذا عملت في وظيفة يرتدي فيها الجميع سطرات غالية حينها ستميل إلى إنفاق المال على شراء سطر غالية أنت أيضاً وإذا كان كل أصدقائك تشاركون في دعابة ما أو يستخدمون عبارة جديدة فستريد أن تفعل هذا أنت أيضاً بحيث يعلمون أنك تفهمهم فالسلوكيات تكون جذابة حين تساعدنا على التوافق مع الآخرين ونحن نحاكي عداد ثلاث مجموعات على وجه التحديد الأولى المقربون الثانية الكثرة الثالثة الأقوياء وكل مجموعة تقدم فرصة للاستفادة من القانون الثاني لتغيير السلوك وجعل عادتنا أكثر جاذبية أولاً محاكات المقربين للتقارب تأثير قوي على سلوكنا وهذا يصح على البيئة المادية كما ناقشنا في الفصل السادس وينطبق كذلك على البيئة الاجتماعية فنحن نلتقط العادات من الأشخاص المحيطين بنا فنقلد الطريقة التي يتعامل بها الأبوان مع الخلافات والطريقة التي يتودت بها أكراننا بعضهم إلى بعض والطريقة التي يحقق بها ذملاء العمل النتائج وحين تكون زوجتك معتادة على التحقق مرتين من إغلاق باب المنزل بالمزلاق قبل خلود إلى النوم فستلتقط أنت أيضا هذه العادة أجد أنني كثيرا ما أحاكي سلوك الأشخاص المحيطين بي من دون أن أدرك هذا ففي المحادثات أتقمص بصورة أوتوماتيكية الوضعية الجسدية للشخص الآخر وفي الكلية كنت أتحدث بصورة مشابهة لزملائي وحين أسافر إلى بلاد أخرى أحاكي بصورة لاواعية اللكنة المحلية رغم أنني أذكر نفسي على الدوام بضرورة التوقف عن ذلك وكقاعدة عامة كلما كنت قريبا من أحدهم كان من الأكثر ترجيحا أن تحاكي عاداته وقد تتبعت دراسة مسيرة 12 ألف شخص على مدار 32 عاما ووجدت أن فرص إصابة المرء بالبدانة تزيد بنسبة 57% إذا كان له صديق يعاني بالفعل من البدانة والعكس صحيح أيضا وقد وجدت دراسة أخرى أنه لو فقد أحد طرفي العلاقة بعض الوزن فسيفقد الطرف الآخر بعض الوزن أيضا في سلسل حالات إن أصدقائنا وأسراتنا يمارسون نوعا خفيا من ضغوط الأكران يمكن أن يجذبنا في أي اتجاه بطبيعة الحال يكون ضغط الأكران سيئا فقط إذا كنت محاطا بلمازج سيئة فعندما كان رائد الفضاء مايك ماسمينو يجري دراساته العالية في معهد مستشوستس للتكنولوجيا التحك لفترة وجيذة بصف خاص بعلم الروبورتات وقد صار أربعة من ضمن عشرة مشاركين في هذا الصف رواد فضاء فإذا كان هدفك هو الذهاب إلى الفضاء حينها فإن هذه الغرفة تمثل أفضل ثقافة يمكن أن تحلم بها وبالمثل وجدت إحدى دراسات أنه إذا كان حاصل ذكاء أقرب أصدقائك في سن الحادية عشر أو السانية عشر مرتفعا فسيرتفع حاصل ذكاءك في سن الخامسة عشر حتى بعد وضع معدلات الزكاء الطبيعية في الاعتبار فنحن نتشرب صفات وممارسات أولئك المحيطين بنا ومن الأمور الأكثر فعالية التي يمكن القيام بها لبناء عادات أفضل هي الاندمام إلى ثقافة يكون فيها سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي فالعادات الجيدة تبدو قابلة للتحقيق حين ترى الآخرين وهم يمارسونها كل يوم فإذا كنت محاطم بأشخاص أصحاء فمن الأكثر ترجيحا أن تنظر إلى التدريبات البدنية بوصفها عادة مشتركة وإذا كنت محاطم بمحبي موسيقى جاز فمن الأكثر ترجيحا أن ترى أن من الممكن جدا عز في الجهاز كل يوم إن ثقافتك ترسي طاقعات الخاصة بما هو طبيعي لذا أحط نفسك بأشخاص يمتلكون العادات التي تنشدها في نفسك وستحققون التقدم كلكم معا ولكي تجعل عاداتك أكثر جاذبية يمكنك المضي في هذه الاستراتيجية خطوة أبعد انضم إلى ثقافة يكون فيها سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي وثمت شيء مشترك بالفعل بينك وبين أفراد المجموعة يدير ستيف كامب رائد الأعمال من مدينة نيويورك شركة تدعى نيرد فتنس والتي تساعد الأشخاص غير المتكيفين اجتماعيا على فقدان الوزن واكتساب القوة والتحلي بصحة أفضل ومن بين عملائه محبي ألعاب الفيديو والمهوسون بالسيمة وأشخاص عاديون يريدون اكتساب القوام المناسب يشعر كثير من الأشخاص أنهم ليسوا في المكان المناسب في أول مرة يرتدون فيها صالة التدريبات الرياضية أو يجربون فيها تغيير نظامهم الغذائي لكن لو كنت تشبه بالفعل الأفراد الآخرين في المجموعة بصورة ما مثلا كأن تكونوا جميعا من محبي سلسلة حرب النجوم حينها تصير التغييرات مقبولة أكثر لأنها ستبدو من نوعية الأشياء التي يفعلها أشخاص مثلك بالفعل لا شيء يحافظ على التحفيز أكثر من الانتماء إلى قبيلة فهذا من شأنه أن يغير رحلتك الفردية إلى رحلة جماعية لقد كنت وحيدا في السابق وكانت هويتك مفردة فأنت قارئ أو موسيقي أو رياضي لكن حين تنضم إلى نادي لكتب أو فرقة موسيقية أو مجموعة لركوب الدرجات تصير هويتك مرتبطة بهوية من حولك فالنمو والتغيير لا يسيران محد رسعة فردي فنحن كراء أو موسيقيون أو راكب درجات وتبدأ الهوية المشتركة في تعزيز هويتك الفردية ولهذا السبب يعد البقاء جزء من المجموعة بعد أن تحقق هدفا أمرا محوريا للحفاظ على عادتك فالصداقة والاجتماع هما ما يغرسان الهوية الجديدة داخلك ويساعدان السلوكيات على أن تدوم لفترات أطول على المدى البعيد الثاني محاكاة الكسرة في خمسينيات القرن العشرين أجرى عالم النفس سلمون أش سلسلة من التجارب يجرى الآن تدرسها لجحافل من الطلاب الجامعيين كل عام في بداية كل تجربة كان الشخص موضوع التجربة يدخل غرفة بها مجموعة من الغرباء لم يكن الشخص يعلم أن المشاركين الآخرين هم ممثلون طلب منهم الباحث تقديم إجابات محددة سلفا على أسئلة بعينها يعرض على المجموعة بطاقة مرسوم عليها خط ثم بطاقة ثانية عليها مجموعة من الخطوط وكان يطلب من كل شخص أن يختار خطا من البطاقة الثانية يكون شبيها بالخط المرسوم على البطاقة الأولى كانت مهمة سهلة وإلى كمثالا على البطاقتين المستخدمتين في التجربة هذا تمثيل لبطاقتين استخدمهما سولمن أش في تجربته الشهيرة عن الامتسال الاجتماعي من الواضح أن طول الخط في البطاقة الأولى إلى اليسار ممثل لطول الخط جين في البطاقة الثانية لكن حين زعمت مجموعة من الممثلين أن له طول مختلفا كان الشخص موضوع التجربة يغير رأيه ويمتسل إلى ما تقول المجموعة بدلا من تصديق ما رأته عينه كانت التجربة تبدأ دائما بالطريقة نفسها أولا كانت هناك بعض المرات التي يتطفق فيها الجميع على الخط الصحيح وبعد بداية مرات يعرض على المشاركين اختبار بديه تماما مثل ما سبقوا إلا أن الممثلين الموجودين في الغرفة يختارون عمدا أحد الخيارات الخاطئة على سبيل المثال كانوا يختارون خط ألف في البطاقة المعروضة في الشكل عشرة كان الجميع يتطفقون على أن الخطين لهم طول نفسه رغم أن من الواضح تماما أنهم مختلفان في الطول كان الشخص موضوع التجربة الغافل تماما عن الخدعة يصاب بالحيرة والارتباك فكانت عيناه تتسعان في دهشة ويدحك في عصبية وكان يعيد التحقق من ردود أفعال المشاركين الآخرين وكان قلقه يزداد مع توالي الإجابة الخاطئة عينها وسريعا ما يبدأ الشخص في التشكك فيما تراه عينه وفي النهاية كان يقدم إجابة يعلم على اليقين أنها إجابة خاطئة أجرى أشهد هذه التجربة مرات عدة بعدد من الطرق المختلفة وقد اكتشف أن مع الزيادة على الممثلين زاد امتسال الشخص موضوع التجربة فإذا كان الشخص موجودا مع ممثل واحد وحسب لم يكن لذلك أي تأثير على اختيار الشخص إذ كان يفترض أن الشخص الآخر أحمق وحسب وحين يكون هناك ممثلان داخل الغرفة مع الشخص موضوع التجربة يظل التأثير طفيفا لكن عند زيادة عد الممثلين إلى ثلاثة أو أربعة وصولا إلى ثمانية كان الشخص موضوع التجربة يميل إلى التشكك في إجابته وبنهاية التجربة اتفق نحو 75% من الأشخاص مع إجابات المجموعة رغم أنه كان من الواضح تماما أنها خاطئة فعندما نكون غير واثقين من كيفية التصرف ننظر إلى المجموعة كي ترشد سلوكنا فنحن نستطلع على الدوام البيئة من حولنا ونتسأل ما الذي يفعله الجميع ونحن نتحقق من المراجعات على موقع أمازون أو يلب أو TripAdvisor لأننا نريد أن نحكي أفضل عادات الشراء وتناول الطعام والصفر إنها في المعتاد استراتيجية ذكية فكسرة العدد تقدم أدلة على كيفية التصرف الصحيح ويرى أن لهذا جانبا سلبيا فعادة ما يتغلب السلوك الطبيعي للقبيلة على السلوك المنشود للفرد على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أنه حين يتعلم أحد أفراد الشمبانزي طريقة فعالة لكسر الجوز وهو عضو في إحدى الجماعات ثم ينضم إلى جماعة أخرى تستخدم طريقة أقل فعالية في كسر الجوز فإنه يتجنب استخدام الطريقة الأفضل لكي يندمج مع بقية أفراد المجموعة والبشر لا يختلفون عن ذلك فسمى الضغوط داخلية شديدة من أجل الامتثال مع معايير أي مجموعة وعادة ما تكون مكافأة القبول في المجموعة أكبر من مكافأة الفوز في جدال أو الظهور بالمظهر الزكي أو العصور على الحقيقة وفي غالب الأوقات سنفضل أن نكون مخطئين ونحن ضمن أفراد المجموعة على أن نكون محقين ونحن وحيدين إن العقل البشري يعرف كيف يندمج مع الآخرين وهو يريد أن يندمج مع الآخرين فهذا هو السلوكنا الطبيعي ويمكنك التغلب على هذا الأمر إذ يمكنك أن تختار تجاهل الجماعة أو تاقف عن الاهتمام بما يظنه الغير غير أن هذا يتطلب جهدا فمعارضة ما تذهب إلهي ثقافتك يتطلب جهدا إضافيا وعندما يعني تغيير عادتك تحدي القبيلة يكون التغيير غير جذاب وحين يعني تغيير عادتك الاندماج مع القبيلة يكون التغيير جذابا الثالث محاكاة الأقوياء يسعى البشر في كل مكان خلف السلطة والوجاهة والمكانة فنحن نريد أوسمة وقلادات على سطراتنا ونريد أن يحمل لقبنا كلمة رئيس أو شريك ونريد أن نحظى بالإقرار والتوقير والمديح قد تبدو هذه النزعة من قبيل الخيلاء غير أن لها فوائدها فتاريخيا الشخص ذو القدر الأكبر من السلطة والمكانة يمتلك القدر على الحصول على مازيل من الموارد ويقلق بدرجة أقل بشأن البقاء ويكون أكثر جاذبية في نظر شريك التزاوج إننا ننجذب إلى السلوكيات التي تكسبنا الاحترام والإقرار والإعجاب والمكانة فنحن نريد أن نكون ذلك الشخص في صالة التدريبات البدنية الذي يستطيع رفع أكبر الأسكال أو ذلك الموسيقي الذي يستطيع عزف أصعب المقطوعات أو ذلك الوالد ذا الأبناء متفوقين دراسيا وذلك لأن هذه الأمور تميزنا عن السواد الأعظم من الناس فبمجرد أن نصير جزءا من الجماعة نبحث عن سبل لتحقيق التميز وسطها لهذا السبب نحن نكترس كثيرا بعادات الأشخاص زوية الفعالية العالية فنحن نحاول محاكاة سلوك الأشخاص الناجحين لأننا نرغب في تحقيق النجاح لأنفسنا وكثير من عادتنا اليومية ما هي إلا محاكاة لأشخاص نحن معجبين بهم فأنت تحاكي استراتيجيات التصويق التي تتبعها أنجح الشركات في مجالك وتحاكي الوصفة التي يستخدمها مخبزك المفضل وتستعير استراتيجيات رواية القصص الخاصة بكاتبك المفضل وتحاكي نمط التواصل الذي يتبع رئيسك في العمل فنحن نحاكي الأشخاص الذين نغبطهم يحظى الأشخاص ذو المكان مرتفع بالقبول والاحترام والمديح من الآخرين وهذا يعني أنه إذا عاد علينا سلوك ما بالقبول والاحترام والمديح فسنجد هذا السلوك جذابا كذلك فإنما نشجع على تجنب السلوكيات التي من شأنها أن تقلل من مكانتنا فعندما تأتي أمهاتنا لزيارتنا نقوم بتنظيف وتنظيم المنزل لأننا لا نريد أن نبدو بمظهر سيء أمامها ونحن نتساءل على الدوام ما الذي سيظن الآخرون به ونغير من سلوكنا استنادا إلى الإجابة تعد الشقيقات بولجر التي تحدثنا عنهن في بداية هذا الفصل دليلا على التأثير القوي والدائم الذي يمكن أن تتركه التأثيرات الاجتماعية على سلوكنا فقد تدربت الشقيقات على شطرانج لساعات طويلة كل يوم ووصلنا هذا المجهود لعقود غير أن هذه العادات والسلوكيات ظلت جذابة في جزء منها لأنها تحظى بالتقدير من جانب الثقافة التي ينتمين إليها وبداية من مديح الأبوين ووصولا إلى تحقيق مكانة متميزة مثل الحصول على لقب أستاذ كبير كان لدى الشقيقات أسباب تدفعهن إلى مواصلة جهودهن ملخص الفصل تحدد الثقافة التي ننتمي إليها أي السلوكيات تكون جذابة في نظرنا نحن نميل إلى تبني العادات التي تحظى بمديح وقبول ثقافتنا لأن لدينا رغبة قوية في الانتماء إلى القبيلة نحن نميل إلى محاكاة عادات ثلاث جماعات اجتماعية المقربون وهم الأسرة والأصدقاء والكسرة وهم القبيلة والأقوياء وهم أصحاب المكانة والوجاهة من أكثر الأمور الفعالية التي يمكن عملها من أجل بناء عادات أفضل هو الاندمام إلى ثقافة يكون فيها واحد سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي اثنان سمت شيء مشترك بالفعل بينك وبين أفراد المجموعة من الممكن أن يتغلب السلوك الطبيعي للقبيلة على السلوك المنشود للفرد وفي غالب الأوقات سنفضل أن نكون مخطئين ونحن ضمن أفراد المجموعة على أن نكون محقين ونحن وحيدين إذا عاد علينا سلوك ما بالقبول والإحترام والمديح فسنجد هذا السلوك جذابا كيف تجد مسببات عادتك السيئة وتصلحها؟ في أواخر العام 2012 كنت أجلس في شقة قديمة على بعض بضعة مربعات سكنية من أشهر شوارع استنبول شارع الاستقلال كنت في منتصف رحلة مدتها أربعة أيام إلى تركيا وكان مرشدي في هذه الرحلة مايك جالسا في استرخاء على مقعد مهترق على مسافة بضعة أقدام مني لم يكن مايك مرشدا سياحيا فعليا بل كان رجلا من ولاية ماين يعيش في تركيا منذ خمس سنوات غير أنه عرض علي أن يستحبني في أثناء زيارتي للبلاد ووفقت على ذلك وفي تلك الليلة تحديدا كنت مدعوان على العشاء معه من جانب عدد من أصدقاء الأطراق كان عددنا سبعة وكنت أنا الوحيد بين الجالسين الذي لم يصبق له في مرحلة ما من عمره أن دخن علبة سجائر كاملة في اليوم وحين سألت أحد الأطراق عن الكيفية التي بدأ بها التدخين قال الأصدقاء الأمر يبدأ دائما مع الأصدقاء فيبدأ صديق لك في التدخين ثم تتبعه أنت المدهش في الأمر هو أن نصف الجالسين في الغرفة تمكنوا بالفعل من الإقلاع عن التدخين فقد أقرع مايك عن التدخين منذ بداية سنوات وقد أقسم لي أن ما حفزوا على الإقلاع عن التدخين كان كتابا عنوانه Easy way to stop smoking وقال لي أنه يحررك من العبء الذهني للتدخين ويقول لك توقف عن الكذب على نفسك أنت تعلم أنك لا تريد تدخين حقا أنت تعلم أنك لا تستمتع بهذا حقا وهو يساعدك على الشعور بأنك لم تعود الضحية بعد الآن وتبدأ في إدراك أنك لست بحاجة إلى تدخين لم يصبق لي أن دخنت سجارة في حياتي غير أنني ألقيت نظر على كتاب بعد ذلك من قبيل الفضول يوظف المؤلف استراتيجيا مصيرة للاهتمام من أجل مساعدة المدخينين على التخلص من توقهم إلى التدخين وهو يعيد بصورة منهجية سياغة كل إشارة مرتبطة بالتدخين ويمنحها معنى جديد فيقول أشياء على الغرار أنت تظن أنك تقلع عن التدخين ويرى أنك لا تقلع عن شيء في الحقيقة لأن السجائر لا تفيدك في شيء أنت تظن بأن التدخين هو شيء أنت بحاجة إليه فعلا كي تخالط الناس اجتماعيا ويرى أن هذا ليس صحيحا فبإمكانك أن تخالط الناس من دون التدخين على الإطلاق أنت تظن بأن التدخين يخفف التاطر ويرى أن هذا ليس صحيحا فالتدخين لا يريح أصابك بل يدمرها ويكرر المؤلف على الدوام هذه العبارات وعبارات مشابهة فيقول فالتضع ما يلي في اعتبارك أنت لا تخسر شيئا وأنت تحقق مكاسب مذهلة ليس فقط على مستوى الصحة والطاقة والمال ولكن أيضا على مستوى الصق بالنفس واحترام الذات والحرية وأهم ما في الأمر المكسب المتحقق في طول حياتك المستقبلية وجودتها وحين تصل إلى نهاية الكتاب سيبدو التدخين في نظرك أسخف شيء في العالم وإذا لم تعود تتوقع أن يجلب لك تدخين أي نفع فلن يكون لديك أسباب لتدخين إنه الصورة معكوسة للقانون الثاني لتغيير السلوك وهو اجعلها غير جذبة أعلم أن هذه الفكرة ربما تبدو مفرطة في التبسيط فقط غير تفكيرك وستتمكن من الإقلاع عن التدخين لكن واصل استكشاف الفكرة معي لدقيقة من أين يأتي الطاق؟ كل سلوك له طاق سطحي ودافع أساسي أعمق وكثيرا ما يراودني الطاق على الصورة التالية أريد أن أتناول التاكو وإذا سألتني عن سبب رغبتي في تناول التاكو فلن أقول لأنني أحتاج الطعام كي أحيا ولكن الحقيقة هي أنني في أعماقي أشعر بالتحفيز لتناول التاكو لأنني يجب أن أكل كي أظل حيا فالدافع الكامن هو الحصول على الطعام والماء حتى إذا كان الطاق المحدد هو تناول التاكو ومن دوافعنا كامنة ما يلي حفظ الطاقة الحصول على الطعام والماء العصول على الحب والتناسل الاتصال والارتباط بالآخرين الحصول على الرضا والقبول الاجتماعي تقليل عدم اليقين تحقيق المكانة والهيبة ما الطاق إلا تجسيد محدد لدافع كامن أعمق فدماغك لم يتطور وهو محمل برغبة في تدخين السجائر أو التحقق من موقع إنستجرام أو لا بألعاب الفيديو فعلى مستوى عميق أنت تريد ببساطة أن تقلل من عدم اليقين أو أن تريح نفسك من التوتر أو أن تحصل على الرضا والقبول الاجتماعي أو أن تحقق المكانة إن عادتك هي حلول حديثة لرغبات عتيقة نسخ جديدة لأشياء قديمة تظل الدوافع الكامنة خلف السلوك البشري واحدة أما العادات المحددة التي نؤديها فتتبين اعتماداً على الحجبة التاريخية إليك الجزء المهم ثم الترق مختلفة لمواجهة الدافع كامل نفسه فقد يتعلم أحد الأشخاص تقليل التوتر عن طريق تدخين سجارة بينما يتعلم آخر أن طريق التقليل التوتر هي الرقد لبعض الوقت فعادتك الحالية ليست بالضرورة هي الطريقة المسلحة لحل المشكلات التي تواجهها بل هي فقط الطرق التي تعلمت استخدامها وبمجرد أن ترجط أحد الحلول بمشكلة تحتاج إلى حل فستواصل رجوع إليه على الدوام العادات قائمة على الارتباطات وهذه الارتباطات تحدد ما إذا كنا نتوقع أن العادة تستحق التكرار أم لا وكما ذكرنا في مناقشتنا للقانون الأول فإن دماغك يواصل امتصاص المعلومات وملاحظة الإشارات في البيئة المحيطة وكل مرة تدرك فيها إشارة ما يقوم دماغك بعمل محاكاة ويصنع تنبؤات بشأن ما يجب فعله في اللحظة التالية الإشارة أنت تلاحظ أن الموقت ساخن التنبؤ إذا لمست فسأحرك يدي لذا ينبغي أن أتجنب لمسه التنبؤ إذا ضغطت على دواست الوقود سأتمكن من اكتياز التقاطع بأمان وسأقترب من وجهتي لذا ينبغي أن أضغط على دواست الوقود فأنت ترى إشارة وتصنفها بناء على خبراتك السابقة ثم تحدد الاستجابة المناسبة يحدث كل هذا في لحظة واحدة غير أنه يلعب دورا محوريا في عاداتك لأن كل فعل يسبقه تنبؤ فقد نشعر بأن كل شيء في حياتنا عبارة عن رد فعل لكنه في الحقيقة قائم على تنبؤ بما سيحدث تاليا وطوال اليوم أنت تخمن الكيفية التي ستتصرف بها في ضوء ما شاهدته للتو وما نجح معك من سلوك في الماضي فأنت تتنبأ على الدوام بما سيحدث في اللحظة التالية إن سلوكنا معتمد بقوة على هذه التنبؤات بعبارة أخرى سلوكنا معتمد بقوة على الكيفية التي نفسر بها الحوادث التي تقع لنا وليس بالضرورة الواقع الموضوعي للحوادث نفسها فقد ينظر شخصان إلى استجارة ذاتها ويشعر أحدهما بالرغبة في التدخين بينما ينفر الآخر من الرائحة فالإشارة نفسها يمكن أن تطلق عادة حسنة أو عادة سيئة وذلك اعتمادا على تنبؤاتك والسبب وراء عادتك هو في الحقيقة التنبؤات التي تصبكها وهذه التنبؤات تقود إلى المشاعر والتي نصفها عادة على أنها توق شعور أو رغبة أو حافظ إن المشاعر والإنفعالات التي تراودنا تحول الإشارات التي نتلقاها والتنبؤات التي نصنعها إلى إشارات يمكننا تطبيقها وهي تساعد في تفسير ما نشعر به حاليا على سبيل المثال سواء كنت تدرك هذا أم لا فأنت تلاحظ إلى أي مدى تشعر بالحرارة أو البرودة الآن إذا انخفضت الحرارة بمقدار درجة واحدة فلن تشعر بشيء على الأرجح لكن لو انخفضت الحرارة بمقدار عشر درجات فستشعر بالبرودة وترتدي قطعة أخرى من الملابس كان الشعور بالبرودة هو الإشارة التي حفزتك على الفعل لقد كنت تستشعر الإشارات طوال الوقت لكن فقط حين تنبأت بأنه سيكون من الأفضل أن تكون في حالة مختلفة حينها فقط أقدمت على الفعل التوق هو الشعور بأن ثمت شيئا ينقصك إنه الرغبة في تغيير حالتك الداخلية فعندما تنخفض درجة الحرارة توجد فجوة بين ما يشعر به جسدك حاليا وما يريد أن يشعر به وهذه الفجوة بين حالتك الحالية وحالتك المنشودة تقدم لك سببا للفعل والرغبة هي الفارج بين موضعك الحالي والموضع الذي تريد أن تكون فيه مستقبلا وحتى أبسط الأفعال تكون مشبعة بالدافع إلى الإحساس بشعور مختلف عما تشعر به الآن فعندما تفرد في تناول الطعام أو تدخن أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي فأنت في الواقع لا تريد أن تأكل رقاقة بطاطس أو تشعل سيجارة أو تحصل على بعض الإعجابات بل ما تريد هو الشعور بشيء مختلف إن مشاعرنا وإنفعالاتنا تخبرنا لما إذا كان علينا البقاء في حالتنا الحالية أم تغيرها وهي تساعدنا في تقرير أفضل صبل الفعل وقد اكتشف علماء الأعصاب أنه حين يحدث خلل في المشاعر والإنفعالات فإننا في الواقع نفقد القدرة على اتخاذ القرار فليس لدينا إشارات بشأن ما نسعى خلفه وما نتجنبه ويفسر علم الأعصاب أنتونيو داماسيو هذا بقوله إن المشاعر هي ما يمكنك من وصف الأشياء بأنها حسنة أو سيئة أو محايدة الخلاصة هي أن الطوق المحدد الذي تشعر به والعادة التي تؤديها هي في الواقع محاولات لإجباع دوافعك الأساسية الكاملة وكلما نجحت عادة ما في إجباع دافع ما يتكون لديك الطوق إلى تكرارها مجددا وبمرور الوقت تتعلم التنبؤ بأن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي سيساعدك في الشعور بأنك محبوب وأن مشاهدة موقع يوتيوب سيمكنك من نسيان مخاوفك فالعادات تكون جذابة حين تربطها بمشاعر إيجابية ويمكن استخدام هذه الفكرة كي تنفعنا بدلا من أن تضرنا كيف تعيد برمجة دماغك كي تستمتع بالعادات الصعبة بمقدورة جعل العادات الصعبة أكثر جاذبية إذا استطعت تعلم ربطها بخبرات إيجابية في بعض الأحيان يكون كل ما تريده هو تغيير بسيط في العقلية على سبيل المثال كثيرا ما نتحدث عن كل شيء نكون مجبرين على فعله في اليوم فيجب أن نستيقظ مبكرا من أجل العمل ويجب أن تجرى مكالمة مبيعات أخرى ويجب أن تتهل عشاء لأسرتك الآن تخيل أنك غيرت كلمة واحدة فلا يجب أن تفعل أشياء بل أنت تحصل على فرصة لفعله فأنت تحصل على فرصة الاستيقاظ مبكرا للعمل وتحصل على فرصة إجراء مكالمة مبيعات أخرى وتحصل على فرصة طهوة العشاء لأسرتك فعن طريق تغيير كلمة واحدة أنت تغير الطريقة التي تنظر بها إلى كل حدث وتنتقل من رؤية هذه السلوكيات كأعباء إلى رؤيتها كفرص النقطة المحورية هنا هي أن كل الوصفين صحيح فعجب عليك فعل هذه الأشياء وكذلك أنت تحصل على فرصة لفعلها ويمكننا أن نجد أدلة على أي عقلية نختارها سمعت ذات مرة قصة عن رجل في كرسي متحرك وحين سئل الرجل إذا كان هنا الصعب كونه حبيث هذا الكرسي رد قائلا أنا لست حبيث الكرسي بل إنه يحررني فلولا هذا الكرسي متحرك لظللت في فراشي طوال الوقت ولا عجزت عن الخروج من منزلي وقد غير هذا التحول في المنظور تماما من الحياة التي عيشها هذا الرجل إن عادة سياغة عادتك بحيث تشدد على المنافع بدلا من المدار هو الطريق السريع نحو إعادة برمجة عقلك وجعل أي عادة تبدو أكثر جاذبية التدريب كثير من الناس يربطون التدريب بكونه مهمة ثقيلة تستنزف الطاقة وتنهك المرء لكن يمكنك بسهولة أن تنظر إليه بوصفه طريقة لتطوير مهاراتك وبناء جسدك وبدلا من أن تقول لنفسك أحتاج إلى الرقد في الصباح ستقول حان وقت بناء قوة تحملي وسرعتي الماليات عددا ما يرتبط ادخار المال بالتضحية ومع ذلك يمكنك أن تربطه بالحرية بدلا من القيود إذا أدركت حقيقة واحدة وحسب إن العيش في انطاع قدراتك يعني زيادة هذه قدرات المالية مستقبلا فالمال الذي تدخل هذا الشهر يزيد من قدرتك الشرائية الشهر القادم التأمل أي شخص جرب التأمل لأكثر من ثلاث ثوان يعلم كيف أنه يمكن أن يكون محبطا حين تحدث المقاطعة الحكمية التالية ويمكنك تغيير الإحباط إلى سعادة حين تدرك أن المقاطعة التالية ستنحك فرصة لتدرب على كيفية العودة إلى تنفسك المنتظم فالتشتيت شيء جيد لأنك بحاجة للمشتتات كي تتدرب على التأمل العصبية السابقة على الفعل كثير من الأشخاص يشعرون بالقلق الشديد قبل تقديم عرض كبير أو التنافس في حدث مهم فتتلحق أنفاسهم وتزداد سرعة دقات قلوبهم ويشعرون بالعصبية الشديدة إذا فصرنا هذه المشاعر على نحو سلبي حينها سنشعر بالتهديد والتوتر وإذا فصرنا هذه المشاعر على نحو إيجابي حينها يمكننا الاستجابة لها بسلاسة وهدوء ويمكنك إعادة سيغة العبارة أشعر بالعصبية إلى أشعر بالإصارة وبأنني أحصل على دفعة الأدرينالين التي ستساعدني في التركيز هذه التحولات البسيطة في العقلية ليست شيئا سحريا ولكن بمقدورها أن تساعدك في تغيير المشاعر التي تربطها بعادة معينة أو موقف معين وإذا أردت أن تنضي خطوة أبعد في هذا الصدد يمكنك أن تصنع طاقصا للتحفيز كل ما في الأمر أنك ستتدرب على ربط عادتك بشيء تستمتع به وبعد ذلك يمكنك استخدام الإشارة ما تحتقت قليلا من التحفيز استفاد إيد لاتيمور الملاكم والكاتب من بيتسبيرج من استراتيجية مشابهة من دون حتى أن يعرف ذلك وقد كتب أدركته شيئا غريبا وهو أن تركيزي يزداد حين أضع سماعات الأذن في أثناء الكتابة ولا يجب حتى أن أشغل أي موسيقى فمن دون أن يدرك الأمر عود إيد نفسه على هذا الأمر في البداية كان يضع السماعات ويشغل بعض الأغنيات التي يستمتع بها وكان يركز في عمله وبعد القيام بهذا العمل خمس مرات وعشر مرات وعشرين مرة صار عدا السماعات في أذنه إشارة ربطها أوتوماتيكيا بالتركيز المتزايد وقد تبعها الطوك بشكل طبيعي يستخدم الرياضيون استراتيجيات مشابهة لوضع أنفسهم في حالة العقلية ملائمة فخلال تاريخي كلاعب بيسبول كنت أتبع طقسة محددا من ممارسة تمرينات الاستطالة وإلقاء الكرة قبل كل مباراة كان الأمر كله يستغرق مني عشر دقائق وكنت أفعله قبل كل مباراة وبينما كان هذا الأمر يؤدي إلى إحمائي بدنيا فالأهم من ذلك أنه كان يضعني في الحالة العقلية الصحيحة وقد بدأت في الربط بين التقوص ما قبل المباراة والشعور بالتنافس والتركيز وحتى إذا لم أكن أشعر بالتحفيز من قبل حين كنت أنهي طقسي كنت أجد نفسي بالفعل في الحالة المزاجية ملائمة لمباراة ويمكنك تكييف هذه الاستراتيجية كي تلائم أي غرض لنقول أنك تريد أن تشعر بالسعادة بشكل عام أثر على شيء يجعلك سعيدا بحق ثم ابتكر روتينا قصيرا تؤدي كل مرة قبل أن تفعل الشيء الذي تحبه مثلا كأن تتنفس ثلاث مرات دعمك وتبتسم وكرر الأمر في النهاية ستبدأ في ربط فعل التنفس والابتسام مع الدخول في حالة مزاجية طيبة سيصير هذا هو الإشارة التي تعني الشعور بالسعادة وبمجرد ترسخ الأمر داخلك يمكنك استخدامه في أي وقت تحتاج فيه إلى تغيير حالتك الإنفعالية أتشعر بالضغوط في العمل تنفس ثلاث مرات بعمك ثم ابتسم أتشعر بالحزن من مجريات الحياة تنفس ثلاث مرات بعمك ثم ابتسم بمجرد بناء العادة ستتمكن الإشارة من إذكاء الطوق حتى لو لم يكن لها علاقة بالموقف الأصل إن مفتاح العصور على أسباب عادتك السيئة وإصلاحها هو إعادة سياغة الارتباطات التي تمتلكها بشأنها ليس الأمر سهلا لكن لو أمكنك إعادة برمجة تنبؤتك ستتمكن من تحويل أي عادة صعبة إلى عادة جذابة ملخص الفصل الصورة المعكوسة لقانون الثاني لتغيير السلوك هو اجعلها غير جذابة كل السلوك له طوق سطحي ودافع أساسي أعمق إن عادتك هي حلول حديثة لرغبات عطيقة السبب وراء عادتك حقاً هو التنبؤ الذي يسبقها فالتنبؤ يؤدي إلى الشعور كن بإبراز منافع تجنب العادة السيئة كي تجعلها تبدو غير جذابة تكون العادات جذابة حين نربطها بمشاعر إيجابية وتكون غير جذابة حين نربطها بمشاعر سلبية اسمع تقصى للتحفيل عن طريق القيام بشيء تستمتع في قيام به قبل أي عادة صعبة كيف تغرس عادة حسنة؟ القانون الأول اجعلها واضحة واحد املأ بطاقة تسجيل العادات اكتب عاداتك الحالية لتصير وعياً بها استخدم نيات التنفيذ سوف أؤدي السلوك في الوقت في المكان استخدم تجديس العادات بعد العادة الحالية سأقوم بالعادة الجديدة صمم بيئتك اجعل الإشارات الخاصة بالعادات الحسنة واضحة ومرئية القانون الثاني اجعلها جذبة اثنان استخدم استراتيجية التجميع كن بضم فعل تريده إلى فعل آخر أنت بحاجة إلى قيام به انضم إلى ثقافة يكون فيها السلوك كالمنشود هو السلوك الطبيعي اسمع تقصى للتحفيل افعل شيء أن تستمتع بالقيام به قبل أي عادة صعبة مباشرة القانون الثالث اجعلها سهلة القانون الرابع اجعلها مشبعة كيف تتخلص من عادة سيئة عكس القانون الأول اجعلها خفية واحد قلل التعرض كن بإزالة الإشارات الخاصة بعادتك السيئة من بيئتك عكس القانون الثاني اجعلها غير جذابة قاعد سياغة عقليتك كن بإبراز منافع تجنب عادتك السيئة عكس القانون الثالث اجعلها صعبة عكس القانون الرابع اجعلها غير مشبعة القانون الثالث اجعلها سهلة سر ببطء لكن ليس إلى الخلف مطلقا في أول أيام الدراسة قسم جيري أولسمان الأستاذ بجامعة فلوريدا طلاب قسم التصوير الفوتوغرافي إلى مجموعتين وقد أوضح قائلا أن كل الطلاب الموجودين في الجانب الأيسر من قاعدة الدراسة سيكونون جزءا من مجموعة الكم وسيقيمون فقط استنالة إلى مقدار العمل الذي أنتجوه وفي اليوم الأخير من الدراسة سيحصي أولسمان عدد الصور التي قدمها كل طالب بحيث يعني تسليم 100 صورة الحصول على تقدير ممتاز وتسعين صورة الحصول على تقدير جيد جدا وثمانين صورة الحصول على تقدير جيد وهكذا دوليك في الوقت ذاته فإن كل الطلاب الموجودين في الجانب الأيمن من قاعدة الدراسة سيكونون في مجموعة الكيف وسيقيمون فقط استنالا إلى جودة العمل الذي أنتجوه سيتعين على كل واحد منهم تقديم صورة واحدة فقط خلال الفصل الدراسي للحصول على تقدير ممتاز غير أن هذه الصورة يجب أن تكون شبه مثالية وفي نهاية الفصل الدراسي فوجأ أولسمان حين وجد أن أفضل الصور المقدمة أنتجتها مجموعة الكام فخلال الفصل الدراسي كان هؤلاء الطلاب منشغلين بالتقاط الصور وتجربة تداخل الألوان والضوء واختبار الطرق العديدة للتحميد والتعلم من أخطائهم وفي خدم عملية إنتاج مئات الصور قام هؤلاء الطلاب بشحز مهارتهم في الوقت ذاته فقد جلس طلاب مجموعة الكام يفكرون في كيفية إنتاج صور مثالية وفي النهاية لم يكن لديهم ما يقدمونه إلا مجموعة من نظريات غير المختبرة وصورة واحدة متوضعة من السهل أن تجد نفسك عاجزا عن التقدم وأنت تحاول العصور على الخطة المثالية للتغيير الطريقة الأسرع لفقدان الوزن البرنامج الأفضل لبناء العضلات الفكرة المصلة لنشاط جانبي فنحن نفرد في التركيز على أفضل الطرق إلى درجة أنه لا تسنى لنا الإقدام على الفعل مطلقا وكما قال فولتر فإن المثالي عدو لما هو جيد أشير إلى هذا بأنه الفارق بين الحركة والفعل تبدو الفكرتان متشابهتين غير أنهما ليستان تماثلتين فعندما تكون في حالة حركة أنت تخطط وتضع استراتيجيات وتتعلم كل هذه أمور طيبة وغير أنها لا تؤدي إلى نتيجة ملموسة في المقابل فإن الفعل هو نوعية السلوك التي تؤدي إلى تغديم نتائج فإذا فكرت في عشرين فكرة لمقال أريد كتابته فهذه حركة لكن إذا جلست حقا وكتبت المقال فهذا فعل وإذا بحثت عن خطة غذائية أفضل وقرأت بدأة كتب عن الموضوع فهذه حركة لكن إذا تناولت بالفعل وجبة صحية فهذا فعل أحيانا تكون الحركة مفيدة لكنها لن تنتج أي نتيجة منفردها فلا يهم عاد المرات التي تتحدث فيها إلى مدرب الشخصي فهذه الحركة لن تؤدي إلى حصولك على الجسد الممشوق بل الفعل فقط هو ما سيؤدي بك إلى النتيجة التي تتمنى تحققها لكن إذا لم تكن الحركة تؤدي إلى النتائج فلماذا نقوم بها؟ أحيانا نقوم بها لأننا نحتاج حقا إلى خطة أو إلى تعلم المزيد لكن في كثير من الأحيان نحن نقوم بها لأنها تمكننا من الشعور بأننا نحقق تقدما من دون أن نخاضر بالفشل فغالبياتنا خبراء في تجنب النقل وليس شعور الفشل أو التعرض للنقضة على الملأ بالشعور الطيب لذا فنحن نتجنب المواقف التي يمكن أن يحدث فيها هذا وذلك هو أكبر الأسباب وراء انشغالك بالحركة بدلا من الفعل فأنت تريد أن تؤجل الفشل من السهل أن تظل في حالة حركة وأن تقنع نفسك بأنك تحقق تقدما فأنت تفكر قائلا سمت محادثات جارية مع أربعة عملاء محتملين الآن هذا أمر طيب إننا نتحرك في الاتجاه الصحيح أو لقد فكرت في بضع أفكار لذلك الكتاب الذي أريد تأليفه هذا أمر مبشر إن الحركة تجعلك تشعر بأنك تنجد شيئا ما لكن في الحقيقة الأمر أنت فقط تستعد لإنجاز شيئا ما وحين يتحول الاستعداد إلى شكل من أشكال التسويف فإنك تكون بحاجة إلى تغيير شيء فأنت لا تريد أن تخطط وحسب بل تريد البدء في فعل وإذا أردت أن تتقن عادة ما فإن المفتاح تمثل في البدء مع التكرار وليس استهداف الكمال فأنت لست بحاجة إلى تبين كل تفاصيل العادة الجديدة بل أنت بحاجة إلى البدء في ممارستها وحسب وهذا هو الدرس المستفاد الأول من القانون الثالث أنت بحاجة إلى البدء في الممارسة كم من الوقت نحتاج لبناء عادة جديدة بناء العادات هو العملية التي يصير بمجابها أي سلوك أوتوماتيكيا بدرجة أكبر مع التكرار فكلما قررت الفعل تغيرت بنيت الدماغ بحيث تصير قادرة على تأديد ذلك النشاط بكفاءة يطلق علماء الأعصاب على هذه العملية اسم التأييد طويل المدى وهي تشير إلى تقوية الروابط بين الخلال العصبية في الدماغ استنالا إلى أنماط النشاط الحديثة ومع كل تكرار يتحسن انتقال الإشارات بين الخلال العصبية وتتعزز الروابط العصبية وهذه الظاهرة التي وصفها لأول مرة عالم النفس العصبي دونالد هب في عام 1949 تعرف عموما باسم قانون هب وتنص على أن الخلال العصبية التي تطلق إشارتها معا تترابط معا يؤدي تكرار العادة إلى تغييرات مادية واضحة في الدماغ فلدى الموسيقيين يكون المخيف الذي يلعب دورا محوريا في الحركات المادية مثل نقر أوطار الجيتار أو صحب كوسي كمان أكبر مما لدى غير الموسيقيين في الوقت ذاته فإن متخصصين في الرياضيات يمتلكون قدرا أكبر من المادة الرمادية في الفصيس الجداري السفلي الذي يلعب دورا محوريا في الإحصاء والحساب ويرتبط حجم هذا الفصيس بمقدار الوقت الذي قطاه الرياضي في المجال فكلما كان الرياضيون أكبر سنا وأكثر خبرة كان مقدار المادة الرمادية أكبر وحين حل العلماء أدمغة سائق الأجرة في لندن وجدوا أن الحسين وهي منطقة من الدماغ متبتة بالذاكرة المكانية كان أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم من غير سائق الأجرة بل والأكثر إدهاشا هو أنه حين تقاعد سائق الأجرة فإن الحسين يقل في الحجم فمثل العضلة التي تستجيب لتدتيب الأسقال تتكيف مناطق معينة من الدماغ مع الاستخدام وتدمر حين لا تستخدم بطبيعة الحال كانت أهمية التكرار في ترسيخ العادات معروفة قبل أن يبدأ علماء الأعصاب دراستها بوقت طويل ففي العام 1860 قال الفيلسوف الإنجليزي جورج إتش ليوس عند البدء في تعلم لغة جديدة أو عصف آلة موسيقية أو تأديت حركات غير معتدة نشعر بصعوبة كبيرة لأن القنوات التي يتعين أن يمر بها كل إحساس لم تصبح مترسخة بعد لكن ما أن يحفر التكرار المتواصل مصارا حتى يتختفي الصعوبة ويصير الفعل أوتوماتيكيا إلى درجة أنه من الممكن تأديته بينما العقل منشغل بأمور أخرى يتطفق الحس السليم والبرهان العلمي على هذا الأمر فالتكرار صورة من صور التغيير ففي كل مرة تكرر فيها فعلا فأنت تنشط دائرة عصابية معينة مرتبطة بتلك العادة هذا يعني أن الممارسة تعد من أهم الخطوات التي يمكن أخذها من أجل ترسيخ عادة جديدة ولهذا السبب فإن الطلاب الذين التقطوا مئات الصور حسنوا مهاراتهم وذلك على العكس من أولئك الذين اكتفوا بالتنظير حول الصورة المثالية فإحدى المجموعتين انخرطت في الممارسة النشطة بينما اكتفت الأخرى بالتعلم السلبي إحدى المجموعتين انخرطت في الفعل بينما الأخرى اكتفت بالحركة تتبع كل العادات مصارى مشابهة من الممارسة الجهيدة إلى السلوك الإيجابي وهي عملية تعرف باسم الأوتوماتيكية والأوتوماتيكية هي القدر على تأريد سلوك من دون التفكير في كل خطوة من خطواته وهذا يحدث حين تكون السيطرة للعقل اللاويعي أحد أكثر الأسئلة التي أسمعها شيوان هو كم من الوقت نحتاج لبناء عادة جديدة ويرى أن السؤال الذي على الناس أن يسألوه هو ما مقدار التكرار الذي يتطلبه بناء عادة جديدة بمعنى كم عدد مرات التكرار التي نحتاجها كي نجعل عادة أوتوماتيكية ليس للوقت من قضي تأثير سحري على بناء العادة فلا يهم إن قضيتي فيها 21 يوما أو 30 يوما أو 300 يوم بل المهم هو المعدل الذي تمارس به السلوك فمن الممكن أن تفعل شيئا ما مرتين في 30 يوما أو 200 مرة فمعدل التكرار هو ما يحدث الفارق لك ترسخد عادتك الحالية داخلت على مدار مئات المرات من التكرار أو حتى الألاف وتتطلب العادات الجديدة المستوى نفسه من التكرار فأنت بحاجة إلى إجراء عدد كافي من المحاولات إلى أن يصير السلوك مغروسا داخل عقلك بحيث تتجاوز خط العادات من المنظور العلمي لا يهم حقا مقدار الوقت المنقضي لترسيخ العادة بل المهم هو أن تقوم بالأفعال التي عليك أن تقوم بها لكي تحقق التقدم أما كون الفعل أوتوماتيكيا بالكامل أم لا فهو أمر أقل أهمية من أجل بناء العادة أنت بحاجة إلى ممارستها والطريقة الأكثر فعالية للبدء في الممارسة هو الالتزام بقانون الثالث لتغيير السلوك اجعلها سهلة وستبين الحصول التالية كيف يمكنك عمل هذا على وجه التحديد ملخص الفصل القانون الثالث لتغيير السلوك هو اجعلها سهلة الطريقة الأكثر فعالية للتعلم هي الممارسة لا التخطيط ركز على القيام بالفعل وليس الحركة وحسب عملية بناء العادات هي العملية التي بموجبها يصير السلوك أوتوماتيكيا على نحو المتزايد من خلال التكرار مقدار الوقت المنقضي في الممارسة العادة ليس مهما بقدر عدد مرات ممارستها قانون الجهد الأقل يوضح جاريت دايموند عالم الأنثروبولوجيا والبيولوجيا في كتابه جانز جيرمز آن ستيل حقيقة بسيطة وهي أن للقارات المختلفة أشكالا مختلفة من الوهلة الأولى تبدو هذه العبارة بديهية وغير مهمة لكن يتبين أن لها تأثيرا عميقا على السلوك البشر يمتد المحوى الرئيسي للأمريكتين من الشمال إلى الجنوب بمعنى أن الكتلة الأرضية الرئيسية بأمريكا الشمالية والجنوبية تميل إلى أن تكون طويلة وضيقة وليست عريضة ورحبة والأمر عينه ينطبق على كارة أفريقيا في الوقت ذاته فإن الكتلة الأرضية التي تؤلف أوروبا وأسيا والشرق الأوسط على العكس تماما استمتد الأراضي الفسيحة من الشرق إلى الغرب ووفق دايموند فإن هذا الاختلاف في الشكل لعب دورا كبيرا في انتشار الزراعة على مر كورون فعندما بدأت الزراعة في الانتشار حول الكوكب وجد المزارعون أن من الأيسر التوصع فيها على امتداد المسارات الممتدة من الشرق إلى الغرب وليس تلك الممتدة من الشمال إلى الجنوب وسبب هذا هو أن المواقع الموجودة على نفس دائرة العرض تتشابه من حيث المناخ ومقدار أشعة الشمس وكميات المطر المتساقطة والتغيرات الموسمية وقد مكنت هذه العوامل المزارعين في أوروبا وأسيا من استمبات عدد من المحاصيل وزراعتها على امتداد رقع فسيحة من الأرض تمتد من فرنسا وحتى الصين على العكس من ذلك يتبين المناخ تباينا كبيرا عند الانتقال من الشمال إلى الجنوب فقط تخيل إلى أي مدى يختلف المناخ من فلوريدا عن كندا يمكن أن تكون أبرع مزارع في العالم لكن لن يساعدك هذا في زراعة بورتقال فلوريدا في الشتاء الكندي فالجليد بديل سيء للتربة ومن أجل نشر المحاصيل على امتداد مسارات شمالية جنوبية احتاج المزارعون إلى العصور على نباتات جديدة وزراعتها كلما تغير المناخ ونتيجة لذلك انتشرت الزراعة أسرع مرتين أو ثلاث مرات في أسيا وأوروبا مقارنة بانتشارها عبر شمال وجنوب الأمريكتين وعلى مدار كورون أدى هذا الاختلاف البسيط إلى تأثير كبير للغاية فقد أتاح إنتاج الطعام المتزايد نموا سكانين أسرع وفي زل وجود مزيد من البشر تمكنت هذه الثقافات من بناء جيوش أقوى وكانت أكثر قدرة على تطوير التقنيات الجديدة لقد بدأت التغيرات بسيطة محصول ينتشر لمدى أبعاد قليلا شعب يزداد عددا بصورة أسرع قليلا غير أنها تضاعفت وتحولت إلى اختلافات كبيرة مع مرور الوقت يعد انتشار الزراعة مثالا على القانون الثالث لتغيير السلوك وذلك على الانطاق العالمي فالحكمة التقليدية تذهب إلى أن التحفيز هو مفتاح تغيير العادات فربما إذا كنت تريد الشيء حقا ستتمكن من تحقيقه غير أن الحقيقة هي أن دافعنا الحقيقي هو الكسل وأن نفعل ما هو مريح وملائم لنا وعلى العكس مما سيخبرك به أحدثة كتب مبيعا عن الانتاجية فإن هذه الاستراتيجية ذكية وليست غبية إن الطاقة نفيثة والدماء مبرمج على حفظها متى كان ذلك ممكنا فالطبيعة البشرية تحتم علينا أن نتبع قانون الجهد الأقل الذي نص على أنه عند الاختيار بين أمرين متشابهين سينجذب الناس بشكل طبيعي إلى الخيار الذي يتطلب أقل قدر من العمل على سبيل المثال فإن توسعة منذرعتك إلى الشرق حيث ستزرع المحاصيل نفسها أسهل من التوسع فيها إلى الشمال حيث المناخ المختلف ومن بين كل الأفعال الممكنة التي نستطيع قيام بها فإن الفعل المتحقق هو ذلك الذي يقدم لنا أكبر قيمة في مقابل أقل جهد فنحن نشعر بالتحفيز للقيام بما هو أسهل إن كل فعل يتطلب مقدارا معينة من الطاقة وكلما كانت الطاقة مطلوبة أكبر صار من غير المراجح وقوة الفعل فإذا كان هدفك هو القيام بتمرين الضغط مائة مرة في اليوم فهذا يعني كثيرا من الطاقة في البداية حين تشعر بالتحفيز والحماسة يمكنك استجماع طاقتك للبدء لكن بعد بضعة أيام ستشعر بالإنهاك من هذا الجهد الضغط في الوقت ذاته لا يتطلب الالتزام بعادة القيام بتمرين الضغط مرة واحدة يوميا أي طاقة تقريبا للبدء وكلما تطلبت العادة طاقة أقل صار من المرجح أكثر حدوثها انظر إلى أي سلوك يأخذ حيزا كبيرا من حياتك وسترى أن من الممكن تأدياته بأقل قدر من التحفيز فعادات مثل تصفح حاتفك أو تفقد رسائل بريدك الإلكتروني أو مشاهدة التلفاز تصرك الكثير من وقتنا لأن من الممكن تأدياتها من دون جهد تقريبا فهي ملائمة بشكل بالغ بصورة ما كل عادة تعد عقبة في سبيل الحصول على ما تريده حقا فالالتزام بنظام غذائي عقبة في سبيل الحصول على جسم رشيق والتأمل عقبة في سبيل الشعور بالهدوء وتدوين اليوميات عقبة في سبيل التفكير بوضوح وأنت في الحقيقة لا تريد العادة نفسها وإنما تريد النتيجة المتحققة من وراء العادة وكلما كانت العقبة أكبر بمعنى كلما كانت العادة أصعب صارت المعاناة أكبر في سبيل الوصول إلى الحالة النهائية المنشودة ولهذا السبب من المهم أن تجعل عادتك سهلة بحيث تقوم بها حتى وأنت لا تشعر بالرغبة في ذلك وإذا جعلت عادتك الحسنة أكثر ملاءمة سيكون من المرجح أكثر أن تواصل الالتزام بها لكن ماذا عن اللحظات التي يبدو فيها أننا نقوم بالعكس فإذا كنا كسولين بهذه الدرجة كيف إذن يمكن تفسير سلوك الأشخاص الذين يحققون إنجازات صعبة مثل تنشئ الطفل أو البدء في عمل خاص أو تسلق جبل إبريست بالتأكيد أنت قادر على قيام بأشياء شديدة الصعوبة المشكلة هي أنك في بعض الأيام ستشعر بالرغبة في القيام بالعمل الصعب وفي أيام أخرى سترغف في الاستسلام وفي هذه الأيام الصعبة من الضروري أن يعمل أكبر عدد من العوامل في صالحك بحيث تستطيع التغلب على التحديات التي تلقيها الحياة بشكل طبيعي في طريقك وكلما أكلت المعاناة التي تواجهها صار من الأيثر على شخصيتك الأقوى أن تظهر أن الفكرة رأى قانون إجعلها سهلة ليس فقط القيام بالأشياء السهلة بل الفكرة هي جعل الأوقات التي تقوم فيها بالأشياء أسهل ما يمكن وذلك حتى تعود عليك بنتائج إيجابية مستقبلا كيف تحقق المزيد بجهد أقل؟ تخيل أنك تمسك بخرطوم حديقة منسن من المنتظف يتضفق بعض الماء خارجا منه لكن ليس كثير وإذا أردت زيادة معدل تضفق الماء المار منه سيكون أمام الخيارين الخيار الأول وهو فتح السمام أكثر وإجبار مزيد من الماء على التضفق منه والخيار الثاني ببساطة هو أن تزيل الإنسناء من الخارطوم وتدع الماء يتضفق خارجا منه بصورة طبيعية إن محاولة إسكاء دافعيتك من أجل الالتزام بعادة صعبة تشبه محاولة إجبار الماء على الخروج من خارطوم منسنن فبإمكانك فعل الأمر وغير أنه سيتطلب جهدا كبيرا وسيزيد من مقدار التغطر في حياتك في الوقت ذاته فإن جعل عاداتك بسيطة وسهلة يشبه التخلص من الإنسناء في الخارطوم فبدلا من محاولة التغلب على هذه الصعوبة في حياتك فأنت ببساطة تتخلص منها واحدة من أكثر الترق فعالية لتقليل الصعوبات المرتبطة بعاداتك هي ممارسة تصميم البيئة ناقشنا في الفصل السادس تصميم البيئة باعتباره طريقة لجعل الإشارات أكثر وضوحا لكن من الممكن كذلك تحسين بيئتك كي تجعل الأفعال أسهل على سبيل المثال حين تقرر ممارسة عادة جديدة من الأفضل أن تختار موضعا يتطفق بالفعل مع روتينك اليوم فالعادات يسهل بناءها حين تتوافق جيدا مع مصار حياتك اليوم فمن الأرجح أن تذهب إلى صالة التدريبات البدنية إذا كانت توجد في طريقك إلى العمل وذلك لأن التوقف بها حينئذ لن يضيف صعوبة كبيرة إلى أسلوب حياتك وعلى العكس إذا كانت صالة التدريبات بعيدة عن طريقك اليومي المعتاد حتى لو ببضعة مربعات سكنية فستضطر وقتها إلى الخروج عن طريقك كي تذهب إليها والأمر الأكثر فعالية هو تقريل الصعوبات الموجودة داخل بيتك أو مكتبك ففي كثير من الأحيان نحن نحاول أن نبدأ عادة في بيئات عالية الصعوبات فنحن نحاول السير على نظام غذائي صارم بينما نتناول العشاء مع أصدقاء لنا ونحاول تأليف كتاب في منزل تعم الفوضى ونحاول التركيز في أثناء استخدام الهاتف الزكي المليء بالمشتات ليس من الضروري أن يسير الأمر على هذا النحو فبإمكاننا إزالة الصعوبات وهذا تحديداً ما بدأ مصنع الإلكترونيات في اليابان في عمله في سبعينيات القرن العشرين ففي مقال نشر في مجلة نيويوركر بعنوان أفضل في كل الأوقات كتب جيمس سيروايكي لقد شددت الشركات اليابانية على المصطلح المعروف باسم الانتاج الخالي من الصعوبات إذا أخذت تسعة من دون كلد إلى إزالة الهدر بمختلف صوره في عملية الانتاج وصولاً إلى إعادة تصميم بيئة العمل بحيث لا يهدر العاملون أي وقت في الالتفات فيصلوا إلى أدوتهم وكانت النتيجة أن أصبحت المصانع اليابانية أكثر كفاءة وصار المنتجون اليابانيون أكثر موسوقياً من نظرائهم الأمريكيين ففي العام 1974 كانت اتصالات الخدمة الخاصة بالتلفزيونات الملونة الأمريكية أكثر بخمسة أضعاف من تلك الخاصة بالتلفزيونات اليابانية وبحلول عام 1979 كان العمال الأمريكيون يغضون قدراً من الوقت يزيد بسلاسة أضعاف من أجل تلميع التلفزيونات الخاصة بهم أحب أن أصف هذه الاستراتيجية بأنها استراتيجية الإضافة عن طريق التقليل فقد بحثت الشركات اليابانية عن كل نقطة تمثل عائقاً في عملية الإنتاج وتخلصت منها وعن طريق التقليل من الجهد المهدور قاموا بإضافة المزيد من العملاء والأرباح وبالمثل حين نتخلص من الصعوبات التي تستنزف وقتنا وطاقتنا سنتمكن من تحقيق المزيد بواسطة جهد أقل لهذا السبب يعد تنظيم بيئة العمل مصدراً لراحة كبيرة فنحن نحقق تقدماً ونخفف من الحمل الإدراكي الذي تضع بيئتنا علينا إذا نظرت إلى المنتجات التي يساعد في بناء العادات ستلاحظ أن أحد أفضل الأشياء الذي تكون به هذه السلع والخدمات هو التخلص من كل من الصعوبات في حياتك فخدمات توصيل واجبات تقلل الصعوبة المتمثلة في الذهاب والتصوق من محل البقالة وتطبيقات المواعدة تقلل الصعوبة المتمثلة في تقديم نفسك إلى الآخرين في المواقف الاجتماعية وخدمات المشاركة في ركوب السيارات تقلل الصعوبة المتمثلة في الانتقال عبر المدينة والرسائل النصية تقلل الصعوبة المتمثلة في إرسال بريد إلكتروني ومثلما أعدت شركات تصنيع التلفزيونيات اليابانية بيئة العمل كي تقلل من الهدر تصمم الشركات الناجحة منتجتها بغية تبسيط أو التخلص من أكبر عدد ممكن من الخطوات فهي تقلل عدد الحقول المطلوبة في كل استمارة وتخفض عدد النقارات المطلوبة من أجل إنشاء حساب وتقدم منتجتها مصحوبة بتعاليمات سهلة أو تطلب من عملائها القيام باختيارات أقل عندما ترحت أولى السماعات التي يجرى تشغيلها صوتيا في الأسواق منتجات مثل جوجل هوم وأمازون إيكو وأبل هوم بود سألت صديق لي عما يعجبه في المنتج الذي اشتراه فقال لي إنه كان من الأيثر أن يقول اعزف بعض الموسيقى الكاونتري من إخراج الهاتف وفتح تطبيق الموسيقى واختيار قائمة أغنيات بطبيعة الحال منذ بدأ سنوات خلت وحسب كان امتلاك عدد لا يحصى من الأغنيات في جيبك أمرا سهلا بشكل مذهل مقارنة بالقيادة إلى المتجر وشراء استوانة مدمجة فالشركات في حالة سعي متواصل وراء تقديم النتيجة نفسها بطريقة أسهل استخدمت الحكومات أيضا استراتيجيات مشابهة فعندما أرادت الحكومة بريطانية زيادة معدلات تحصيل الدرائب فإنها تحولت من إرسال المواطنين إلى صفحة ويب يمكن منها تنزيل الإقرار الضريبي إلى استخدام رابط مباشر يصل المواطنين بالإقرار وقد أدى تقليل خطوة واحدة إلى زيادة معدلات الاستجابة من 19% إلى 23% وفي حالة بلد كالمملكة المتحدة كانت هذه النسبة المئوية تعني زيادة مقدارها الملايين في العوائد الدريبية الفكرة الرئيسية هي خلق بيئة يكون فيها فعل الشيء الصحيح من أسهل ما يمكن إن غالبية معارك بناء العادات الحسنة تتلخص في العصور على طرق لتقليل الصعوبات المصاحبة للعادات الحسنة وزيادة الصعوبات المصاحبة للعادات السيئة تجهيز البيئة من أجل الاستخدام المستقبلي أوزوال نوكلوس هو مطور تكنولوجيا معلومات من ناتشز ميسي سيبي وهو أيضا شخص يتفهم قوة تجهيز البيئة وقد قام أوزوال بتحسين عادات التنظيف لديه عن طريق اتباع استراتيجية سماها إعادة الغرفة إلى وضعها الأصلي على سبيل المثال حين ينتهي من مشاهدة التلفاز فإنه يعيد جهاز التحكم عن بعد إلى طولة التلفاز ويرتب الوسائد على الأريكة ويطوي البطانية وحين يغادر سيارته فإنه يخرج أي قمامة منها وحين يأخذ حماما فإنه ينظف المرحاض ريسما يسخن الماء وكما يقول فإن الوقت المثالي لتنظيف المرحاض هو قبل أن تستحم على أي حال إن هدف إعادة الغرفة إلى وضعها الأصلي ليس فقط تنظيف مخلفات الفعل السابق بل الاستعداد للفعل التالي ويقول أوزوال حين أدخل أي غرفة يكون كل شيء فيها في موضوع صحيح ولأنني أفعل هذا كل يوم وفي كل غرفة تظل الأشياء كلها مرتبة يظن الناس أنني أعمل بجد لكنني في الواقع كسول الغاية أنا فقط شخص كسول لديه نظرة استباقية وهذا يوفر لي قدرا كبيرا من الوقت كلما نظمت مكانا من أجل غرضه المعني فأنت تجاهزه على نحو يجعل الفعل القادم سهلا على سبيل المثال تحتفظ زوجتي بصندوق فيه بطاقات تهنئة وتعازن مرتبة بحسب المناسبة أعياد ميلاد، مواساة، حفلات زفاف، تخرج وغيرها وعند الضرورة تخرج زوجتي البطاقة الملائمة وترسلها على الفور إنها تجي تذكر إرسال البطاقات لأنها قللت الصعوبة المرتبطة بذلك كنت على العكس من ذلك لسنوات فحين كان أحدهم يرزق بطفل كنت أقول في نفسي ينبهي أن أرسل بطاقة لكن تمر أسابيع من دون أن أفعل وحين أتذكر الذهاب إلى المتجر يكون الأوان قد فات فهذه العادة لم تكن سهلة ثم الترق عديدة لتجهيز بيئتك بحيث تكون جاهزة للاستخدام الفوري فإذا أردت أن تطهو إفطارا صحيا ضع المكلاع على الموقد وحضر زيت الطهي على الطاولة وجهز أي أطباق أو أدوات ستحتاجها من الليلة السابقة وحين تستيقظ سيكون تجهيز الإفطار أمرا سهلا أتريد أن ترسم المزيد ضع أقلامك الرصاصية والجافة ودفاترك وأدوات الرسم على مكتبك بحيث يسهل الوصول إليها أتريد التدرب جهز ملابس التدريب والحذاء وحقيبة الملابس وزجاجة الماء قبل مواعد التدريب أتريد تحسين نظامك الغذائي قطع كمية كبيرة من الفكهة والخضروات في عطلة نهاية الأسبوع وضعها في أوعية بحيث تكون لديك خيارات صحية بديلة وسهلة خلال الأسبوع هذه طرق بسيطة كي تجعل الطريق إلى العادة الحسنة هو الطريق الأقل لمقاومة يمكنك أيضا أن تعكس هذا المبدأ وتجهز بيئتك بحيث تصعب حدوث العادات السيئة فإذا وجدت أنك تكسر من مشاهدة التلفاز حينها كن بفصله بعد كل مرة تشاهده فيها ولا تكن بتوصيله مجددا إلا إذا قلت بصوت عال اسم البرنامج الذي تريد مشاهدته هذا الترتيب يخلق صعوبة كافية تمنعك من الإنجراف ومشاهدة التلفاز دون وعي منك إذا لم يفلح هذا يمكنك أن تمضي في الأمر خطوة أبعد فكن بفصل التلفاز وأخرج البطاريات من جهاز التحكم عن بعض بعد كل استخدام بحيث تحتاج إلى عشر ثوان إضافية كي تشغله وإذا كنت جدا بحق في الأمر فالتكن بإخراج التلفاز من غرفة المعيشة وأعد إلى الخزانة بعد كل استخدام ستتأكد وقتها من أنك لن تخرجه إلا إذا كنت تريد مشاهدة شيئا ما فكلما زادت الصعوبة قل احتمال حدوث العادة متى أمكن؟ أترك هاتفي في غرفة أخرى حتى وقت الغداء فعندما يكون بجواري أواصل تفقده طوال فترة الصباح من دون داعي على الإطلاق لكن حين يكون في غرفة أخرى نادرا ما أفكر فيه وتكون الصعوبة كبيرة إلى درجة أنني لا أنهض وآتي به إلا إذا كان هناك سبب لذلك ونتيجة لهذا أحصل على ثلاث أو أربع ساعات كل صباح أستطيع العمل فيها من دون مقاطعة إذا لم يبدو أن نوضع هاتفك في غرفة أخرى كافيا يمكنك أن تخبر صديقا أو فردا من أفراد الأسرة بأن يخفي الهاتف عنك لبدع ساعات أو اطلب من زميل عمل أن يبقي في مكتبه فترة الصباح وأن يعطيك إياه وقت الغداء من المدهش كيف أن قدرا قليلا من الصعوبة يكفي لمنع السلوك غير مرغوف فيه فعندما أخبأ الجاعة في مؤخرة السلاجة بحيث لا أراها أشرب منها كمية أقل وحين أمسح تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفي قد تمر علي أسابيع قبل أن أقوم بتنزلها واستخدمها مجددا من غير المرجح أن تنجح هذه الخطوات في علاج الإدمان الحقيقي لكن لكثير مننا يمكن لقدر بسيط من الصعوبة أن يحدث الفارق بين الإلتزام بعادة حسنة أو الإنزلاق إلى عادة سيئة تخيل التأثير التراكمي لإجراء عشرات التغييرات والعيش في بيئة مصممة لجعل السلوكيات الحسنة أسهل وجعل السلوكيات السيئة أصعب وسواء كنت تقدم على تغيير السلوك كفرد أو كوالد أو كمدرب أو كقائد فعليك أن تسأل نفسك السؤال عينه كيف يمكنني أن أصمم عالما يكون فيه من الأسهل فعل ما هو صواب ولتوعيد تصميم حياتك بحيث تكون الأفعال التي تهم هي الأفعال التي يسوي القيام بها ملخص الفصل يتبع السلوك البشري قانون الجهد الأقل فنحن ننجذب بصورة طبيعية نحو الخيار الذي يتطلب القدر الأقل من العمل اخلق بيئة يكون فيها فعل الصواب من أسهل ما يمكن قلل الصعوبات المصاحبة للسلوكيات الحسنة فعندما تكون الصعوبة منخفضة تكون العادة سهلة كن بزيادة الصعوبات المصاحبة للسلوكيات السيئة فعندما تكون الصعوبة مرتفعة تكون العادة صعبة جهز بيئتك بحيث تكون الأفعال المستقبلية أسهل كيف تتوقف عن التسويف باستخدام قعدة الدقيقتين تشتهر تويلة سارب بكونها واحدة من أعظم الراقصات ومصممي الراقصات في العصر الحديث وفي العام 1992 فازت تويلة بزمالة ماك أرثر التي يشار إليها بأنها منحة العباكرة وقد قضت السواد الأعظم من حياتها المهنية وهي تجوب دول العالم وتؤدي رقصتها الأصلية وتنسب تويلة كثير من نجاحها إلى العادات اليومية البسيطة وقد كتبت أبدأ كل يوم بتقص معين فأنا أستيقظ في الخامسة والنصف صباحا وأرتدي ملابس تدريب وجورة بالتدفئة وكنزتي وكبعتي ثم أخرج من منزلي الواقع في مانهاتين وأنادي على سيارة أجرة وأخبر الصائق أن يأخذني إلى صالة تدريبات بامبينج آيرون الواقع في تقاطع الشارع الواحد وتسين وطريق فيفث أفينو وهناك أتدرب لمدة ساعتين لا تمثل الطقس في تمرينات الاستطالة ورفع الأسقال التي أقوم بها كل صباح في الصالة وإنما في منادات السيارة الأجرة فعندما أخبر الصائق بالمكان الذي سيأخذني إيديه أكون قد أكملت الطقس إنه فعل بسيط ويرى أن القيام به كل صباح صار يرسخه كعادة ويجعله قابلا للتكرار وسهل الفعل وهذا يقلل خطورة أن أتغافل عنه أو أقوم به بشكل مختلف إنه بند آخر في ترسانة روتيني اليومي وشيء آخر لا يتعين علي التفكير فيه ربما تكون منادات سيارة أجرة كل صباح فعلا بسيطا ويرى أنه مثال رائع على قانون الثالث لتغيير السلوك بحسب تقديرات الباحثين فإن نسبة تتروح بين 40 و50 بالمائة من أفعالنا كل يوم تحدث بحكم العادة هذه بالفعل نسبة كبيرة ويرى أن التأثير الحقيقي لعاداتك أعظم حتى مما توحي بها هذه الأرقام فالعادات خيارات أوتوماتيكية تؤثر على القرارات الوعية التي نتخذها نعم يمكن أن تكتمل العادة بعد بضع ثوان ويرى أن بمقدرها أيضا أن تشكل الأفعال التي تستغرق الدقائق والساعات التالية عليها إن العادات تعمل عمل الحارات المرورية التي تأخذنا إلى الطريق السريع فهي تقودنا إلى طريق ما وقبل أن ندري نجد أنفسنا نسرع نحو السلوك التالي فمواصلة سلوك ما يبدو أسهل كثيرا من البدء في سلوك جديد مختلف فأنت تواصل مشاهدة فيلم سيء لساعتين وتواصل التهام الأطعام الخفيفة رغم شعورك بالشبعة وتتفقد هاتفك لثانية أخرى وسريعا ما تجد أنك أنضيت 20 دقيقة وأنت تحدك في شاشة هاتفك وبهذه الطريقة فإن العادات التي تتبعها من دون تفكير كثيرا ما تحدد الخيارات التي ستقدم عليها عند التفكير في كل ليلة سمت حركة بسيطة تحدث نحو الساعة الخامسة والربع مساء تحدد الكافية التي ستسير عليها بقية الليلة فحين تعود زوجتي من العمل فإما نغير ملابسنا ونرتدي ملابس التدريب ونتوجه إلى صالة التدريبات أو نستلقي على أريكا ونطلب طعاما هنديا ونشاهد مسلسل وعلى نحو المشابه لمنادات تويلة سارب بسيارة الأجرة فإن الطقس الخاص بنا هو تغيير ملابس وارتداء ملابس التدريب فإذا غيرت ملابسي أعلم أن التدريب سيتم وكل شيء يربع ذلك القيادة إلى صالة التدريبات وتحديد أي تمرين سأكون به وممارسة التمرين يكون سهلا بمجرد أن أخذ الخطوة الأولى الفارج بين اليوم الجيد واليوم السيء يتمثل عادة في بضع خرارات منتجة وصحية تتخذ في لحظات حاسمة كل لحظة منها تمثل مفترق طرق وهذه الخيارات تتراكم طوال اليوم ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى نتائج مختلفة تماما ففي كل يوم سمت عدد من اللحظات التي تحدث تأثيرا ضخما وأشير إلى هذه الخيارات البسيطة بإسم اللحظات الحاسمة مثل اللحظات التي تكرر فيها ما إذا كنت ستطلب طعاما جاهزا أم ستطه طعاما لنفسك أو اللحظة التي تختار فيها بين قيادة سيارتك وركوب الدراجة أو اللحظة التي تختار فيها بين البدء في واجبك المنزلي أو لاب ألعاب الفيديو فهذه الخيارات تمثل مفترق طرق تحدث اللحظات الحاسمة الخيارات المتاحة أمامك في المستقبل على سبيل المثال دخول المطعم يعد لحظة حاسمة لأنها تحدد ما ستتناوله على الغداء ظاهريا أنت في موضع السيطرة لكن بمعنى أعام أنت مقيد بالخيارات الموجودة في قائمة فإذا دخلت مطعما للحوم المشوية يمكنك أن تختار بين لحم الخاصرة أو الضلوع لكن لا يمكنك اختيار السوشي فخياراتك مقيدة بما هو متاح وهي تتشكل من واقع خيارك الأول إننا مقيدون بما تقودنا إليه عادتنا ولهذا السبب تعد السيطرة على اللحظات الحاسمة خلال اليوم أمرا شديد الأهمية فكل يوم يتألف من عدد كبير من اللحظات لكن في الواقع بدعة خيارات بحكم العادة هي التي تحدد المسارى الذي ستسلكه وهذه الخيارات البسيطة تتراكم وكل خيار منها يحدد المسارى خاص بكيفية قضاءك اللحظة التالية من وقتك فالعادات هي النقاط البداية لا النهاية وهي سيارة الأجرة لا صالة تدريب قاعدة الدقيقتين حتى حين تعلم أن عليك أن تبدأ بشيء بسيط منستهل أن تبدأ بما يفوق قدرتك على الاحتمال فعندما تحلم بإجراء تغيير ستشعر بالإثارة لا محالة وينتهي بك الحال وأنت تحاول بسل جهد أكبر مما ينبغي في وقت مبكر عما ينبغي والطريقة الأكثر فعالية التي أعرفها كي تعالج هذه النزعة هي استخدام قاعدة الدقيقتين والتي تنص على ما يلي حين تبدأ عادة جديدة ينبغي أن يستغرق القيام بها أقل من دقيقتين وستجد أن أي عادة تقريبا يمكن اختزالها إلى نسخة منها تؤدى في دقيقتين أقرأ قبل الخلود إلى النوم كل ليلة تصير أقرأ صفحة واحدة أمارس اليوجة لثلاثين دقيقة تصير أخرج بصات اليوجة الخاص بي أدرس ما تعلمته في الفصل الدراسي تصير أفتح ملاحظاتي أطوي لغسيل تصير أطوي زوجا واحدا من الجوارب أعدو ثلاثة أميال تصير أربط حزاء الرقد الخاص بي الفكرة هنا هي أن تجعل العادة سهلة البدء بقدر الإمكان فأي شخص يستطيع التأمل لدقيقة واحدة أو قراءة صفحة واحدة أو طي قتعة ملابس واحدة وكما نقشنا للتو فإن هذه الاستراتيجية فعالة لأنك بمجرد أن تبدأ في فعل الشيء الصحيح يكون من الأسهل أن توصل أو قيام به فلا ينبغي أن تشعر بأن العادة الجديدة صعبة للغاية قد يكون الفعل التالي عليها صعبا لكن من المفترض في أول دقيقتين أن تكون سهلتين إن ما نريده هو عادة مفتاحية تؤدي بك بصورة طبيعية إلى مسار أكثر إنتاجية وبإمكانك عادة أن تتوصل إلى العادة المفتاحية التي ستؤدي بك إلى النتائج المنشودة عن طريق تصنيف أهدافك وفق تدريج تراوح من شديدة السهولة إلى شديدة الصعوبة على سبيل المثال يعد إكمال سباك المارسون أمرا شديد الصعوبة بينما الرقد خمسة كيلو مترات أمر صعب والمشي عشرة آلاف خطوة أمر متوسط الصعوبة والمشي عشر دقائق أمر سهل وانتعال حزاء الرقد أمر شديد السهولة ربما يكون هدفك هو إكمال سباك المارسون غير أن عادتك المفتاحية لينتعال حزاء الرقد وإليك الطريقة التي تتبع بها قاعدة الدقيقتين تأليف كتاب أمر شديد الصعوبة كتابة مقال من خمسة آلاف كلمة أمر صعب كتابة ألف كلمة أمر متوسط الصعوبة كتابة فقرة واحدة أمر سهل كتابة جملة واحدة أمر شديد السهولة الحصول على درجة الدكتوراه أمر شديد الصعوبة الحصول على تقدير امتياز في كل مواد أمر صعب الدراسة لثلاث ساعات أمر متوسط الدراسة العشر دقائق أمر سهل فتح الملاحظات أمر شديد السهولة يرى الناس دائما أن من الغريب أن يشعروا بالحماسة من قراءة صفحة واحدة أو التأمل لدقيقة واحدة أو إجراء مكالمة مبيعات واحدة غير أن المغزى هنا ليس القيام بشيء واحد وحسب بل إتقان عادة البدء ففي حقيقة الأمر يجب أن تترسخ العادة أولا قبل أن يتم تحسنها وإذا عاجزت عن تعلم المهارة الأساسية الخاصة بالبدء فلن يكون سمت أمل كبير في إتقان التفاصيل الدقيقة وبدلا من محاولة هندسة عادة مثالية من الصفر فلتفعل الشيء البسيط على نحو المتواصل فعليك أن ترسل معيار قبل أن تقوم بالتحسين إذا أتقنت فن البدء تصير الدقيقتان الأوليان تقصى يؤدى في بداية روتين أكبر ليست هذه محدة حيلة لجعل العادات أسهل وإنما هي في الواقع الطريقة المسلى لإتقان مهارة صعبة فكلما حاولت بداية العملية إلى تقصى محدد يكون من الأرجح أن تدخل في حالة التركيز العميق المطلوبة لفعل أمور عظيمة فعن طريق تأدية تمارين الإحماء قبل كل تدريب ستجعل من يستهل عليك الوصول إلى زرورة الأداء وعن طريق اتباع التقصى الإبداعي نفسه ستجعل من يستهل عليك الوصول إلى حالة الإبداع الصعبة وعن طريق تطوير عملية دائمة لخفض الطاقة ستجعل من يستهل عليك الخلود إلى النوم في وقت مناسب كل ليلة ربما لا تستطيع إتمام العملية كلها لكن يمكن تجعل الفعل الأول منها أوتوماتيكيا فلتسهل عملية البدء وسيأتي الباقي من تلقاء نفسه ربما تبدو قاعدة الدقيقتين أشبه بالخدع في نظر البعض فأنت تعلم أن الهدف الحقيقي هو أن تمارس العادة لأكثر من دقيقتين لذا ربما يبدو الأمر وكأنك تحاول خداع نفسك فلا أحد في الحقيقة يطمح إلى كراءة صفحة واحدة أو القيام بتمرين الضغط واحدة أو فتح الملاحظات وحسب وإذا كنت تعلم أنها حيلة عقلية فكيف تقع فيها إذن؟ إذا شعرت بأن اتباع قاعدة الدقيقتين أمرا صعبا جرب ما يلي انخرج في العادة لمدة دقيقتين ثم توقف اذهب للرقد لكن عليك أن تتوقف بعد مرور دقيقتين ابدأ التأمل لكن عليك التوقف بعد دقيقتين ادرس لغة صعبة لكن عليك التوقف بعد دقيقتين إنها ليست استراتيجية للبدء بل هي استراتيجية للأمر كله فعادتك يجب أن لا تدوم أكثر من 120 ثانية فقط استخدم أحد الكراءة هذه الاستراتيجية كي يفقد أكثر مما أدرطل من وزنه في البداية كان يذهب إلى صالة التدريبات كل يوم لكنه كان يخبر نفسه أنه غير مسموح له بالبقاء أكثر من 5 دقائق فكان يذهب إلى صالة التدريبات ويتدرب ل5 دقائق ثم يغادر وبمجرد انتهاء الوقت وبعد بدعة أسابيع نظر حوله وفكر حسنا أنا آتي إلى هنا دائما على أي حال ربما أبدأ في البقاء لفترة أطول وبعد بدعة السنوات كان قد فقد لكل الوزن الإضافي يعد تدوين اليوميات مثالا آخر إن كل شخص تقريبا يستطيع الاستفادة من تدوين الأفكار التي تدور في رأسه على الورق غير أن معظم الناس يتوقفون بعد بضعة أيام أو يتجنبون الأمر تماما لأن التدوين يبدو مثل العمل المرهق والسر هنا هو أن تظل دائما تحت النقطة التي يتحول فيها الأمر إلى عمل مرهق وقد غرس جريج ماكون استشارك قيادة من المملكة المتحدة في نفس عادة تدوين اليوميات عن طريقه الكتابة بقدر أقل مما يريد فقد كان يتوقف عن التدوين قبل أن يبدو الأمر له عملا مرهقا كما كان إيرنيست هيمينجوي يؤمن بصحة نصيحة مشابهة فيما يخص أي نوع من الكتابة إذ قال الطريق الأمثل دائما هو التوقف حين تسيير الكتابة بشكل جيد هذه الاستراتيجيات تنجح لسبب آخر أيضا وهو أنها تعزز الهوية التي تريد أن تبنيها فإذا ذهبت إلى صالة التدريبات خمسة أيام متتالية حتى ولو لمدة دقيقتين وحسب فأنت بهذا تعزز هويتك الجديدة أنت لم تقلقا بشأن الحصول على جسد ممشوق بل أنت تركز على أن تصير من نوعية الأشخاص الذين لا يفوتون تدريباتهم وأنت تؤدي أبسط فعل يؤكد نوعية الشخص الذي تريد أن تكونه نادرا ما نفكر في التغيير بهذه الطريقة لأن كل شخص منشغل بالهدف النهائي غير أن تمرين الضغط واحدة أفضل من عدم التمرين على الإطلاق والتدريب على الجيتار لدقيقة واحدة أفضل من عدم التدريب على الإطلاق والكراءة لدقيقة واحدة أفضل من عدم فتح كتاب على الإطلاق فالقيام بالشيء بقدر أقل مما تأمل أفضل من عدم القيام به على الإطلاق في نقطة ما بمجرد أن ترسل عادة وتبدأ فيها كل يوم ستتمكن من دمج قاعدة الدقيقتين مع طريقة نسميها تشكيل العادات وذلك حتى تنضي في عادتك نحو الهدف النهائي ابدأ بإتقان أول دقيقتين من النسخة الأصغر من السلوك وبعد ذلك تقدم إلى خطوة وسيطة وكرر العملية بحيث تركز فقط على أول دقيقتين وتتقن هذه مرحلة قبل الانتقال إلى المستوى التالي عليها وفي النهاية ستتشكل لديك العادة التي كنت تأمل في بنائها مع التركيز في الوقت ذاته على الموضوع الذي ينبغي أن تظل مركزا عليه أول دقيقتين من السلوك أمثلة لتشكيل العادات العادة الاستيقاظ مبكرا المرحلة الأولى ارجع للمنزل قبل العاشرة مساء كل ليلة المرحلة الثانية أغلق كل الأجهزة التلفاز الهاتف قبل العاشرة مساء كل ليلة المرحلة الثالثة أخلد إلى الفراش قبل العاشرة مساء كل ليلة المرحلة الرابعة أغلق الأنوار قبل العاشرة مساء المرحلة الخامسة استيقص في السادسة صباحا كل يوم العادة أن تصير نباتيا المرحلة الأولى ابدأ في أكل الخضروات مع كل وجبة المرحلة الثانية توقف عن أكل الحيونات التي تصير على أربعة المرحلة الثالثة توقف عن أكل الحيونات التي تصير على إثنتين المرحلة الرابعة توقف عن أكل الحيونات عديمة الأرجل المرحلة الخامسة توقف عن أكل كل المنتجات الحيوانية العادة البدء في التدريب المرحلة الأولى ارتدي ملابس التدريب المرحلة الثانية اخرج من باب المنزل المرحلة الثالثة اذهب إلى صارة التدريبات وتدرب لخمس دقائق ثم غادر المرحلة الرابعة تدرب خمسة عشر دقيقة مرة واحدة اسبوعيا على الأقل المرحلة الخامسة تدرب ثلاث مرات اسبوعيا أي هدف حياتي كبير يمكن تحويله إلى سلوك يتم فيه دقيقتين أريد أن أعيش حياة صحية وأعيش طويلا أريد أن أكون منشوق القوام أحتاج إلى التدرب أحتاج إلى ارتداء ملابس التدريب يمكنك توظيف قاعدة الدقيقتين كلما وجدت نفسك تعاني في سبيل الالتزام بعادة ما فهي طريقة بسيطة لجعل عادتك سهلة ملخص الفصل من الممكن إكمال العادات في بدء ثوان لكنها تواصل التأثير على سلوكك لدقائك أو ساعات تالية الكثير من العادات يحدث في لحظات حاسمة خيارات تشبه مفترك الطرق وهي إما ترسلك في اتجاه يوم منتج أو في اتجاه يوم غير منتج تنص قاعدة الدقيقتين على ما يلي حين تبدأ عادة جديدة ينبغي أن يستغرق القيام بها أقل من دقيقتين كلما حولت بداية العملية إلى تقصي محدد يكون من الأرجح أن تدخل في حالة التركيز العميق المطلوبة لفعل الأمور عظيمة عليك أن ترسل معيار قبل أن تقوم بالتحسين فلا يمكنك تحسين عادة غير موجودة كيف تجعل العادات الحسنة الحتمية والعادات السيئة المستحيلة؟ في صيف العام 1830 كان فيكتور هوجو يواجه موعدا نهائيا مستحيلا فقبل هذا التاريخ بإثنى عشر شهرا كان الكاتب الفرنسي قد وعد أن يشيره بكتاب جديد لكن بدلا من أن يعكف على الكتابة قضى ذلك العام في متابعة مشروعات أخرى واستضافة الديوف وتأجيل عمله وكان رد فعل الناشر المحبط هو تحديد موعد نهائي يبعد أقل من ستة أشهر وتعين على هجو الانتهاء من الكتاب بحلول شهر فبراير 1831 وضع هجو خطة غريبة للقضاء على تسويف فجمع كل ملابسه وطلب من مساعد له أن يضعها في خزانة كبيرة وأن يغلقها ولم يكن لديه ما يرتديه إلا شال كبير ونتيجة الافتقار إلى الملابس الملائمة للخروج ظل هجو في غرفة مكتبه وانهمك في كتابة خلال خريف وشتاء العام 1830 وفي الرابع عشر من يناير 1831 أي قبل موعد النشر المحدد بأسبوعين ظهرت رواية أحدى بنوتردام للنور في بعض الأحيان لا يكون النجاح متعلقا بجعل العادات الحسنة سهلة بقدر ما يكون متعلقا بجعل العادات السيئة صعبة وهذه هي الصورة بمعكوسة لقانون الثالث لتغيير السلوك جعلها صعبة فإذا وجدت نفسك تعاني باستمرار في السير على خطتك حينها يمكنك أن تحتزي بهجو وتجعل عاداتك السيئة أكثر صعوبة عن طريق صياغة ما سماه علماء النفس أداة الالتزام وأداة الالتزام هي خيار تتخذ في الوقت الحاضر يتحكم في أفعالك في المستقبل وهي طريق لتحديد السلوك المستقبلي وإلزامك بالعادات الحسنة ومنعك من العادات السيئة فعندما أبعد هوجه كل ملابسه حتى يستطيع التركيز على كتابة كان يخلج بذلك أداة الالتزام الخاصة به ثم الترق عديدة لخلق أداة الالتزام فيمكنك تقليل الإفراط في تناول الطعام بأن تشتري الطعام في عبوات منفردة بدلا من العبوات الجملة ويمكنك أن تطلب وضعك على قوائم المنع في مواقع المكامرة على الإنترنت حتى تمنع نفسك مستقبلا من المكامرة وقد سمات عن رياضيين يتعين عليهم وزن أنفسهم قبل منافسات معينة وأنهم يتركون محافظهم في البيت خلال الأسبوع السابق على الوزن حتى لا يقعوا تحت إغراء شراء الطعام السريع وفي مثال آخر اشترى نير إيال صديقي الخبير في العادات مؤقتا قاطعا للطيار ووضعوا بين جهاز الراوتر وبين منفذ الكهرباء في بيته وفي العاشرة من مساء كل ليلة يفصل المؤكد التيار عن الراوتر وحين ينقطع الإنترنت يعلم الجميع أن وقت الخلود إلى الفراش قطحاني إن أدوات الالتزام مفيدة بأنها تمكنك من الاستفادة من النيات الطيبة قبل أن تسقط ضحية للإغراء فكلما أكون بصدى التقليل السعرات الحرارية في طعامي أطلب من النادل تقسيم وجبتي ووضع نصفها في عبوة كي أخذها معي وذلك حتى قبل تقديم الوجبة لي وإذا انتظرت حتى تأتي الوجبة وقلت لنفسي سأتناول لصها وحسب فلن يفلح الأمر مطلقا السر هنا هو تغيير المهمة بحيث يستلزم الإقلاع عن العادة الطيبة مجهودا أكثر من البدء فيها وإذا شعرت بالتحفيز كي تكون صاحب قوام ممشوق خطط لجلسات اليوجا وادفع ثمنها مقدما وإذا كنت تشعر بالحماسة بشأن العمل الذي تريد أن تبدأه ابعث بريدا إلكترونيا إلى رائد أعمال تحترمه ورتب معه مكالمة استشارية وحين يأتي وقت الفعل يكون المخرج الوحيد هو إلغاء الاجتماع وهذا يتطلب جهدا ويكلف مالا إن أدوات الالتزام تزيد احتمالات فعلك للشيء الصواب في المستقبل عن طريق جعل العادات السيئة صعبة في الحاضر ومع ذلك يمكن فعل ما هو أفضل من ذلك إذ يمكن جعل العادات الحسنة حتمية والعادات السيئة مستحيلة كيف تجعل العادة أوتوماتيكية ولا تفكر فيها مجددا ولد جون هنري باترسون في دايتوم بولاية أوهايو في العام 1844 وقد قضي طفولته وهو يؤدي المهام في مزرعة الأسرة ويعمل في منشرة الأخشاب التي يمتلكها والده وبعد أن ارتاد باترسون الكلية في دارت موس عاد إلى أوهايو وافتتح متجرا لمستلزمات التنقيب عن الفحم بدت الفرصة جيدة فلم يكن المتجر يواجه منافسة كبيرة وكان يتمتع بطيار ثابت من العملاء غير أنه كان يجد صعوبة في تحقيق الأرباح حينئذ اكتشف باترسون أن العاملين في المتجر كانوا يسركونوا في منتصف قرن التاسع عشر كانت السرقة مشكلة شائعة فهو كانت الإصالات توضع في أدراج مفتوحة وكان من السهل التغيير فيها أو التخلص منها لم تكن هناك كاميرات مراقبة لتتبع سلوك العاملين أو برامج حاسوبية لتتبع المعاملات وما لم تكن مستعدا للوقوف بجوار موظفيك كل دقيقة من اليوم أو إدارة كل المعاملات بنفسك كان من العسير منع السرقة بينما كان باترسون يتدبر هذه الورطة صادف إعلانا عن اختراع جديد يدعى ماكينة نقض ريتي المنيع ضد السرقة كانت هذه الماكينة التي سممها ابن داتون جيمس ريتي أول ماكينة نقض من نوعها وقد كانت الماكينة تنغلق على النقود والإصالات الموضوعة داخلها بعد كل معاملة اشترى باترسون ماكينتين مقابل خمسين دولار للواحدة وبين عشية وضحاها اختفت السرقة في متجره وخلال الشهور الستة التالية لم يعد متجر باترسون يخسر المال وإنما حقق أرباحا بلغت خمسة آلاف دولار أي ما يعادل أكثر من مائة ألف دولار بأسعار اليوم انبهر باترسون بماكينة النقود إلى درجة أنه غير مجال عمله فاشترى حقوق اختراع ريتي وافتتح شركة ماكينات النقض الوطنية وبعد عشر سنوات كان يعمل في الشركة أكثر من ألف موظف وكانت في طريقها إلى أن تصبح واحدة من أنجح الشركات في وقتها إن الطريقة المسلى للتخلص من عادة سيئة هي أن تجعل القيام بها أمرا عديم الجدوى فعليك بزيادة الصعوبات بحيث لا يصير خيار فعل العادة متاحا من الأساس إن عققرية مكينة النقض تتمثل في أنها قامت بجعل السلوك الأخلاقي أوتوماتيكيا عن طريق جعل السرقة مستحيلة التنفيذ تقريبا وبدلا من محاولة تغيير الموظفين فإنها جعلت السلوك المفضل أوتوماتيكيا بعض الأفعال مثل تركيب مكينة تسجيل المدفوعات النقضية تؤتي ثمارها مرارا وتكرارا وهذه الأفعال التي تؤدى مرة واحدة تتطلب جهدا بسيطا في البداية غير أنها تعود بقيمة متزيدة مع مرور الوقت كم أنبهر من فكرة أن الخيار الواحد يمكن أن يعود بالفائدة مرورا وتكرارا وقد استطلعت آراء كرائي حول أفعالهم المفضلة التي تؤدى لمرة واحدة والتي تنتج عنها عادات طويلة المدى ويعرض الجدول التالي بعضا من أكثر الإجابات شيوعا أراهن أنه لو قام أي شخص عادي بتنفيذ نصف الأفعال الوردة في هذه القائمة فسيجد نفسه على الغالب يعيش حياة أفضل بعد عام من الآن فهذه الخيارات التي تؤدى لمرة واحدة تمثل طريقة مباشرا لتوظيف قانون الثالث لتغيير السلوك وهي تسهل عليك الحصول على نوم أفضل وتناول طعام صحي وأن تكون أكثر إنتاجية وأن تدخل المال وأن تعيش حياة أفضل عموما أفعال تؤدى لمرة واحدة وترسخ العادات الحسنة الغذاء اشتري مرشحا لتنقية مياه الشرب استخدم أطباقا أصغر لتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية السعادة اقتني كلبا انتقل إلى منطقة التسلم بالود وأكثر اجتماعية النوم اشتري حاشية فراش جديدة اشتري ستائل سقيلة أخرج التلفاز من غرفة النوم الصحة العامة احصل على التطاعمات واللقاحات اشتري حزاء جيدا لتجنب آلام الظهر اشتري مقعدا داعما أو مكتبا تعمل عليه بينما تقف الإنتاجية كن بوقف اشتراكك في رسائل البريد الإلكتروني أغلق الإشعارات والتنبيهات الخاصة بالمحادثات الجماعية حول هاتفك إلى وضعية الصمت استخدم مرشحات البريد الإلكتروني كي تنظم صندوق الوارن كن بمسح الألعاب وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من هاتفك الشؤون المالية انضم إلى خطة الدخار أوتوماتيكية كن بدفع الفواتير أوتوماتيكيا كن بإلغاء اشتراكك في خدمات التلفاز المدفوعة اطلب من مقدمي الخدمات خفض فواترهم بطبيعة الحال سمى الطرق عدة لجعل العادات الحسنة أوتوماتيكية والتخلص من العادات السيئة وتتضمن هذه الطرق في المعتاد استخدام التكنولوجيا بحيث تعمل في صالحك إن بمقدور التكنولوجيا أن تحول الأفعال التي كانت فيما سبق صعبة ومزعجة ومعقدة إلى سلوكيات سهلة وغير مؤلمة وبسيطة فهي الطريقة الأكثر فعالية وموثوقية لضمان حدوث السلوك الصحيح وهذا مفيد على الخصوص في السلوكيات التي تحدث بصورة متبعدة بحيث يصعب أن تصير اعتيادية فالأشياء التي تقوم بها شهريا أو سنويا مثل موازرة حافظتك الاستثمارية لا تتكرر بوثيرة كافية بحيث تصير عادة ولهذا يمكن الاستفاد منها عبر التكنولوجيا التي تتذكر القيام بها من أجلك ومن الأمثلة الأخرى ما يلي الطب من الممكن إعادة صرف الرشدات أوتوماتيكيا الشؤون المالية الشخصية يستطيع الموظفون الادخار للتقاعد عن طريق الخصم الأوتوماتيكي من الأجور الطهو يمكن استخدام خدمات توصيل الوجبات في تسوق البقالة الإنتاجية يمكن تقليل أو منع تصفح وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حاجب للمواقع وحين تكون بأتمتة أكبر قدر ممكن من حياتك ستتمكن من بذل جهدك في المهامة التي لا تستطيع المكينات حاليا القيام بها فكل عادة نضعها تحت سلطة التكنولوجيا تحرر وقتا وطاقة يمكن توجيههما إلى المرحلة التالية من النمو وكما كتب الرياضي والفلسوف ألفريد نورس فإن الحضارة تتقدم عن طريق التوسع في العمليات التي نستطيع تأدياتها من دون التفكير فيها بالطبع من الممكن أن تصير قوة التكنولوجيا نكم علينا كذلك فقد صارت المشاهدة المتواصلة شيئا معتادا لأنه صار عليك بذل جهد إضافي كي تتوقف عن النظر إلى الشاشة مقارنة بمواصلة مشاهدة وبدلا من الضغط على زر كي تنتقل إلى الحلقة التالية تقوم نتفليكس ويوتيوب بعدها بشكل أوتوماتيجي وكل ما عليك فعله هو ابقاء عينيك مفتوحتين وحسب تخلق التكنولوجيا مستوى من الراحة يمكنك من إجباع أدفه رغباتك وأهوائك فعند الشعور بأقل بادرة من الجوع يمكنك أن تطلب الطعام بحيث يوصل إلى باب منزلك وعند الشعور بأقل بادرة من الملل تهين في العالم الواسع الوسائل التواصل الاجتماعي فعندما يصير الجهد مطلوب لإجباع رغبتك معدوما بشكل فالي يمكنك أن تجد نفسك وقد انزلقت في النزوات التي تنشأ بصورة لحظية والجانب السلبي للأتمتة هو أننا قد نجد أنفسنا ننتقل من مهمة سهلة إلى أخرى من دون إفساح الوقت العمل الأصعب لكنه الأكثر إجباعا في نهاية كثيرا ما أجد نفسي منجذبا إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال أي وقت تنخفض فيه إنتاجياتي فإذا شعرت بالملل ولو لجزء من الثانية أمسك بهاتفي على الفور من السهل التغاضي عن هذه المشاتتات البسيطة بوصفها تندرج تحت بند أخذ استراحة لكن مع مرور الوقت من الممكن أن تتراكم متصير مشكلة خطيرة فالإنهاك المتواصل الناجم عن قضاء ضقيقة أخرى يمكن أن يمنعني من القيام بأي شيء ذي أهمية لست الوحيد في هذا الأمر فالشخص العادي يخضي أكثر من ساعتين يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي ترى ما الذي يمكنك فعله بستمائة ساعة إضافية كل عام خلال العمل الذي ألفت فيه هذا الكتاب جربت استراتيجية جديدة لإدارة وقتي ففي بداية كل أسبوع عمل كانت مساعدتي تغير كلمات المرور الخاصة بكل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بي بحيث لا أستطيع استخدامها من أي جهاز من الأجهزة وطوال الأسبوع كنت أعمل من دون أي مشتتات وفي نهاية أسبوع العمل كانت ترسل لي كلمات المرور الجديدة وبهذا يكون لدي عطلة نهاية الأسبوع كلها أستمتع فيها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي صبيحة أول أيام العمل تغير كلمات المرور مجددا إذا لم يكن لديك مساعدة أطلب من صديق أو أحد أفراد الأسرة أن يغير كل منكم كلمات المرور الخاصة بالآخر كل أسبوع من أكبر المفاجآت كانت السرعة التي تأقلمت بها مع الأمر ففي خلال الأسبوع الأول من ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي أدركت أنني لا أحتاج إلى تفقدها بالكثرة التي كنت أتفقدها بها وبالتأكيد لم أكن بحاجة لفعل ذلك كل يوم وقد صار الأمر سهلا للغاية إلى أنه صار السلوك الطبيعي وبمجرد أن صارت العادة السيئة مستحيلة اكتشفت أنني في الحقيقة أمتلك التحفيز اللازم للعمل على مهام أكثر أهمية وبعد أن أزلت مصدر الإغراء من البيئة صار من الأسهل أن أركز على العادات الصحية حين تعمل أتمتة في صالحك فإن بوثعها أن تجعل عادتك الحسنة حتمية وعادتك السيئة المستحيلة وهي الطريقة القصوى لمنع نفسك من السلوكيات المستقبلية بدلا من الاعتماد فقط على قوة الإرادة حين تأتي اللحظة منشودة وعن طريق استخدام أدوات الالتزام والقرارات الاستراتيجية التي تتخذ مرة واحدة والتكنولوجيا ستتمكن من خلق بيئة تتسم بالحتمية مساحة لا تكون فيها العادات الحسنة مجرد نتيجة تأمل بها وإنما نتيجة مضمونة بشكل تام تقريبا ملخص الفصل عكس القانون الثالث لتغيير السلوك هو إجعلها صعبة أداة الالتزام هي خيار تتخذ في الحاضر يتحكم في أفعالك في المستقبل الطريقة المسلمة لمنع أي سلوك مستقبلي هي أتمتة عادتك الخيارات التي تتخذ لمرة واحدة مثل شراء حاشية فراش جديدة أو الالتزام بخطة الدخار هي أفعال منفردة تكون بأتمتة عادتك المستقبلية وتجلب لك فوائد منتزايدة مع الوقت يعد استخدام التكنولوجيا في أتمتة عادتك أي جعلها أوتوماتيكية هي الطريقة الأكثر فعالية وموصوقية لضمان حدوث السلوك الصحيح كيف تغرس عادة حسنة؟ القانون الأول اجعلها واضحة املأ بطاقة تسجيل عادات اكتب عادتك الحالية كي تصير ويعين بها استخدام نيات التنفيذ سوف أؤدي السلوك في الوقت في المكان استخدم تجديس العادات بعد العادة الحالية سأقوم بالعادة الجديدة صمم بيئتك اجعل الإشارات الخاصة بالعادات الحسنة واضحة ومرئية القانون الثاني اجعلها جذابة استخدم استراتيجية التجميع كن بضم فعل تريده إلى فعل آخر أنت بحاجة إلى القيام به انضم إلى ثقافة يكون فيها سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي اصنع طاقصا للتحفيز افعل شيئا تستمتع في القيام به قبل أي عادة صعبة مباشرة القانون الثالث اجعلها سهلة قلل الصعوبات قلل عرض الخطوات بينك وبين العادات الحسنة جاهز البيئة المحيطة جاهز بيئتك كي تجعل الأفعال المستقبلية أسهل أحسن التعامل مع اللحظات الحاسمة اتخذ خيارات بسيطة صحيحة تكون لها تأثيرات عظيمة استخدم قاعدة الدقيقتين اختزل عادتك بحيث يكون من الممكن فعلها في دقيقتين أو أقل كن بأتمتة عادتك استثمر في التكنولوجيا والأشياء التي تشترى لمرة واحدة كي تحسن سلوكك المستقبلي القانون الرابع اجعلها مشبع كيف تتخلص من عادة سهيئة عكس القانون الأول اجعلها خفية قلل التعرض كن بإزالة الإشارات الخاصة بعادتك السيئة من بيئتك عكس القانون الثاني اجعلها غير جذابة قاعد سياغة عقليتك كن بإبراز منافع تجنب عادتك السيئة عكس القانون الثالث اجعلها صعبة كن بزيادة الصعوبات زد عدد الخطوات بينك وبين العادات السيئة استخدم أدوات الالتزام قيد خياراتك المستقبلية واكسرها على الخيارات التي تفيدك عكس القانون الرابع اجعلها غير مشبعة القانون الرابع اجعلها مشبعة القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك في أواخل التسعينيات الكورن العشرين غادر موظف رعية صحية يدعى ستيفن لوبي بلدته أمها بولاية نبراسكا واشترى تذكرة ذهاب فقط إلى كراتشي بباكستان كان كراتشي واحدة من أكثر المدن العالم اقتزازا بالسكان وفي العام 1998 كان يعيش فيها أكثر من 9 ملايين شخص وقد كانت تضم كراتشي المركز الاقتصادي الباكستان ومركزا للنقل والمواصلات إذ كانت تضم أكثر المطارات والموانئ ازدحاما في المنطقة وفي الجزء التجاري من المدينة باستطاعتك العصور على كل السمات الحضرية المعتادة والشوارع الصاخبة في قلب المدينة غير أن كراتشي كانت أيضا واحدة من أقل مدن العالم قابلية للعيش فأكثر من 60% من سكان كراتشي كانوا يعيشون في أحياء فقيرة وأماكن مأخوذة بوضع اليد وكانت هذه الأحياء الفقيرة مقتصدة بمنازل مؤقتة مصنوعة من الألواح القديمة والأحجار وغير ذلك من المواد المهملة لم يكن ثمت نظام لتصريف المخلفات ولا شبكة كهرباء ولا إمداد بالمياه النظيفة وحين تكون الشوارع جافة فإنها تكون عاملة بالغبار والكمامة وحين تكون مبتلة فإنها تتحول إلى بركة موحلة من المخلفات كانت مستعمرات البعود تعيش في بركة المياه الآثنة وكان الأطفال يلعبون وسط الكمامة أدت الظروف غير الصحية إلى انتشار العلال والأمراض وتسببت مصادر المياه الملوثة في تفشي الإسهال والقيء وألام البطن وكان نحو سلسة أطفال الذين يعيشون هناك يوعينون من سوء التغذية وفي ظل احتشاد عدد كبير من الأشخاص في مساحة محدودة كانت العدوى الفيروسية والبكتيرية تنتشر بسرعة وكانت هذه الأزمة الصحية العامة هي ما جعلت ستيوي اللوبي يذهب إلى الباكستان فقد أدرك اللوبي وفريقه أنه في مثل هذه البيئة ذات الظروف الصحية السيئة من الممكن لعادة بسيطة مثل غسل الأيدي أن تحدث فريقا حقيقيا في صحة السكان غير أنهم اكتشفوا سريعا أن الناس هناك كانوا يعود بالفعل أهمية غسل الأيدي لكن بالرغم من هذه المعرفة فإن كثير من السكان كانوا يغسلون أيديهم بطريقة عشوائية فبعض الناس يضع اليدين تحت الماء بسرعة وبعضهم الآخر كان يغسل يدا واحدة وحسب وكثير منهم كانوا ينسون غسل أيديهم قبل أعداد الطعام كان الجميع يقولون أن غسل الأيدي مهم لكن كل منهم فقط كانوا يتخذونه عادة لهم لم تكن المشكلة ومشكلة معرفة وإنما كانت مشكلة مواظبة وقد أخبرني لوبي في باكستان كان الصابون الواقي نوعا ساخرا من الصابون وقد ذكر مشاركون في الدراسة كيف أنهم أحبوه كان الصابون ينتج رغوة غنية وكان الناس قادرين على تغطية أيديهم برغوة الصابون بسهولة كما كانت رائحة رائعة وعلى الفور صار غسل الأيدي عملية أكثر إمتاعا ويقول لوبي أرى أن الهدف من الدعوة إلى غسل الأيدي ليس تغيير السلوك وإنما تبني العادة فمن الأسهل كثيرا على الناس أن يتقبلوا منتجا يقدم إشارات شعورية إيجابية قوية كما في معجون الأسنان بطعم النعناع مثلا مقارنة بتمني عادة لا تقدم إحساسا ممتعا مثل تنظيف الأسنان بالخيط وقد تحدث فريق التسويق في شركة بروكتر أن جامبل عن محاولة خلق تجربة غسل الأيدي تجربة إيجابية وفي غدون شهور رأى الباحثون تحولا سريعا في صحة الأطفال في المنطقة إذ انخفضت الإصابة بالإسهال بنسبة 52% والالتهاب الرئوي بنسبة 48% والكوباء وهي عدوة جلدية بكتيرية بنسبة 35% بل وكانت التأثيرات طويلة الأمد أفضل من ذلك وقد أخبرني اللوبي لقد عدنا إلى بعض المنازل في كراتشي بعد 6 سنوات وقد وجدنا أن نسبة 95% من الأشخاص الذين منحوا الصابون مجانا وشجاعوا على غسل أيديهم صاروا يمتلكون في منازلهم أماكن لغسل الأيدي بالصابون والماء حين عاود فريق الدراسة زيارتهم لم نمنح أي صابون لهذه المجموعة لأكثر من 5 سنوات لكن خلال فترة التجربة صار أفرادها معتادين على غسل أيديهم إلى درجة أنهم حافظوا على الممارسة كان ذلك مثالا قويا على القانون الرابع الأخير لتغيير السلوك وهو اجعلها مشبعة فمن الأرجح أن نكرر سلوكياتنا حين تكون التجربة مشبعة وهذا أمر منطقي تماما فمشاعر المتعة هي إشارات تقول للدماغ هذا شعور طيب افعل هذا مجددا في المرة التالية فالمتعة تعلم الدماغ أن سمت سلوك ما يستحق التذكر والتكرار خذ مثلا قصة اللبان كان اللبان يباع تجاريا منذ كرن التاسع عشر غير أنه لم يتحول إلى عادة عالمية إلا بعد إطلاق لبان ريجلي في العام 1891 كانت الأنواع السابقة من اللبان تصنع مرات جاديم الطعم وكان يمضخ جيدا في الفم لكن لم يكن له مذاق وقد أحدث ريجلي ثورة في صناعة اللبان عن طريق إضافة نكهات مثل النعناع والفكهة الطازجة وهو ما جعل المنتج ذا نكهة وممتعا بعد ذلك تقدم أصحاب هذه المركة خطوة أبعد وبدأوا الترويج للبان بوصفه الطريق إلى فم نظيف وكانت الأعلانات تغبر الكراء أن عليهم تجديد الطعم تسببت النكهات اللذيذة وشعور الفم النظيف في التعزيز الفوري للمنتج وجعلته مشبعا عند الاستخدام ارتفع الاستهلاك حتى عنان السماء وصارت شركة ريجلي أكبر شركة لتصنيع اللبان في العالم كان لمعجون الأسنان قصة شبيهة إذ حقق المصنعون نجاحا كبيرا حين أضافوا نكهات مثل النعناع والكرفة إلى منتجاتهم لم تعمل هذه النكهات على تحسين فعالية معجون الأسنان لكنها ببساطة خلقت إحساس الفم النظيف وجعلت تجربة غسل الأسنان أكثر إمتاعا وقد توقفت زوجتي عن استخدام معجون أسنان سينسودين لأنها لم تكن تحب الطعم الذي يخلفه في فمها وتحولت إلى نوع آخر فيه نكهة نعناع أقوى منحها تجربة أكثر إشباعا وعلى العكس إذا لم تكن التجربة مشبعة فلن يكون لدينا أسباب تدعونا إلى تكرارها وفي خلال أبحاثي صدفتني قصة امرأة لها قريب نرجسي يسير جنونها وفي محاولة منها لقضاء وقت أقل مع هذا الشخص المزهوب ذاته بدأت في التصرف بشكل بليد وممل في حضوره وبعد بدع مرات بدأ هذا الشخص في تجنبها لأنه وجدها غير مثيرة للاهتمام هذه القصص أدلة على القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك وهي نحن نكرر السلوك الذي نكافأ عليه ونتجنب السلوك الذي نعاقب عليه وأنت تعلم ما ستفعله في المستقبل استنادا إلى ما كفقت عليه أو عاقبت عليه في الماضي فالمشاعر الإيجابية تنمي العادات والمشاعر السلبية تدمرها إن القوانين الثلاثة الأولى لتغيير السلوك اجعلها واضحة اجعلها جذابة اجعلها سهلة تزيد احتمالات حدوث السلوك هذه المرة أما القانون الرابع لتغيير السلوك اجعلها مشبع فيزيد احتمالات تكرار السلوك في المرة القادمة وهو بهذا يكمل حلقة العادات لكن ثمت شيء يجب الانتباه إليه وهو أننا لا نبحث وحسب عن أي نوع من الإشباع بل نحن نبحث عن الإشباع الفوري التعارض بين المكافئات الفورية والمؤجلة تخيل أنك حيوان تجوب سهول أفريقيا زرافة أو فيل أو أسد في جميع الأوقات يكون لقراراتك تأثير قوي فأنت تفكر على الدوام بشأن ما ستأكله أو المكان الذي ستنام فيه أو كيفية تجنب أحد المفترسين وأنت تركز على الدوام على الحاضر أو على المستقبل القريب للغاية وأنت بهذا تعيش فيما يسميه العلماء بيئة العائد الفوري لأن أفعالك تقدم نتائج واضحة وفورية الآن عد إلى ذاتك البشرية في مجتمعنا الحديث كثير من الخيارات التي تتخذها اليوم لن تفيدك على الفور فإذا أحسنت أداء عملك ستحصل على راتبك بعد بضعة أسابيع وإذا تدربت اليوم ربما لن تصير بدينا في العام القدم وإذا ادخلت المال الآن ربما سيكون معك ما يكفي من المال للتقاعد بعد عقود من الآن فأنت تعيش فيما يسميه العلماء بيئة العائد المؤجل لأن من الممكن أن تعمل لسنوات قبل أن تقدم أفعالك العائد المنشود إن الدماغ البشري لم يتطور كي يتكيف مع حياة في بيئة العائد المؤجل يصل عمر أقدم بقايا البشر الحديث المعروف باسم الإنسان العاقل إلى مائتي ألف عام تقريبا وقد كان هذا النوع من أول البشر الذين يمتلكون أدمغة شبيهة بأدمغتنا وعلى وجه التحديد كانت الكشرة الجديدة لها الحجم ذاته تقريبا منذ مائتي ألف عام كما هي اليوم إذن يمتلك البشر العتاد المادي نفسه الذي امتلكه أسلفهم في عصر حجر قديم مؤخرا وبحسب تحول المجتمع بالأساس إلى بيئة ذات عائد مؤجل ومكواراتا بعمر الدماغ يعد المجتمع الحديث جديدا للغاية وفي الماء تعامل أخيرة أو نحو ذلك شهدنا ظهورا للسائرات والطائرات والتلفاز والحاسبات الشخصية والإنترنت والهواتف الزكية والمطربين أمثال بيامسا كان أسلافنا شأن غيرهم من الحيوانات الأخرى في السفنة الأفريقية يمضون أيامهم في الاستجابة للتهديدات الخطيرة وتأمين الوجبة التالية والاحتماء من العواصف وكان من المنطقي والمعقول إلاء قيمة كبيرة إلى الإشباع الفوري فقد كان المستقبل البعيد أمرا لا يشغلهم وبعد آلاف الأجيال التي عاشت في بيئة عائد فوري تطورت عقولنا كي تفضل العوائد السريعة على العوائد طويلة الأمد يشير علماء الاقتصاد السلوكي إلى هذا الميل باسم عدم الاتصاق الزمني ويعني أن الطريقة التي تقيم بها أدمغتنا المكافآت لا تكون متصكة مع الوقت فأنت تولي الحاضر قيمة أكبر مما تولي المستقبل في المعتاد يفيدنا هذا الميل بفائدة كبيرة فالمكافأة الأكيدة الآن كيمتها في المعتاد أكبر من المكافأة المحتملة في المستقبل لكن في بعض الأحيان يتسبب إنحيازنا إلى الإشباع الفوري في بعض المشكلات لماذا يدخن أحدهم رغم ما عرفته بأن ذلك يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة لماذا يفرط أحدهم في تناول الطعام رغم ما عرفته بأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالسمنة لماذا يمارس أحدهم الجنس غير الآمن رغم ما عرفته بأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا بمجرد أن نفهم الكيفية التي يحدد بها الدماغ أولويات المكافأات تصير الإجابة واضحة فتبعات العادات السيئة مؤجلة بينما المكافأات فورية فربما يقتلك التدخين بعد عشر سنوات غير أنه يقال للتوتر ويشبع توقك إلى النيكوتين الآن والإفراط في تناول الطعام مضر على المدى البعيد غير أنه ممتع في الوقت الحالي والجنس الآمن وغير الآمن يمنحنا المتع على الفور بينما لن تظهر الأمراض والعدوى إلا بعد أيام أو أسابيع أو حتى سنوات إن كل عادة تصمر نتائج متعددة مع مرور الوقت وبكل أسف فإن هذه النتائج تكون غير متصقة عادة ففي حالة العادات السيئة تكون النتائج الفورية جيدة عادة بينما نتائج النهائية سيئة وفي حالة العادات الحسنة العكس هو الصحيح فتكون النتائج الفورية غير ممتعة بينما النتائج النهائية جيدة وقد شرح الاقتصادي فرنسي فريدريك باستيا هذه المشكلة بوضوح حين كتب بشكل دائم تقريبا عندما تكون النتائج الفورية ممتعة تكون التبعات اللاحقة كارثية والعكس بالعكس وعادة كلما كانت السمر الأولى لإحدى العادات حلوة المزاق تكون السمار اللاحقة مرة بعبارة أخرى إنك تدفع تكلفة عادتك الحسنة في الحاضر بينما تدفع تكلفة عادتك السيئة في المستقبل إن ميل الدماغ إلى إلاء الأهمية في اللحظة الحالية يعني أنك لا تستطيع الاعتماد على النيات الحسنة فعندما تضع خطة فأنت في الحقيقة تضع خطة لذاتك المستقبلية وحين تتصور ما تريد أن تكون عليه حياتك يكون من السهل أن ترى القيمة في الأفعال المفيدة على المدى البعيد كلنا نريد حياة أفضل لزواتنا المستقبلية ومع ذلك حين تحل لحظة القرار عادة ما يفوز الإجباع الفوري فأنت لم تعد تتخذ القرار لذاتك المستقبلية التي تحلم بأن تكون ذات قوام ممشوق أو أغنى أو أسعد وإنما تتخذ القرار لذاتك الحالية التي تريد الشعور بالشبع والتدليل والترفيه وكقاعدة عامة كلما جلب لك الفعل متعة فورية زاد المقدار الذي يجب أن تتشكك به فيما إذا كان يتصق مع أهدافك طويلة المدى وفي ضوء ما فهمنا الأوفى لما يجعل أدمغتنا تكرر بعض السلوكيات وتتجنب البعض الآخر دعنا أن نحدث القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك لتكون كما يلي السلوك الذي يكافأ فوريا يتم تكراره والسلوك الذي يعاقب فوريا يجرى تجنبه يكشف تفضلنا للإجباع الفوري عن حقيقة مهمة بشأن النجاح وهي أنه بحكم تركيب أدمغتنا معظم الناس يمضون يومهم كله في مطاردة الإجباع الفوري فالطريق غير المطروك هو طريق الإجباع المؤجل وإذا كنت مستعدا لانتظار المكافأة ستواجه منافسة أقل وستحصل عادة على عائد أكبر وكما يذهب القول المعروف فإن الميل الأخير هو الأقل الزحام وهذا تحديدا ما بيّنته الأبحاث فالأشخاص الذين يجيدون تأجيل الإجباع درجاتهم الدراسية أعلى ومعدلات وقعهم في الإدمان أقل واحتمالات إصابتهم بالسنة أدنى واستجابتهم للتوتر أفضل ومهارتهم الاجتماعية أعلى وقد رأينا جميعا ذلك هو يحدث في حياتنا فإذا أرجعت مشاهدة التلفاز وكنت بعمل واجبك مدرسي ستتعلم المزيد عموما وتحصل على تقديرات أعلى وإذا لم تشتري الحلوة وركوكات البطاطس من المتجر ستتناول طعاما صحيا حين تصل إلى المنزل ففي مرحلة ما يتطلب النجاح في كل مجال تقريبا أن تتجاهل مكافأة فورية لصالح مكافأة أخرى مؤجلة لكن ها هي المشكلة إن غالبية الناس يعرفون أن تأجيل الإشباع هو النهج الحصيف وهم يريدون حصد منافع العادات الحسنة الحصول على جسد صحيح والعمل بإنتاجية أكبر وتحقيق السلام الداخلي غير أن هذه النتائج نادرة ما تكون حاضرة في الزهن في اللحظات الحاسمة لكن من حسن الحظ أن سمى الطريق لتدريب نفسك على تأجيل الإشباع لكنك بحاجة إلى العمل على نحو يتطفق مع الطبيعة البشرية وليس ضدها وفي أفضل طريقة لعمل ذلك هو إضافة القليل من المتعة الفورية إلى العادات التي لها نتائج إيجابية على المدى البعيد وإضافة القليل من الألم الفوري للعادات التي لن تكون لها مثل هذه النتائج كيف تسخر الإشباع الفوري لمصلحتك العنصر المحوري في جعل العادة تستمر معك هو الشعور بالنجاح حتى لو صورة بسيطة فشعور النجاح يعد إشارة بأن عادتك قد أثمرت وأن هذا العمل يستحق الجهد المبزول فيه في عالم مثالي تكون مكافأة العادة الحسنة هي العادة نفسها لكن في العالم الواقعي تبدو العادة الحسنة قيمة فقط حين تقدم لك شيئا نافعا في البداية يكون الأمر أشبه بتضحية فأنت تذهب إلى صالة التدريبات بدأ مرات لكنك لست أقوى أو أرشق أو أسرع على الأقل بأي مستوى ملحوظ فقط بعدها بشهور يصير من الأسهل أن تتدرب من أجل التدريب ذاته وذلك بعد أن تكون قد فقدت بضعة أرطال أو صارت زراعات قوية ففي البداية تكون بحاجة إلى سبب يجعلك تواظب على المصاري الصحيح لهذا السبب تكون المكافآت الفورية شيئا أساسيا فهي تجعلك متحمسا في الوقت الذي تتراكم فيه المكافآت المؤجلة في الخلفية ما لا تحدث عنه تحديدا هنا عند مناقشة المكافآت الفورية هو نهاية السلوك فنهاية أي سلوك مهمة لأننا نميل إلى تذكرها أكثر من أي مرحلة أخرى وأنت تريد لنهاية عادتك أن تكون مشبعة وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو استخدام التعزيز الذي يشير إلى عملية استخدام مكافأة فورية من أجل زيادة معدل حدوث السلوك إن تجديس العادات الذي ناكشناه في الفصل الخامس يربط عادتك بإشارة معينة وهو ما يجعل من الواضح لك متى تبدأ أما التعزيز فيربط عادتك بمكافأة فورية وهو ما يجعل انتهاء من العادة شيئا ممتعا ومن الممكن أن يكون التعزيز الفوري مفيدا للغاية عند التعامل مع العادات التي نريد تدنبها وهي السلوكيات التي نريد التوقف عن ممارستها فقد يكون من الصعب الالتزام بعادات مثل لا مشتريات تافهة أو لا كحوليات هذا الشهر لأنه لا شيء يحدث حين تتوقف عن احتساء الكحوليات أو تمتنى عن شراء ذلك الزوج من الأحذية ومن العسير أن تشعر بالرضى إذا لم يكن هناك فعل في المقام الأول فكل ما تفعله هو مقاومة الإغراء وهذا ليس مشبعا في شيء يتمثل أحد الحلول في قلب هذا الموقف رأسا على عقب فأنت تريد أن تجعل فعل التجنب مرئيا افتح حساب توفير وسميه ما شئت مثل سطرة جلدية وكلما امتنعت عن شراء شيء ما ضعمة بلغة من المال في هذا الحساب هل امتنعت عن تناول كهوة الصباح انقل 5 دولارات إلى الحساب هل امتنعت لمدة شهر عن مشاهدة نتفلكس انقل 50 دولار لهذا الحساب الأمر أشبه بإنشاء برنامج ولاء لنفسك فالمكافأة الفورية الخاصة برؤية نفسك وأنت تدخل المال بغرض شراء سطرة جلدية شعورها أفضل بكثير من الشعور بالحرمان وحسب فأنت تجعل الامتناع عن الفعل شيئا مشبعا في حد ذاته استخدم أحد كرائي وزوجته أسلوبا مشابها فقد أرادها التأقف عن تناول الطعام بالخارج والبدء في طهو الطعام معا وقد سمي حساب الادخار رحلة إلى أوروبا وكلما امتنعي عن الخروج لتناول الطعام كان يدعان 50 دولار في هذا الحساب وفي نهاية العام استخدم المال الموجود في الحساب ضمن المال المخصص لقضاء أجازة من الجدير بالذكر أن من المهم اختيار مكافآت قصيرة المدى تعزز هويتك ولا تتعارض معها فشراء سطرة جديدة أمر لا بأس به إذا كنت تحاول خفض الوزن أو كراءة المزيد من الكتب لكنه لن يصلح إذا كنت تحاول ضبط ميزانيتك والدخار المال بدلا من ذلك يعد أغذى حمام فقاعات أو الزهاب في نزهة تمشية أمثلة جيدة لمكافأة نفسك ببعض الوقت الحر وهو ما يتطفق مع هدفك النهائي الخاص بتحقيق المزيد من الحرية والاستقرالية المادية وبالمثل إذا كانت مكافأة الزهاب إلى التمرين هي تناول صحن من المسلجات حينها فأنت تخلق صراع هوية وقد ينتهي بك الأمر بالفشل في تحقيق مرقبك بدلا من ذلك ربما تتمثل المكافأة في جلس التدليك وهي أمر تدلل به نفسك وتعتني فيه بجسدك والآن صارت المكافأة قصيرة المدى متصقة مع رؤيتك طويلة المدى لنفسك كشخص صحيح الجسد وفي النهاية مع ترسخ المكافأات الداخلية مثل الحالة المزاجية الأفضل أو الطاقة الأكبر أو التوتر الأقل ستصير أقل اهتماماً بمطاردة المكافأة الثانوية فالهوية نفسها ستصير مصدر التعزيز وستفعل الأمر لأنه متصق مع هويتك وأنك تشعر بشعور طيب نتيجته وكلما صارت العادة جزءاً من حياتك قل احتياجك إلى التشجيع الخارجي كتتمسك بالعادة الحسنة فالمحفزات يمكن أن تبدأ العادة غير أن الهوية هي ما يبقيها بوضع هذا الأمر في الاعتبار يستغرق تراكم الأدلة وخلق الهوية الجديدة بعض الوقت والتعزيز الفوري يفيد في الحفاظ على التحفيز على المدى القصير بينما تنتظر وصول المكافآت طويلة المدى وخلاصة الأمر هي أن أي عادة يجب أن تكون ممتعة كي تستمر وبمجدور صور التعزيز البسيطة مثل رائحة الصابون بمجدورها أن تقدم لك متعة فورية أنت بحاجة إليها فالتغيير يصير سهلا حين يكون ممتعا ملخص الفصل القانون الرابع لتغيير السلوك هو اجعلها مشبعة من الأرجح أن نكرر السلوك حين تكون التجربة مشبعة لقد تطور الدماغ البشري بحيث يولي الأهمية إلى المكافآت الفورية على المكافآت المؤجلة القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك هي السلوك الذي يكافأ فوريا يتم تكراره والسلوك الذي يعاقب فوريا يجرى تدنبه كي تجعل العادة تدوم أنت بحاجة إلى الشعور بالنجاح على الفور حتى ولو بصورة بسيطة القانون الثلاثة الأولى لتغيير السلوك اجعلها واضحة اجعلها جذبة اجعلها سهلة تزيد احتمالات حدوث السلوك هذه المرة أما القانون الرابع لتغيير السلوك اجعلها مشبعة فيزيد احتمالات تكرار السلوك في المرة القادمة كيف تواظب على العادات الحسنة كل يوم في العام 1993 قام أحد المصارف في ضاحية أبتسفورد بكندا بتعيين سمسار أسهم يبلغ من العمر 23 عاما يدعى ترين ديرزميد كانت أبتسفورد ضاحية صغيرة مجاورة لمديد فانكوفر التي كانت تجرى فيها كل صفقات العمل الكبيرة وفي ضوء هذا الموقع وحداثة عهد ترينت بالعمل لم يتوقع أحد منه الكثير غير أنه حقق تقدما هائلا بفضل عادة يومية بسيطة كان ترينت يبدأ كل يوم على مكتبه مارتابانين كان أحد المرتبانين مليئا ب120 دبوس ورق بينما كان الآخر فارغا وبمجرد أن يبدأ ترينت العمل كل يوم كان يجري إحدى مكالمات مبيعات وفور الانتهاء من المكالمة كان ينقل أحد دابيس الورق من المرتبان الممتلئ إلى المرتبان الفارغ ويكرر العملية مجددا وقد أخبرني كل صباح كنت أبدأ ب120 دبوس في أحد المرتبانين وكنت أواظب على الاتصال هاتفيا بالعملاء إلى أن أنقل الدابيس كلها إلى المرتبان الآخر وفي غدول 18 شهرا جلب ترينت للشركة 5 ملايين دولار وحين كان في الرابع والعشرين من العمر كان يجني 75 ألف دولار سنويا أي ما يعادل 125 ألف دولار بحسابات اليوم وبعد ذلك بوقت قليل استطاع الحصول على وظيفة براتب من 6 أرقام في شركة أخرى أحب الإشارة إلى هذه الطريقة بأنها استراتيجية دبابيس الورق وعلى مدار سنوات سمعت من الكراء الذين طبقوا هذه الاستراتيجية بعدد من الطرق وكانت إحدى السيدات تنقل دبوس شعر من وعاء إلى آخر كلما كتبت صفحة في كتابها بينما كان رجل آخر ينقل بلية صغيرة من وعاء إلى آخر بعد كل مجموعة تمرينات ضغط إن إحراز التقدم أمر مردن والمقاييس البصرية مثل نقل دبوس ورق أو دبوس شعر أو بلية تقدم أدلة واضحة على تقدمك ونتيجة لذلك فهي تعزز السلوك وتضيف قدرا من الإشباع الفوري على أي نشاط وللمقاييس البصرية أشكال عدة يوميات الطعام سجلات التمرين بطاقات الولاء المسقبة شريط التقدم الذي يظهر عند تنزيل أي برنامج بل وحتى أرقام الصفحات في أي كتاب لكن ربما تكون الطريقة المثلة لقياس التقدم هي باستخدام متعقب العادات كيف تتعقب عادتك؟ متعقب العادات هو وسيلة بسيطة لقياس ما إذا كنت قد كنت بالعادة أم لا والصورة الأساسية له هي الحصول على تقويم ثم وضع علامة على كل يوم تلتزم فيه بروتينة كالمعتاد على سبيل المثال إذا كنت تتأمل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة تضع علامة على كل يوم من هذه الأيام ومع مرور الأيام يصبح التقويم بمنزلة سجل لعادتك المتصلة يتتبع عدد لا يحصى من الناس عادتهم لكن ربما يكون أشهرهم هو بنجامين فرانكلين بدأ فرانكلين هذا تتبع وهو في العشرين من عمره وكان يحمل معه كتيبا صغيرا في كل مكان يذهب إليه ويستخدمه في تسجيل 13 من الفضائل الشخصية وقد تضمنت هذه القائمة أهدافا مثل لا تضيع الوقت انخرط طوال الوقت في شيء مفيد وتجنب المحادثات التافهة وفي نهاية كل يوم كان فرانكلين يفتح الكتيب ويسجل تقدمه يشاع عن جيري ساينفيلد أنه يستخدم متتبع عادات كي يلتزم بكتابة النكات يوميا وفي الفيلم التسجيلي كوميدين يوضح ساينفيلد أن هدفه ببساطة هو أن لا يكسر سلسلة تأليف النكات كل يوم بعبارة أخرى هو لا يركز على ما إذا كانت النكتة جيدة أم سيئة أو بما يشعر به تجاهها بل هو يركز وحسب على المواظبة وإضافة النكات يوميا يعد الشعار لا تكسر السلسلة شعاراً قوياً فلا تكسر سلسلة مكالمات المبيعات وستبني لنفسك قاعدة عملاء ناجحة ولا تكسر سلسلة التدريب وستصير رشيقاً أسرع مما الطاقة ولا تكسر سلسلة الإبداع كل يوم وسينتهي بك الحال من مخزون إبداعي مبهر ويعد تعقب العادات وسيلة قوية لأنه يستفيد من عدة قوانين لتغيير السلوك فهو يجعل السلوك واضحاً وجذاباً ومشبعاً في الآن عينه ولنحلل كل أمر من هذه الأمور الفائدة الأولى تعقب العادات واضح إن تفجيل آخر أفعالك يخلق محفزاً يمكنك من البدء في الفعل التالي عليه فتعقب العادات يبني سلسلة من الإشارات البصرية التي تشبه تعقب العلامات على تقويمك أو قائمة الوجبات في سجلك الجذائي وحين تنظر إلى تقويمك وترى العلامات المتعاكبة سيذكرك هذا بأن تباشر الفعل مجدداً وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتتبعون تقدمهم نحو تحقيق أهداف مثل فقدان الوزن أو الإقلاع عن تدخين أو خفض ضغط الدم من المرجح أن يتحسنوا بدرجة أكبر مقارنة بهؤلاء الذين لا يسجلون تقدمهم وقد وجدت دراسة أجرية على أكثر من 1600 شخص أن أولئك الذين يسجلون نظامهم الغذائي يفقدون وزناً أكبر بمرتين من أولئك الذين لا يفعلون ذلك ففعل التعقب وحده يمكن أن يشعل الرغبة في التغيير كما أن تعقب العادات يجعلك أميناً فمعظم الناس لديهم إدراك مشوه لسلوكياتهم ويظنون أنهم يتصرفون على نحو أفضل مما يفعلون حقاً وتقدم القياسات وسيلة للتغلب على ذلك العمل الذي يصيبنا نحو سلوكياتنا وتجعلنا نلاحظ ما نفعله حقاً كل يوم فمن شأن نظرة سريعة إلى دبابيس الورق الموضوع في الوعاء أن تخبرك على الفور بمقدار العمل الذي بذلته أو لم تبذله في سبيل تحقيق هدفك وحين تكون الأدلة ماثلة أمامك من غير مرجح أن تجذب على نفسك الفائدة الثانية تعقب العادات الجذاب إن أبلغ صور التحفيز هي التقدم المتحقق فعندما نرى إشارة على أننا نتقدم نصير أكثر حماسة لمواصلة السير على ذلك الطريق وبهذه الصورة يمكن أن يكون لتعقب العادات تأثير قوي على التحفيز بحيث أن كل مكسب صغير يغذي رغبتك يمكن أن يكون هذا مفيدا للغاية في الأيام السيئة فعندما تشعر بفطور الهمة من السهل أن تنسى التقدم الذي حققته بالفعل ويقدم تعقب العادات برهانا بصريا على عملك الجاد فهو بمنزل التذكرة واضحة بشأن الشاطئ الذي قطعته علاوة على ذلك فإن مربعات الخالية التي تراها كل صباح يمكن أن تحفزك على البدء لأنك لا تريد أن تفقد التقدم عن طريق كسر السلسلة الفائدة الثالثة تعقب العادات مشبع هذه هي الفائدة الأهم مكاتبة فالتعقب يمكن أن يصير مكافأة في حد ذاته فمن المشبع أن تضع علامة على أحد البنود في قائمة المهام أو أن تكمل أحد المدخلات في سجل التدريبات أو أن تضع علامة على التقويم فثمت شعور طيب يأتينا من مشاهدة النتائج وهي تنمو وإذا كان الشعور طيباً فمن المرجح ينائذ أن تواصل القيام بما تفعله أيضاً يساعد تعقب العادات في إبقاء عينيك على الهدف المنشود إذا أن تركيزك ينصب على العملية وليس على النتيجة النهائية وحدها فأنت لا تركز اهتمامك فقط على الحصول على عضلات بطن مجدودة بل أن تحاول وحسب الالتزام بسلسلة الأفعال وأن تصير من نوعية الأشخاص الذين لا يفوتون تدريباتهم وخلاصة القول هي أن تعقب العادات يخلق إشارة بصرية يمكنها أن تذكرك بمباشرة الفعل يحفزك لأنك ترى التقدم المتحقق ولا تريد أن تضيعه يشارك بالإشباع كلما سجلت لحظة ناجحة أخرى حدثت فيها العادة ولا وعلى ذلك يقدم تعقب العادات برهانا بصريا على أنك تعمل على تعزيز نوعية الشخصية التي تريد أن تصير عليها وهو نوع مشبع من الإشباع الفوري والحقيقي ربما تتساءل لو كان تعقب العادات مفيدا إلى هذه الدرجة فلماذا انتظرت كل هذا الوقت كي أتحدث عنه؟ رغم كل فوائد هذا الأمر فإنني انترعت عن مناقشته حتى الآن لسبب بسيط إن العديدين من الأشخاص يقاومون فكرة التتبع والتسجيل فالأمر يبدو عبقا ثقيلا حين أجبرك على الالتزام بعادتين العادة التي تحاول بنائها هو عادة تتبعها فإحصاء السعرات الحرارية يبدو عبقا ثقيلا وأنت تعاني بالفعل كي تلتزم بنظامك الغذائي وتدوين كل مكالمة مبيعات يبدو مهمة سقيلة حين يكون لديك عمل يجب القيام به فمن الأيسر أن تقول سأتناول طعاما أقل وحسب أو سأحاول بجد أكبر أو سأتذكر القيام بذلك وعادة ما يقول لي الناس عبارات على غرار لدي جدول أدون فيه قراراتي لكن كم أتمنى أن أستخدمه بشكل أكبر أو لقد سجلت تمريناتي لمدة أسبوع لكنني توقفت بعد ذلك مررت بكل هذا بنفسي وذات مرة أنشأت سجلا للطعام أتتبع فيه السعرات الحرارية التي أتناولها وقد تمكنت من الالتزام بذلك لوجبة واحدة فقط ثم توقفت إن تتبع لا يناسب الجميع ولا توجد حاجة لقياس حياتك كلها غير أن الجميع تقريبا يمكن أن يستفيد منه بصورة أو بأخرى حتى لو بصورة مؤقتة ما الذي يمكننا فعله كي نجعل التعقب أسهل؟ أولاً ينبغي أن تكون عملية القياس أوتوماتيكية متى أمكن ذلك؟ ستندهش على الأرجح من عاد المرات التي تتبع فيها عادتك من دون أن تعرف ذلك فبيانات بطاقة الإتمان تخبرك بعاد المرات التي تتناول فيها الطعام بالخارج وعداد الرشاقة فيتبت يخبرك بعاد الخطوات التي قطعتها وعدد ساعات نومك وبمجرد أن تحصل على المعلومات أضف ملحوظة إلى تقويمك كي تراجعها كل أسبوع أو كل شهر وهو أمر عملي أكثر من تتبعها كل يوم ثانياً ينبغي أن يكون التعقب اليدوي مقصوراً على أهم عادتك وتعد الموظبة على تعقب عادة واحدة أفضل من التعقب المتقطع لعشر عادات وأخيراً سجل كل عملية قياس بعد حدوث العادة مباشرة فاكتمال السلوك هو الإشارة الخاصة بتسجيله كتابة ويمكنك هذا النهج من دمج أسلوب تجديس العادات المذكورة في الفصل الخامس مع تعقب العادات ومعادلة تجديس العادات زي التعقب العادات هي بعد العادة الحالية سأكون بتعقب العادة بعد أن أنتهي من مكالمة المبيعات سأكون بنقر دبوس ورق واحد بعد أن أنتهي من كل مجموعة التمرينات سأكون بتسجيلها في سجل تمريناتي بعد أن أضع طبقي في غسالة الأطباق سأكون بتسجيل ما تناولته هذه الأساليب تجعل تعقب عادتك أسهل وحتى لو لم تكن من نوعية الأشخاص الذين يستمتعون بتسجيل سلوكياتهم أعتقد بأنك ستجد تسجيل العادات لبضعة أسابيع أمرا مفيدا فمن المسير لاهتمام دوما أن ترى ما كنت تقضي فيه وقتك حقا بوضع هذا في الاعتبار فلتعلم أن كل سلسلة عادات ستنقطع في لحظة ما والأهم من عمليات القياس المنفردة هو أن تمتلك خطة جيدة حين تحيد عاداتك عن الطريق المنشود كيف تتعافى سريعا حين تنقطع تلسلة عادتك بصرف النظر عن مدى التزامك بعادتك من الحتم أن تتسبب الحياة في قطعها في نقطة ما فالكمال ليس ممكنا ولن يمر وقت طويل قبل أن يظهر طارق ما كأن تصاب بالمرض أو يتعين عليك الصفر من أجل العمل أو تحتاج أسرتك قدرا أكبر من وقتك كلما حدث هذا لي أحاول أن أذكر نفسي بقاعدة بسيطة وهي إياك والانقطاع مرتين فإذا انقطعت عن عادتي ذات يوم أحاول أن أعود إليها بأسرع ما يمكن إن الانقطاع عن التمرين وارد الحدوث غير أنني لن أنقطع عن التمرين مرتين من متتاليتين ربما أتناول بيتزا كاملة لكن الوجبة التالية لها ستكون وجبة صحية ليس بوسعي أن أكون مثاليا لكن يمكنني تجنب الزلة الثانية وبمجرد أن تنقطع السلسلة مرة أبدأ في سلسلة جديدة على الفور ليس الخطأ الأول هو ما يدمرك بل سلسلة الأخطاء المتكررة التي تتبعه فالانقطاع مرة حدث عارض لكن الانقطاع مرتين يعد بداية العادة جديدة هذه سما فارقة بين الناجحين والفاشلين فأي شخص يمكن أن يؤدي بشكل سيء أو يتمرن بشكل سيء أو يمر بيوم سيء في العمل لكن حين يخفق الناجحون مرة فإنهم يستأنفون العمل سريعا ولا يهم كسر العادة إذا كانت تعافي منها سريعا أرى أن هذا المبدأ شديد الأهمية إلى درجة أنني سأواصل الالتزام به حتى إذا عجزت عن القيام بالعادة بشكل جيد أو بشكل كامل كما أتمنى ففي أحيان كثيرة نقع في دائرة كل شيء أو لا شيء عند التعامل مع عادتنا والمشكلة هنا ليست في الزلل بل المشكلة في الظن بأنك إذا عجزت عن فعل الشيء بشكل مثالي فينبغي ألا تقوم به من الأساس أنت لا تدرك كم هو مهم أن تلتزم بعادتك في أيامك السيئة أو المجهولة فالأيام الضائعة تضر بك أكثر مما تساعدك الأيام الناجحة فإذا بدأت ب100 دولار وحصلت على مكسب نسبته 50% سيكون لديك 150 دولار غير أنك بحاجة إلى خسارة مقدارها 33% فقط كي تعود إلى الماء الدولار الأصلية بعبارة أخرى تجنب خسارة مقدارها 33% معادل لتحقيق مكسب مقداره 50% وعن هذا قالت شارلي مونجر القاعدة الأولى لمراكمة المكسب هي إياك أن تقاطعه من دون ضرورة لهذا السبب كثيرا ما تكون التمرينات السيئة هي الأكثر أهمية فأيام الكسل والتمرينات السيئة تحافظ على المكسب المتراكم المتحقق من الأيام السابقة الجيدة فمجرد فعل شيء ما 10 التمرينات كرفصاء 5 التمرينات عدو تمرين ضغط واحد أي شيء وحسب لهو أمر عظيم لا تقنع بالرقم صفر ولا تدع خسائرك تلتهم مكاسبك المتراكمة علاوة على ذلك ليس المهم دائما ما يحدث خلال التمرين بل المهم أن تكون من نوعية الأشخاص الذين لا يفوتون أي تمرين من السهل أن تتمرن وأنت تشعر بشعور طيب لكن من المهم أن تواظب على التمرين وأنت لا تشعر بالرغبة في ذلك حتى لو تمرنت بقدر أقل مما تأمل فالذهاب إلى صالة تدريبات لمدة خمس دقائق قد لا يحسن أدائك غير أنه سيعزز هويتك إن دائرة كل شيء أو لا شيء المتعلقة بتغيير السلوك ما هي إلا عصرة يمكنها أن تمنعك من المواظبة على عادتك وثمت خطر آخر محتمل خاصة لو كنت تتعقب عادتك ألا وهو كياس الشيء الخاطئ أعرف متى تتعقب عادتك ومتى لا تفعل لنفترض أنك تدير مطعماً وأنك تريد أن تعرف إذا كان الطاهي يبلي بلاء حسناً من طرق كياس النجاح تتبع عدد العملاء الذين يدفعون مقابل الوجبات كل يوم فإذا جاء مزيد من العملاء فمن المؤكد أن الطعام جيد وإذا جاء عرض أقل من العملاء فمن المؤكد أنه سمت خطأ ما ومع ذلك فإن هذا المقياس ألا وهو العائد اليومي لا يرسم إلا صورة محدودة لما يحدث حقاً فبمجرد دفع أحد العملاء ثمن وجبته لا يعني أنه استمتع بهذه الوجبة فعلاً فحتى العملاء الصاختون من غير المرجح أن يتناولوا طعامهم ثم يهربون وفي الواقع إذا كنت تقيس العوائد فقط فقد يكون الطعام آخذاً في السوق لكنك تعود ذلك عن طريق التسويق أو الخصومات أو أي طريقة أخرى بدلاً من ذلك ربما يكون من الفعال أكثر أن تقيس عهد العملاء الذين يكملون تناول وجبتهم كلها أو ربما نسبة العملاء الذين يتركون إكرامية سخية إن الجانب المظلم لتتبع سلوك بعينه هو أننا نصير مدفوعين بالأعداد وليس بالغرض من ورائها فإذا كان نجاحك يقص بالأرباح ربع السنوية ستركز على تحسين المبيعات والعوائد وإحصاء الأرباح ربع السنوية وإذا كان نجاحك يقاص بالرقم المنخفض على الميزان ستركز على تحقيق رقم منخفض على الميزان حتى لو كان ذلك يعني اللجوء إلى حمية قاسية أو حمية العصائر أو استخدام حبوب فقدان الدهون فالعقل البشري يريد أن يكسب مهما كانت اللعبة التي يلعبها هذا الشرك نجده واضحا فيه كثير من مناحي الحياة فنحن نركز على العمل لساعات طويلة بدلا من إنجاز عمل زي معنى ونركز على المشي عشرة آلاف خطوة بدلا من التركيز على التمتع بصحة سليمة ونعلم الطلاب التركيز على الامتحانات المعيارية بدلا من التعلم وحب الاستطلاع والتفكير النقدي باختصار نحن نركز على ما نستطيع قياسه وحين نختار القياس الخاطئ نحصل على السلوك الخاطئ يشار إلى هذا باسم القانون جود هارت المسمى تيمنا بالاقتصادي تشارلز جود هارت وينص هذا المبدأ على ما يلي حين يصير المعيار هدفا فإنه لا يصير معيارا جيدا فالقياس يفيد فقط حين يرشدك ويضيف سياقا إلى الصورة الكبرى وليس حين يستهلكك وكل رقم ما هو إلا جزء بسيط من فيدباك التي تطلبها منظومة كلها في عالمنا الذي تحركه البيانات نحن نميل إلى المبالغة في تغدير قيمة الأرقام ونحط من قيمة أي شيء سريع الزوال وغير ملموس ويصوب تحديده كميا فنحن نظن مخطئين أن العوامل التي نستطيع قياسها هي العوامل الوحيدة الموجودة ويرأن قدرتنا على قياس شيء ما لا تعني أن هذا الشيء هو الأهم كما أن عجزنا عن قياس شيء ما لا يعني أن هذا الشيء غير مهم خلاصة القول أن من الضروري وضع عملية تعقب العادات في إطارها الصحيح فقد يكون من المردي تسجيل إحدى العادات وتتبع تقدمك ويرأن القياس ليس هو الشيء الوحيد الذي يهم لا وعلى ذلك فسمى الطرق عدة لقياس التقدم وأحيانا يكون من المفيد تحويل تركيزك إلى شيء مختلف تماما لهذا السبب يمكن أن تكون الانتصارات البعيدة عن الميزان مفيدة في عملية فقدان الوزن فالرقم الظاهر على الميزان قد يكون صعب التغيير لذا إن ركزت عليه وحده فقد تضعف عزيمتك لكنك قد تلاحظ أن جلدك صار يبدو أفضل أو أنك تستيقظ مبكرا أكثر أو أن حياتك الجنسية صارت أفضل كل هذه طرق جيدة لتتبع تقدمك وإذا لم تشعر بالتحفيز من الرقم الظاهر على الميزان ربما يكون الوقت قد حان للتركيز على مقياس آخر مقياس يمنحك إشارات أكثر على التقدم وبصرف النظر عن الكيفية التي تقيس بها تقدمك يعد تعقب العادات وسيلة بسيطة لجعل عادتك أكثر إشباعا وكل عملية قياس تقدم دليلا إضافيا على أنك تتحرك في الاتجاه الصحيح وتعد لحظة وجيزة من المتعة الفورية التي تحصل عليها نتيجة للقيام بالمهام على خير وجه ملخص الفصل أحد أكثر المشاعر إشباعا هو شعور تحقيق التقدم يعد تعقب العادات وسيلة بسيطة لقياس ما إذا كنت قد التزمت بالعادة أم لا وهو أشبه بوضع علامة على التقويم يمكن لتعقب العادات وغيره من صور القياس البصرية أن تجعل عادتك مشبعة عن طريق تقضيم أدلة واضحة على تقدمك لا تكسر السلسلة حاول الحفاظ على استمارية عادتك إياك والانقطاع مرتين إذا انقطعت عن العادة الحسنة يوما واحدا حاول العودة إليها بأسرع ما يمكنك إن قدرتك على قياس الشيء لا تعني أن هذا الشيء هو الأهم كيف يمكن للشريك في المسؤولية أن يغير كل شيء؟ بعد أن خدم روجر فيشر في سلاح الطيران في الحرب العالمية الثانية التحك بكلية الحكوك في جامعة هارفورد وقمضى 37 عاما متخصصا في المفاوضات وإدارة النزاعات وقد أسس مشروع التفاوض بهارفورد وعمل مع عدد كبير من الدول والقادة العالميين في مباحثات السلام وأزمات الرهائن والتسويات الدبلوماسية لكن في سبعينيات القرن العشرين وثمانياته تصاعد تهديد الحرب النووية وهو ما دفع فيشر إلى اقتراح فكرة مصيرة للإهتمام بشدة في ذلك الوقت كان فيشر يركز على تصميم استراتيجيات يمكنها منع نشوب الحرب النووية وقد لاحظ حقيقة مكلقة وهي أن أي رئيس حالي للولايات المتحدة الأمريكية يمكنه الوصول إلى شفرات الإطلاق وقتل الملايين من دون أن يرى أي شخص فعليا وهو يموت لأنه سيكون على مسافة آلاف الأميال وقد كتب فيشر في العام 1981 كان اقتراحي بسيطا إذا علينا وضع الشفرات النووية في كابسولة صغيرة ثم نزرع الكابسولة بجوار قلب أحد المتطوعين وسيحمل المتطوع معه سكين جزار كبيرا بينما يصاحب الرئيس وإذا أراد الرئيس استخدام الأسلحة النووية يكون السبيل الوحيد لعمل ذلك هو أن يقتل ذلك المتطوع بيديه سيقول الرئيس آسف يا جورج ولكن يجب على عشرات الملايين أن يموتوا فعليه أن ينظر إلى شخص ما ويدرك حقيقة الموت موت شخص بريء دماء على بصات البيت الأبيض هذه هي حقيقة الأمر ويضيف قائلا حين اقترحت هذا على صديق في البنتجن قال لي يا إلهي هذا أمر بشع إن اضطرار الرئيس إلى قتل شخص ما من شأنه أن يشوه أحكامه وربما لا يضغط على الزر مطلقا خلال مناقشاتنا للقانون الرابع لتغيير السلوك أوضحنا أهمية جعل العادات الحسنة المشبعة بشكل فوري ويعد اقتراح فيشر صورة معكوسة من القانون الرابع يجعلها يغير المشبعة على الفور فمثلما يكون من المرجح أن نقرر الخبرة التي تكون نهايتها مشبعة فمن المرجح أيضا أن نتجنب الخبرة التي تكون نهايتها مؤلمة فالألم معل من كفء وإذا كان الفشل مؤلما فإنه لا ينمحي من الزهن بسهولة وإذا كان الفشل عديم الألم بدرجة نسبية فمن الممكن تجاهله وكلما كان الخطأ فوريا ومكلفا ستتعلم منه بشكل أسرع إن تهديد المراجعات السيئة يجبر السباك على أن يحسن القيام بعمله وإمكانية أن لا يعود الزبون مطلقا تجبر المطعم على طه طعام جيد وتكلفة قطع الوعاء الدموي الخطأ تجعل الجراح يطكن التشريح البشري ويقطع بحرص فعندما تكون العواقب مخيمة يتعلم الناس بسرعة كلما كان الألم فوريا صار السلوك مرجح الحدوث بدرجة أقل فإذا أردت أن تمنع العادات السيئة وتتخلص من السلوكيات غير السحية تعد إضافة تكلفة فورية للفعل طريقة عظيمة لتقليل احتمالات وكوه إننا نكرر العادات لأنها تخدمنا بصورة ما وهذا يجعل الإقلاع عنها صعبا وأفضل طريقة أعرفها للتغلب على هذه المعدلة هي زيادة سرعة العقاب المرتبط بالسلوك فلا يمكن أن توجد فجوة بين الفعل وعواقبه وبمجرد أن يكون للفعل عواقب فورية يبدأ السلوك في التغيير فالعملاء يدفعون فواترهم في مواعدها حين يتحملون غرام التأخير والطلاب يحضرون في صول الدراسة لأن درجاتهم مرتبطة بالحضور فنحن مستعدون لبذل كثير من الجهد من أجل تجنب قدر يسير من الألم الفوري هناك بالطبع حدود لذلك فإذا كنت تتعتمد على العقاب كي تغير السلوك حينها فإن شدة العقاب يجب أن تتوافق مع القوة النسبية للسلوك الذي يحاول العقاب تصحيحه فلكي تكون منتجاً يجب أن تكون تكلفة التسويف أكبر من تكلفة الفعل وكي تكون صحيحة الجسد يجب أن تكون تكلفة الكسل أكبر من تكلفة التمرينات الرياضية إن التحمل غرامة التدخين في مطعم أو عدم تدوير المخلفات يضيف عواقب للفعل والسلوك لا يتغير إلا إذا كان العقاب مؤلماً بما يكفي ومن المؤكد وقوعه وعموماً كلما كانت التبعات مباشرة وواضحة وملموسة وفورية كان من الأرجح أن تؤثر على سلوك الفرد وكلما كانت التبعات عامة ومبهمة وغير ملموسة ومتأخرة كان من غير المرجح أن تؤثر على سلوك الفرد ولحسن الحظ صمت طريقة بسيطة ومباشرة لإضافة تكلفة فورية إلى أي عادة سيئة وهي إبرام عقد العادة عقد العادة صدر أول قانون لحزام الأمان في نيويورك في الأول من ديسمبر العام 1984 في ذلك الوقت كانت نسبة 14% فقط من ركاب السيارات في الولايات المتحدة يربطون حزام الأمان بشكل دوري لكن كل ذلك كان على وشك أن يتغير ففي غدون خمس سنوات كان أكثر من نصف الولايات المتحدة قد سنت قوانين تفرض استخدام حزام الأمان واليوم يعد ربط حزام الأمان أمراً يفرضه القانون في 49 ولاية أمريكية من أصل 50 ولا يقتصر الأمر على التشريع القانوني فقط يستغير عاد الأشخاص الذين يستخدمون حزام الأمان كذلك وفي العام 2016 كان أكثر من 88% من الأمريكيين يربطون حزام الأمان في كل مرة يستخدمون فيها السيارة ففي غدون 30 عاماً وحسب حدث تحول كامل في عادات ملايين الأشخاص تعد القانون واللوائح التنظيمية أمثلة على الكيفية التي تستطيع بها الحكومة تغيير العادات عن طريق سياغة عقد اجتماعي فقد اتفقنا معاً كمجتمع على الالتزام بقواعد محددة ثم طبقناها كمجموعة وكلما أثر تشريع جديد على السلوك فإن هذا مثال على العقد الاجتماعي الذي يشكل عادتنا فالجماعة تتفق على التصرف بشكل معين وإذا لم تسيرهم ستعاقد ومثلما تستخدم الحكومات القوانين كي تحمل مواطنيها المسئولية يمكنك إنشاء عقد العادة كي تحمل نفسك المسئولية وعقد العادة عبارة عن اتفاق شفوي أو مكتوب تذكر فيه التزامك بعادة معينة والعقابة الذي سيقع عليك إذا لم تلتزم بها بعد ذلك عليك أن تجد شخصا أو شخصين يكونان شريكين في المسئولية كي يوقع العقد معك كان برايان هاريس رائد الأعمال من ناشف البولاية التنسي هو أول شخص أراه يطبق هذه الاستراتيجية فبعد مولد ابنه بقليل أدرك هاريس أنه كان يريد التخلص من عدة أرطال من وزنه وقد أبرم عقدا بينه وبين زوجته ومدربه الشخصي كانت النسخة الأولى من العقد تقول هدف برايان الأول للربع الأول من العام 2017 هو البدء في تناول الطعام السحي مجددا بحيث يشعر بشعور طيب حيال نفسه ويبدو بشكل أفضل ويتمكن من تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في الوصول إلى وزن مقداره مئتين رفل ونسبة دهون مقدارها عشرة بالمائة وأسفل هذه العبارة وضع هارس خارط الطريق لتحقيق هذا الهدف المثالي المرحلة الأولى العودة إلى نظام غذائي دي كربوهيدرات بطيئة في الربع الأول من العام المرحلة الثانية البدء في برنامج لتعقب المغزيات الكبيرة في الربع الثاني من العام المرحلة الثالثة تنقيح تفاصيل النظام الغذائي وبرنامج التدريب والحفاظ عليهما في الربع الثالث من العام وأخيراً قام هارس بتدوين كل العادات اليومية التي من شأنها أن تساعده على تحقيق هدفه على سبيل المثال كتابة كل الطعام الذي يستهلكه كل يوم ووزن نفسه كل يوم وبعد ذلك أدرج هارس العقاب الذي سيقى عليه إذا فشل إذا لم يفعل برايان هذه الأشياء فسيقع عليه الاعقاب التالي سيتعين عليه أن يتأنق فيما لبسه كل عطلة نهاية أسبوع وصبيحة كل يوم أحد على مدار الربع التالي ويعرف التأنق بأنه عدم ارتداء الجينز أو الكمصان قصيرة الأكمام أو الكنزات الفضفاضة أو السراويل القصيرة كما سيتعين عليه أن يمنح جوي مدربه مئتين دولار كي ينفقها كما يشاء لو أنه غفل عن تدوين طعامه مرة واحدة وفي أسفل الورقة قام هارس وزوجته ومدربه بالتوقيع على العقد كان رد فعلي المبدأي هو أن هذا العقد يبدو شديد رسميا بشكل لا ضرورة له خاصة مسألة التوقيعات ويرى أن هارس أقنعني بأن توقيع العقد كان مؤشرا على الجدية وقال لي في أي مرة أتغافل فيها عن هذا الجزء أبدأ في التقاعص على الفور تقريبا بعدها بثلاثة أشهر وبعد تحقيق أهدافه للربع الأول من العام قام هارس بتحديث أهدافه كما تعظمت العواقب أيضا فإذا أهم الأهداف متعلقة بتناول الكربوهيدرات والبروتينات كان يدفع لمدربه ماء الدولار وإذا لم يزن نفسه كان يعطي زوجته 500 دولار كي تنفقها كما تشئ وربما الأشد ألما أنه إذا ناسي التدريب الجاري كان عليه أن يتقنق في ملبسه كل يوم من أيام العمل وأن يعتمر كباعة فريق ألباما لبقية الربع وهو الخصم اللدود للفريق الذي يشجعه فريق أوبرين نجحت هذه الاستراتيجية وفي ظل وجود زوجته ومدربه كشريكين مسؤولين وفي ضوء تحديد العقد ما عليه فعله كل يوم فقد هارس الوزن الذي أراده فلكي تجعل العادات السيئة غير مشبع أفضل خيار أمامك هو أن تجعلها مؤلمة بشكل فوري ويعد إبرام عقد العادة طريقة سهلة ومباشرة لفعل هذا الأمر وحتى إذا لم تكن تريد إبرام عقد كامل حينها يكون لمجرد وجود شريك مسؤولية فائدة كبيرة تكتب الفنانة الكوميدية مارغريت شو نقطة أغنية كل يوم وهي تقوم بتحدي أغنية واحدة كل يوم مع صديقة لها وهذا يساعد كلاهما على تحمل المسؤولية إن معرفة أن ثمت شخص ما أخر يشاهدك يمكن أن تمثل تحفيذا كبيرا فمن غير مرجح أن تسوف أو تستسلم لأن هناك تكلفة فورية فإذا لم تلتزم بالأمر ربما يراك الآخرون بوصفك شخصا عديم الثقة أو كسول وفجأة أنت لم تعد تخلف وعودك لنفسك وحسب بل تخلف وعودك للآخرين أيضا بل ويمكنك أكملة هذه العملية يستيقظ توماس فرانك رائد الأعمال من بولدر بولاية كولورادو كل يوم في السادسة إلا خمس دقائق صباحا وإذا لم يفعل هذا تنطلق تغريدة بشكل تلقائي من حسابه تقول إنها السادسة وعشر دقائق وأنا لم أستيقظ لأنني شخص كسول رد على هذه التغريدة وستحصل على خمسة دولارات عبر موقع باي بال حد أقصى خمسة تغريدات وذلك على افتراض أن منبه لم يصبه عطل ما نحن نحاول دائما أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا إلى العالم فنحن نمشد شعورنا ونغسل أسناننا بالفرشات ونلبس بحرص لأننا نعرف أن هذه العادات من المرجح أن تستسير رد فعال إيجابي ونحن نريد الحصول على تغديرات جيدة والتخرج من أفضل الكليات كي نصير إعجاب أصحاب العمل المحتملين ورفقنا وأصدقائنا وأفراد عائلتنا فنحن نكترس لآراء أولئك الذين يحيطون بنا لأن من المفيد لنا أن يحبنا الآخرون ولهذا السبب تحديدا يكون من المفيد للغاية الحصول على شريك مسئولية أو التوقيع على عقد العادة ملخص الفصل الصورة المعكوسة للقانون الرابع لتغيير السلوك هي يجعلها غير مشبعة من غير المرجح أن نكرر العادة إذا كانت مؤلمة أو غير مشبعة يمكن لشريك مسئولية أن يخلق تكلفة مباشرة لعدم الفعل فنحن نكترس بشدة لما يظنه الآخرون فينا ولا نريد أن يكون رأيهم فينا سلبيا يمكن استخدام عقد العادة لإضافة تكلفة اجتماعية لأي سلوك وهو يجعل تكاليف خرق أي وعود أعلنية ومؤلمة إن معرفة أن ثمت شخص آخر يشاهدك يمكن أن تكون محفزاً قوياً كيف تغرس عادة حسنة؟ القانون الأول اجعلها واضح املأ بطاقة تسجيل العادات اكتب عادتك الحالية كي تصير واعياً بها استخدم نيات التنفيذ سوف أؤدي السلوك في الوقت في المكان استخدم تجديس العادات بعد العادة الحالية سأكون بالعادة الجديدة صمم بيئتك اجعل الإشارات الخاصة بالعادة الحسنة واضحة ومرئية القانون الثاني اجعلها جذابة استخدم استراتيجية التجميع كن بضم فعل تريده إلى فعل آخر أنت بحاجة إلى قيام به انضم إلى ثقافة يكون فيها سلوكك المنشود والسلوك الطبيعي اسمع تقصر للتحفيز افعل شيئاً تستمتع بالكيام به قبل أي عادة صعبة مباشرة القانون الثالث اجعلها سهلة قلل الصعوبات قلل عاد الخطوات بينك وبين العادات الحسنة جاهز البيئة المحيطة جاهز بيئتك كي تجعل الأفعال المستقبلية أفهم أحسن التعامل مع اللحظات الحاسمة اتخذ خيارات بسيطة صحيحة تكون لها تأثيرات عظيمة استخدم قاعدة الدقيقتين اختزل عادتك بحيث يكون من الممكن فعلها في دقيقتين أو أقل كن بأتمتة عادتك استثمر في التكنولوجيا والأشياء التي تشترى لمرة واحدة كي تحسن سلوكك المستقبلي القانون الرابع اجعلها مشبعة استخدم التعزيز امنح نفسك مكافأة فورية حين تكمل عادتك اجعل عدم القيام بشيء ما أمرا ممتعا وعندما تتجنب عادة سيئة فكر في طريقة ترى بها فوائد ذلك استخدم متعقب العادات تتبع سلسلة عادتك ولا تكسر السلسلة إياك والانقطاع مرتين حين تنسى القيام بعادة حسنة احرص على العودة إلى مباشرتها على الفور كيف تتخلص من عادة سيئة عكس القانون الأول اجعلها خفية قل للتعرض كن بإزالة الإشارات الخاصة بعادتك السيئة من بيئتك عكس القانون الثاني اجعلها غير جزابة قعد سياغة عقليتك كن بإبراز منافع تجنب عادتك السيئة عكس القانون الثالث اجعلها صعبة كن بزيادة الصعوبات زد عدد الخطوات بينك وبين العادات السيئة استخدم أدوات الالتزام قيد خياراتك المستقبلية واكسرها على الخيارات التي تفيدك عكس القانون الرابع اجعلها غير مشبعة احصل على شريكك في المسئولية اطلب من أحدهم أن يراكب سلوكك كن بإبرام عقد العادة اجعل تكاليف عادتك السيئة علنية ومؤلمة كيف تنتقل من كونك جيدا وحسن إلى كونك عظيما بحق حقيقة الموهبة متى تهم الجينات ومتى لا تهم كثير من الناس يعرفون مايكل فيليبس الذي يعد أحد أعظم أرياضيين في التاريخ وقد فاز فيليبس بمدليات أولمبية أكثر من أي سباح آخر بل وأكثر كذلك من أي لعب أولمبي في أي رياضة على الإطلاق عدد أقل من الناس يعرف هشام الكروج غير أنه رياضي ممتاز بالمثل وهشام الكروج عداء مغربي فاز بميدليتين أولمبيتين ذهبيتين ويعد أحد أعظم عدائين مسافات متوسطة في التاريخ وعلى مدار سنوات عدة حمل الكروج الرقم القياسي العالمي في سباق الميل و 1500 متر و 2000 متر وفي الألعاب الأولمبية في أثنى في العام 2004 فاز الكروج بالميدالية الزهبية في سباقي 1500 متر و 5000 متر هذان الرياضيين مختلفان في جوانب كثيرة بادئ زي بدئ أحدهما يتنافس على اليابسة بينما الآخر يتنافس في الماء غير أن الجانب الأبرز هو التباين الشديد في الطول إذ يبلغ طول هشام الكروج خمس أقدام وتسعة بوساط نحو 175 سنتيمترا بينما يبلغ طول فيليبس ست أقدام وأربع بوساط نحو 193 سنتيمترا ورغم التباين في الطول الذي يصل إلى سبع بوساط فإن الرجلين يشتركان في سمة واحدة إذ يرتدي مايكل فيليبس وهشام الكروج سراويل لها الطول ذاته من منفرج الساقين إلى القدمين كيف يعقل هذا؟ إن لفيليبس ساقين قصيرتين نسبيا بالنسبة إلى طوله والجزء طويل للغاية وهذه هي البنية المثالية للسباح أما الكروج فله ساقان طويلتين للغاية بينما الجزء العلوي من جسده قصير وهذه هي البنية المثالية للعداء الآن تخيل لو تبادل هذان الرياضيين العالميين رياضة هيمة هل يستطيع فيليبس في زل اللياقاته البدنية المضيشة أن يصير عداء أولمبيا إذا تدرب بشكل كاف من غير مرجع حدوث ذلك ففي زروة لياقاته البدنية كان وزن فيليبس يبلغ 194 رطلا أي أسقل من الكروج ب40 رطلا الذي كان يبلغ وزنه عند تنافس 138 رطلا وحسب فالعداءون طوال القامة يكونون أسقل وزنا وكل رطل إضافي يمثل عبئا حين نكون بصادر عدو وفي مواجهة صفوة المنافسين سيفشل فيليبس من قبل أن يبدأ وبالمثلي ربما يكون الكروج أحد أفضل العدائين في التاريخ لكن من المشكوك فيه أن يتأهل حتى للمنافسة في الأولمبياد كسباح فمنذ العام 1976 يبلغ متوسط طول العدائين الفائزين بالميداليا الزهبية في سباب 1500 متر نحو 5 أقدام و10 بوصات وعلى سبيل المقارنة يبلغ متوسط طول السباحين الفائزين بسباب 100 متر حرة محو 6 أقدام و4 بوصات فالعداءون يكونون في الغالب طوال القامة ولهم ظهور وأزرع طويلة وهذا أمر نسالي لسحب الجسم في الماء وسيكون الكروج في موقف ضعف شديد من قبل حتى أن ينزل حمام السباحة إن السر وراء تعظيم احتمالات نجاحك هو اختيار مجال المنافسة المناسب وهذا ينطبق على تغيير العادات مثلما ينطبق على الرياضة أو العمل فالعادات يسهل تأدياتها ويكون الالتزام بها أكثر إجباعا حين تتوافق مع ميولك وقدراتك الطبيعية ومثل مايكل فيليبس في حمام السباحة أو هشام الكروج في مدمار العدو أنت تريد أن تمارس اللعبة التي تكون فيها احتمالات النجاح مرتفعة يتطلب اعتناق هذه الاستراتيجية التسليم بحقيقة بسيطة وهي أن كل مننا يولد بقدرات مختلفة بعض الأشخاص لا يحبون مناقشة هذه الحقيقة فمن الظاهر تبدو جيناتك ثابتة وليس من الممتع الحديث عن أشياء خارجة عن نطاق سيطرتك علاوة على ذلك فإن مصطلحات مثل الحتمية البيولوجية تجعلنا نعتقد بأن بعض الأشخاص مقدر لهم النجاح بينما البعض الآخر محكوم عليهم بالفشل غير أن هذا الرأي المتعلق بتأثير الجينات على السلوك يتسم بكسر النظر فنقطة قوة الجينات هي أيضا موطن ضعفها فالجينات لا يمكن تغييرها بسهولة وهذا يعني أنها تقدم مزية كبيرة حين تكون الظروف مواتية عد عائقا ضخما حين تكون الظروف غير مواتية فإذا أردت القيام بتزديدة صاحقة في كرة السلة سيكون الطول البالغ سبع أقدام مزية كبيرة لكن إذا أردت أن تؤدي أحد عروض الجنباز سيكون هذا الطول عائقا كبيرا إن بيئتنا تحدد مدى ملاءمة جيناتنا ومدى نفع قدرتنا الطبيعية وحين تتغير البيئة المحيطة وبنى تتغير كذلك الصفات التي تحدد النجاح لا ينطبق هذا على السماة الجثمانية وحسب وإنما على السماة العقلية كذلك فإذا سألتني عن العادات وعن السلوك الإنساني ستجدني شخصا ذكيا ويرى أن هذا لن يحدث إذا سألتني عن الحياكة أو الدفع الصاروخي أو أوطار الجيتار فالكفاءة تعتمد اعتمادا شديدا على السياق إن الأشخاص الذين يحتلون مواقع الصدارة في أي مجال تنافسي ليسوا حاصلين على تدريب جيد وحسب بل هم أيضا مناسبون للمهمة تماما ولهذا السبب إذا أردت أن تكون عظيما بحتا فمن المهم بمكان اختيار الموضع الصحيح الذي ستركز عليه اختصارا نقول الجينات لا تحدد مصيرك بل هي تحدد نطاقات الفرص وعن هذا يقول الطبيب جابور مايت يمكن للجينات أن تهيئنا بصورة مسبقة لكنها لا تفرض علينا شيئا بصورة حتمية والنطاقات التي أنت فيها مهيئة للنجاح هي النطاقات التي من المرجح بدرجة أكبر أن تكون عادتك فيها مشبعة والسر هو توجيه جهودك نحو النطاقات التي تستسيرك وفي الوقت نفسه تتوافق مع مهارتك الطبيعية وذلك كي يتوافق طموحك مع قدرتك السؤال البديهي هو كيف أعرف الموضع التي تكون فيها الاحتمالات في صالحي كيف أتعرف على الفرص والعادات المناسبة لي وأول مكان سنبحث فيه عن الإجابة هو فهمك لشخصيتك كيف تؤثر شخصيتك على عادتك؟ إن جيناتك تعمل أسفل سطح كل عادة من عادتك وفي الحقيقة تكمن الجينات أسفل سطح كل سلوك من سلوكياتك وقد أثبت أن الجينات تؤثر على كل شيء بداية من عدد الساعات التي تمضيها في مشاهدة التلفاز إلى احتمالية إقدامك على الزواج أو الطلاق وجنوحك إلى إدمان مخدرات أو كحوليات أو نيكوتين فثمت مكون راسي قوي جدا يحدد مقدار طاعتك أو تمردك في مواجهة السلطة ومدى قوتك أو ضعفك في مواجهة المواقف الضغطة وإلى أي مدى تتسم بالإقدام أو الإحجام بل وحتى مدى غماسك أو شعورك بالدجر خلال الخبرات الحسية مثل حضور الحفلات الموسيقية وقد أخبرني روبرت بلومين علم الوراثة السلوكي في كلية كينجز كولدج في لندن في وقتنا الحالي توقفنا عن اختبار ما إذا كانت السمات لها مكون راثي أم لا لأننا لم نستطيع العصور على سمة واحدة حرفيا لا تتأثر بجينتنا إن مجموعتك المتفردة الخاصة من السمات الوراثية تهيئك حين تجتمع معا لامتلاك شخصية معينة وشخصيتك هي مجموعة السمات التي تتسم بالاتصاق من موقف إلى آخر ويعرف أكثر التحليلات العلمية المثبتة لسمات الشخصية بإسم السمات الخمسة الكبرى وهو يقسم الشخصية إلى خمسة أطياف سلوكية الأول الانفتاح للتجارب من الشخصية الفضولية والمبتكرة على أحد الجانبين إلى الشخصية الحذرة السابتة على الجانب الآخر الثاني الاكتهاد من الشخصية المنظمة وذات الكفاءة إلى الشخصية المتساهلة والتلكائية الثالث التخالط من الشخصية المنفتحة والحيوية إلى الشخصية المنعزلة ومتحفزة الرابع اللطف من الشخصية الودودة والرحيمة إلى الشخصية صعبة المراس والمنفصلة شعوريا الخامس الاتراب من الشخصية القلقة والحساسة إلى الشخصية الواثقة والهادئة والمستقرة كل السمات الخمسة لها أسس بيولوجية فالتخالط مثلا يمكن تتبعه من الميلاد فإذا شغل العلماء دوضاء مرتفعة في عمبر رعاية الأطفال يتوجه بعض الأطفال نحو مصدر الدوضاء بينما يبتعد البعض الآخر عنه وحين تتبع الباحثون هؤلاء الأطفال على مدار حياتهم وجدوا أن الأطفال الذين اتجهوا نحو الدوضاء من المرجح أن يكونوا ذوي شخصيات انبساطية حين يكبرون أما أولئك الذين اتعدوا عنها فمن المرجح أن يصيروا انتوائيين يتسم الأشخاص ذوي المستويات المرتفعة من اللطف بالحنو والمراعا والدفء كما أنهم يميلون إلى انتلاث مستويات طبيعية أعلى من الأكسيتوسين وهو هيرمون يلعب دورا مهما في الترابط الاجتماعي وزيادة مشاعر الثقة ويمكن أن يعمل كمضاد اكتئاب طبيعي ويمكننا بسهولة أن نتخيل شخصا زي مستويات مرتفعة من الأكسيتوسين وهو يبني عادات مثل كتابة رسائل الشكر أو تنظيم الفعاليات الاجتماعية وفي مثال ثالث تدبر سمة الاضطراب وهي سمة شخصية يمتلكها كل الناس بدرجات متفوتة والأشخاص ذوي المستويات الاضطراب المرتفعة يكونون أكثر قلقا وهما من الآخرين وقد ارتبطت هذه السمة بالحساسية مرتفعة باللوزة الدماغية وهي جزء من الدماغ مسؤول عن ملاحظات التهديدات بعبارة أخرى الأشخاص الأكثر حساسية للإشارات السلبية في بيئتهم من المرجح أن يتسموا بدرجة عالية من الاضطراب إن عادتنا لا تتحدد فقط عن طريق شخصياتنا ولكن ما من شك في أن جيناتنا تدفعنا في اتجاه معين فتفضيلاتنا المتجزرة بعمق تجعل بعض السلوكيات أسهل على بعض الأشخاص مكورنة بغيرهم ليس عليك أن تعتذر بسبب وجود هذه الاختلافات أو أن تشعر بالذنب منها ولكن عليك أن تعمل معها فالشخص الذي يمتلك مستويات منخفضة من الاجتهاد مثلا يكون من غير المرجح أن يكون منظما بطبيعته وربما يحتاج إلى الاعتماد بشدة على تصميم البيئة كي يلتزم بالعادات الحسنة الدرس المستفاد هو أن عليك أن تبني العادات التي تتناسب مع شخصيتك قد يصل الناس إلى جسد مثالي عن طريق التدريب مثل لاعبي كمال الأجسام لكن إذا كنت تفضل تسلك الصخور أو ركوب الدراجات أو التجديف يمكنك عند إذن أن تشكل عادات تمرينك بما يتوافق مع هذه الاهتمامات وإذا كان صديق لك يسير على نظام غذائي منخفض الكربوهايدرات بينما تجد أنت أن النظام منخفض الدهون مناسب لك فافعل ما يناسبك وإذا كنت تريد أن تقرأ أكثر لا تكن محرجا إذا كنت تفضل الروايات الرومانسية الساخنة على الكتب غير الأدبية اقرأ ما يحلو لك فليس عليك أن تبني العادات التي يقول الجميع أن عليك بناءها فلتختر العادة التي تناسبك وليس العادة الأكثر شعبية ثمت نسخة من كل عادة يمكنها أن تجرب لك السعادة والإشباع آثر عليها فالعادات يجب أن تكون ممتعة كي تلتزم به وهذه هي الفكرة الأساسية وراء القانون الرابع إن تشكيل عادتك بما يتوافق مع شخصيتك يعد بداية طيبة غير أن هذه ليست نهاية القصة لنحول انتباهنا إلى إيجاد تصميم المواقف التي تكون فيها في موضع أفضلية بصورة طبيعية كيف تأثر على لعبة تكون فيها الاحتمالات لصالحك؟ إن تعلم لعبة تكون فيها الاحتمالات لصالحك أمر حيوي للحفاظ على الدافعية والشعور بالنجاح نظرياً يمكنك أن تستمتع بعمل أي شيء لكن من الناحية العملية من المرجح بدرجة أكبر أن تستمتع بالأشياء التي يسهل عليك الكيام بها فالبشر الموهوبون في منطقة معينة يميلون إلى أن يكونوا أكثر كفاءة في تلك المهمة ومن ثم يتلقون المليح فيها لأنهم قاموا بعمل حسن وهم يحافظون على طاقتهم لأنهم يحققون التقدم بينما غيرهم يفشل ولأنهم يكافؤون بمقابل مادي أفضل وبفرص أكبر فهذا لا يجعلهم أسعد وحسب ولكن يحفزهم أيضاً لإنتاج عمل ذي جودة أعلى إنها دائرة مفرغة حميدة إذا اخترت العادة الصحيحة سيكون تحقيق التقدم سهلاً وإذا اخترت العادة الخطأ ستكون الحياة سراعاً كيف تختار العادة الصحيحة؟ الخطوة الأولى هي شيء تناولناه بالنقاش في القانون الثالث اجعلها سهلة ففي حالات عدة حين يختار الناس العادة الخطأ يعني هذا ببساطة أنهم اختاروا عادة شديدة الصعوبة فعندما تكون العادة سهلة من المرجح أن تحقق النجاح وحين تنجح من المرجح أن تشعر بالرضى ومع ذلك ثمت مستوى آخر يجد تدبره فعلى المدى البعيد إذا وصلت التقدم والتحسن يمكن لأي منطقة أن تكون صعبة وفي نقطة ما أنت بحاجة إلى التيقن من أنك تلعب اللعبة الصحيحة المناسبة لمهاراتك كيف تعرف ذلك؟ الطريقة الأكثر شيوعاً هي التجربة والخطأ بطبيعة الحال سمت مشكلة تتعلق بهذه الاستراتيجية وهي أن الحياة قصيرة فأنت لا تمتلك الوقت الكافي كي تجرب كل ما صار مهني ممكن أو أن تواعد كل فتاة أو أن تعزف كل أداة موسيقية ولحسن الحظ ثمت طريقة فعالة لحل هذه المعضلة وهي معروفة باسم مبادلة الاستكشاف أو الاستثمار ففي بداية أي نشاط جديد ينبغي أن توجد فترة من الاستكشاف في العلاقات نطلق على هذا اسم المواعدة وفي التعليم الجامعي تسمى هذه الفترة فترة دراسة الفنون الحرة وفي العمل تسمى فترة الاختبار المنفصل والهدف هو أن تجرب عددا كبيرا من الاحتمالات وأن تبحث في نطاق واسع من الأفكار وأن تستكشف مساحة واسعة وبعد فترة الاستكشاف المبدئية هذه حول تركيزك إلى أفضل الحلول التي عصرت عليها لكن واصل التجربة من حين لآخر ويعتمد التوازن الصحيح على ما إذا كنت تربح أن تخسر فإذا كنت تربح حاليا عليك بالاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار أما إذا كنت تخسر فواصل الاستكشاف ثم الاستكشاف ثم الاستكشاف على المدى البعيد ربما يكون من الأفضل العمل على وضع استراتيجية يبدو أنها تقدم أفضل نتائج في ثمانين إلى تسعين بالمائة من الوقت وأن تواصل الاستكشاف في العشرة أو العشرين بالمائة متبقية معروف عن شركة جوجل أنها تطلب من موظفيها قضاء ثمانين بالمائة من أسبوع العمل في وظيفتهم الرسمية وعشرين بالمائة على مشروعات من اختيارهم وهذا أدى إلى ابتكار منتجات حققت نجاحا كبيرا مثل جيميل وآد بورد كما يعتمد النهج الأمثل أيضا على مقدار الوقت الذي تمتلكه فإذا كان لديك وقت كبير كأن تكون في بداية حياتك العملية مثلا سيكون من المنطقي أن تستكشف لأنك بمجرد أن تعصر على المصاري الصحيح سيكون لديك قدرا كبيرا من الوقت كي تستثمره أما إذا كان الوقت مضغوطا كما يحدث حين يقترب الموعد النهائي لتسليم مشروع مثلا فعليك تنفيذ أفضل الحلول التي وجدتها والحصول على بعض النتائج وبينما تستكشف الخيارات المختلفة سمت مجموعة من الأسئلة التي يمكنك أن توجهها لنفسك بشكل متواصل كي تحدد العادات والمناطق التي ستقدم لك أكبر قدر من الإجباع ما الأمر الذي يبدو ممتع من وجهة نظري لكنه يبدو كالعمل من منظور الآخرين؟ إن العنصر الذي يحدد مدى ملاءمتك لمهمة ما ليس مدى حبك أو كرهك لها وإنما ما إذا كان بمقدورك أن تتحمل آلام المهمة بصورة أسهل من معظم الناس متى تجد أنك تستمتع بوقتك بينما الآخرون يشكون؟ إن العمل الذي يؤلمك أقل مما يؤلم الآخرين هو العمل مناسب لك ما الذي يجعلني أفقد الشعور بالوقت؟ التضفق حالة عقلية تدخلها حين تكون مركزاً بشدة على المهمة التي بين يديك إلى درجة أنه بقية العالم يخبو من حولك وهذا المزيج من السعادة والأداء الأقصى هو ما يشعر به الرياضيون والممثلون حين يكونون في المنطقة الصحيحة وسيكون من المستحيل تقريباً أن تمر بحالة تضفق من دون أن تجد المهمة مشبعة ولو بدرجة ما أين أحصل على عائد أكبر من الشخص العادي؟ نحن نقارن أنفسنا على الدوام بمن حولنا ومن الأرجح أن يكون السلوك أكثر إشباعاً حين تكون المقارنة في صالحنا فعندما بدأت الكتابة في موقع جيمسكلير دوكوم أخذ قائمة البريد الخاصة بي تمه بسرعة لم أكن واثقاً مما أجيت فعله لكنني كنت أعلم أن النتائج تأتيني بصورة أسرع مما تأتي زملائي وهذا حفزني على مواصلة الكتابة ما الذي أفعله بصورة طبيعية؟ للحظة من الوقت تجاهل ما تعلمت تجاهل ما أخبرك به المجتمع تجاهل ما يطاقعه الآخرون منك انظر داخلك واسأل نفسك ما الذي أفعله بصورة طبيعية؟ متى أشعر بأنني حي؟ متى شعرت بأن هذه هي ذاتي الحقيقية؟ لا مكان هنا للحكم القاسي على الذات أو لمحاولة إرضاء الغير لا وجود للشكوك أو النقد الذاتي بل يوجد مكان فقط لمشاعر الإنهماك والاستمتاع وكلما شعرت بأن هذه هي ذاتك الحقيقية أعلم أنك تسير في الطريق الصحيح بكل أمانة بعض من هذه العملية يعتمد على الحظ المحد فقد كان مايكل فيليبس وهشام الكاروج محظوظين لأنهم ملدى وهما يمتلكان مجموعة نادرة من القدرات التي يقدرها المجتمع ولأنهما كانا موجودين في بيئة مثالية ملائمة لهذه القدرات إن وقتنا محدود على هذا الكوكب والعظماء من بيننا هم أولئك الذين لا يعملون بجد فقط وإنما يمتلكون حظا سعيدا يتيح لهم التعرض إلى الفرص المويتية لهم لكن ماذا لو لم نرد أن نترك الأمر للحظ إذا لم تستطع العصور على لعبة تكون فيها احتمالات الفوز في صالحك فلتختلق أنت لعبة كهدي وعن هذا يقول سكوت آدمز رسام الكاركاتير الذي ابتكر شخصية ديلبرت كل شخص يمتلك بضعة مناحن يمكن أن يكون فيها من أعلى 25% من الأشخاص إذا بدل بعض الجهد في حالتي يمكنني أن أرسم أفضل من معظم الناس غير أنني لست فنانا كما أنني لست خفيفة الظل أكثر من المؤدين الكوميديين العاديين الذين لم يحققوا الشهرة غير أنني أخف زلا من معظم الناس السر هنا هو أن كل قليل من الناس يستطيعون الرسم جيدا وكتابة النكات وهذا المزيد من الأمرين هو ما يجعل ما أقوم به شيئا نادرا وحين تضيف إلى ذلك خلفيات العملية فجأة يصير لدي موضوع ينظر أن تجد من رسامي كاركاتير من يفهمه من دون أن يعيشه فعندما تعجز عن الفوز بأن تكون الأفضل يمكنك الفوز بأن تكون مختلفا وعن طريق المزج بين مهاراتك يمكنك تقليل مستوى التنفس وتسهل على نفسك الظهور ويمكنك أن تقلل من الحاجة إلى وجود مزية وراثية أو سنوات من الممارسة عن طريق إعادة كتابة القواعد فاللعب الجيد يعمل بجد كيفوس في اللعبة التي يلعبها الجميع لكن اللعب العظيم يخلق لعبة جديدة تناسب نقاط قوته وتتحاشى مواطن ضعفه في الجامعة صممت موضوع تخصصي الميكانيك الحيوية الذي هو مزيد من الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم التشريح لم أكن ذكيا بما يكفي كي أبرز وسط الطلاب الذين يختارون الفيزياء أو الأحياء كمواد تخصص لذا خلقت لعبتي الخاصة ولأنها كانت تناسبني لم تكن الدراسة عبئاً سقيلاً كما كان من الأيثر أن أتجنب الشرك المتمثل في مقارنة نفسي بالآخرين فعلى أي حال لم يكن هناك أحد آخر يأخذ هذه المواد معاً فمن يمكنه إذن أن يقول أنه أفضل مني أو أسوأ؟ يعد التخصص طريقة قوية للتغلب على مصادفة الجينات السيئة فكلما أتكنت مهارة معينة صار من الأصعب على الآخرين التنافس معك إن كثيراً من لعبي كمال الأجسام أقوى من لعب مصارعة الزراعين العادي لكن حتى لعب كمال الأجسام الضخط يمكن أن يخسر في مصارعة الزراعين لأن بطل مصارعة الزراعين يمتلك نقاط قوة خاصة للغاية وحتى إذا لم تكن موجوباً بصورة طبيعية يمكنك دائماً أن تفوس وذلك بأن تكون الأفضل في فئة محدودة للغاية إن الماء المغلي يجعل البطاطس طرية ويجعل البيضة صلبة ولا يمكنك التحكم فيما إذا كنت حبت بطاطس أم بيضة لكن يمكنك أن تختار أن تلعب لابة تناسب طبيعتك وإذا أمكنك العصور على بيئة أنسب يمكنك تحويل الموقف بحيث لا تصير احتمالات خسارتك هي الأكبر بل احتمالات فوزك كيف تستغل جيناتك أفضل استغلال؟ إن جيناتنا لا تغنين عن العمل الجيد بل هي توضحه لنا فهي تخبرنا بما علينا العمل عليه بجد وبمجرد أن ندرك نقاط قواتنا نعرف الموادع التي نقضي فيها وقتنا ونوجه إليها طاقتنا فنحن نعرف أي أنواع الفرص نسعى وراءها وأي تحديات علينا تجنبها وكلما فهمنا طبيعتنا بشكل أفضل صارت استراتيجياتنا أفضل إن الاختلافات البيولوجية مهمة ومع ذلك فمن الأجدى أن تركز على ما إذا كنت تحقق قدراتك بدلا من مقارنة نفسك بشخص آخر إن حقيقة وجود حد طبيعي لأي قدرة معينة ليس لها علاقة بوصولك إلى صقف قدراتك أو عدمه فالناس ينشغلون بحقيقة أن لديهم حدوداً إلى درجة أنهم نادراً ما يبذلون الجهد المطلوب للاقتراب من هذه الحدود علاوة على ذلك ليس بوصع الجينات أن تجعلك ناجحاً إذا لم تبذل المجهود المطلوب نعم من الممكن أن يكون ذلك المتدرب زوج جسد المثالي أفضل منك من حيث التكوين الجيني لكن إذا لم تتدرب بالجدية نفسها التي يتدرب هو بها من المستحيل القول بما إذا كان تكوينك الجيني أفضل منه أو أسوأ فما لم تعمل بجد مثل أولئك الذين تعجب بهم إياك وأن تفسر نجاحهم على أنه نتيجة الحصد وحسب الخلاصة هي أن أحد أفضل الطرق لضمان أن تظل عادتك مشبعة على المدى البعيد هو أن تختار السلوكيات التي تتوافق مع شخصيتك ومهارتك ولتعمل بجد على الأشياء التي يسل عليك القيام بها ملخص الفصل السر وراء تعظيم فرص نجاحك هو اختيار مجال منافسة صحيح إذا اخترت العادة الصحيحة سيكون تحقيق التقدم سهلاً وإذا اخترت العادة الخطأ ستكون الحياة سرعاً الجينات لا يمكن تغيرها بسهولة وهذا يعني أنها تقدم مزية كبيرة حين تكون الظروف مواتية وتعد عائقاً ضخماً حين تكون الظروف غير مواتية تكون العادات أيثر حين تتوافق مع قدراتك الطبيعية اختر العادات التي تناسبك إلعب اللعبة التي تتماشى مع نقاط قوتك وإذا لم تستطع الوصول على لعبة تناسبك اخلق واحدة الجينات لا تغنين عن العمل الجاد بل هي توضحه لنا فهي تخبرنا بما علينا العمل عليه بجد قاعدة جولديلوك كيف تحافظ على الدافعية في الحياة والعمل في العام 1955 كانت مدينة ديزنيلاند قد افتحت للتو في أنهايم بكاليفورنيا حين دخلها صبي في العاشرة من عمره وطلب الحصول على وظيفة كانت قونين العمل وقتها غير صارمة وتمكن الصبي من الحصول على وظيفة كبائع كتابات إرشادية مقابل خمسين سنة للكتاب وفي غدون عام كان الصبي قد انتقل إلى مدجر ديزني السحري وهناك تعلم الحيل من الموظفين الأقدم منه وقد جرب إلقاء النكات وألقى عروضا بسيطة على الزوار وسريعا ما اكتشف أنه لم يكن يحب تأدية الخدعة السحرية وإنما التمثيل والإلقاء بصورة عامة وقد وضع لنفسه هدفا وهو أن يصبح ممثلا كوميديا في سنوات مراهقته بدأ إلقاء العروض في نواد صغيرة في أنحاء لوس أنجلوس كان الحضور قليل العدد وكان العرض قصيرا ونادرا ما كان يبقى على خشبة المسرح أكثر من خمس دقائق كانت غالبية الحاضرين وانشغلين باحتساء الشراب أو الحديث مع أصدقائهم ولم يولونه اهتماما وذات ليلة قام بتأدية عرض الكوميدي في ملها خال تماما من الرواد لم يكن عمله استثنائيا لكن ما من شك في أنه كان يتحسن كانت عروده الأولى لا تدوم أكثر من دقيقة أو دقيقتين وحين كان في مدرسة الثانوية امتدت عروده لتصل إلى خمس دقائق وبعدها بسنوات قليلة وصلت إلى عشر دقائق وفي سن التاسعة عشر كان يقدم عرود إسبوعية لمدة عشرين دقيقة في العرض الواحد وقد كان عليه أن يقرأ ثلاث قصائد خلال العرض كي يجعل العرض طويلا بما يكفي غير أن مهاراته وصلت النمو وقد أمضى أكدا كاملا في التجريب والتعديل والممارسة وبعد أن عمل كاتبا تلفزيونيا لبعض الوقت بدأ تدريجيا يحصل على فرص للظهور في البرامج الحوارية الكوميدية وبحلول منتصف السبعينيات كان قد صار ضيفا دائما الظهور في برامج مثل The Tonight Show و Saturday Night Live وأخيرا وبعد خمسة عشر عاما من العمل صار ذلك الشاب شهيرا وقد جاب ستين مدينة في ثلاثة وستين يوما ثم إثنتين وسبعين مدينة في ثمانين يوما ثم خمسة وثمانين مدينة في تسعين يوما وحضر ثماني عشر ألفا ستمائة خمسة وتسعون شخصا أحد عروده في أوهايو كما بيعت خمسة واربعون ألف تسكرة لعرض الممتد لثلاثة أيام في نيويورك لقد انطلق إلى الكمة وصار واحدا من أكثر المؤديين الكوميديين في عصره واسمه ستيف مارتن تمنحنا كسة مارتن منظورة مدهشة لما يتطلبوا الالتزام بالعادات على المدى الطويل إن الأداء الكوميدي لا يناسب الجبناء فمن الصعب تخيل موقف يبص الخوف في قلوب معظم البشر أكثر من تأدية عرض وحيد على خشبة المسرح والفشل في إثارة ضحكة واحدة ومع ذلك فقد واجه ستيف مارتن هذا الخوف كل إسبوع لثمانية عشر عاما وعن هذا يقول أنضيت عشر سنوات في التعلم وأربع سنوات في التنقيح وأربع سنوات من النجاح الصحق لماذا يلتزم بعض الناس مثل مارتن بعادتهم بينما يجد معظمنا الصعوبة في الحفاظ على الدافعية كيف نصمم العادات التي تكتذبنا بدلا من تلك التي تنفرنا عكف العلماء على دراسة هذا السؤال لسنوات عدة ورغم أنه لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه فإن واحدة من أكثر الإجابات الراثقة هي أن الطريق نحو الحفاظ على الدافعية وتحقيق مستويات عالية من الرغبة هي العمل على مهام ذات صعوبة مقبولة إن الدماغ البشري يحب التحديات لكن بشرط أن تكون هذه التحديات واقعة في منطقة الصعوبة المثالية فإذا كنت تحب التنس وجربت أن تلعب مباراة جادة مع طفل في الرابع من عمره سرعا ما ستشعر بالملل فالأمر أسهل مما ينبغي وستربح كل نقطة على النقيد من ذلك إذا لعبت ضد لعب محترف مثل روجل فيدر أو سيرينا ويليامز فسرعا ما ستفقد الحافظ لأن المباراة ستكون شديدة الصعوبة الآن تدبر الموقف حين تلعب مباراة تنس ضد خصم من نفس المستواك خلال المباراة ستربح بعض النقوات وتخسر بعض الآخر وستكون لديك فرصة طيبة للفوز فقط إذا حاولت بجد في هذه الحالة ستشحز تركيزك وستخبر مشاتتات وستجد نفسك منغمثا في المهمة التي بين يديك فهذا التحدي ذو صعوبة مقبولة وهو مثال رائع على قاعدة جولدي لوكس تنص قاعدة جولدي لوكس على أن البشر يشعرون بذروة التحفيز حين يعملون على مهام تقع تماما على حدود قدرتهم الحالية بحيث لا تكون شديدة الصعوبة ولا شديدة السهولة بل مناسبة تماما وتعد مسيرة ستيف مارتن المهنية نموزجا ممتازا على تطبيق قاعدة جولدي لوكس ففي كل عام كان مارتن يزيد مدة عرضه الكوميدي بواقع دقيقة أو دقيقتين فقط فقد كان يضيف دوما مادة جديدة لكنه كذلك احتفظ ببعض نكات كان من المضمون أن تستسير الضحك فكان يوجد قدر كاف من الانتصارات يبقيه متحمسا وقدر كاف من الأخطاء كي يواصل العمل بجد وحين تبدأ في ممارسة عادة جديدة من المهم أن تجعل السلوك سهلا بقدر الإمكان بحيث تستطيع التمسك به حتى حين لا تكون الظروف مثالية وقد نقشنا هذه النقطة بالتفصيل في قانون الثالث دغير السلوك لكن بمجرد أن تترسخ العادة من المهم أن تواصل التقدم بطرق بسيطة وهذه التحسينيات البسيطة والتحديات الجديدة ستحافظ على حماستك ودافعيتك وإذا أصبت منطقة جولدي لوكس تماما ستحقق حالة التدفق وحالة التدفق هي الحالة التي تشعر فيها بأنك في المنطقة الصحيحة ومنغمس تماما في النشاط وقد حاول العلماء قياس هذا الشعور كميا ووجدوا أنه من أجل تحقيق حالة التدفق يجب أن تكون المهمة أصعب بنحو 4% من قدرتك الحالية في الحالة الفعلية من الصعب عادة قياس صعوبة أي فعل بهذه الصورة وإرى أن الفكرة الأساسية لقاعدة جولدي لوكس تظل قائمة وهي أن العمل على التحديات ذات الصعوبة المقبولة يبدو شديد الأهمية للحفاظ على التحفيز يتطلب التحسن عمل موازنة دقيقة وأنت بحاجة إلى البحث دوريا عن التحديات التي تدفعك إلى حدود قدرتك بينما تحقق في الوقت ذاته تقدما كيفيا كي تظل محافظا على تحفيزك فالسلوكيات يجب أن تظل جديدة كي تواصل أنت الشعور بالإنجذاب والإشباع وعلى الأرجح يعد الملل هو العدو الأكبر في رحلة تحسين الذات كيف تحافظ على تركيزك حين تشعر بالملل وأنت تعمل على تحقيق أهدافك بعد انتهاء مشوار الرياضي كلاعب بيسبول تطلعت إلى ممارسة رياضة جديدة فانضممت إلى أحد فرق رفع الأسكال وذات يوم ظهر أحد المدربين البارزين الصالة الرياضية التي نتضرب فيها كان هذا المدرب قد عمل مع آلاف الرياضيين على امتداد مصار المهن الطويل منهم عدد من الرياضيين الأولمبيين بدأنا الحديث على عملية التحسين سألته ما الفارج بين أفضل الرياضيين وبين كل شخص آخر ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله سواهم ذكر لي عدة عوامل متوقعة مثل العوامل الوراثية والحظ والموهبة غير أنه ذكر شيئا آخر لم أكن أتوقع إذ قال في نقطة ما ينحصر الأمر في القدرة على التغلب على مشاعر الملل من التدريب كل يوم وأداء الرفعات نفسها مرارا تكرارا فجأتني إجابته لأنها طريقة مختلفة للتفكير بشأن أخلاقيات العمل فالناس يتحدثون عن التحمس للعمل على تحقيق أهدافهم وسواء كنا بصدد العمل أو الرياضة أو الفن فأنت تسمع الناس يقولون أشياء على غرار الأمر كله يعتمد على الشغف أو عليك أن ترغف في الأمر بحق ونتيجة لذلك يشعر كثير مننا بالإحباط حين نفقد التركيز أو الدافعية لأننا نظن بأن الناجحين لديهم مخزون لا ينضب من الشغف وغير أن هذا المدرب كان يقول أن الأشخاص الناجحين بحق يشعرون بنقصان التحفيز شأنهم شأن غيرهم والاختلاف هنا هو أنهم يجدون طريقة لمواصلة العمل رغم مشاعر المال الإتقان يتطلب تدريبا لكن كلما تدركت على شيء صار هذا الشيء مملا وروتينيا بدرجة أكبر وبمجرد تحقيق المكاسب المبدئية ومعرفة ما علينا توقع فإن اهتمامنا يبدأ في الخبوة بل وأحيانا ما يحدث هذا بصورة أسرع من ذلك كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى صالة التدريبات بضعة أيام أو نشر موضوعين على مدونتك في الموعد المحدد وحينها لن يبدو السماح لأحد الأيام بالانقضاء من دون عمل خطبا جليا فالأمور تسير على ما يرام ومن السهل أن تجد لنفسك حظرا كي تتوقف يوما على الممارسة تحت زعم أن الأمور تسير على ما يرام إن التهديد الأكبر للنجاح ليس الفشل وإنما الملل فنحن نشعر بالملل من العادات لأنها تتوقف عن إسعادنا فالنتيجة تصير متوقعة وتصير عادتنا عادية ونبدأ في الحياة عن طريق التقدم كي نسعى وراء التجديد ربما هذا هو السبب إن غماسنا في دائرة لا نهاية لها إذ ننتقل من تدريب إلى آخر ومن نظام الزائي إلى آخر ومن فكرة عمل إلى أخرى وبمجرد أن نشعر بأقل قدر من الانخفاض في الدافعية نبدأ في التماس استراتيجية جديدة حتى لو كانت القديمة لا تزال فعالة وعن هذا قال ميكافيلي يرغب الرجال في التجديد إلى درجة أن أولئك الذين يبلون بلاءا حسنا يرغبون في التغيير شأنهم شأن أولئك الذين يبلون بلاءا سيئا ربما لهذا السبب نجد أن غالبية المنتجات التي تشكل عادات هي تلك التي تقدم صورة متواصلة من التجديد فألعاب الفيديو تقدم التجديد البصري والطعام المرزول يقدم التجديد في المزاق وكل خبرة من هذه الخبرات تقدم عناصر متواصلة من المفاجأة في علم النفس يعرف هذا باسم المكافأة المتفاوتة وتعد ماكينات المكامرة أبرز الأمثلة عليها فالمكامر يحقق الفوز من حين لآخر ويكون ذلك على فترات متفاوتة فالوتيرة التي تأتي بها المكافأات تتبين وهذا التفاوت يؤدي إلى دفعات أكبر من الدوبامين ويحسن أداء الذاكرة ويسرع من عملية تكوين العادات إن المكافأات المتفاوتة لا تخلق طوقا بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ مكافأة تهم الناس وتمنحها لهم على فترات متفاوتة ثم تأمل أن يغير ذلك أرائهم ولكنها وسيلة فعالة لتعزيز الطوقا الذي نشعر به بالفعل لأنها تقلل من الملل إن نقطة الرغبة المثالية تتحقق حين تكون احتمالات النجاح والفشل متساوية ففي نصف المرات ستحصل على ما تريد وفي نصف المرات لن تحصل على ما تريد أنت فقط بحاجة إلى قدر كاف من المكاسب كي تشعر بالإشباع وإلى قدر كاف من الافتكار كي تشعر بالرغبة وهذه إحدى فوائد اتباع قاعدة جول دي لوكس فإذا كنت مهتما بالفعل بعادة ما يعد الإقدام على تحدي زي صعوبة مقبولة طريقة جيدة للحفاظ على اهتمامك بها بطبيعة الحال ليست كل العادات تقدم مكافأات متفاوتة ولن تريد أن يحدث هذا على الدوام فإذا كان جوجل يقدم نتائج بحث مفيدة من حين لآخر وحسب فسأتحول سريعا إلى محرك بحث آخر منافس وإذا كانت خدمة أوبر تنقلني في نصف مرات التي أطلبها فقط أشك بأنني سأستخدمها طويلا وإذا كنت بتنظيف أسناني بالخيط كل ليلة ولم ينتهي بالحال بفم النظيف إلا في بعض الأحيان فقط أعتقد أنني سأتوقف عن ذلك وسواء كانت المكافأات متفاوتة أم لا من المستحيل أن تظل أي عادة مصيرة للإهتمام على الدوام ففي نقطة ما يواجه الجميع التحدي ذاته في رحلة التحسين الذاتي إذا عليك أن تحب الملل كلنا لدينا أهدافا نود إحرازها وأحلاما نريد تحقيقها لكن بصرف النظر عما تحاول أن تجيده فإذا كنت تعمل حين تكون الظروف مناسبة أو حين تشعر بالحماسة وحسب فلن تصل إلى الاستمرارية الكافية لتحقيق نتائج بارزة يمكنني أن أضمن لك أنك لو تمكنت من البدء في عادة ووصلت الالتزام بها ستمر بك أيام ترغب فيها في التوقف فعندما تبدأ عملا ما ستكون هناك أيام تشعر فيها بعدم الرغبة في الذهاب إلى العمل وحين تكون في صالة التدريبات الرياضية ستكون هناك مجموعات تمرين لا تود إكمالها وحين يحين وقت الكتابة ستمر بك أيام لا ترغب فيها في عمل ذلك غير أن مغالبة الذات حين تشعر بالضيق أو الألم أو الاستنزاف هو ما يحدث الفارج بين الشخص المحترف والهاوي فالمحترفون يتمسكون بروتينهم اليومي بينما الهواه يسمحون لتقلبات الحياة بأن تمنعهم من الاستمرار والمحترفون يعرفون ما يهمهم ويعملون على تحقيقه بكل جدية بينما الهواه ينجرفون بعيدا عن المصاري الصحيح نتيجة ما يطرق في حياته من أمور إن ديفيد كين المؤلف ومدرس التأمل يشجع طلابه على تجنب ممارسة التأمل في الظروف المؤيتية وحسب وبالمثل أنت لا تريد أن تمارس الرياضة في الظروف المؤيتية وحسب أو الكتابة في الظروف المؤيتية وحسب أو أن تقتصر ممارستك لأي فعل على الظروف المؤيتية وحسب فعندما تكون العادة مهمة بالفعل لك عليك أن تكون مستعدا لالتزام بها تحت أي ظرف والمحترفون يواظبون على الفعل حتى لو كانت حالتهم المزاجية ليست على ما يرام فربما لا يستمتعون بالأمر لكنهم يجدون طريقة للاستمرار فيه لقد مرت علي مجموعات تمرين لم أكن أرغف في إنهائها غير أنني لم أندم قط على أنني أكملت تدريبي ومرت بي مقالات تادة لم أكن أرغف في كتابتها غير أنني لم أندم قط على نشر مقالاتي في موعدها وقد مرت بي أياما كثيرة شعرت فيها بالرغبة في الاسترخاء غير أنني لم أندم قط على الالتزام ومواصلة العمل على شيء مهم بالنسبة إليه والسبيل الوحيد إلى تحقيق التفوق هو أن تفتتن على الدوام بممارسة نفس الفعل مرارا وتكرارا فأنت بحاجة إلى أن تحب الملل ملخص الفصل تنص قاعدة جولدي لوكس على أن البشر يشعرون بزروة التحفيز حين يعملون على مهام تقع تماما على حدود قدراتهم الحالية إن التهديد الأكبر للنجاح ليس الفشل وإنما الملل بينما تتحول العادات إلى الروتين فإنها تصير أقل إمتاعا وإشباعا فنحن نشعر بالملل أي شخص يمكنه أن يعمل بجد وأن يشعر بالتحفيز غير أن القدرة على الاستمرار حين لا يكون العمل مصيرا للإهتمام هي التي تحدث الفارق المحترفون يتمسكون بروتينهم اليوم بينما الهواة يسمحون لتقلبات الحياة بأن تمنعهم من الاستمرار الجانب السلبي لبناء عادات حسنة تبني العادات أساس الإتقام في لعبة الشطرنج لا يستطيع اللعبة التركيز على المستوى التالي من اللعبة إلا بعد أن تصير كل الحركات الأساسية لقطع أوتوماتيكية تماما وكل معلومة جديدة يجرى تذكرها تفتح مساحة ذهنية لمزيد من التفكير المجهد وينطبق هذا على أي مجال فحينما تعرف الحركات البسيطة جيدا بحيث تستطيع القيام بها من دون تفكير ستصير حرا في الانتباه إلى المزيد من التفاصيل المعقدة وبهذه الطريقة تكون العادات بمنزلة العمود الفكري لأي مسع نحو التفوق ومع ذلك فإن فوائد العادات لها تكلفة في البداية كل عملية التكرار تؤدي إلى زيادة في الطلاقة والسرعة والمهارة لكن بعد ذلك وبينما تصير العادة أوتوماتيكية فإنك تصير أقل انتباها للتغذية الراجعة وتسقط فيه هوة التكرار اللاواعي ويصير من الأسهل السماح للأخطاء بالحدوث فحينما تؤدي أداءا حسنا بما فيه الكفاية وأنت في وضعية التوجيه الآلي فإنك تتوقف عن التفكير في الكافية التي يمكن أن تتحسن بها الجانب الإيجابي للعادات هو أننا نستطيع القيام بالأمور من دون تفكير أما الجانب السلبي هو أنك تعتاد على القيام بالأمور بطريقة معينة وتتوقف عن الانتباه إلى الأخطاء البسيطة فأنت تفترض أنك تتحسن لأنك تجني مزيدا من الخبرة بينما في الواقع أنت فقط تعزز عاداتك الحالية لا تحسنها وفي الحقيقة بيّنت بعض الأبحاث أنه بمجرد إتقان المهارة يحدث في المعتاد انخفاض بسيط في الأداء مع مرور الوقت في المعتاد لا يستدعي هذا الانخفاض البسيط في الأداء القلق فأنت لست بحاجة إلى نظام من أجل التحسين المتواصل للكافية التي تغسل بها أسنانك أو تربط بها حذائك أو تصنع بها فنجان الكهوة في الصباح فمع عادات كذي يكون المستوى مقبول كافيا تماما وكلما وجهت قدرا أقل من الطاقة إلى الاختيارات التافهة صار بوسعك توجيه المزيد من الطاقة إلى الأمور التي تهم حقا ومع ذلك حين تريد تحقيق أقصى ما في وسعك والوصول إلى مستوى أداء متميز ستكون بحاجة إلى أسلوب مختلف فلا يمكنك تكرار الأفعال نفسها بصورة عمياء ثم تتوقع أنك ستصير استثنائيا فالعادات ضرورية للإتقان لكنها ليست كافية وما تحتاجه هو مزيد من العادات الأوتوماتيكية والتدريب المتأني العادات زائد التدريب المتأني يساوي الإتقان لكي تكون عظيما يجب أن تكون بعض المهارات أوتوماتيكية فلاعبوا كرة السلة يجب أن يكونوا قادرين على مناورة بالكرة من دون تفكير وذلك قبل إتقان تصويب الكرة بكل يد من اليدين ويحتاج الجراحون إلى تكرار الشق الأول مرات عدة بحيث يستطيعون القيام به وأعينهم مغمضة وذلك حتى يستطيعوا التركيز على المئات المتغيرات الأخرى التي تنشأ خلال الجراحة لكن بعد إتقان العادة عليك أن تعود إلى الجزء المجهد من العمل وأن تبدأ في بناء العادة التالية فالإتقان هو عملية حصر تركيزك على عنصر نجاح أساسي وتكرار إلى أن تصير المهارة شيئا غريزيا ثم استخدام العادة الجديدة كأساس للتقدم إلى منطقة تطورك الجديدة فالمهام القديمة تصير أيسر في المرة الثانية التي تؤديها فيها لكنها لا تصير أيسر إجمالا لأنك الآن تصب طاقتك على التحدي التالي وكل عادة تفتح مستوى جديدا من الأداء إنها دائرة مفرغة تتطلب عملية الإتقان منك تحقيق تقدم تلوى الآخر بحيث تبني كل عادة على تلك التي تصدقها حتى تصل إلى مستوى جديد من الأداء وتغرس داخلك نطاقا أعلى من المهارات ورغم ما تتسلم به العادات من قوة فإنك تحتاج إلى طريقة للبقاء واعيا بسلوكك مع مرور الوقت بحيث تستطيع مواصلة التنجيح والتحسن وتحديدا في اللحظة التي تبدأ فيها بالشعور بأنك اتقنت مهارة جديدة حين تبدو الأمور أوتوماتيكية وتصير مرتاحا سيتعين عليك أن تتجنب الإنزلاق إلى شرك الردى عن الزيت ما الحل؟ أسس نظاما للتدبر والمراجعة كيف تراجع عادتك وتدخل التعديلات؟ في العام 1986 كان فريق لوس أنجلوس ليكرز يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين في تاريخه لكن نادرا ما يتذكرهم الناس لذلك السبب فقد بدأ الفريق موسم 1985-1986 في دور الرابطة الوطنية لكرة السلة محققا سجلا مذهشا إسفاز في 29 مباراة وانهزم في خمس مباريات فقط كان العالمون بأمور اللعبة يقولون أنه ربما يكون الفريق الأفضل في تاريخ كرة السلة على الإطلاق هكذا قال مدرب الفريق بات ريلي في أعقاب هذا الموسم لكن من المسيل للدهشة أن فريق الليكرز تعثر في الأدوار الإقصائية للعام 1986 وعانى من هزيمة في نهاء الكسم الغربي أنهت موسمه إن الفريق الأفضل في تاريخ كرة السلة لم يلعب حتى نهائي بطول الدور الرابطة الوطنية لكرة السلة بعد هذه الضربة شعر ريلي بالسأم من سمع كيف أن لاعبيه يمتلكون كثير من الموهبة وإلى أي مدى يعد هذا الفريق واعدا إنه لم يرغب في رؤية لمحات البراعة يعقبها خف التدريجي في الأداء وكان يريد من فريق الليكرز أن يحقق أقصى ما تتيح قدراته ليلة تلوى الأخرى وفي صيف العام 1986 ابتكر ريلي خطة تحقق له ذلك بالضبط فابتكر نظاما سماه برنامج المبهود المهني الأفضل ويشرح ريلي قائلا حين ينضم اللاعبون إلى فريق الليكرز لأول مرة نتبع إحصائيات كرة السلة الخاصة بهم وصولا إلى مدرسة الثانوية أطلق على هذه العملية اسم تسجيل أرقامهم فنحن نبحث عن نكياس دقيقه لما يستطيع اللاعب عمله وبعد ذلك ندمجه في خطة الفريق استنادا إلى فكرة أنه سيواصل تقديم متوسطات الأداء الخاصة به ويحسنها مع الوقت وبعد تحديد المستوى الأساسي لأداء اللاعب أضاف ريلي خطوة محورية استلب من كل اللاعب أن يحسن أداءه بما لا يقل عن واحد بالماء على مدار الموسم وإذا نجح فسيكون هذا هو المجهود المهني الأفضل له وعلى نحو المشابه لما فعله فريق الدراجات البريطاني الذي تناولناه بالنقاش في الفصل الأول فقد سعى فريق الليكرز إلى الوصول إلى زروة الأداء عن طريق التحسن قليلا كل يوم وقد حرس ريلي على توضيح أن المجهود المهني الأفضل لا يتعلق فقط بالنقاط أو الإحصائيات وإنما يتعلق بتقديم أفضل مجهود روحي وزهني وبدني إذ يحصل اللاعبون على نقاط مقابل السماح لللاعب الخصم بالارتطام بك مع معرفتك أنه سيرتكب خطأ أو رمي نفسك نحو كرة لم يستحوذ عليها أحد أو القفز لاسترداد الكرة سواء كنت من المرجح أن تحصل عليها أم لا أو مساعدة زميل بعد أن يتخطاه اللاعب الذي يفترض به مراقبته وغير ذلك من أعمال الأبطال المجهولين مثال على ذلك لنفترض أن ماجيك جونسون نجم فريق الليكرز في ذلك الوقت سجل إحدى عشر نقطة وثمان متابعات وإثنى عشر تمريرة حاسمة واستولى على الكرة مرتين وفقد الكرة خمس مرات أيضا يحصل ماجيك جونسون على نقطة لقيامه بعمل البطل المجهول حين أنقى بنفسه نحو كرة لم يستحوذ عليها أحد وأخيرا فقد لعب 33 دقيقة في هذه المباراة التخيلية الأرقام الموجبة أحدى عشر زائد ثمان زائد إثنى عشر زائد إثنان زائد واحد مجموعها أربعة وثلاثين بعد ذلك نقسم خمس نقاط مقابل الكرات التي فقدها ليكون الإجمالي تسع وعشرين وأخيرا نقسم تسع وعشرين على ثلاثة وثلاثين وهو عدد دقائق التي يلعبها ويساوي 879 من الألف المجهود المهني الأفضل لماجيك جونسون هنا يساوي 879 من الألف تم حساب هذا الرقم لكل مباريات اللاعب وكان متوسط المجهود المهني الأفضل هو الرقم الذي طلب من اللاعب تحسينه بنسبة واحد بالمائة على مدار الموسم وقد كارن ريلي رقم كل اللاعب ليس فقط بأدائه الصادق وإنما أيضا بأداء غيره من اللاعبين في الدوري ويقول ريلي لقد صنفنا أعضاء الفريق في مقابل خصومهم في الدوري الذين يلعبون في نفس المراكز ولهم نفس المهام في الملعب وتقول الكاتبة الرياضية جاكي مكمولان كان ريلي يكتب أسماء أفضل لعبين أداء في الدوري بحروف كبيرة على الصبورة كل إسبوع ويقارنهم باللعبين المناظرين لهم في فريقه كان اللاعبون زو الأداء الثابت الموصول بهم يحرزون أرقاما بين ستمائة وسبعمائة بينما كان صفوة اللاعبين يسجلون ثمانمائة على الأقل أما الماجيك جونسون الذي أحرز مائة ثمانية وثلاثين رقما مزدوجا سلاسيا في مساره المهني فعادة ما كان يسجل أكثر من ألف كما شدت فريق الليكرز أيضا على التقدم السنوي عن طريق عقد مقارنات تاريخية لبيانات المجهود المهني ويقول ريلي كنا نضع بيانات شهر نوفمبر 1986 إلى جانب بيانات شهر نوفمبر 1985 ونبين لللاعبين ما إذا كان أداءهم قد تحسن أم تدهور مقارنة بنفس النقطة من الموسم الماضي بعد ذلك كنا نريهم الأداء في ديسمبر عام 1986 في مقابل أداء شهر نوفمبر من العام نفسه بدأ فريق الليكرز في استخدام برنامج المجهود المهني الأفضل في أكتوبر 1986 وبعدها بثمانية أشهر كانوا أبطال دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة وفي العام التالي قد بات ريلي فريقه للقب آخر وبهذا صار فريق الليكرز أول فريق منذ عشرين عاما يفوز باللقب مرتين متتاليتين وفي وقت لاحق قال ريلي الحفاظ على الجهد هو أهم شيء في أي مشروع فسر النجاح هو تعلم كيفية فعل الأشياء بصورة صحيحة ثم فعلها بنفس الطريقة كل مرة يعد برنامج المجهود المهني الأفضل مثالا بارزا على قوة التدبر والمراجعة لقد كان فريق الليكرز يمتلك الموهبة بالفعل لكن ساعدهم ذلك كالبرنامج على استغلال قدراتهم أحسن استغلال والتأكد من تحسن عاداتهم بدلا من تدهورها إن التدبر والمراجعة يتيحان التحسين طويل الأمد لكل العادات لأنهما يجعلانك ويعين بالأخطاء ويساعدانك في تدبر الطرق الممكنة للتحسن ومن دون التدبر يمكننا انتحال الأعذار وابتكار المبررات والكذب على أنفسنا فليس لدينا عملية لتحديد ما إذا كنا نؤدي أفضل أم أسوأ مقارنة بالأمس ينخرط أبرز الشخصيات في جميع المجالات في أنواع مختلفة من عملية التدبر والمراجعة ولا يتعين أن تكون هذه العملية معقدة يعد العداء الكيني إليوت كيبشوغ أحد أعظم عن دائيل مرسم في التاريخ وهو بطل أوليمبي وهو لا يزال يدوم ملاحظاته في أعقاب كل تدريب حتى يراجع ما صار عليه تدريب اليوم ويبحث عن الجوانب التي يمكن أن يتحسن فيها وبالمثل تسجل السباحة الفائزة بمدليات ذهبية كاتي لديكي تقييمها لأدائها على مقياس متدرج من 1 إلى 10 ويتضم الملاحظات عن التغذية وعن مدى جودة نومها كما أنها تسجل الأوقات التي تحرزها السباحات الأخرى وفي نهاية كل أسبوع يراجع مدربها ملاحظاتها ويضيف إليها أفكاره ولا ينطبق هذا على الرياضيين وحدهم فعندما يكون المؤدي الكوميدي كريس روك عكفاً على إعداد مادة جديدة فإنه يظهر في نواد ليلية صغيرة لعشرات المرات ويختبر مئات النكات وهو يجلب معهم مفكرة على خشبة المسرح ويسجل الأجزاء التي صارت على نحو طيب والأجزاء التي يحتاج إلى الكيام فيها بتعديلات والنكات القديلة التي تنجو من عملية التصفية تشكل العمود الفقري لعرضه الجديد أعرف مديرين تنفيذيين ومستثمرين يحتفظون بسجل يومي للقرارات يسجلون فيها القرارات الكبيرة التي يتخذونها كل أسبوع وسبب اتخاذهم لها والنتائج التي يتوقعونها وهم يراجعون اختياراتهم في نهاية كل شهر أو كل عام ويرون المواضع التي كانوا فيها محقين والمواضع التي كانوا فيها مخطئين إن عملية التحسين ليست متعلقة فقط بتعلم عادات جديدة بل متعلقة كذلك بتنقيحها وتضمن عملية التدبر والمراجعة لك أن تقضي وقتك في فعل الأشياء الصحيحة وتصويب المسار كلما لازم الأمر مثل بات ريلي الذي ينقح جهود لعابي فريكو كل ليلة فأنت لا تريد الاستمرار في التدرب على عادة لو أنها صارت غير فعالة بصورة شخصية أكون بشيئين أساسيين على سبيل التدبر والمراجعة ففي شهر ديسمبر من كل عام أؤدي عملية المراجعة السنوية والتي فيها أتدبر في العام الماضي فأحصر عاداتي في ذلك العام عن طريق إحصاء عدد المقالات التي نشرتها وعادة التدريبات التي قمت بها وعادة الأماكن الجديدة التي زرتها وغير ذلك من الأمور بعد ذلك أفكر فيما حققته من تقدم أو ما عجزت عن تحقيقه من تقدم عن طريق الإجابة عن ثلاثة أسئلة ما الذي صار على نحو نطيب هذا العام؟ ما الذي لم يسر على نحو نطيب هذا العام؟ ما الذي تعلمته؟ بعدها بستة أشهر حين أحل فصل الصيف أقوم بملء تقرير النزاهة فأنا أرتكب الكثير من الأخطاء شأن غيري من البشر ويساعدني تقرير النزاهة على إدراك الموادع التي أخطأت فيها ويحفظني على الرجوع إلى المصار السليم وأنا أستخدمه كفرصة لإعادة التجديد على قيمي الأساسية والتفكير فيما إذا كنت أعيش وفقا لها أم لا هذا هو الوقت الذي أفكر فيه في هوياتي والكيفية التي أعمل بها لكي أكون الشخص الذي أريد أن أكون ويجيب تقرير النزاهة السنوي الخاص به عن ثلاثة أسئلة ما هي القيم الجوهرية التي تقوم عليها حياتي وعملي؟ كيف أعيش وأعمل بنزاهة في الوقت الحالي؟ كيف أضع معيارا أعلى لنفسي في المستقبل؟ هذان التقريران لا يستغرقان وقتا طويلا ويرى أنهم يمثلان فترتي تنقيح مهمتين فهما يمنعان الإنزلاق التدريجي الذي يحدث حين لا أكون منتبها انتباها شديدا وهما يقدمان تسكيرا سنويا لي بأن أعيد التفكير في هوياتي منشودة وفي الكيفية التي تساعدني بها عاداتي على أن أصيل الشخص الذي أريد أن أكونه وهما يوضحان لي متى ينبغي علي أن أحسن عاداتي وأن أقدم على تحديات جديدة ومتى ينبغي علي أن أداخل جهدي وأن أركز على الأساسيات إن التدبر يجعل المرء يقدر الأمور تقديرا سليما فالعادات اليومية فعالة بفضل الكيفية التي تتراكم بها ويرى أن الإفراد في القلق بشأن كل خيار من خيارات الحياة اليومية يشبه النظر إلى نفسك في المرآة من مسافة بوصة واحدة فسيصير بوسعك أن ترى العيوب وستفقد القدر على رؤية الصورة الكاملة هذا قدر أكبر مما ينبغي من فيدباك وعلى النقيد من ذلك فإن عدم مراجعة عاداتك مطلقا يشبه عدم النظر إلى المرآة أبدا فأنت غير واعي للأخطاء البسيطة القابلة للإصلاح بقى على قميصك أو شيء من الطعام بين أسنانك هذا قدر أقل مما ينبغي من فيدباك أما التدبر والمراجعة من حين لآخر فهما يشبه بالنظر إلى نفسك في المرآة من مسافة معقولة فسيمكنك رؤية التغييرات المهمة التي ينبغي القيام بها من دون التغافل عن رؤية الصورة كاملة فأنت تريد رؤية سلسلة الجبال كلها وليس التركيز على كمة مواد وأخيرا يعد التدبر والمراجعة وقتا مثاليا لإعادة النظر إلى واحد من أهم جوانب تغيير السلوك الهوية كيف تتخلص من المعتقدات التي تعيقك عن التقدم؟ في البداية يعد تكرار العادة أمرا أساسيا من أجل بناء البراهين على هويتك المنشودة لكن بينما يزداد تمسكك بهذه الهوية الجديدة فإن هذه المعتقدات نفسها يمكن أن تعيقك عن الوصول إلى المستوى التالي من النمو وعندما تعمل هويتك ضدك فإنها تخلق نوعا من الكبر الذي يشجعك على إنكار مواطن ضعفك ويمنعك من أن تنمو بحق وهذا أحد العيوب الكبيرة لبناء العادات فكلما كانت الفكرة أكثر كدوسية بمعنى كلما صارت أكثر ارتباطا بهويتنا زاد مقدار دفاعنا عنها ضد أي نقد ويمكنك رؤية هذا في كل صناعة في المدرس الذي يرفض طرق التدريس الإبداعية ويلتزم بخطط الدروس المجربة من قبل وحسب وفي المدير المخضرم الذي يلتزم بإنجاز الأشياء بالطريقة المعتادة وحسب وفي الجراحة الذي يرفض أفكار زملائه الأصغر سنين وفي الفرقة الموسيقية التي تنتج ألبوما صاحك النجاح ثم تعجز عن إتباعه بشيء ذي قيمة فكلما زاد تعلقنا بهويتنا صار من الأصعب النمو وتجاوزها يتمثل أحد الحلول فيه تجنب جعل أي جانب واحد من هويتك جزءا غالبا مما أنت عليه وحسب كلمات المستثمر بولجرهام فإن عليك أن تبقي هويتك صغيرة فكلما سمحت المعتقد واحد بتحديد هويتك قلت قدرتك على التكيف حين تتحداك الحياة فإذا ربطت كل شيء بكونك صانع ألعاب الفريق أو الشريك الأساسي في العمل أو أي شيء آخر حينها فإن فقدان ذلك الجانب من حياتك سيدمرك تدميرا فإذا كنت شخصا نباتيا ثم أصبت بحالة مرضية أكبرتك على تغيير نظامك الجزائي ستعاني من أزمة الهوية وحين تتعلق بدرجة مبالغ فيها بهوية واحدة فإنك تصير سريع الانكسار وحينها فإن فقدان شيء واحد سيعني فقدان ذاتك على مدار السواد الأعظم من شبابي كان كوني رياضيا جزءا عظيما من هويتي وبعد أن انتهى مشواري كلاعب بيسبول وجدت صعوبة في العصور على ذاتي فعندما تقضي حياتك كلها وأنت تنظر إلى نفسك بصورة معينة ثم يختفي كل هذا فمن تكون حينئذن يتحدث قدام العسكريين ورواد الأعمال الصادقين عن شعور مشابه فإذا كانت هويتك يلخصها معتقد مثل أنا جندي عظيم فما الذي سيحدث حين تنتهي فترة خدمتك في حالة العديد من أصحاب الأعمال تكون هوياتهم شيئا على غرار أنا الرئيس التنفيذي أو أنا المؤسس وإذا قضيت كل لحظة من لحظات اليقظة وأنت تعمل في شركتك التي أسستها فكيف ستشعر بعد أن تبيعه إن مفتاح تخفيف هذه الخسائر في الهوية هو إعادة تعريف ذاتك بحيث تحتفظ بالجوانب المهمة من هويتك حتى إذا تغير دورك المحدد أنا رياضي تصبح أنا شخص يتمتع بالصلابة الزهنية ويحب التحديات البدنية أنا جندي عظيم تتحول إلى أن أنا شخص منضبط ويعتمد عليه وعضو ممتاز في فريق أنا الرئيس التنفيذي تترجم إلى أن أنا شخص يبني الأشياء ويبتكرها حين تختار هويتك بفعالية فإنها يمكن أن تكون مرنة وليس تهشة وسهلة الكسر ومثل ماء متضفق حول إحدى العقبات فإن هويتك تعمل مع الظروف المتغيرة وليس ضدها والاكتباس التالي من كتاب داودي جينج يلخص هذه الأفكار على نحو المثالي يولد الرجال طيعين وسهلي التشكيل أما الموت فهم متصلبون ومتخشبون تولد النباتات غضة وطرية أما النباتات الميتة فجافة وسهلة الكسر وهكذا فأي شخص متصلب وعديم المرونة إنما يتغي الموت وأي شخص طيع ومتأكلم إنما يتغي الحياة فالجاف المتصلب سينكسر والطيع سهل التشكيل سيسود للعادات فوائد لا تعد ولا تحصى غير أن الجانب السلبي لها هو أنها قد تحبسنا في أنماط مسبقة من التفكير والفعل حتى بينما العالم يتغير من حولنا فلا شيء يدوم والحياة ياخذ في التغير على الدوام لذا فأنت بحاجة إلى التحقق بصورة دورية كي ترى ما إذا كانت عاداتك ومعتقضتك القديمة لا كزال تفيدك أم لا إن نقص الوعي الذاتي سم زعاف والتدبر والمراجعة هما الترياق ملخص الفصل الجانب الإجابي للعادات هو أننا نستطيع فعل الأشياء من دون تفكير والجانب السلبي هو أننا نتوقف عن الانتباه إلى الأخطاء البسيطة العادات زائد التدريب المتأني يساوي الإتقان التدبر والمراجعة هي العملية التي تمكنك من أن تظل واعيا بأدائك مع مرور الوقت كلما زادت علقنا بهوية الماء صار من الأصعب النمو وتجاوزها خاتمة سر الحصول على نتائج دائمة ثمت مثل يوناني قديم يعرف بمتناقضة سوريتس وهو يتحدث عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه فعل واحد بسيط حين يتقرر لعدد كافي من المرات وتذهب إحدى ثور هذه المتناقضة إلى ما يلي هل يمكن لعملة نقضية واحدة أن تجعل شخص ما سريا؟ فإذا أعطيت الشخص مجموعة من عشر عملات فلن يزعم أنه شخص سري لكن ماذا لو أضفت عملة أخرى ثم أخرى ثم أخرى؟ في نقطة ما سيتعين عليك الإكرار بأنه ليس باستطاعة شخص أن يكون سريا ما لم تجعله عملة واحدة كذلك يمكن قول الشيء نفسه عن العادات الزرية هل يمكن لتغيير واحد بسيط أن يغير حياتك من غير مرجح أن تقول ذلك؟ لكن ماذا لو أحدثت تغييرا آخر ثم آخر ثم آخر؟ في نقطة ما سيتعين عليك الإكرار بأن حياتك تغيرت بفعل تغيير واحد بسيط إن المقصد النهائي لتغيير العادات ليس القيام بتحسين واحد مقدار واحد بالماء وإنما الآلاف من هذه التحسينات إنها مجموعة من العادات الزرية التي تتراكم وكل منها يمثل وحدة أساسية للنظام الإجمالي في البداية يمكن أن تبدو التحسينات البسيطة عديمة المعنى لأنها تتضاءل إلى جوار السقة المنظومة كلها ومثلما لا تجعل عملة واحدة منك شخصا سريا فإن تغيير إيجابيا واحدا مثل التأمل للدقيقة أو كراءة صفحة واحدة في اليوم من غير المرجح أن يتسبب في إحداث فارق ملحوظ لكن تدريجيا وبينما تواصل مراكمة التغييرات البسيطة ويحدا فوق الآخر يبدأ ميزان الحياة في التحرك ويكون كل تحسين أشبه بإضافة حبة رمل إلى الجانب الإيجابي في الميزان بحيث تميل الكفة تدريجيا لصالحك وفي النهاية إذا وصلت الالتزام بعاداتك ستصل إلى نقطة تميل فيها كفة تماما وفجأة يصير من الأيثر الالتزام بالعادات الحسنة ويعمل ثقل النظام لصالحك بدلا من أن يعمل ضدك على مدار هذا الكتاب طالعنا عشرات الكصص لمجموعة من أفضل الأشخاص أداء فقرأنا كصص لاعبين أولمبيين حاصرين على ميديليات ذهبية وفنانين حاصرين على جوائس ورواد أعمال وأطباء منكزين للحياة ونجوم كوميديين وكلهم استخداموا علم العادات الصغيرة كي يتكنوا حرفتهم ويكفزوا إلى كمة مجالتهم وكل شخص من هؤلاء الأشخاص وكل فريق من هذه الفرق وكل شركة من هذه الشركات التي تناولناها كانت تواجه ظروفا مختلفة لكنها في النهاية تقدمت بالطريقة نفسها عن طريق الالتزام بتحسينيات بسيطة مستدامة ومتواصلة ليس النجاح حدفا نصل إليه أو خط نهاية نكتازه بل هو منظومة من التحسن وعملية لا نهائية من التنقيح في الفصل الأول قلت إذا كنت تواجه صعوبة في تغيير عادتك فاعلم أن المشكلة ليست بك بل المشكلة في النظام الذي تتبعه ولا تكرر العادات السيئة نفسها مراراً وتكراراً لأنك لا تريد التغيير وإنما لأنك تتبع نظاماً خاطئاً في التغيير ومع اقتراب هذا الكتاب من نهايتي أتمنى أن يكون العكس هو الصحيح فباستخدام القوانين الأربعة لتغيير السلوك صار لديك مجموعة من الأدوات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها كي تبني نظماً أفضل وتصوغ عادات أفضل أحياناً ستكون العادة صعبة التذكر وسيكون عليك أن تجعلها واضحة وأحياناً أخرى لن تشعر بالرغبة في البدء وسيتعين عليك أن تجعلها جذبة وفي حالات عدة ستجد العادة شديدة الصعوبة وسيتعين عليك أن تجعلها سهلة وأحياناً لن تشعر بالرغبة في الالتزام وسيتعين عليك أن تجعلها مشبعة يجدر بك أن تدفع عاداتك الحسنة نحو الجانب الأيمن من الطيف عن طريق جعلها واضحة وجذابة وسهلة ومشبعة وفي الوقت ذاته عليك أن تدفع العادات السيئة نحو الجانب الأيثر عن طريق جعلها غير واضحة وغير جزابة وصعبة وغير مشبعة إنها عملية متواصلة ولا وجود فيها لخط نهاية فلا يوجد حل دائم وكلما أردت التحسن يمكنك العودة إلى قوانين الأربعة لتغيير السلوك إلى أن تجد عنق الزجاجة التالي اجعلها جزابة، اجعلها سهلة، اجعلها مشبعة، اجعلها واضحة مراراً وتكراراً ابحث دائماً عن الطريق التالي كي تتحسن بنسبة 1% إن السر وراء الحصول على نتائج دائمة هو عدم التوقف عن إجراء التحسينات فستندهش مما يمكنك بناءه إذا لم تتوقف وحسب ستندهش من العمل الذي يمكنك إنجازه إذا لم تتوقف عن العمل وستندهش من الجسد الذي تستطيع بناءه إذا لم تتوقف عن التدريب وستندهش من المعارف التي ستبنيها إذا لم تتوقف عن التعلم وستندهش من الثروة التي ستحصل عليها إذا لم تتوقف عن الاهدخار وستندهش من الصداقات التي ستعقدها إذا لم تتوقف عن الاهتمام فالعادات الصغيرة لا يضاف بعضها إلى جوار بعض وحسن بل هي تتراكم وتتعظم هذه هي قوة العادات الزرية تغييرات بسيطة ونتائج مدهشة دروس بسيطة من القوانين الأربعة في هذا الكتاب قدمت نموذجا من أربع خطوات للسلوك الإنساني الإشارة، الطوق، الاستجابة، المكافأة وإطار العمل هذا لا يعلمنا فقط كيف نبني عادات جديدة وإنما يكشف كذلك عن رؤى مصيرة للاهتمام بشأن السلوك الإنساني وفي هذا القسم جمعت بعض الدروس وبعض من الأفكار البديهية التي يؤكد هذا النموذج والغرض من هذه الأمثلة هو إيضاح مدى فائدة والتساع نطاق هذا الإطار عند وصف السلوك الإنساني وبمجرد أن تفهم هذا النموذج سترى أمثلة عليه في كل مكان الوعي يأتي قبل الرغبة ينشأ الطاق حين تنسب المعنى لإشارة معينة فيبني دماغك شعورا أو إحساسا لوصف موقفك الحالي وهذا يعني أن الطاق يمكن أن يحدث فقط بعد أن تكون قد لاحظت الفرصة السعادة ببساطة هي غياب الرغبة عندما تلاحظ إشارة ما لكنك لا ترغب في تغيير حالتك فهذا يعني أنك راضي عن موقفك الحالي فالسعادة لا تتمثل في تحقيق المتعة وإنما تتمثل في غياب الرغبة فهي تتحقق عندما لا يكون سمى الطاق إلى الشعور بشيء مختلف والسعادة هي الحالة التي تدخلها حين لا ترغب في تغيير حالتك ومع ذلك فإن السعادة سريعة الزوال لأن سمت رغبة جديدة تأتي على الدوام وكما قال كايت بودرس فإن السعادة هي المسافة بين رغبة متحققة ورغبة أخرى جديدة آخذة في التشكل وبالمثل المعاناة هي المسافة بين الطاق إلى تغيير الحالة وبين تحقيق ذلك نحن نطارد فكرة المتعة فنحن نسعى وراء صورة السعادة التي نرسمها في عقولنا وحين يحل وقت الفعل نحن لا ندري ما سيكون عليه الحال حين تتحقق هذه الصورة أو حتى ما إذا كانت ستشبعنا أم لا ولا يتحقق شعور الإشباع إلا بعد ذلك وحسب هذا هو ما كان عالم الأعصاب النمساوي ذكتور فرانكل يعني حين قال إن السعادة لا يمكن السعي وراءهم بل هي تنبع من الداخل إننا نسعى وراء إشباع الرغبة أما المتعة فتنبع من الفعل يتحقق السلام حين لا تحول ملاحظتك إلى مشكلات الخطوة الأولى في أي سلوك هي الملاحظة فأنت تلاحظ إشارة ما معلومة أو حدثا وإذا لم تكن ترغب في اتخاذ فعل بناء على ما تلاحظه فأنت إذن في حالة سلام الطوق يعني الرغبة في إصلاح كل شيء والملاحظة من دون رغبة هي إدراك أنك لا تريد إصلاح كل شيء فرغباتك لا تسيطر عليك وأنت لا تطوق إلى تغيير حالتك إن عقلك لا يولد مشكلات لك كي تحلها بل أنت ببساطة تلاحظ ما حولك وتتعايش معه حين تكون لديك أسباب كيفية يمكنك إجابة أي سؤال عن الكيفية كتب فريدريت نيتشا الفلسوف الشاعر الألماني يقول من لديه سبب للعيش يستطيع تحمل أي سؤال تقريبا عن الكيفية وهذه العبارة تضم حقيقة مهمة بشأن السلوك البشري فإذا كان دافعك ورغبتك كبيرين بما يكفي بمعنى سبب الفعل الذي تكون به فستبادل بالفعل حتى حين يكون الفعل صعبا فالطوق العظيم يمكن أن يدفعك إلى فعل عظمي حتى لو كانت الصعوبة كبيرة التحلي بالفضول أفضل من التحلي بالذكاء إن التحلي بالدافعية والفضول أهم من التحلي بالذكاء لأن هاتين الصفتين تؤديان إلى الفعل فالتحلي بالذكاء لن يجلب لك أي نتائج في حد ذاته لأنه لا يدفعك إلى الفعل فالرغبة وليس الزكاء هي ما تحفز السلوك وكما قال نافال رافيكانت فإن السر وراء فعل أي شيء هو إذكاء الرغبة فيه أولا المشاعر تحرك السلوك كل قرار هو قرار شعوري على مستوى ما وبصرف النظر عن الأسباب المنطقية التي قد تدفعك إلى قيام بالفعل فأنت تشعر بأنك مدفوع إلى العمل وفقها بسبب المشاعر وفي الواقع الأشخاص المصابون بتلف في مراكز الشعور في الدماغ يمكن أن يسردوا أسبابا عديدة تدفعهم إلى الفعل غير أنهم يحجمون عنه لأنهم لا يمتلكون مشاعر تحركهم نحو الفعل ولهذا السبب يأتي الطاوقة قبل الاستجابة فالمشاعر تأتي أولا ثم يتبعها السلوك العقلانية والمنطقية تأتيان بعد المشاعر الحالة الأساسية للدماغ البشري هي الشعور والحالة الثانوية هي التفكير واستجابتنا الأولى الجزء السريع اللاواعي من الدماغ هي الشعور والتركب أما استجابتنا الثانية الجزء البطيء الواعي من الدماغ فهي الجزء الذي يكون بعملية التفكير يشير علماء النفس إلى هذا باسم النظام واحد المشاعر والأحكام السريعة في مقابل النظام اتنين التحليل المنطقي تأتي المشاعر أولا النظام واحد ولا تدخل العقلانية الصورة إلا لاحقا النظام اتنين ويعمل هذا الترتيب بشكل عظيم حين يكون النظامان متوافقين غير أنه يؤدي إلى تفكير لا منطقي وعاطفي حين لا يكونان كذلك استجابتك تنحو إلى أن تتبع مشاعرك إن أفكارنا وأفعالنا تقوم على ما نجده جذبا وليس بالضرورة على ما نجده منطقيا فيمكن أن يلاحظ شخصان المجموع عينها من الحقائق لكنهم يستجيبان بصورة مختلفة لأنهم يمرران تلك الحقائق عبر مرشحاتهما الشعورية المتبينة وهذا من الأسباب التي تجعل الاحتكام إلى المشاعر أقوى من الاحتكام إلى المنطق فإذا استطاع موضوع ما أن يمس مشاعر الشخص فغالبا لن يكترس البتة بالبيانات ولهذا السبب يمكن أن تمثل المشاعر تهديدا لعملية اتخاذ القرار الحكيم بعبارة أخرى معظم الناس يعتقدون بأن الاستجابة المعقولة هي الاستجابة التي تفيدهم أي الاستجابة التي تشبع رغبتهم ومن شأن تقييم الموقف من منظور شعوري محيد بالدرجة أكبر أن يمكنك من بناء استجابتك على البيانات لا على المشاعر المعاناة تدفع التقدم إن مصدر كل صور المعاناة هو الرغبة في تغيير الحالة وهذا أيضا هو مصدر كل صور التقدم إن الرغبة في تغيير حالتك هي ما يدفعك إلى الفعل فالاحتياج هو ما يدفع البشر إلى السعي وراء التحسن وتطوير تكنولوجيات جديدة والوصول إلى مستوى أعلى والطوق يجعلنا غير راضين لكنه يدفعنا قدما ومن دون الطوق نكون راضين ونفتكر إلى الطموح أفعالك تكشف إلى أي مدى ترغب في الشيء إذا ما برحت تقول إن شيئا ما هو أولوية لكنك لم تكن بأي فعل حياله فاعلم حينها أنك لا تريده حقا لقد حان وقت إجراء حوار صادق مع نفسك وأفعالك تكشف عند وافعك الحقيقية المكافأة تقع على الجانب الآخر من تضحية إن الاستجابة التضحية بالطاقة دائما ما يتصدق المكافأة جاني الموارد ولا يتحقق الشعور الطيب الناتج عن الركض إلا بعد أن تركض بجد فالمكافأة لا تتحقق إلا بعد بزل الطاقة ضبط النفس صعب لأنه ليس مشبعا المكافأة هي النتيجة التي تشبع طاقك وهذا يجعل ضبط النفس غير فعال لأن كبح رغبتنا لا يؤدي عادة إلى إشباعه إن مقومة الإغراء لا تشبع طاقك بل هي تتجاهله وحسبه وهي تخلق مساحة لانقضاء الطاقة ويتطلب منك ضبط النفس أن تتخلص من الرغبة بدلا من أن تشبعها توقعاتنا يتحدد إشباعنا إن الفجوة بين طاقنا ومكافأتنا تحدد إلى أي مدى نشعر بالإشباع بعد القيام بالفعل وإذا كان عدم التوافق بين الطاقعات والنتائج إيجابيا مفاجأة وسعادة حينها من الأرجح أن نكرر السلوك في المستقبل وإذا كان عدم التوافق سلبيا إحباط خيبة أمل حينها من غير المرجح أن نكرره على سبيل المثال إذا توقعت أن أحصل على 10 دولارات ثم حصلت على 100 دولار ستشعر بسعادة عظيمة وإذا توقعت الحصول على 100 دولار ثم حصلت على 10 دولارات ستشعر بالإحباط إن توقعاتك تغير شعورك بالردى فالخبرة المتوسطة التي تسبقها توقعات عالية تكون مصدر إحباط والخبرة المتوسطة التي تسبقها توقعات مخفضة تكون مصدر سعادة وحين تساوي الإعجاب بالمكافأة والرغبة فيها ستشعر حينها بالردى الردى يساوي الإعجاب ناقص الرغبة هذه هي الحكمة التي تقوم عليها عبارة سنك الشهيرة ليس الفقر أن تملك القليل بل أن تطوق إلى الكثير فإذا كانت احتياجاتك تفوق قناعتك ستكون غير راض على الدوام وبهذا فأنت تضع التركيز على المشكلة وليس الحل السعادة أمر نزلي عندما بدأت لأول مرة في مشاركة كتاباتي مع الجمهور استغرقت ثلاثة أشهر حتى أصل إلى ألف مشترك وحين حققت هذا الهدف المرحلي أخبرت والدي وصديقاتي الحميمية ثم احتفلنا كنت أشهر بالحماسة والاندفاع وبعدها ببدأ سنوات أدركت أن سمت ألف مشترك جديد ضافون إلى قائمة يوميا ومع ذلك فلم أفكر حتى في أن أخبر أحدا بالأمر فقد كنت أشهر بأنه أمر عادي كنت أحصل على النتائج أسرع بتسعين مرة مقارنة بذي قبل لكنني كنت أحصل على سعادة قليلة من هذا الأمر واستغرقت بضعة أيام كي أدرك كيف كان من العبس ألا أحتفل بشيء كان يبدو حلما بعيد المنال منذ سنوات قليلة خلت آلام الفشل تتناسب ترديا مع علو التوقعات حين تكون الرغبة قوية فإن عدم الحصول على النتيجة منشودة يؤلم بحق فالفشل في الحصول على شيء ترغب فيه بشدة يؤلم أكثر من الفشل في الحصول على شيء لم تكن تفكر فيه كثيرا ولهذا السبب يقول الناس لا أريد أن أعقد أمانا علي على هذا الأمر المشاعر تأتي قبل السلوك وبعده قبل الفعل يوجد شعور يحفزك على العمل شعور الطوق وبعد الفعل يوجد شعور يعلمك أن تكرر الفعل في المستقبل شعور المكافأة الإشارة الطوق الاستجابة المكافأة إن شعورنا يؤثر على تصرفاتنا وتصرفاتنا تؤثر على شعورنا الرغبة تبدأ السلوك والمتعة تديمه إن الحاجة والحب معا هما المحفزان الرئيسيان للسلوك فإذا لم يكن السلوك ممتعا فلن يكون لديك سبب للقيام به فالرغبة والطوق هما ما يبدئان السلوك لكن إذا لم يكن السلوك ممتعا فلن يكون لديك سبب لتكراره فالمتعة والإشباع هما ما يجعلان السلوك مستداما إن الشعور بالتحفيز يدفعك إلى ممارسة السلوك والشعور بالنجاح يدفعك إلى تكرار السلوك الأمل يتضاقر مع الخبرة ويحل محل القبول في المرة الأولى التي تظهر فيها فرصة بما فمت أمل يتعلق بما يمكن أن يتمثل هذه الفرصة وتكون توقعاتك مبنية بالكامل على الوعد أما في المرة الثانية فأنت تبني توقعك على أساس واقعي فتبدأ في فهم كيف تسير العملية ويحل محل الأمل توقع ضق وكبول لنتائج المرجحة هذا هو سبب انجذابنا باستمرار إلى أحدث خطط الحصول على السراء السريع أو فقدان الوزن فالخطط الجديدة تقدم الأمل لأننا لا ننتلك خبرات نبني عليها توقعاتنا والاستراتيجيات الجديدة تبدو أكثر قبولا من القديمة لأنها تمدنا بأمل غير محدود وكما قال أريستو فإن الشباب ينخدعون بسهولة لأنهم يأملون وحسب فلا توجد خبرات يبنون عليها توقعاتهم ففي البداية يكون الأمل هو كل ما لديه